بالباتش في فوق الخمسين ورتجوز الزمان صغيرة عشرين سنة واحد عمامتي اثرت ان اخد واحدة دليناس وكلاس ومش عارفة ايه اكبر مني باثناشر سنة طبعا ده اتجوز طلع واحدة كالعادة انا بقاش اخسر ولمانسية وتعلمت في مدارة شديدة بقى التضحية ولازم الواحد يعيش والطلاق ده حاجة صعبة جدا يعني الناس بصملك بنت وحيدة ومستلعة وعندها كل حاجة فازين انا يعني كان صعب علي جدا ان اخد او موقف ان انا اتطلق خلفت ولد وبنت وبعد كده بعدها مقدرتش بقى ليه لان اكتشافت فيه طبع فضلية من نوع لو مثلا يخصمك اي كلمة عايز اشتري حاجة قال لي لأ افايا لي انا ما شفتش غير رجل الماما بقى كان شايلانة وبابا عايزين بابا باباهم هكبرهم وربنا في البيت على طول بس احنا قدام الناس شايلانة بحس ان انا دلوقتي متهانة انا السبب ابني هو طبعه كده سي بي لما يقع يفوت جدته ماتت قعد سنتين ما بيكلمهاش عشان مش عارفة قالت له ايه رب تعالي ايه فخلاص انت دلوقتي واقفة انت دلوقتي واقفة محتارة ما بين طيب اعمل ايه اكمل على هذا المنوال والمنظر الصعب ده ولا امشي وانفت بجلدي وظروفك المادية تسمح انك تمشي بس برضو انت بنتك بتتخطب وابنك لسه هيتجوز فهي بين نارين هاخد ام محمد وترضي بقى على مدام نتزي ام محمد تفضلي ام محمد اهلا بيك اتفضلي ازاكي حيروتي عملاي الحمد لله تمام بصي بقى حضرتك انا اتجوزت صغيرة ايه انا اتجوزت صغيرة اقعدت خدمتي سلايفي تلاتة تخدمي سلايفك وخدمت ثلاث ولاد وجوزي قعدت معه خلفت انا ثلاثة وجوزي قعد ثمان سنين على عبكاز في القيمة الافرانية انا صبرته وعدت حاجات كتيرة وقلت يلا وده الوجه الله ويعني قعدت صبر نفس ايه هو توفى بقى له ثمان سنين انا لما كنت مريض كنت بتقاضى من دي خمسين من دي مية من دي بعد ما توفى بقيت استغل وسدد الضيوم دي ايه معايا بنت ااسيا قوي بنت ااسيا متسرعة بتغلط بسرعة ايه انا الاول كنت بقى افضدها وخنقها وهزقها بس انا الوقت عندي ثمانية وستين سنة ما بقيتش اتحمل ايه فانا اضعت نفسي عنها ومتزعلانة منها انا متزعلانة اه ولا متضايقة منها بس انا ما بقيتش اتحمل زي زمانة ايه ايه وكل ده بامر الله ده الوجه الله العزيزي بكريم شكرا يا محمد شكرا يا محمد طيب رديلي بس على نادية الاول هتعمل ايه في الوضع اللي هي فيها بس نادية كمان ده بس يا نادية انا في حالة عرفها قويس جدا مش كان بس بيخصمها وديها افاية هما كانوا بيبقوا مفاصلين جوابت واحد اه هو في قوضة وهي في قوضة بالشهور وسهل جدا انه كان يستغن عنها مثلا بقاعد في بيت تاني برضو وممكن يبقاعدين بيتكلموا ما يردش عليها هي وبتاع اه احنا بنعدي مواقف كتير بس هي دلوقتي نادية بتقول ان عندها الفاسيليتز او التسهيلات يعني اللي تخليها بقى خلاص تنفصل ما تبقاش خايفة انها تنفصل مشكلتها للأسف في تفكير الناس اللي حواليها اللي جايين يتقدموا لبنتها او اللي ابنها هيروح يجوز بنتهم علشان نظرة الناس الى الان ما تغيرتش مع ان العالم والكون كله تغير حوالينا للمطلق فانت دلوقتي يا نادية قدامك حل من اتنين اما انك هتاخدي قرارك واكيد الناس هتبقى متفاهمة انت عملت كده ليه يا اما تستحملي السنتين كمان لحد ما تجوزي البنت والولد وبعد كده هتاخدي قرارك وانت مش خايفة بعد كده على ولادك لكن احنا بنقول بقى للي شبه نادية ولسه ولادة صغيرين المشكلة ان ولادنا بيشربوا مننا يا جماعة يعني ابنك ده لما يشوف انه هو ضد طبيعي في بيت اهله هو تربع على كده للأسف بيته هو كمان احتمال كبير جدا يبقى كده البنت اللي بتتعود على ان امها تبقى مهانة بشكل مستمر كرمتها مهضرة او بتشوف دايما ابوها بيدرب امها او بيهين امها لو حصل ده فيها هتبقى شايفة ان هو ضد طبيعي كل الامهات كده كل الستات بيحصل في بيوتها كده او الابن يقول ما نمك بتندرب يعني انت بيحصل من جميع غير ده كمان ممكن يقول لها ده كويس نالة بضربك في البيت مش قدام الناس زي ما ابوها كان بيعمل تمام وفيه ابناء تانية بيحصل لهم العكس تماما ان هي قاعدة مركزة وشافت ان ده مؤذي جدا فبقت مركزة قوي انها لما تيجي تتجوز او تتخطب مش هتستنى خطبها او جزء يقول لها تلتة تلاتة كام دي هتوقفوا على ان احنا تدو حدوده من قبل ما يتكلم معاها فلازم نبقى عاملين حسابنا انه احنا بنربي ولادنا في البيوت ان اللي بيحصل ده انه بيطيقوا لي عليه تطحية هو ممكن ما يبقاش تطحية منك ده انت ممكن تبقى بتضحي بولادكم ومستقبله طيب الرول موديل بتاع الست المضحية اللي هو يعني جالنا تليفوناته ومدام نورة وام محمد عانوا وكده هل هو ده الرول موديل الناس شايفاه ده اللي هو ده الاحسن والافضلية ليه ولا لو واحدة مثلا اتجوزت او واحدة ما قدرتش تستحمل ومحتاج راجل في ظهرها يسميها حد بقى في نفس المكان ومش ليت ولادها كاملة تمام وتحاجي عليهم فيه واحدة تانية ما تقدرش هو ربنا خلقها بلت انت كده ايه محتاج حد يساعدها ويبقى ايد بايد مش قادرة ربي ولادها لوحدها مش قادرة تعيش لوحدها فطرتها كأنسة وده مش عيب ولا حرام يعني مش حرام ان الست تتجوز يا جماعة ومش حرام انها تتطلق تمام وليس كنت بقى حكي لك قبل الفاصل حد من اصدقاء بعد ما اموهم انفصلت بعد 30 سنة معاناة هم اجبروها انها تتجوز هم ولادها اللي طلبوا منها تتجوز شخص معين صحيح هتضحي بنفسيتك هتضحي بصحتك هتضحي بوجودك انت يبقى لأ دي اسمها تطحية غبية والاهم من كل ده دعوة ان احنا مش بنبقى مستنين رد تطحية احنا بس مستنين تقدرها صحيح مروة سعيدة بشكرك شكرا جزيلا منوراني على طول يا مروة بحب حلقاتي معاكي جدا يا مروة والله المواضيع 3-4 مواضيع من اقتراحات مروة وببقى سعيدة جدا من المواضيع دي احنا خلصنا فقرتنا بعد الفاصل فقرة طبية ومسجلة وشوفكم على خير بكرا ان شاء الله سلام عليكم هذا البرنامج برعاية اما جبت اماني بعد من ولد بسنة قالت لي عندها سكم في الخرم كده في القل الدكتور قال لي دي انت لو هتعملها على حسابك هتخشيها في 30 ألف جنيه الله ما فيش فلوس هنعمل ايه يعني؟ حددونا معادل العملية مكلفونش اي قرش والله منجي الناس المبراعي الدول هتعملوا خير كبير مش فيه الواحدة في ناس كتير تعبان بفضل ربنا ثم تبرعاتكم جمعية الأرمان عملت اكتر من 37 مليات قلب في 26 مستشفى في الوجه البحري والصعيد شفتوا تبرعاتكم عملت ايه؟ شفتوا فلوسكم راحت فين؟ كل ده في مشروع أكف القرية فقيرة في السعيد اتصل بي 19 أربعة خمسة وخمسين يصلك من دبنا ليه مدة الرئاسة تبقى 6 سنين بدل أربعة؟ وليه في نواب الرئيس؟ أسئلة كتير بتتردد عند الناس عن تعديل الدستور وبيسألوا ليه مدة الرئاسة في التعديلات اللي بيناقشها مجلس النواب دلوقتي هتبقى 6 سنين بدل أربعة؟ وليه في نواب الرئيس؟ هشرح لك أنا مبدئيا كل دولة وليها وضعها وأحوالها وكل مجتمع عليم متطلبات واحتياجات صحيح أنا مش عايزين رئيس يفضل على طول ويبقى ديكتاتور ومستبد وما يفعش تطول مدة الرئاسة كتير لكن التعديل خليها على فترتين بس تعديل المادة 140 من الدستور بيعالج اللي كشفوا الواقع من عدم ملأمة تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية بأربعة سنين بس وده لأنها قصيرة جداً من ناحية وعدم مراعتها الحال وظروف البلد الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية من ناحية تانية خلينا أكلمك عن دول نكحة كتير قدت فرصة للحاكم يطبق إصلاحاته عارف الصين واقتصادها؟ دي الدولة الرائدة على مستوى العالم اللي عدلت دستورها فيه الرئيس فلاديمير بوتين هو الحاكم الفعلي لروسيا من سنة 1999 والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل هي مستشارة ألمانيا من سنة 2007 لحد دلوقت وقبل ما أكلمك عن التعديل الخاص بإعادة منصب نائب الرئيس هفكرك أن تطبيق العمل ورواقع المواد الدستور كشف عيوب كتير جداً يعني ثبت أن تعيين نائب وقتل الرئيس الجمهورية مهم جداً وبيضمن استقرار الدولة وعلشان يحل محل الرئيس لو حصل أي مانع مؤقت كمان التعديل هيعمل ضمانة مهمة جداً وهي أنه لا يجوز لرئيس المؤقت أن يطلب تعديل الدستور أو يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ وكمان لا يقول الحكومة وطبعاً كل التعديلات دي مجرد مقترحات لسه بتتناقش في البرلمان وهتطرح على الشعب اللي استفتائه والشعب بس هو صاحب الكلمة الأخيرة أهلاً بيكم مشاهدينا مرة تانية أكتر حكتين بيبسطوا آي ستة في الدولة لو شفتها كده قلت لها خسيتي لو جوزها بقى أو حد كده قريب منها يعني حد لطيف قريب منها كده قال لها خسيتي أو أنت محلوة ووشك راضد يا سلام شكراً اليوم كده بقى زي الفل مش عايزين حاجة تانية الألم ويعاً إحنا بقى النهاردة هنتكلم عن الحكتين دول عن الخساسان وعن الوش الراضد والبشرة الحلوة إزاي يعني نهتم ببشرتنا معي دكتور خالد عبدالعزيز مجستير النباتات الطبية بكلية السيدلة منوارني يا دكتور أهلاً بك يا دعاء وأهلاً بكل الناس اللي بيشوفونا طيب نبتدي الأول بالبشرة وإزاي الستة أو البنت تهتم بنظرة بشرتها وفكرة التجاعيد اللي بتطلع على فكرة فيه بنات اللي هما بالبيض قوي وهما بيتحكوا متشر كتير جداً ثلاث حاجات دايماً البنت لما تبصوا على المراية بتبتدي النهاية تبص عليهم ثلاث حاجات بالزبط أول حاجة بتبتدي تشوف هل فيها علامات أو بتجاعيد ظهرت في وشها أو لا الحاجة التانية بتبتدي تشوف لون مشكلة فيهم بتبتدي أول حاجة نفسيتها بتتأثر وتبتدي بعد كده تخش أنها تبحث عن حاجة أكتر دولة على مستوى العالم بتختص بالبحاث العلمية اكتشفوا هناك عنصر اسمه الكوجيك أسد واكتشفوا كمان حاجة اسمها التيتانيوم التيتانيوم والكوجيك أسد الاتنين لما بنحطهم لو وصل بها العمر لخمسين وستين سنة هتلاقي بشرتها ريسة بنفس السن الصغير ما حصلش عليها أي تأثير لعلامات العمر الحاجة التانية بيبقى فيها أشعة ضرة كتير فبتعمل لبعض البقعة الدكنة في الجلد فبتلاقي الجلد حتة منه فتحة وحتة تانية غمق دي بتسبب مشكلة كتيرة جداً للمعظم البنات وتبتدي بقى تتعرض للحاجات اللي هي التجميلية عشان تبتدي داري بيها هذه الأثار والحاجة التالتة والمهمة جداً موضوع تفتيح البشرة عشان كده بقى هنا في مصر فيه نوع غسول اسمه إيبة ونوع كريم اسمه ميلا والاتنين دول مرخصين في وزارة الصحة المصرية خلينا نشوف ده إيه ده إيبة إيبة زيبه ده الغسول إيبة وإيبة ده غسول لازم هنتظم عليه بشكل يومي لازم هنستخدمه كل يوم أولاً هنضف بشريتي من كل الأتريبة والعوامل طيب يبتدي أن أستخدم هذا الغسول الإيبة بالتوليفة بتاعته اللي فيه زيت شجرة الشاي وكمان فيه موضوع الكوجيك أسد اللي كنا نتكلم عليه اللي من اليابان اكتشفته كمان بعد كده بعد الغسول هبتدي أنها تستخدم الكريم ميلا مقتنع أو غير مقتنع الكريمات دي تتعمل عليها أبحاث كثيرة جداً كل الأبحاث دي تتفايل بالكامل رايح لوزارة الصحة المصرية وتاخد عليه موافقة برقم ترخيص لوزارة الصحة المصرية فلازم نكون متأكدين مليون في المية إن استخدامنا للغسول والكريم هجيب معنا النتيجة اللي احنا عايزين طيب بيتحط كم مرة في اليوم الغسول طبعاً هنغسل مرة الصبح ومرة بالليل والكريم هنحطه نفس الشيء بعد ما بنتدين نغسل بشرتنا بنتدين ان احنا نحط الكريم هل ده للبشرة بس ولا ممكن يبقى للجسم يبقى الجسم الإيدين شوفي هو ممكن استخدمه على جسم بس هيبقى مكلف بس هي دايماً معظم الأماكن اللي بتتأثر ودايماً عينينا بتروح عليها هي الوش والإيدين فممكن استخدمه للإيد والوجه طيب جميل ده التصريح بتاع وزارة الصحة ده كان مهم جداً نحن نعرف برضو لأستاذ المشاهدين تصريح وزارة الصحة المصرية واللي طبعاً بتبقى واحدة فايل كبير جداً من الأبحاث العلمية ليه هذا المنتج ومركباته وقد ايه هو النتيجة بتاعته فعالة وفي نفس الوقت هيقدر يحفظ لي على بشرته طيب فيه سؤال انه هل الغصول ده مقشر للبشرة انه فيه ناس بتحب بيبقى عندها رؤوس سودة معرفش ايه الحاجات دي فالغصول ده ممكن لان الغصول انا ممكن استخدمه اكتر من استخدام ممكن استخدمه كمقشر بسيبه على الوش بعد ما بحطه على الوش بسيبه فترة من ثلاث دهائق لخمس دهائق وبعد كده بأطراف ايديا ببتدي ان انا بحرقة دائرية مع زي عقرب الساعة كده بدور بطرف ايديا على الوج وابتدي اشيل كل الخلايا الميتة وكل الخلايا اللي خلاص لازم ازلها عشان اطلع على الخلايا الحية مرة تانية انها تتنفس او التجديد انت موضوع الصور التجايد معانا يا شباب اه ياريت نباين برضو صورة للتجايد ودي على فكرة من اخطر الحاجات تجايد العين اللي هي لو واحدة مثلا بتضحك واكطر حاجة بتبانوا وبتقلق البنت او حتى الولد كمان بقى مهتمين بموضوع البشرة التجايد اللي حوالين العين مهم هل فيه كريم لحوالين العين ولا هو نفس الكريم بيستخدم على البشرة والباوت ايز اللي هو اللي حوالين العين بالزبط هو نفس الكريم ميلا هستخدمه للمنطقة بتاعة الوجه وحوالين العين تمام كمان لو فيه حد مهم جدا خلاص بقى عنده تجايد طيب هل هيفيد معاه اللي مش هيفيد معاه السؤال ده مهم قوي لان معظم الناس النهاردة عارفة اللي هو التجايد ما بتظهرش ما بين يوم وليلة طبعا بتاخد شهور واسنين بس بيجي عند فترة عمرية معينة بيبص في الملايات فاجئة يقول اين في المية؟ من فترة طويلة برضو الايه؟ اكيد هياخد فترة طويلة برضو على القالة تلات شهور استخدام تلات شهور لو تلات شهور ده تبقى حالة زي الفور اه بالزبط فتا عدي تجايد بتروح ولكن بنسبة سبعين في المية لكن انا لو عايزة بنحها من البداية خالص انها ما تظهرش اصلا اما من سن الصغير هبتدي ان انا استخدم الكريم والغسول طيب ندخل على القليف بقى ندخل على القليف في حد كان باعت بيقول انه بياخد كورتزون وانه موضوع الكورتزون ده حاجة مش بايده يعني هو مش حكاية انه بياكل وعنده شرح في الاكلة هو الكورتزون بينفخه فهل الالياف تمشي مع موضوع الكورتزون ده بذات انه هو هتشبعه بس هو بياخد كورتزون وبيتخانه فبتمشي ولا ما تمشيش طب خلاني اتكلم بصورة عملية اكتر طبعا ربنا يشفي كورتزون كان فيه حالة قريب من سويسرا سيدة عندها ستين سنة بتاخد كورتزون على مدار سنة كاملة امتبع مع دكتور تاغذية في سويسرا وما خستش ووزنه ما كانش بينزل اخدت الالياف الطبعية وابتدى وزنها ينزل كان مع اول خمسشار يوم ووزنها نزل اثنين كيلو ونص وكانت سعيدة جدا ان معقولة مع الالياف الطبعية ووزني بينزل بقالها سنة كاملة بتحاول انها جسمها ينزل ما بينزلش فالنهاردة احنا منطمن الناس حتى لو انت بتاخد كورتزون خد مع الالياف الطبعية ووزنك هينزل وفي نفس الوقت ما فيش اي نوع من انواع التأثير مع الادواء الاخرى يعني انت لو بتاخد اي نوع دوا تاني ما فيش تأثير مع الالياف الطبعية معاك فانت كن منطمن جدا من النتيجة ان ان شاء الله هتخص طيب استاذ حمدي عنده قولون وهو تعب من يعني من ادوية القولون ومن الاكل اللي بيتعب القولون والقولون عنده عصبي فهو مرعوب من فكرة انه ياخد حاجة هو مش عارف عواقبها ايه لانه القولون ده بيتهيج من اي حاجة غريبة ممكن تنزل يعني العيش حتى البلد بيتعبه يعني فبيقولك يعني هل ينفع ياخد القولون الالياف في خلال وهو عنده القولون ولا لا انا بطمنك الالياف عبارة عن نبات وفكهة فنباتات وفكهة وفي نفس الوقت ما فيش اي نوع من نوع كميويات فاخدها وانت متطمن هتلاقي القولون بتاعك كمان مرتاح عليها موضوع الاخراج لو عندك فيه بيجيلك امساك مزمن او امساك مستمر هتلاقي الدنيا معك بقت احسن وافضل وفي نفس الوقت كمان وزنك بينزل فاخدها وانت متطمن طيب جرب لنا كده الالياف اه بتفكها في الكيس وبتحط شوية مية حاولنا برضو الاستاذ المشاهدين عشان يبقوا متابعين معنا ده كيس الالياف الطبعية وزي ما قلنا المصدر بتاعه عبارة عن نباتات وفكهة معمول بطريقة النانوفايبر فبنلاقيه باودر جوا الكيس الواحد ده فيه نوعين من الالياف كيس الواحد فيه نوعين فيه نوع بيدوف في المية ولله مميزات كتيرة جدا وفيه نوع ما بيدوفش في المية برضو ولله مميزات كتيرة جدا خلينا نشوف الاول بداية التحضير احنا بنفتح الكيس طريته سهلة جدا ونقدر ناخد الكيس معنا في اي مكان ما فيهوش اي مشكلة كيس خفيف حتى لو عايز تحطه في جيب الشاكل بتاعك لو انت رايح الشغل رايح في اي مناسبة وطادي التحضير سهلة جدا احنا بنجيب كباية فيها نص كباية مية تهالي دي ربع كباية مية كبيرة يعني تقريبا تلتة مثلا او نص كباية مية يعني بيبقى في المعدل ده يعني ما يزودوش المية عشان الالياف ما تبقاش صايصة مية ميلي بالزبط مية ميلي مية بابتدي ان انا اجهزها ومية عادية جدا ما مش سخنة وابتدي احط عليها البودر بتاع الالياف ما كده فضينا الكيس ونيجي بقى المرحلة التانية اللي هي مرحلة التقليد هبتدي ان انا اقلب بشكل كده دائري يعني من دي قلدقتين بنبتدي نلاحظ ان الالياف اللي بتدف المية الجزء اللي هو ايه داب وفي جزء تاني مدبش عشان كده ابتدي يحصل موضوع شكل زي شكل الجل كده وبنلاحظ كمان المعلقة ابتديت واحنا بنقلب تتقل غيرها زي السريلاك وزي الحاجات بالضبط هو ممكن يأكل يعني هم بيأكلهم كلهم الكمية دي مرة واحدة على بق واحد يعني ولا يأكل معلقة ويستنى طول النهار كده ممكن يأزأس فيهم لا هي بتبقى وجبة يعني هو الفايبرز عبارة عن نوع للغدا ونوع للعشاء الكيس الواحد احنا بناخده كوجبة زي ما احنا حدرنا عارفة يا كرا يعني الوقت انا بقلب وكده في صعوبة حتى في التقليب يعني احنا ده يبقى الشكل تمام لو حاولنا برده نقلب ايه دلوقتي بقت لازجة كويس كويس طبعا لو حد عنده مشكلة في الاسنان هي يعني سهلة جدا ما فيهاش اي نوع من انواع المدغ يعني ممكن نشبهها كده زي الجيلي انت بتاخده ويدوف بقاك على طول بعد ما بتاكل الالياف على طول مباشرة بتشرب عليها لتر مية لتر المية دوت مع الالياف جوه المعدة بيبتدي ااخد شكل المعدة اه ده بتملى المعدة كلها؟ بالزبط فانا لما هاشرب عليها بعد كده لتر المية اعتاري الناس بيقولوا ما بنتعشاش ما بنتعشاش ولو واخدوا كمان وقت الغداء مش هتتغدى لان خلاص بقى واخد شكل المعدة فالمعدة عندك اتملت طيب وياخدوا قبل الغداء بقد ايه؟ ياخدوا قبل الغداء بنص ساعة اوكي ويشرب مية مهم موضوع المية ده على فترة المية ده مهم جدا المعدة اول ما بتتملي فيه هرمون اسمه CCK ده موجود في المعدة الهرمون ده بيبتدي لما المعدة بتاعتنا بتتملي بيبتدي ان هو يتفرز علشان ينبه الجسم ان هو خلاص شبع فاحساس ان انت جعان خلاص بينتهي بتحس ان انت شبعان فمعندكش قابلية ان انت تاكل ودي اول خطوة مهمة جدا عشان التخصيص الالياف اللي احنا قلناها ديت zero calories مفعاش طاقة فبالتالي انا مديتش الجسم طاقة مريت معدتي فاناش بعت فالجسم عايز يحقق المعدلة لانه محتاج طاقة غريبة او الموضوع zero calories ده حيجننني كل ما تقولوا تجنن في حاجة في الدنيا zero calories اه طبعا ده مش همش بنزلط احنا دلوقت في حاجات كتير كل مرة تقولي كده بقى هتجنن ازاي zero 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 calories هاش اي نوع من الانواع الطاقة وما بيديش طاقة لكن فيها حاجة تانية فيها فيتامينات ومعدن انا ما اديتلك طاقة بس اديتك فيتامينات ومعدن اللي موجودة في الالياف الطبعي وعشان كده دايما اللي بيخص على الالياف الطبعي تلاقي جلده حلو جدا تلاقي وشه منور دايما يقول لك اه انت خسيت وجسمك نزل بس انت وشك لسه منور وشك رادد خلينا نشوف الفيديو كده اللي بيشرح لنا الالياف بتدخل تعمي اللي بطننا يالله تابعه ات تابعه تابعه موسيقى Your bloodstream it helps to prevent massive Sugar Spikes in your body that lead to Energy crashes thereafter The Sources of soluble fiberuum include Ochmercial Nuts Seeds and Lentils On the flipside Is something called Insoluble fiber This is a Type of fiber that Hex to Add bulk to our stool area Pess stool more quickly and thereby prevent things types has hemorrhoids Constipation and more Insoluble fiber can Be found in Wheat bread ترجمة نانسي قنقر 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 هو أنت بتبتسم في وش جارك إزاي كل لما تقابله وإنت طالع أو نازل وريني كده ور نفسك ابتسامتك بتبقى عاملة إزاي؟ طب بزمتك ده منظر تقابل بين ناس اللي بالليل بيتقفل عليكو باب سكن واحد؟ نقطتين مياه يقع من البلاكونة اللي فوقينا تحصل مشكلة وتحصل خناءات وجران يخسروا بعض يا طرى ده سبب كافي إن ممكن اتنين يخسروا بعض إن ممكن جران يتقطعوا ما يتكلموش لمدة طويلة أخبار أخلاقنا مع جراننا أخبارها عاملة إزاي؟ انت عارف اسم جارك اللي جنبك؟ طب أولادك عارفين أولاد مصرية أصيلة بيقولوا إيه محدش بينام جعان يعني محدش بينام جعان عشان كان في المقابل بيقولوا بيقولوا إن المليان بيكب على الفاضي لسه الطبق اللي في يوم صافة واللي في حتيهاني وعارف اسم البواب كمان عبدالتواب تعرفي جرانك اللي سكنين في الدور السابع؟ ولا الأول حتى أنا عمرتي أصلاً فيها جران قليلين وعارفهم الحمد لله أنا والدتي كان بتحكيلي دايماً بيقافي ناس بيقافي أخوات ممكن ما يكونوش أصلاً نيموا علاقة ببعض يعني من نفس البيت عائلة بس بيكونوا غرابة عن بعض كل ما نحب نتكلم عن الجار نقول أمي والطبق اللي طالع ونازل للجار عليك حقوق زي حق أهل بيتك كده مين فينا دلوقتي يعرف ظروف جاره؟ وحسس بيه تعرف حقوق الجار على الجاره إيه؟ أنه ما يزهوش يعني مثلاً ما يجيش المنس بالله قدام بيته وما يجيش يعني يعمل بتجماله لأي نوع من أنواع تسعاده طب أنت يرأك في اللي ممكن يرمل القانونة بتاعته قدام جاره؟ لا شخصاً شخصاً في رمضان مثلاً تلاقي الطبق داخل خارج داخل بحاجة خارج بحاجة يو باحد في حياله الناس بيتحب تبعد عن بعض أحسن ما بيوش عايزي تتكلموا مع بعض بقى بيخابوا كل حاجة عن بعض حتى يشوفوا بعض ما بيصدفة في أي حتة بيسلموش على بعض ممكن تلاقي ناس ساكنة مع ناس في العمر ومتعافشوا بعض إيه معايها حب دارك كل الحب اللي ممكن تدهوله حتى لو أنت شايف إن ده ما يستهلش منك كده ولو دفعت باللتي هي أحسن صدقني هتلاقي عدوك ولي نحنين لكن العمرات حتى لجنبك لو عندهم مشكلة تقدر يتقترح عليهم عزومة يعملوها ويتعرفوا على بعض وإيد واحدة مع بعض مش حاس الموضوع ده بقى صعب أود لأسي أنت تقدر تدخل بيسات واحدة في سنة صعب إن هي تدخل بيوت ناس ودعم حاجة ده توعدين أن أنت تبدأي بنفسك وتبدأي تتعرفي على الجراد من النهار ده أحيب بتكفل أزعاً عن الجار بتاعك لما بتحس إن عنده مشكلة أو في حد ممكن يجي يأزيه يا طرى بتبدأ تدافع عنه بتخافز على جارك وبتستحمل الأذى بتاعه معلش ممكن إن هو يعملك حاجة أو يدرك بحاجة ممكن تستحمله استحمله لأن النبي عمال كده استحمله لأن اليهودي لما كان بيروح يحط القمامة بتاعته قدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيصبر عليه ولما مرض اليهودي إن دبي في مرة طالع ملاقاش القمامة خالص وعارف إن اليهودي مريض فرح ظهره بتقدر تعمل ده طيب بتقف جنبه بقى لما يبقى عنده مشكلة أول ما يبقى عنده مشكلة بانتهى بتتجوز ابنه في المستشفى بيلاقي الجنبه بيحس إن جاره سنده ضهره بيحس بداه معاني حلوة أولا ورجعت لنا هتفرق معانا كتير يا طرى بتسطر عرضه يا طرى لو حد تكلم عليه قدامك لو حد قال ده هو الجرج ده كذا 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 بتدفع عنه تبدأ كده تحس إن لا ده جاري ما يبقى عش إنك إنت تتكلم عنه إنت إزاي تقول كده وتدفع عنه أول مصري بأخلاقه ويرجع الحب يتنقل من العمارة للشارع تاني وتفرق في حياتنا كتير اشتركوا في القناة 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 هذا المسلسل برعاية اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 لقد توقيت رأيه ليكت مين قال لك موسيقى بقى ما عملهاش كانوا خلاصوا عليهم هايبقى نجوف لو في تسريب من عندنا المهم دلوقتي نطلع بأي معلومة بواقي الورق اللي انتوا لقيتوه في الشقة لأن المعلومة مو ولو عاوستك هطلبك بس للطوارق كيف أنا؟ سلام سلام من غير أي إضافات نوريني الشط يا جماعة ما طايت في الجسيل مفيش مستحيل كل دي رحكة خليك إليه مرأة كنور فايل فودز ردحكة كل ذات ضيفي مقاعب كنور مش بس على الرز الأبيض على الرز بكل أنواع معك نور فايل فودز رحكة للإعلان على شبكة تلفزيون النهار الوكيل الإعلاني ميديا لين الاتصال على الأرقام التالية في أبيض في الشمس وبرضها يحمينا الإضافات نور غزيلك طايد الجديد بقوة الإضافات هو اللي بيديكي أنسى نظام نحن برامل حقيقي وشك بجديد لكس دببال سلام عليكم الفنز البناء تعاملين ايه انا كحزب تجعان انا اكل هنأكلك باية عامل النهاردة فتت مكدوث احنا لازم نعطاز بأكلنا تبتاكل ايه فقرات جديدة ومختلفة وعامل النهاردة شاب ترحل تدرى بسطان ويف الأوتوبيس بيتوزع ورق حك تعرفني لو صباح كل شيخ ولو طريقة بقى الاسم ليش بتخص بسرعة خاصية الفار في الملاعب المصرية وهل افاد الحكم الخامس الكرة المصرية وكيف يمكن التغلب على مشاكل التحكيم كل هذا واكثر مع اروان الليلة الحادية عشر مساء على النهار هذا البرنامج برعايت هل هو القربيس؟ دعم اشكرا لعيزان رابطول والفار يتكال واينت فقر حسنا لا فاش خامل الزاب على اذنك ممكن؟ ممكن؟ خاسة يا ياد ماش يلا ياد يوم انت يا يوم انت وقيمة يوم غلط يا حازم ووجودك أصلاً أنت متعرفش شريف دي ودار ممكن يعمل إيه ما بخافش أنا من هتة الظبط سابق قدراتي بتاع بيزنس و كوميشنس عملناها قابله سلام يا جزو اختو الله يبارك فيك ما قلتش هالعزيمينة ولا إيه ولا بسة مقررتش هتاخد شريف ولا حازم ما تسكتي جوزك بقى عشان هي مش طلبها لك دي النهاردة فعليش ولا هالعزيم له أي هيمشيه وقيله أيتك كمان تحبيه أصلاً إيه السؤال دا؟ السؤال اللي أنت واضح أن أنت مش عارفة تجاوبي عليه عشان الهلمة اللي أنت عايش فيها دي بفلوسي والهلمة اللي أنت عايشة فيها دي دلوقتي أنا ضعفتها لك مليون مرة خلاص، خد كل حاجة أنا مش عايزة منك حاجة لا مش غريبة أصلي ماليكة طالعة المميتة هادية ولطيفة وطيبة ومش بتاعت مشاكل خالص يعني مثلاً مميتها اتجاوزت مرة واحدة بس أونكل أقرب في حين بقى أنت فريدة اتجاوزت بعد أنكل يوسف الله ارحمه ثلاث مرات وخاتنات بأنكل باهر تفتكر ايه م يمكن تكون اطلع على الاوباطن في الموضوع ده كمان ممكن مممكن لا ما تقتش انا عملئك ممكن في الموضوع الشريف ممشعرا يا باب انت فين ياب بيستال عليك وانا مش عارف وقل اه ايه معرفش يا اقرب فريدة مذاجها تتخاني معاي وبالذات في ليلة زي دي ويتفشت يا وحش ياريت ياريت لك فشك لميز تحارف موضوع استاهد ما عدت مش حتى قيبها إنت وحفظك يبا هذا المسلسل برعاية صباح الخير أهلا أهلا ده ريحته برفين ده ريحة وبسطة على الفواضي ما ما ينضبش خالص أنت إلزامك بانيكس عشان يديك نظافة وريحة وتوفير عشان الأربعة كيلو منه بسعر ثلاثة من أبو ريحة على الفوضي قولي كفاية وعيشي الطبيعة مع هيربل أسنسز بايرينيو قولي كفاية ملونات بارابان بارافين بلوتن وسيليكون عيشي هيربل أسنسز بايرينيو الغني بزيت الأرجان واليسمين عشان ترجع الحياة لشعرك من الجزور للأطراف عيشي الطبيعة عيشي هيربل أسنسز بايرينيو طيب نظافة ومفاجآت خربشي الاستيكر المنزوق جوه العبوة ابعتيك كود فرسالة على 2624 حيوصل الكبور على موبايل واجبة مجالية من KFC كل ما بيزيد تلف الشعر كل ما بيبقى عايزة أقوى من بلسم أقوى بكتير جديد بانتين ثري مينوت ميركل بلسم بقوة الماسك والبروفيتامين بيساعد على إصلاح حتى 30 أشهر من التلف في 3 دقائم بعد كل شامبو أو يشعرك مع بانتين ثري مينوت ميركل الجديد لأن القوة جمال دلوقتي دوني مركز بشكل وتركيبة جديدة بقى فيه كرات عطرية بتفرقع بلمسة واحدة وبتبدي انتعاش أجمد من انتعاش المسحيك لوحدها من هنا ورايح كل المواقف هتبقى مليانة انتعاش الغسيل ما يكملش من غير دعوة نعمة عدر قوي دوم طول اليوم تديني الثقة أعبر عن نفسي أكتر أنا أكتر من مجرد وش جميل أنا أكتر عشان عايز أنجح أنا أكتر عشان عندي طموح رح عبو بخبيرة الأزياء الصناعة أنا أكتر لأنني نسقى إنه أقدر بقى تحت الأضواء لكس جمالك وأكتر ملايين الستات في مصر بيستخدموا إريال أنا أم لتلتمية وخمسة طف في الدار صعب جداً إنو تيجي هدوم مستعملة ونرميها تدينا نستعمل إريال عشان بيشيل البقع واهما كانت صعب كمان الهدوم بتطلع نظيفة كأنها جديدة وبعد كده بنحطها في المخزن بطريق إنو كان دراع أبو اليمين عارف كل كبيرة وصغيرة شوفت عبد الحكيم جبت كريمة في البيت مصمر خراب والشيطين عش ترمي غير لو اللي بيحصل ده انتهى هايو أنا اللي جتلت ولو رجع للدنيا تاني هكتله ميكور كان رحمة منك يا رب لا أنت جزدك ولا حتى جزد وأنا ما كانش جزدي كل اللي عملناه عمنه وإحنا مخصوبيين الفتحة على روح المرحومة جابريا بعد الوقت هتولع البيت الكبير ما تولع البيت الكبير موسيقى على هامي شناء قادي أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي اسمه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حيث رحب سيادته بأخيه أمير الكويت في مصر وأكدا اعتزاز مصر الكامل بالرابط الوثيقة والأزلية التي تجمع بين البندين والشعبين الشقيقين والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتها التاريخية وإيمانها بوحدة الهدف والمصير كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي السيد جوزي بي كونتي رئيس وزراء إيطاليا حيث رحب سيادته باللقاء رئيس الوزراء الإيطالي ومشاركته في أعمال القمة العربية الأوروبية معربا عن تقديره للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين كذلك استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي السيد جونكلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية حيث رحب خلال اللقاء برئيس المفوضية وبوفد الاتحاد الأوروبي المشارك في القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها بشرم الشيخ والتي تعكس بدورها عمق العلاقات التاريخية بين الدول العربية والدول الأوروبية وأهمية تعزيز التعاون والحوار المتبادل بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة التي تواجه منطقة المتوسط كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني حيث جدد سيادته التهنئة لرئيس وزراء لبنان بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة معاربا عن تمنيات مصر له ولحكومته بالنجاح بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من طي رئاسة الحكومة الجديدة كل اللي ساميون في الورق ده ناس مهمين جدا حتى المشبينين تحت بقع الدم دي ممكن تكون قيمة تغتيلاتي حتن ممكن بس دي مجرد أسامي مرصوصة جنب بعض من غير ترتيب روز انتو الاتنين هتشترون مع بعض انت الدوريلي على اي معلومات هي علاقة بالأي ما دي في باقي الورق عدري خاند كنت متؤكد انك هتديلي ومش هتسبني الواحد في الحالة دي الحالة دي اني حالة اي حالتك انتي ولا حالت انا ونسابي اتنين بره بتخانقوا عليكي ومش حارف اقولهم انا بس انت مش مديني فرصة لدقيات شري صحبتك بس تحجيك بيها اللي عايزة عمل حاجة بيعرف يعملها شكلت كده انت اللي بتحجيك عشان ده تخطي بيدي شريف اتنخلتي وبيحبيني متخطي بلوش ليه انا استحالة اسيف مخلوقي اختك مني احدش هياخدني منك بس على شرط تخلص الموضوع ده النهاردة ولو ده ما حصلش انت اللي اختارت اخدي بعضي كمشي من هنا ماليك يا عزي ده بقى استناني استناني واحدة ورجعيلك اوكي بقولك اي ما شفتش اي ما عرفش قتلي خمس بقايق ورجع يا جماعة ممكن تكوني بتريح في قبط البنات عايزة مالي يعني مثلا طب قولك ايه انتو الديبل بتاعتكم علاش اسامي ها لا مفيش اسامي طب هد بليتك نعم يا اخويا هد بليتك ليه تعالوا معايا بس يلا ايه بس بقت تمام انا ممكن نرجع تاني الفرحان دي لا بقولك ايه استنى ايه تعالي قرب هيدي ايه تلك بس بقى الديبلة دي اسبوعك جاي نعمل حفلة كبيرة قوي وخطوبة ونازم كل صحابنا يا من خليك رومانس شوية قولي له حاجة ومستي يعمل له ايه يعني ما اقول الله طب هو بس بقى يعني من حفلة ويهزب طب يلا يا بريد يا بريد حوكي بقى عريز تفضلي يا بريد يا بريد ده تأخرت كده ليه طب بص 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 اخيرا انت هتقلقني منك ليه تقلقك مني انا نفست اوامركم كلها بالحرف ممكن تسيبوا اقلي وفح في حالهم خلاص هانت احنا مش بس وعلى فكرة مفيش حد بيتعب عشان بيدور على حياة مثالية الا اللي زيك انت بتقولي كده بس عشان متجوزة واحدة حصل مشكلة كده هبقى احكيلك عليها بعدين مامي فين بتدور على خلتك امم طب انا هروح ادور عليهم هما الاتنين وهجينا طيب يا راح بس برا فرح بنت النعب العام الفرح دلوقتي دوني المركز بشكل وتركيبة جديدة بقى فيه كرات عطرية بتفرقها بلمسة واحدة وبتبدي انت عايش تايد الجديد بكوة الادفات هو اللي بيديكي انصى نظافة من غير اي ادفات نوريني شاتكما ماتا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 يعني كنت متنبق ان انت هتبقى بتمثل وبعدين ساعتها انت كنت ساعتها بتمثل في الأب الروح في نفس الوقت ساعتها بساعتها 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 بمترجم للقناة المترجم للقناة طيب ايوه اهه علي العطار اه 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 موسيقى خدني شوقي لقيتني بروح عندها سبقني وراح يدها خدني شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وراح يدها كان حبيبة وغاير بقاله سنة والنهار ده وصل وأنا قال لي كنت طبيب الهواء والأهل العشب ببيع الده أنا قال لي كنت طبيب الهواء والأهل العشب ببيع الده من أصرعي كم صريع الهواء من أصرعي صريع الهواء ياه ديك وشاطرين كل لوك حلوة الخميس ايه؟ مش مهمة تقول لنا وأسمعك جلل؟ مم أنتو بتقولوا أقول بسرعة لا أقول ما تقولش لأنا اللي نصيرك بس الإفلحة كمية بس أقول لديك بسرعة فأجاب بتاني بسرعة أخذ فيلم شفته؟ نسيت اسمه برافو عليك تجديد ده؟ حاجة بحبها في شكلك؟ شعرك لا مش بحس النفاية حاجة في شكلي حالو عايزة بقى زيوكو كده عايزة بقى دمي خفيف زيوكو كده نفسي نفسي يا دمي خفيف زيوكو كده احنا ما بقول لك تبقى كوميديان؟ اوه اعمل ايه؟ طبعا اروح فين؟ شوط انت بتبقى قعد مع أصحابك بتدحكم ازاي؟ وطلع مثل كده اوكي بس اخر سؤال تسألوه لي نفسك ايه تعمله في الفترة الجاية؟ نفسك ايه؟ اه والله يعني تعارفة اننا يعني احنا كنتين جدا احنا كنتين جدا اكيد طبعا يعني صديفك تاني بازن اللبعد رمضان اكيد طبعا ان شاء الله اعرف كل حاجة هذا المسلسل برعاية جدا بس كل موسم لازم يبقى فيه فريق مام بروان ونجمنا هنا في الاستوديو مام بروان مام بروان مع ابراهيم فايد في قناة النظر تفدي نعم احنا بداية للكلام هو السلام عايزين نسيتها على مسألة شوية الموضوع مش موضوع أكل وبس ازاي بحبك للناس تقدر تتقبل أخطاء الناس طول الوقت الناس مهتمة بحاجات تانية غير الرياضة صباتي حياتك صباتي أكلك نهاردة هنعلم الناس تعمل أقلن زين جينا النهاردة بقى بالوحش ما تخلوا عطريس يمنعكم تشربوا مي بليز اشربوا لي بنا هيا ما ما فيش عطريس ما تبقاش عطريس نفسك سنانك حصانك لو صنتها صنتك جدا بننسى نفسنا اللي احنا ناكل أكل صح بننسى نفسنا اللي احنا ننام بالطريقة الصح يا جماعة حولوا بقدر الإمكان تتحكموا في نفسكم ابدأ الياضة من النهار ما تقولش فات الأوان ولسه ممكن ولسه ممكن مع نور خطاب الجمعة الثانية عشرة والنصف ظهرا على النهار موسيقى 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 قرائم لن ينساها المصريون موسيقى موسيقى ورجعنا لكم بسرعة جدا 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 في فقرة ايه سلطان؟ هم يا مامي مع مين؟ اسماء فوزي ايه يا مر Tonger ايه يا فوزي انا اقول لك فوزه يا صلاح ليه الدواء انت هتقيل الكثير يحفت سماء انك ع прыدت أماما الدواء نعم نحن كبه ما جبتش للاشتياكBI لا دي سه picnic دي سهلة مقدور عليها سبحاني فراخ وشلي جميل فيها هوت سوس وميزة بقى الأكلة دي مني بتحطي فيها كل الخضار اللي عني انا سمعت ان دي الأكل مفضلة جاكي شان ولا ده لاخع لا دي الأكل المفضلة ليه رفع اللي انا بحب دي أكلة المفضلة الأميتاب وحنعمل معها فرايد رايز وميزة الفرايد رايز ان انت ممكن تستخدم الرز البيت لان يجولي الرزة ما بيتسخن بيبقى وحش قوي فالحل ده مش هتحسوا بيه الرزة بيفكرني برز السوشي اه ايو 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 هحط شوية ملح انا كده ايه بنتبل الدقيق نفسه عشان يدي الفراخ الدقيق والنشا ده توم باودر اوكي هقلبهم كده تقليبا ماشي واحنا بنحط الزيت على النار يسخن علشان الصدور ما بتاخدش وقت خالص والسوا ممكن دي تتعامل باجناحة فراخ ممكن تتعامل بوراك زي ما انتو عايزين هنعمل ايه هناخد المقطعهم او مربعين هننزلهم كده طب ما احنا بقى عنصر مازيزة لا بيه ايه برافو طب قوليه يا سعدك في ايه طايا يلا معا ننسى كده ألبس نفس الجلابز اوه شاركوا مع باند ماشي ماشي انا في الوقت ده عقبال من انتو تعملوا الفراخ كده وانقليها هعمل الصاص بتاع الفراخ دي الصاص ده بقى ايه انا عامله فيه تركة كده شوية يعني مش مش اختراع اوه ايه تركة بقى ايوا 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 بعصير البرتقان يدي بقى إيه مزيزة؟ ولزيزة في الإزيزة لأ، مش عالش معاك أكثر من جيد أنا تهزأ تمام يا عشان بس بنفكر نغي الفقرة دي فأهزار كتيري أجل لا لا، سلطان هزعل منك تسيبها يا سلطان تفك عن نفسها ماشي في الرخ صحي يا جماعة بتجري الحمد لله أنا حطيت زيت تعالى في التوسة دي بصوا، السويتنسر بياخد يوجو لي فلفل ألوان بصل، وبصل أغضر، كوسة، جزر، ممكن تحطي بروكري يعني هو بياخد عادة فلفل ألوان كل ألوانه وبصل، وممكن كوسة وجزر بس أنا عشان هحط الكوسة وجزر مع الروز فما حطيتهم شو مع الفراخ يبقى إيه فيه تنوية عسما أنت متأكدة أن اللي إحنا بنعمله ده مش طريقة عمل الملبن؟ ملبن؟ أه شابه الملبن، صحيح الله، أنا بحب الملبن أه طب، عمللنا ملبن في مرد؟ حاضر يا ملبنين يعمل إيه بالبن، أنا أول ما أعرف بتقول لي لي عاشما مش تامع خلص، ماشي إيه ده؟ إيه ده؟ إيه لأحصر؟ بيش هايجا؟ إني رنصديكا، أها نيران صديكا وأنا إذا أجرب كده؟ إيه دوير؟ لا، أجرب يغير، بس عشان تحايق بس لك، مرحيم لا لا حظا زيت عمل جميع اه نحن نتاش بالاس ballot القرآ نعملهم 9 يا هيا انت بique ده واكا و نقلم والناقي بقى احنا مل لا والى بيحصل فينا حاجات مملقة وبنها من نفس الحجر بالمدة ولا حد اشتكل وتbracht اتمنعوا انتمพ pong pong نتعب ونقف قول بلا انها والش فاش ونتعب وإلا المحشي بقى محشيية محشيية وإلا لف ورق العينة ما قلتش ولو ما كانت السموع كده يترمي فوسك هاي بمحشي ورق العينة؟ لو فيها بتبتدي تاخد لون على طول كرمبة أحلى والفنفل محشي الفنفل إيه اللي خد لون؟ الفراغ بتبتدي تاخد لون على طول ماشي أنا هجيب طبقه تحت اللي هنطلعه فيها لأن الزيت تخنعه اه اه ودي نيزة والصدور ما بتاخدش وقت في السواء وهي كمان هتكمل السواء في الصف حال أنا بس عايزينها تاخد لون بصي يا نانسي يا هلون الله بصي صف لون ها دهب يا بس هي كده لسه ما استودش عاو اه 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 انا بس بنقفل اللتام وبتاخد التأثيلة من فوق دي عشان ما تنزل في الصف ما تبقاش طرية اه طب خد شوية اليوم اعمل اه اعمل حضر 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 بسم الله الرحمن الرحيم اه 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 والاس انا خدت على كده انا اه امنت على درعيز اه 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 اعمل ايه بقا هيا خد شوية ملح لسه سيكة اه اه وفلفل اكي وحنديها بوق قصير برتقون بدي حلوة ايه انا بحب الاكل دي اوه انا عارف اعملها عشان ننسي الناد اه بسي ناس والله عارف انت عارف نعمل لك حاجة سلام اناي بامية ورز بالشعرية تنجان مخلل تنجان مخلل تنجان مخلل والطول اه تنجان مخلل في الزيت نحمره الله ونجد اه لو سمحت نعمل حلقة اوريانت الاخ اوريانت الاخ لو انت راجعت عبارة بتصوير الناس اه ايجي كل بك اه 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 والله يا سلطان اوكي بس عايب تبقى كده احنا نجي نكونها هنا قبل ما نبدأ صح والنام بقى لأ خل فبقيت الفكرات انا هبتدي ازود حاجات الصص هجيب الخضار كده شوية على جنب ام اوكي هنحط ايه ده كاتشب طيب يعني دول قدت اربع معايق كبار طيب احنا ليه ما نحط مقلبش كله على بعض علشان انا بس عايزة الخضار يدبل فينا دلوقتي طيب ازيد ده هوت صوف اوبا بقى مش هنحط كتير قوي عشان ليه خطتي كلها يلا لا لا ما عطتش كل لا متخافش ايجي ده عم بقى والله مش هتخاص عشان بص بص هنحط عسل دلوقتي يا عسل اه يا عسل مش سويتن ساورد للزبط كده اه اهو السوس اي ده بيتا اعمل ايه بص الريحة هلق الفراغ برضو والله يبص شما الريحة شما الله كاتشف مع ال يربط يعني ايه يربط يا سلطان يعني يمسك يعني يمسك وياتقل فين النشا والدقيق معنا كانوا واحد في العمر بتعلم السرعة طيب ممكن ايه عندي ليه طيب انا انا هورد ايه اللي حصل بيه هو يبص على ايده اه اعرفت اعرفت بس نفك ميش كخ مامي ننسي لا مش مامي عشان كمه فل بستننسي فيها في حلوية طيب حاضر كامة اه وسخت الارض يبقى نبل لها بقى نبل لها بقى نبل لها بقى بعد ايجا وسخ المساحة فاحتاج ايخسلها بص يا سلطان اعمل حاجة حلوة لا احنا نفلع فاصل وقلق داني لا لا هات المنديل لانتنى داني منديل يا حبيبي مش مهم فاتك لا خلاصة لا انا هام حاجة تانية عشان نندا ايه اللي عصر النور ايه داني تفكر انه خلاص كده خلاص ايه انا معاملين كده اهو اتمشى بقى اهو خلاص مايكل جاكسو we are totally fine هنسيب السوس ده يتقل هنسيب السوس ده يتقل هنسيب السوس ده يديه على النار على حد ما يبتدي يتقل ويخش في غلاين تكون الفراخ استاوت ننزلها هتكمل سوا فيه مناشا دلوقتي بقى هنعمل ايه هننشيل الفراخ لانه ننحن خلاص اه بقى دهبي هنعمل ايه الروز حل اوكي زي ما اخلصي انت ده هننشيل ده مش عايزينه وده مش عايزينه اليوم هنا دلوقتي هنعمل روز ازاي بقى بص الرز ده قرادين مستوي جاهز تمام هنحط بقى في المفروضة تعمل في حل اسمها واك بتبقى غويتة كده عشان تعرف تقلب كل مهم اسم واك اه ماش واك 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 اه وفي الاخر هنحبط له انا ناس الفراخ بص بتادي التغليه وفاص صحيات هبقي ناس خلاص اشيل انا الزيت ده بقى بقيت الكوكو عادي عايزة من حمار بقيت الكوكو في الكوكو تاني اه لأ حماري نأ احنا نحب الناس تاكل وتتبسط هذه بقى هحط زيت حلو اوك كده بنبدأ بالزيت وكده كان رز مستوي بالظبط هنحط بقى البصل الاخضر جميل اوك بس هيا لسه مسخنتش بنا هستمع عليها شوية بس كده كده برضه انا مش عايزها يتبلق اوي ماشي هادي البصل بص البصل الاخضر مش بيضيقك صح؟ لا الاخضر ده بحب زي البصل العادي البصل العادي مش بحبه اوك اصلا يا سوتان حبه حب كل البصل علشان المضاد الحقيقي اللي فيه ما بيخلكش يجيلك برد وحطيت سن الكروس عشان خلال اما البرد بيجيلي بيتأخر بقى كتير مثلا عشان 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 اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما حاجة حد يكبعني بحاجة يعني أنا اقتناعت خلاص كله تبقى شوية كروم مش هسأل تاني ده كروم بفتع السلطة ومش الكروم بالمحشي وإيه ومشارشريين وكده آه مقطعين والفياخة طاقصية دي اسمها جوليانا اسمها جوليانا آه جوليانا وانت كل حاجة عنك لها اسم لها آه اللي درسنيها اللي درسنيها بقى بنحلل الفلوس وعقدة اللي درسنيها جماعة بنحلل الفلوس نحط شوية ملح وانضو شمى الريحة هنا انا شمى كل عشان كده وقفة هنا مش حاسة أن أنا متحركتش والفلفل طيب مردو انا عايز ازود لها شوية زيت طيب اه اي رأيك بعد ما نعرف انحط ايه على الرز نائم خوزى سمانة طيب انا هقولك دلوقتي هكمل بقية الحاجة انا حطيت كده البصل الاغดر والتوم والكروم ومعاهم زيت وملح وفلفل ده كوسة وجذر متقطعين برضو الصيا لا تأكله هيلسي يا جماعة pieخدار جتير والله الصيص عشان حضرت انا الخضار يعني مهم هم السنيين برضو يعني لا ناس بيأكلوا كل حاجة تقريبا ناية بالضبط كده انا هسيب دول يتبالوا وبعدين هحط الروس والسويا سوس والكورن وبيت بنعمل جنب كده بنحط بيضة ونقلبها كده تقليبا ما للسمسم ده هنحط قيمة الان علي عالفراق في الاخر احبي السمسم فأنا كده قلت عامل ايه لو عايزين فوزي يغني لحد ده من كده طب ايه رك فوزي تسمعنا حاجة من الحاجات الرائعة كميلة فضل لسه شوية وصفوا للصبر لقيتوا خيالوا كلام في الحب كلام في الحب يا أدوب يا أدوب يا أدوب يتخلوا في كل مكان مالينا حب حمال اتنين مالينا الدنيا أمل أمل مالينا حلوة في كل مكان مالينا حب حمال اتنين مالينا الدنيا أمل وحنان عيني عيني العشير خار مظلومين عيني 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 العشيرين خار مظلومين أعصبري مش قدرين أعصبري مش قدرين مقدرش أصبر يوم على بعض ودا الصبر عايز صبر الوحد وأنا مقدررتش أصبر يوم على بعض ودا الصبر عايز صبر الوحد والوحد مقدرش أصبر يوم على بعض حبيبي مقدرش أصبر يوم على بعض حبيبي الله مرافو فوزي مرافو صراحة بصراحة رائع فوزي 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 انهار فوزي بصي بقى نانسي عايز أقول لك حاجة في حاجة جميلة بقى اسماء ايه انا دوقت السص بس حابي بقى قول للناس بجد يا جماعة سص رائع جدا 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 والله ومرسيها اسماء قوي بجد ألف هانا وشي فهانا سلاطين مين يسلم ايدو نانسي طبعا الاكلة دي دايما بتتاكل برة وبتبقى غالية جدا احنا دوقتي عرفنا ازاي نعبالها في البيض لا ومش فعلا مش مكلفة حاجة ده ممكن بالمكارونة اه ممكن نعملها قابل زي السباجتة حتى كمان عشان ما تجبيش نودلس بصوا بقى نعمل ايه ممكن مكارونة ورز اللي انتوا عاوزين انا زودت شوية زيت وجبت الرزة على جنب هاخد بقى البيضة هنا ماشي وقلبها كده ايه تبقى ايه الدينتي يا واد انت اصلا عليك يا برنش بصي من عشي للقوم اويبي لا والله انا فعنام بجد بحبوك اقيمة لاحظت عطيفة مش عطا ليه احنا بنحبك اقيمة لا والله بجد يعني فامي ليه كده بصي بس مش يعني مكرهك شوية صحيح ليه يا ندسي فيه كرعي كده لا لا اخصي عليك انتي تعرف يعني كده لا والله ايه شكليات والله طيب حطيتي ليه بداية هيا كده فرايد ريس ايه لازم ياخد بيضا انتي بيضا انا بيضا هي لأ هلقيتنا شكرنا في السوس قالت ازاي اليوم عادي كده من غير معاك نبي لعب الحاجة نبي لعب الحاجة نحط البضا على الرز ايه 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 والله ايه هو اصولها كده اعوصوا لان الناس حلو كمبوت تاخدوا هيا دي كده الرز حلو بيقول بيت لقيم نبي كمبوت اه انا هحط دلوقتي ايه بقى الصويا مناصش نحن عمل ناش حياة هوكي هرعيبي الفانا وشيفا انت بقى مكاتلوا منك طلب ايه حادي هجيبلك السوس ده هنا نزلي الفريق في السوس اللي احنا هنمر له اوي اوكي عشان ما يضايقوا كيش اسكوزي ما اوي هحط بقى شوهية صويا الصوص مش حط قتيلة ان الصويا حدقا فنحطه وندوق علشان الملح في صوية تقيلة تبقى دارك وفي لايت انا بحب الليت حلاوة خفيفة بص الجميل بص الجميل ما ناخدش من الصنين اسوأ ماء يعني اه بص الله يا خطير ما اقتصد في كل حاجة بص الحلاوة بص الحلاوة بص الحلاوة اللي بليك كل مستوية خلص انه ما عادتش خدي بقى دي بتاعتي هاي اللباس خلينا خطاشوها لنفسك دون تواري متعواني عوادة دايما بعد ما تقلبيها وتشرب حطي بقى شوية من الاناس مش كله مش كله عشان فيها عشان هلقنا فيه حطي شوية من الاناس وبعدين هنرش السمسم على الوش انا عخليلك دي تبقي ايت لو عايزة تستمرها في التطليع هنا اه يا لو سمحت انا بحب اللبن سمسم قيمتا فعلا بقى بروفعليك ان انت لازم نسأل على السمسم سمسم قيمتا في الاخر خالص احنا هننزل انا نزل الوقت ايه سمسم انت مخلي سمسم في الاخر يعني اعمال كده تمام كده زي الفور نس احنا كده جاهزين عمتا ممكن نبتدي نغرف سحشيل الحاجة دي نوسع حلو كده احنا بنشيل حاجة بنوسع اوبا اه شلنا الاول ايه شلنا حاجتنا بنشيل البقصل وهذه البيضة ساعتنا كده ربنا يساعدك نقوبي نفسي نقوبي نفسي نقوبي نفسي والله نقوبي نفسي ده احنا لا انت متاع انا ممكن لساعتكم ممكن ادوق اله ده اقول لكم ناقص سكر ناقص ملح ناقص كمبوت هم نانسي دوقي الفراخ ايه اربار انا واقفة وارك عشان اخدك مش حاسبت وعملك ممكن فاوزي تسمعونا حاجة بس حاجة مختلفة بس حاجة مختلفة يا اسمة ايه يا حبيبو فاوزي تسمعونا بس حاجة مختلفة جدا بقى ايه بقى جدا حاجة كده انا بموت في الحاجات اللي بتترقص كده حاجة كده اخاني معاك اخاني معاك الان انت واسمي ماتي معاك الانت ماشي طيب كلينيكس خدوا لي ما اكتروا في القناة تاني والله رجعنا للمغنى تاني ويام المغنى ما اكتروا قناة تاني والله ايوة عبد يا سيد يا سيد يا عين والليل وقرشي ما بينانش ما بقى لك بقى بالعليل ما نقول أبوك يا فقر يا حوجني للأندال قول قول زلين أعزيز النفس ينفع العيط على الهواء عشان معدين المال ما لعون أبوك يا عوزة زلت السؤال لتال موسيقى 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 عبت يا صحب وتبزلت لأحوال ورجبت أول موجة في سكة الأموال آه لابقص لحب وتبزلت لأحوال ورجبت أول موجة في سكة الأموال أروح لأول واحد احتاجت له في سؤال قسر بخطر سعدها آه أنا 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 لعمل معه الصح أنا واسنده لو مال وقف جنبه في نحن وأكون أكون طويل وقال لو لعبت يا صحب وتبزلت لأحوال ورجبت أول خدوا أول حليني بقى جديدة نتوزيع جديدة قال لو لعبت يا صحب وتبزلت لأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال أيوة نباك كده بقى نباك كده بقى زعالنا الناس وقررنهم في الأغنية أيوة بروفو فاوزة كمل إنتي فاوزة موسيقى 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 المتونيا كانت ولا فرق مشيلتش انا ارشي الزمنة المتونيا كانت ولا فرق مشيلتش انا ارشي الزمنة داتي وطرق كل لما اتمنى حاجة تبيع از subsequent اتمنى حاجة ضいやم كل لما اتمنى حاجة ضيع از空 bre bigger than a servant توني كتري بترقيع عموش لقيني ولا دارسة عشت الحياة بكل سذاجة مطلعتش من دونية بحاجة ومين واخد حاجة كله تبع ويمش اه لو لعدة اغزق وتبتلت لحوال وركبت اول موح بزجة الاوال تروح لأول واحد تحتك لوف سواء تقصر بخطري ايه 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 لعمل معاه الصح انا واحد دول اول وقف جنب في نحن وطور اكون طويل البال لا تروحوش في اي حدة او لو حبيت تروح اوكي تروحوه اسف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل مواطن يعيش على أرض جمهورية مصر العربية يستحق أن يحيى حياة كريمة يقيت كل أسرة فيها شابة لازم يعمل الأسرة اللي عندها بنيت بتشتري راجل؟ وفجأة محدش يتصور فوز النهاردة مصر بالتنظيم هو انتصار للدولة المصرية كل نبي أتامر يابني أعزين فضايح على آخر النهار هذا الفيديو أنا أهديه للدكتور طارق شاوي وما فيش حد في مصر يعمل عالم البحر هم الفاشين اللي بشرفنا دي النهاردة هنتكلم عن موضوع مبهج جدا مو صلاح مو صلاح مو صلاح برافو على سمن مصري الحركة دي المواطن المصري هو البطل الحقيقي الذي خاض معركتين بقاء والبناء أهم ما في هذه المهنة هو المصدقية قبل السرعة والصفق والخبط الصحفية والتلفزيونية وما إلى ذلك آخر النهار مع تامر أمين الليلة الثامنة مساء على النهار هذا البرنامج برعاية تعالوا نشوف الرزاتو نتعمل إزاي أي حاجة في المطبخ بزيد عن حدها بتتقنب لطبضها تحض بجيين نعمل أكلة عكاوي بقى ما قلتكوش على جمالها تعاراتي إزاي بفرق ما بين الشبك والبقدونس وكزبرة صبحتو زي الفل وشوفك بكرة وحلقة جديدة من ألف هنة ألف هنة مع ريهام الجيدي من السبت إلى الخميس الحادية عشر صباحا على النهار وفاق عامر أهلا بك معنا في حلقة تحت السيطرة إحنا كبار يا مدق تعرص طبول ما بيقعش غير الشاطر في حالة ارتباط ابنك بوحدة متشهر بيها في مشكلة أخلاقية شوف اختاره إيه؟ بالنسبة أكتر قاله أيتم بتخاف من الحسد وطبيعي تخاف طليش دعوة ما كلمش في السياسة حد كتاب لك شيك بمبلغ كبير ولقتيه بدون رصيد ربنا نصير المظلومين تمام تشوف اللي بعده تحت السيطرة مع أروى الخميس التاسعة والنصف مساء على النهار هذا البرمامج برعاية المهمة أجرى تحقيق استغصائي على الشاشات الفضائية لو الدنيا كلها عدوينك أنا لا أنت بتنبل ليه المرتاح؟ طب يا جماعة بدم أنتوا خييفين بتعمله ليه الغلط أصلا؟ المهمة عارف بينا بيحبناك؟ الناس الشمال بس يقطح مدوائر الفساد المجتمعية اللي بيحصل ده مستحيل يزكت عليه ويكشف استطار عن خيوطها المهمة سبيلك الوحيد لمعرفة الحقيقة أنا متأكدة أنك تسفرد علي يرصد أبعاد أخطر الملفات التي تضر بسلامة المجتمع ليه 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 تعالى بس تعالى تعالى المهمة دايرين؟ دي دايرة؟ دي دايرة؟ مرتان أسبوعيا من أجل متابعة أدق سمعيني؟ سمعيني سمعيني هاتي الراجل سمعيني بعد رقص صريع باشي ميل باشي ميل أنا بطلب منكم تركيز أعلى من أي مرة معايا المرضى المهمة مع منعرائي الليلة التاسعة ونصف مساءا على النهار هذا البرمامج برعاية التعديلات الدستورية ليه هنرجع مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ؟ من ضمن مجموعة المواد المستحدثة في التعديلات الدستورية الجديدة هي النص على عودة مجلس الشورى ولكن تحت مسمى مجلس الشيوخ وانت أكيد بتسأل وده لزميته إيه وليه هي رجعتاني أصلا؟ قبل دستور 2014 كان البرلمان في مصر بيتكون من غرفتين وجي قرار اقتصاره على غرفة واحدة اللي هي مجلس النواب الحالي لكن بعد إلغاء مجلس الشورى التجربة أثبتت إن وجوده كان مهم جدا لأمور كتير التعديلات الجديدة بتتكلم عن تشكيل مجلس الشيوخ وإن عدد أعضاءه ما يقولوش عن 250 عضو مدته خمس سنين وبيتم انتخاب التلتين أما التلت الباقي بيختاره رئيس الجمهورية هتقولي أيها برضو لازمته إيه؟ هقولك مجلس الشيوخ هيكون لي دور مهم جدا في مساعدة مجلس النواب في مهامه لأنه هيضم خبراء ومتخصصين وأغلب دول العالم فيها غرفة تانية للتشريع وده بيعتبر ضمانة أساسية لإنجاز القوانين والتشريعات بطريقة دقيقة وصحيحة كمان هيتخذ رأيه في أمور تانية كتير منها مشروعات القوانين المكملة للدستور ومشروع الخطة العامة للتمال الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصالح والتحالف وجميع المعاهدات اللي بتعلق بحقوق السيادة وفي مادة مستحدثة بتنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب علشان نضمن أنه ما يبقاش فيه وضاروا بمصالح السؤال بقى هل فيه فعلاً فورمة بتبقى بالمكملات الغذائية بس ولا فيه فورمة أورجانيك ولا يا سلطان أنت سألتي لشخص المناسب لأنه أنا أصلاً يعني أنا اللي أنا عمله ده كله مكملات يعني فورموت دي فورموت دي كلها مكملة هم أصلاً وغدين منك المكملات أنا المكملات بتصنع من جسمي بتستخرج مني ومعنا عشان يكلمنا النهاردة طائل تيمي القريب جداً من قلبي حبايب قلبي تيم عز محمود عز ودكتورة يومنا قلين إيه؟ قمنا إيه يومنا؟ كله طميم حاجز عامل إيه؟ كله طميم حاجز؟ حاجز بهدلوه النهاردة أنا لابسة فستان مش حقر هربتي النهاردة لا أنا حقف أشرف أشرف عليكم إيه هي الفورمة الأورجانيك هز؟ الفورمة الأورجانيك إن الشخص بيمشي على البلان الوركاوب بلان والنيتريشن بلان بس يعني بيمشي على نظام تمرين معين ما يناسب التارجت اللي هو عايز يوصله وبالجانب ده الأكل محتاج أكل معين ما بيدخلش رساب المنز خالص بيمشي على ده بس تمام كل أحتياج جسمه بياخدوا من النظام الغذائي بتاعه وما بيحتاجش إن هو يدخل أي مكملات غذائية تعود تعود نقص اللي بياخده في الشارع الحالي بتاعته بس دي طبعاً بتكون اللي بتفرق في دي إن هي بتكون بس بتاخد وقت أطول شوية نسيج أطول بس يعني مكملات غذائية مفهاش ضررر بس في ناس كتير بيتحبش تاخدها أو في ناس معينة بيبكون عندها مشاكل في الكلا أو في الكبد فما يقدرش يأخدها فما تدخلهاش مكملات غذائية زي الأعمينو أسد والبروتينز نبينفعش ناخدها غير حمود عز مسائل فل مسائل فل عايزين نفهم الناس إزاي خلي شكل عضلة يبقى كبير من غير مكملات دي بنشتغل عليها على مرحلتين أول مرحلة إن إحنا اللي عايز يكبر الموسلز يوم بنشتغل معايا بويت عالي يعني بيلعب بويت زيادة وبنقلل التكرارات اللي بيلعب بيها حلو العدد مرة تانية بنعمل أعلى شوية يعني تكرارات أعلى بويت أخف عشان تعمل بومبنج للموسلز العضلة يتدخلها دم أكتر حلو جدا فيبقى شكلها فيها بومبنج أكتر يوا الموضوع سهل ولا صعب غير مكملات يعني بيبقى والله هي مكملات بتسرع الموضوع إلى حد كبير بس لو ميشي أورجانيك هيوصل الريزلز بس على المدى الأبعد شوي آه فلزل لما يدخل صابت يعني رهيبة هل ده تمام من عشان يساعدنا إن إحنا ننقص الماء من الجسم ولا البقدونس وكرافسة أول يعني أول فايدة لهم إن هما بيقللوا نزمة السمو في الجسم وبيقعدلوا نزمة السويل في الجسم وبيتردوا السويل الزيادة عن الجسم يعني ديها بقى بقدونس وكرافسة وكمان بيساعدوا في تزويد معدل الحرق وبيسهلوا عملية هضم السورتينات والدهون نحن بنضربهم في الخلاط ولا بنغنيهم بنغنيهم فاكرا عصير بقدونس اللي بنضربه في الخلاط ده ديتوكس ممكن ليهم كذا طريقات عملوا بيئة بيئة ديتوكس بيضربوا بس مع كذا حاجة كمان بيئة ديتوكس بيئة ديتوكس بيطغلوا وبنشرب الماء بتاعته طيب وانتي ديتوكس بتعمليه ازاي بقى بياخد كم يوم منك الديتوكس هو المفروض احنا بنسيبه يوم في الطلاج يوم واحد ما بيكونش غالص بيشغل راسيش وفي حاجات تانية ديتوكس بتبقى على طول بندربها في الخلاط وبتتشرب على طول طيب زي ايه زي مثلا الفواكه فواكه معينة مثلا بندربها في الخلاط وهوش في حاجات بتبقى خيار مع جرجير مع جنزبيل مع لامون ده بيبقى اليوم واحد ولا كذا يوم هو مشاعري؟ ماذا بد بيتيق Valerie لا الديتوكس 노�Have للديتوكس دigkeiten اليوم واحد لتنقيط الجسم من السمو وفيه ديتوكس دايد دا بنمشي عليه المدة تمام عيز هالالكارديو الناس بأقى مستقرابة لكارديو قبل التمرين ولا بعد التمرين وليه؟ الكارديو قبل التمرين ولا بعد التمرين لو لشخص احنا خالي نتكلم بس هنأسامها الجزئين فيه شخص بيبقى عايز ينزل الفعتس اللي في جسمه او ينزل الدهون اللي في جسمه دي بنرجح النهاية يا إما حجم الاتنين يا إما يعمل الكارديو الصبح أو لما يصحى يا إما بيخليه بعد التمرين بتاع الويد التمرينة بتاعة الحديد بيعمل الكارديو بعدها حلو جدا عشان يدخل في الفات بيرن زون على طريقه ده بالنسبة للشخص اللي بينزل الدهون ده بالنسبة للشخص اللي بينزل الدهون ده هيعمله يا إما الصبح لو عنده وقت يقدر يتمرر مرتين بيتمرن الصبح كارديو بس وبالليل بيعمل التمرينة بتاعة الحديد بتاعته حلو جدا ده بالنسبة للشخص كده. لو فواحد رفاية مش محتاج ان هو يعمل كارديو بس نقدر نحدد داب ونقم على الامبادي بتاعه ونشوف الفاتس عنده قديه. ممكن شخص رفاية مش محتاج ان هو ينزل فاتس. فمش شرط ان هو يعمل كارديو. ممكن يعمل كارديو بتارجت ان هو عايز يزبط الهارتريت او يعالي الهارتريت عايز يزبط الفاتنس بتاعه. عايز نفسه يبقى احسن. يقدر يجري احسن. دي بتبقى الاختلاف يعني فيه. بس الجسم عامة بيبدأ يحرق في الد فوق العشرين دقيقة. يعني بعد العشرين دقيقة يبدأ الجسم يحرق في الدهون. تمام جدا. طيب. دكتور يوم. التغذية السلبية. السيئة والسلبية اللي اتنين. ازاي بتأثر على البشرة والشعر. وخصوصا الشعر لان لو احنا عارفين لو ما كناش خضور كتير شعرين بيقع وما بيطولشوا حاجات كده. التغذية السلبية او السيئة احنا ممكن بيكون معتمدين على ان احنا بنتناول كمية من سعرات الحرارة كبيرة اوية من الدول واللهون والاكل المقلي والحلويات. فاحنا بنهمل تناول. احنا بنهمل مثلا تناول الفاكهة والخضار والبروتينات بنسبة عالية. والفاكهة والخضار دول فيهم المعادن وفايتامين زي اللي جسمنا محتاجها لتكديم خلايا والبشرة ونظرة البشرة والبروتينات هي المادة البنائية اصلا العضلات والشعر والجلد. فلو احنا اهملنا التناول الحاجات دي طبعا هيحصل ضعف الخلايا وبشرة. ناكل قد ايه في اليوم بروتينا. البروتينا المفروض ناكل حوالي يعني من 25 ل35 في المية من نسبة الصورات الحرارية المفروض ندخلها في الجزر. يعني قطع قد ايه مثلا. لا دي نسبة في المية بتتقسم الجرامز والجرامز دي بتتقسم للوجبات على مدار الوجبات في اليوم. تمنى. حلو جدا. طب عاز في ناس يتاخد مكملات من غير ما ترجع للدكتور ومن غير ما ترجع للكوتش بتاعها. هل ده صح ولا اقل? لا مش صح لان هو هو بروتين. البروتين ده في كزا نوع منه فيه بروتين فيه نسبة فيه بروتين آآ زيلو فاتس فيه بروتين آآ فيه كاربوهايدريتز فيه بروتين فيه كرياتين كل نوع بروتين معين. فهو احنا او المتخصص عمتا بيبقى اكتر حد يقدر يدله على الحاجة اللي هو هياخدها دي الصح اللي جسمه محتاجها. الحاجة اللي نقصاله اللي جسمه محتاجه. يعني ده خطر جدا ان حد يعمله من الدماء. فيه حاجات خطر طبعا زي ما ياخد بريوركاوت مسلا هو عنده مشكلة في الضغط او عنده مشكلة في السكر فده هيأثر طبعا عليه. وااحنا بنحسيبها بقى بالكالورز اللي دخل لجسم دخيله كام جرام بروتين دخيله كام جرام كاربوهايدريتز دخيله كام جرام فاتس فنقدر نحدد اللي ناقص منه وياخد قدية عشان ما ياخدش حتى اوبردوز. طبعا لو عملت غير كده يجي اخر السبوع يقول لك لا تعالد انا كله عندي هنا. اهو كالت اهو كالت اهو كالت. الموضوع لو هو عنده مرض معين ممنوع ياخد بنسبة بروتينات عالية هو اخد البروتين دي عالية هيضر نفسه بزيلا. في وقت اللي بحبه. يلا بقى. تمرين. ده اللي عسلطان. يلا بينا. ده اللي عسلطان. طيب احنا هنعمل النهاردة كم كده للناس اللي في البيت مفيش وقت عندهم اي ان كان ميل او في ميل. اه يقدر يعمل دي. تمام? هي عبتت تعمل مش محتاجها ولا حاجة. اه طبعا مع كابتن سلطان هنشوف انا هعمل معك جنبك هنا. مداش البينك عشان اه. اه. ما شاء الله. انت خط اخوات كبير يعني. هنبدأ هنبدأ اه اول هنعمل وهطلع لفوق. اعمل وانزل تاني بنفس الطريقة. حلو. انا معك بقى. نزبط التكنيك كده للناس. افرد ظهرك وفتح رجلك شوية. تمام. هنزل لورا. تمام? انزل بقى التحد. تمام. هطلع. حلو قوي. همار كيرل. شودر باس. حلو. الاكسرسايز دي بتشتغل على كزا. اه بتشتغل على كزا جوينت في الجسم. فطول ما احنا بنشغل جروب في جوينت ده بيحرق كالوريز اعلى معنا. بتشتغل على. دي يا جماعة تمرينات بسيطة ممكن اي حد يعملها في البيت. وموضوعها كلها بلا حب. اي حد يعني انا عملتها. دي بتشتغل على. اي حد ممكن اعمل. بتشتغل على. وبتشتغل على الكور ماصلز وبتشتغل على البايسابس وبتشتغل على الشولتر. فدي جروب في جوينت دي تقدر تحرق كالوريز اعلى. حلو دي. فالشخص يوصل يحرق اه. يلا يا سلطان. مدت بقى. نبدأ التاني. يلا يا سلطان. نبدأ التاني. باردو البينك. نعملو جنبك. عملو انت علمات هنعملو. ميش. هبدأ كده. يلا سلطان. نخلي. الوسط التحت شوية. تمام. ميش انا معاك. انا معاك. ده بنشتغل على الباك. وبنشتغل للشاس. والوات ناقص. بص فوق يا سلطان. بص فوق انت تتلعب. ونزل وزل تضحت السنة. بص فوق. تمام. تمام. ايام. مش تلعب. حلو. نا. تبدي تتمراني في الجيم. برافو يا سلطان. برافو يا سلطان. برافو. نتبقى انا علاء لك انتعب. ماشي. طيب هنعمل اكسرسايز تاني. ده حاجة اه تشتغل اكتر على الكور ماصل او على الابس اكتر. حلو. ده اللي احنا عملناه في الاول. برافو هش. يلطا. طبعونا سلطان. حلو ده سلطان. هنا. يلطا. امسك ايدي مبرة شوية. انا اقفل عليها كده. ايوه. افرد تاني ور. نا مش ضغط انت بتثبت. انت بتثبت. دي في الاغلب زي البلانك بس تبقى اصعب شوية. بس في حاجة غريبة عزي. في رعشة غريبة. انت بريد ان ده بيتجوع. تتغل على منطقة الباطن اكتر. لا بيشتغل. وده مفيد جدا. اه 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 اكترسايز رابع. اشتغل. اه اه اكترسايز رابع. اعطينا مع علمات كده. يلا يا سلطان. دهري. اه. هتسيبه. هتسيبه وره واحدة. اللي ده هنا. الرجلك. يلا. على رجلي. اه. يلا اه. بقليك الاتنين. اه. يلا وهطل على الاتنين مع بعض. اه. اه هيجيبه. خيار رابع مع بعض. طب شيل الدمبل اللي فريك لك لو صعب. ماشي. خلينا بواحد بس. يلا. ده اكترسايز للابس. اشتغل على الجزء ده. سلام. حلو. انزل واطلع مع بعض بقى. انزل واطلع مع بعض. تمام. حلو. هاي. يا خرب. يلا الاولمبيات يا صباح. عاش بالبابة. حلو. ده اكترسايز تاني معنا تعال اعمل واحد كمان وخلاص وترايح بعشان انت عملت مجهود المعارض. بس اي رأيك. لا حلو. لا حلو. خلينا بالدنبلز الاتنين. دي حاجة برضو للناس اللي قاعدة في البيت او عايز يتمرن هو في البيت. هنزل رجل ورجل كده هنزل واحدة واطلع بالدنبل. يلا. افتد اهرسينا وراء. انزل لتحت. تمام. اطلع. تمام. اه شاس والدهر. ده بيشتغل على الاجز والكور ماصلز. وهامر كيرل وشلدر باس. ده برضو نفس الفكرة ان احنا بنحرك جروب في حرق معالة كالوريز اعلى. تمام. افش اوه يا سنتان الله. متقمس. هنشتغل وانا هنحضر. اهو شوف انت وزن اختال اهو. تمام. حلو جدا. برافو يا سولي والله برافو عليك. الحمد لله. برافو. فيش تمرين تاني. براحتك. فاضل تمرين. نعمله تمرين كماشي. فاضل. ماشي. هو اصلا دي حاسة تمرين بتاعته. خياتي يا نانسي. ايوه. شوفت اللي احنا عملناه ده. اللي هو ده. نعمله بقى بس على جنب بقى. على جنبي. اه. ماشي. يلا. يلا. عايزك تنجاعز بقى ها. الله. شوفت. ايه ده محتاج كوبات شاك. ارفع وسطك بقى شوية. ارفع وسطك. اقشي الايدك دي. اعمل كده سلطان ايدك في وسطك. عاوسطك فوق سنة. حلو قوي برافو والله العظيم برافو بجد. مس كده. والضحرج وجري. بس حابل تسبق. طيب الاكسرسايز ده جماعة ما هنشتجربه في البيت. ولا هنشتجربه اصلا. هنجرب نعمله عالارض الاول. هنجرب نعمله عالارض الاول. الناس اللي لسه بدئه هنجرب. اللي بحبت نشرب شاك كدير. الناس اللي عايز تعمل ده هنجرب نعمله بلانك هو هو سعيد بلانك بس على على الارض الاول. بلاش على دي الاول. انا مش عالف اقول لكم. اهز يا صديقي. راب عليك والله. اتعملت الفور ما خلاص. خلاص كنت. انا انت كل كل مرة بقت جيد وتعملوا كلاس هنا قدامنا. ناشى وقف تحسن ما شاء الله. ما شاء الله. انا حسن في فعلا كدفه قب شوية. نورتونا. ونورك. وان شاء الله مرة جاي بقى لابسة ببنطلونة. ان شاء الله. ان شاء الله. هنروح فاصل. ونرجع لكم بسرعة. بس قبل ما نروح فاصل. فوزي. وهدى قلبي. اهدى واستنى. حلم دا ولا ولا بتمنى. هو دا حاببنا. اللي دا وبنا. هو دا اسمه. هي درنة. ايوا يا حبيبي. بحبك قوي. كنت فين وبعدت لعنى. ايوا يا حبيبي. واحشني قوي من زمان القعد جنن. ولا اقول لك ملاش الملامة. سيدي انا حمد اللي ع السلامة. ولا اقول لك ملاش الملامة. سيدي انا حمد اللي ع السلامة. الله على صوتك سمعني. اتكلمتاني ومتعني. رجعني لحبك رجعني. نسيني اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه على السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السابع مساء على النهار هذا المسلسل برعاية اما النقطة الضعف اللي فيها هي قلبة بص في بعض مجرمين بحبهم برضو بس بحبك انت اكتر من اي حاجة ان انا لما انجح وقتها دونتها اصفا مني حبيح اكتر ربيتي الولاد دا يتبتنظر يطيبون يفوس الناس حتى يأتي شفائي او قضائي في حاجة كان نفسك في حياتك تعملها ومعرفتش تعملها لا فتش عن عذابات الناس عن مصائب الناس هاي دي احنا لازم نحطها على الشاشات اترك لأهل مصر نفيسة جسمك عشق انا جسمك عشق جاي زجري عايز ارحق الصلاة ضغطي يعني اخش اليوم ساجدين كل حساب اواطي يجي لدي وحياة حين تقص الحياة على الناس ما بيبقاش فيه مفر غير الونس من القريبين والا 24 قرات يا بيه زي ما ربنا بيقسم بملك بقى كس خلاص هيدي بقصة باب الخلق مع محمود سعد في آخر النهار من الجمعة الى الاحد الثامنة مساءا على النهار هذا البرنامج برعاية يا مساء الفل على كل حبيبنا اللي بيتبعونا من كل مكان هنعمل اكتر اكلة من حبها في البرد هنعرف بقى المقادير هنعرف الخطوات هحط هنا كده قطع الاشترا حالا العدس فالدهون دي بتدي طعم حلو وبتسهل التصوير كل يوم ليه شكل معين فيهم بنعمل اكل سريع فيهم بنعمل اكل شارع فيهم بنعمل اكل دولي تكلفتها قليلة جدا نقدر نعملها في البيت بكل سهولة هناخدها هنعمل لها تشويحة على منار سريعة كده هنطوم كده على الابيض ده برضو تقليب كده سريع بعد ما تشرب الرز هحط عليه الحمص دي لعجينة ومن جوة الرز هو ده اللون اللي أنا محتاجه في الوصفة دي لما منجربها بنفسينا وتطلع حلوة خمست أنا جدا اشتابونا كل يوم في نفس المعاد شوفكم بكنا ان شاء الله على خير لؤمة هنية مع الشيف شريف عفيفي يوميا الواحدة ظهرا على النهار هذا البرنامج برعاية قرائم لن ينساها المصريون دي فتلة دلوقتي الفاشن بلاجر اسرق مصطفى زاكي إيسو زاكي إيسو اللي هتعرفنا كل حاجة عن موضة المحجبات وإيه اللي دلوقتي الرائج الموجود بنرحب بك يا إسرق في شارعنا شارع النهار أهلا بك يا إسرق وليلي بقى يا إسرق أكتر حاجة ترندي بالنسبة لبنت المحجبة السنة دي في الوينتر أكتر حاجات ترندي الشتة ده الكوتس عليها هيلز الليذر سكرتس أي حاجة أوبو سايز زين أنا ترندي بس مش محجبة بس ستين ترندي طيب العبيات موضة دلوقتي رجعت موضة علشان في ناس بتقول إنها يعني ما بتبطلش والبنت لما بتبقى لابسة عباية يبقى شكلها يعني حلو قوي العبيات اللي هي الأزياء الشعبية الكتير قوي في الوطن العربي أوكي إزاي بقى بقت ترندي تاني لما دخل عليها الليس والكازا فابريك مع بعض ألوان كتير دخلت مع بعض خلتها شكلها كلاسي قوي و ترندي جدا على الستايل الإماراتي والكويتي فبتبقى لزيزة جدا البنت محجبة عندها لبس صح؟ إزاي تخليه بشكل مختلف يعني لو عندها سكرت تلبسها على بلاوز مرة على بلوفر البونتالون مثلا واسع على حاجة طويلة إديني كم اختيار بحيث إنه هما لو عندهم كزا اوبشن في الدولاب بتاعهم إنه هما يلبسوهم على بعض تاني عادي هي أكتر مشكلة بتواجه البنات إنها عاملة نفس الأوتفت كل مرة بتلبسوه هو هو على الرغم إن كل بيس من دي لو زبطت عليها حاجات تانية هتعمل كزا أوتفت تاني حتى الطرحة بتغير شكل الأوتفت الأكسيسوريز البلت حاجات كتير جدا السكارفز بتغير شكلها لو هي ابتدت تلعب في بلت الألوان نفسها ممكن تعمل كزا أوتفت بمنتهى سهولة يعني لو واحدة عندها مثلا أربعة خمسة سكرتز وزبطتهم هيعملولها خمسة عاوتفت على الألوان تاني تمام طيب بالنسبة بقى للطرحة الحيجيب الحيجيب خدت مني باعمل الزمان للطرحة أنت من زمان طيب في دلوقتي ستايل مثلا لفت طرحة معينة اللي هم اتنين فوق بعض إحنا دلوقتي شايفين كله اتنين فوق بعض ما بقيتش واحدة بس بقيت مثلا بتتربت كده الورى ومرة واحدة بس ومرة اللي هي بتبقى عاملة زي السوريين والبندانات السورية طالع طبعا تريندي جدا إيه بقى اللي طالع موضة دلوقتي أكتر وإيه ممكن نطلعه تاني اللي طالع موضة الفابريكس الفابريكس كتيرة قوي وجديدة جدا زمان كنت تلاقي مثلا الكوتون سكارف والليكرة بس دلوقتي فيه الكوتون معاه فابريكس تانية مخالية شكله أخف وقرق مش بتثبت على الوش ومش في نفس الوقت تقيلة على الوش الشيفون كذا حاجة بقى مدخلي معها سيلك دخلي معها هي الوحدة أصلا فضيعة رهينة الفكرة بس إن كل حاجة هتتلبس إمتى؟ بالزبط يعني أنا ماينفعش تكون عندي مثلا فرح أو مناسبة ولبس طرح عليكرة أو قط أو ما تلبسها إيه؟ مش هتنفع تلبس يا إما شيفون يا إما حرير بتبقى مناسبة أكتر بغض النظر عن الساتين وإن هو بيلمع بس أنا ما بفضلوش شخصيا ما بفضلوش ليه بقى؟ مش عارفة أنا بحس إن هو بيطفي باقي الدرس أو الجون اللي بساهم عشان ليبقى أعلى معك أو بالزبط فهو بتبقى أكتر حاجة شديكي في قدامك هو شكل الترحل اللي أول ما يجي عليها النور تليها طب مناسبة الترحل مش عقباكي إيه أكتر يعني لبس طلع للمحجبين واستفزك معك في كيش؟ هو كان في الترح عموما لما بيعملوا تربو ويطلعوه قد كده فيه فراشات منوار يعني ما عنديش مشكلة في التربو نفسه لكن الحجم الفوليوم الفضيع اللي بيبقى فوق ده يعني أنا مش عارفة بيحركوا رأسهم إزاي؟ كده تعمل؟ وزنة بس كل ما بيبقى سامبل بيبقى أحلى طبعا طب إيه أكتر بقى حاجة عجبتك؟ خلاص اللي ما عجبكيش اللي هو الحاجات المنفوشة إيه أكتر حاجة عجبتك في لفك؟ برضو المنفوش بس بالسكيلتس بقى بالمنفوش؟ جدا عشان مودة الخمسينات كان مؤثر فيها بشكل فضيح طيب فيه أنت مودة نفسك كانت موجودة زمان ترجع تاني؟ أه طبعا إيه بقى الخمسينات؟ زي إيه؟ أنا طرحة بقى أنا لفة لا مش لفة طرحة هو الفستين بقى فتن حمامة الحاجات بس بما ينفع مع الحجاب ينفع مع الحجاب؟ يبقى طويل بس مجرد بس طويل و وشودرز الكمة بس شكلها حلو جدا أنا عارفة البنت تحسيها ليدي مش مش كده بحبها قوي اللبس الخمسينات طيب فيه بنات بتعتقد أن لبس المحجبات محدود إحنا بقى عايزين نقول لهم أن الأوبشنز بتاعته مش محدودة وكتير هتقول لهم إيه؟ لا هي الأوبشنز مش قليلة خالص هو بيعتمد بشكل أساسي على شخصية البنت نفسها وزقها أنت ما بتصحيش مرة من النمز هيأتي خلاص مش عارفة ألبس إيه وحط إيه على إيه و والسكورف ديه كفاشون بلوجر صراحة أخرجت برا الدلال فيه مدد البدل دي حلوة قوي السوتس دي تحفة إيه رأيك فيها؟ أنا عن نفسي أحبها قوي حلوة قوي وبتديكي كده شكل سيريوس وإلجان فورمل فضيع للفورمل أنا فاكرة في مشروع تخرجي لما كنت في الكلية كنت محتارة جدا هلبس إيه يوم مشروع تخرج والموضوع بالنسبالي كان أزمة يعني عشان ما كانش لسه فيه السوتس ما كانتش تريندي دلوقتي لأ موجودة ومتوفرة أويسكرتس وبنطلون ففيه فرايتي كتير في الأوبشنز طيب ده حلو زي إيه طيب أولين؟ السوتس زي إيه؟ إيه اللي ممكن اللي بنت محجبة تلبسوا يبقى شيكة عليها وقد السام طيب يبقى لبس محجبة الجامب سوتس شامب سوتس طالعة وايد لك بانطلون برضو ينفع جدا جدا يتلبس بليزر وتحته بيكون مع بعض وهو نفس الأوتفيت بيكون بليزر ووسكرت بيكون برضو شكله حلو جدا بديه بس الشميز اللي بتقفل عليه البليزر طيب لو واحدة عايزة تنزل الصبح محجبة برضو طبعا إيه اللوك اللي تلبسوا عشان تنزل بسرعة مستعجلة ولازم تنزل شيك طبعا إيه بقى؟ أسرع حاجة ممكن تتلبس وأكتر أوتفيت عملي البايزيك درس ده ممكن تلبسي عليه أي حاجة في الدنيا بايزيك درس حاجة عملية جدا الصبح هو بيبقى لون مثلا أبيض فاتح يعني هو بيبقى لون فاتح مش بيبقى لون غامق ومش بيبقى فيه أي تطريز أو تفاصيل سادة مجرد أنت عليه الشميز الجينس مثلا الكاردجن، التيشرت حتى لأنه برضو بيبقى شكله زي السكرت، وبس كده خلصنا طب ده حلو قوي طيب بالليل تلبس برضو الصوت ليكون فيها تطريز مثلا ولا ممكن تبقى سادة هي تسايم تلبسها بالليل وتخرج بها عادي مفيش أي مشكلة فيه طبعا الأوبشنز كلها موجودة، ممكن نفس السود، بالليل تغير أكسيسرز، تغير الشوز طبعا اللي كان قوم في الصبح يبقى هيلز بالليل أو لا، بلرينة صح؟ بلرينة صح؟ ممكن بلرينة بزا نورتين يا إيسو، هشوفك تاني، ومبسوط ان انا شفتك أصلا، ووعد مني ان احنا هنجيب ناس كتير بتكلموا عن الحجاب لأن احنا مهتمين جدا 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 بالموضوع ده أوكي؟ إن شاء الله، وعد، استنجي تاني، نجيب حاجات كتير نعملها ودي كانت آخر فاكرة معينا النهاردة، هتوحشوني جدا، هشوفك بكرة، بس قبل ما نمشي باي، فوزي، يلا أقول حاجة بقى موسيقى 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 في وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمل بحكيله واشكيله واشرحه أعيد فجأة لقتها وكنت فاكرها عرصت للبحر خرجة من المية وطلتها أقوى من السحر لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبة جوا دماغي حاجات لما الرأي دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل إيه؟ رحت أنا غنيت إمت الحب طار قلبي ولا في الخيال عودك دافيت موال موسيقى موسيقى عقلي عقلني وقلبي يقولي روح له أقول مخدتش ثواني وكان قلبي طالع كسباني رحت وقلت له إن أنا والهان أنت الحب الطعام يا سيدي على الأيام لما فيها تقلبنا غرام فجأيه كل اللي فات تقلبنا غرام فجأيه كل اللي فات اشتركوا في القناة جرائم لن ينساها المصريون الرئيس السيسي يستقبل أمير الكويت ورئيس المفوضية الأوروبية ورئيسي وزراء إيطاليا ولبنان على هامش أعمال قمة شرم الشيخ مجزو الأهم وآخر الأنباء من تلفزيون النهار أهلا بكم عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس لقاءات فنائية مع أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصف قمة شرم الشيخ بأنها تاريخية نظرا لأهمية الموضوعات اللي يضح وصراحة بشأن التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات المتعددة التي تشهدها المنطقة ودع الرئيس السيسي زعماء أوروبا إلى احترام خصوصية مصر في التعامل معه نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أنباء تفيد بفرض رسوم دخول لكورنيش النيل بمحافظة المينيا بعد الانتهاء من تطويره نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد من أنباء تفيد بعدم استعداد الحكومة المصرية لمواجهة أسراب الجراد المتوقف في دو إهدار وزارة الأوقاف لستين مليار جنيه من حصيلة أموال الوقف وشددت الوزارة على أن أموال الأوقاف لها طبيعة خاصة أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدأ التحقيق في جميع وقائع المخالفات التي تضمنتها البرامج الرياضية خلال الأيام الماضية التي تجاوزت حدود الرأي وحقوق النقد وأوضح المجلس في بيان الله أنه تابع ببلغ القلق التراشق اللفظي والحوارات المتدنية التي تدور في عدد من البرامج الرياضية في الوسائل الإعلامية خلال الأيام الماضية مؤكدا اعتزامه تطبيق العقوبات الصارمة التي أتاحها له القانون على المخالفات التي وقعت في البرامج على الشاشات أو الصحف أو المواقع ضبطت الأجهزة الأمنية تشكيلا عصابيا تقوده سيدة انتحلت شخصية سيدة أعمال للاحتيال على عدد من البنوك والاستلاء على أكثر من ثلاثة ملايين جنيها المزيد في السياق هذا التقرير استمرارا لسياسة وزارة الداخلية الرامية لموجهة الجرائم التي تدور بالاقتصاد القومي نجحت الإدارة العامة لمباحة الأموال العامة في ضبط تشكيل عصابي تخصص في الحصول على القروض من البنوك بموجب مستندات مزورة تتزعمه سيدة تنتحل صفة سيدة أعمال متخذة من شقة بالقاهرة وقرا لهذا النشاط الإجرامي وأخرى بالإسكندرية مقر لشركة وهمية وعثر معها على بطاقات ضربية ودفع إلكتروني ومبالغ مالية وبطاقة رقم قومي مزورة وسجلات تجارية وكشوفات بنكية وصلت مدريات الأمن زيارة عدد من المدارس الابتدائية لتوزيع كتيبات تثقفية على الأطفال والقائم حضارات للطلاب للتعرف على دور رجال الشرطة المزيد في السياق هذا التقرير لنشر الوعي بأهمية دور رجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية للتواصل مع فئة المجتمع فقد وصل عدد من ضباط مدريات الأمن توزيع كتيبات تثقفية على الأطفال بالمدارس بعنوان إرسم لون كلنا واحد وكذلك صور ملونة لمركبات ودرجات نارية حديثة للشرطة بإسلوب البازل لتوعيتهم بثقافة العمل الأمني منذ الصغر من خلال معلومات مبسطة عن دور رجال الشرطة في حمايتهم وحماية أسرهم من تلفزيون النهار كان هذا مجازنا لأهمي وآخر الأنباء إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة برعاية يا رب يا ساتر مجيدك على رأسي والله يا محرم بي خذوا يعملوا عشب احنا لسه هنعود مش هنعود ولا حاجة هنبشي خلاص فضل المحرم بي شكرا حسن أخوي أزنك تعرفه محرم بي أنا طبعا أعرفه لكن هو ما يفتكرنيش محرم بي صاحب أبوك الله يرحمه الروح بالروح تعرف الصرايا اللي في آخر البلد مكفولة ايوة الصرايا داي طبقه بتاع المحرم بي نورت البلد أنا كان بينه بنبك شوال كتير ما فهمك أنا كل حاجة ما سستعزل العشاء لا 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 عشاء ايه بقى أصلا احنا جاي من المطار على هنا على طول احنا يضعبك لنروح نستريح لا تروح فين دبتي هنا وادين هتلاقي الصرايا فيها وطراب كتير وعايزت تنظف بكرا الصبح ان شاء الله هبعد لك حد ينظفها عشان توجد فيها على رواجة أنا بعادت الناس نظفه من يومين ثلاثة بقولك ايه أنا عازمك بكرا على الغداء وعادت حسن معك تحت أمرك يا محرم بي طيب أستعزاني ما بقى فضل أمحرم بي فضل 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 بي يا ربي يا سيد فضل أمحرم بي البقاء لله ونعمة بالله منجي الكوش في حاجة عيفشا السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم فضل أمحرم بي فضل 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 مروان لو ما قلتش نادية فين أنا مضطرة أفتش البيت كله ومش هانشي لو هي معايا ليه هي أجل ريش تستندل الصبح ولا إيه أمحرم بي أمحرم بي أمحرم بي هتسلمه نادية؟ هايزاني أعمل يا زينب أنا مش عايزك تعمل حالة أنا بس عايزة عرف انت بتفكر في ايد الوقت فضل هو نفسه الجرح اللي فقل بها عشان خاطر أبوها المفروض ان احنا الكبار كانوا أعلمونا إزاي نحب بعض إزاي نعيش مع بعض المرتحين وكتفنا في كتف بعض بس للأسف ده ما حصلش وإحنا دلوقتي بندفع دافر أربعتاشر ساعة رايح واربعتاشر ساعة راجع طفل سرطان السعيد حرم يتغرب ويسيب أسرته طفل سرطان السعيد صعب يقف طوابير المرحلة الثالثة من مستشفى السعيد للسرطان مستشفى شفا الأرمان بتعمل أول قسم في السعيد كله متخصص لعلاج أطفال سرطان السعيد شارك بسهم الشفا في زكاة أو صدقة أو صدقة جارية بمية جنيه بس عشان سعيد بلا سرطان إن شاء الله اتبرع والتصد دلوقتي بتسعتاشر أربعة خمسة وخمسين يصلك مندوبنا لحد باب البيت جيسوا فرحاتكم منين يوكل لك جدا حضر ياه جرب عليه ده حضر ياه أه؟ هاكل منك حج لم؟ إحنا من ماتب نشتري إحنا بنجيز بس عيلين يتمرمغوا في خيرك أبرك من قرطة عيال متعرفش تصرف عليهم السند مش في العدد اتنين كفاية زي ما بهتم بصحة وقوة جسمي قوة شعري أكيد مهمة كلير الجديد بمغازيات فروة الرأس مع قوة البنبو الطبيعي لشعر عشر مرات أقوى ومية في المية بدون إشرة لا شيء لأخفين جير الجديد بمغازيات فروة الرأس حكاية بيقدم لك نظام حكاية للعيلة هيخليكم تكلموا بعض ببلاش وهينقلكم على باقة شهرية واحدة وهتقسموا وحدات الباقة ما بينكم كل واحد يستخدمها زي ما هو عاوز اتصل بخمسة 2.5 وحول النظام حكاية للعيلة الجديد حكاية نقلة تاني الشمس معك في كل حتة بتروحيها حتى لو انت في الضلة تأثيرها يفضل معك وأشعة الشمس هتخلي وشك دراجتين مختلفتين فيرند لوفلي مالتي فيتامين هيحمي بشريتك من الشمس وهيوحد لونها وكمان هيخليها منورة ونظرة ودعي بشرة مش موحدة وراحدي بشرة منورة دلوقتي دوني المركز بشكل وتركيبة جديدة بقى فيه كرص عطرية بتفرقعة بلمسة واحدة وبتبدي انتعاش أجمد من انتعاش المسحي الوحدة من هنا ورايح كل المواقف هتبقى مليانة انتعاش الغسيل مايكملش بمغلد عوني جديد سانسلك التغذية الطبيعية تقلقي بشعر ناعم طول اليوم وريحة جميلة تجدد تقطك مرة بعد مرة مهما رحت أي مكان ومهما عملت فيونه جديد سانسلك بالمكونات الطبيعية نعومة ورائحة جميلة تدوم 24 ساعة ما تخليش حاجة تقف طريقك مع شعر ناعم وريحة جميلة على طول لبسنا قبيط مش أي قبيط طبيط في الشمس وبردوها يحمينا الإضافات تنور غزيلك تايد الجديد بكوة الإضافات هو اللي بيديكي أنصى نظافة من غير أي إضافات تنوريني الشطة يا جماعة مع تايد في الغزير مفيش مستحيل الصلاة يا مسلمين الصلاة الصلاة يا موحدين الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن محمد رسول الله 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 أشهد أن أشهد أن أشهد أن أخذ بيلي بقشرب أول قهوة بقعت على هدوم يتعامل في الأول قتب حت أي حاجة في الغسارة أو حت أي منتج معه وخلاص وكذا حاجة بازت اكتشفت أريال الهدوم ترايت نضيفه ونضافة غير عادية والألوان تبدو الزهية هي وأنا واسك من نفسي وسعيته بعرف أقنع اللي قدامي بأي حاجة لو لازم ينضف لازم أريال نو زيت يون دو زيت رانجي سودان تورنزون نمان كمان بعتورها الفرنسية الجديدة كل اللحظة معاك ما تتنسيش هديها وفهميها أن احنا هنقضينا على طول ما تقلقش أنا عارف هتصرف معاها إزاي إيه ده بس المهم أقول نوي على إيه مش عارف بكرة ما قابل مران هشوف هيعمل إيه طب ممكن تهدي اللعبة بره إحنا مش عايزينهم يسحول اعتماد المالي بتاعنا تعمل إيه أعمل إيه ما حدش مقدر لنا فيه يقدر إيه في حد عاقل في الدنيا يحلق بضعف مخاذج بخمسين مليون ما أنا ما كنتش عامل دي كده كان زماني متعلق الحبل المشنقة مش عارفة ليه نقلق أنا حاسة كده الهدوء اللي هو وما فيه دوت زي الهدوء اللي بيسبق العاصفة ربنا نسطر على المهم أنا بعت رسالة للجيو بطوله عايزة قابلك رب ده عليك لا للأسف طب هتعمل إيه محر؟ بكوكي سبين إيه ده واعدة أفكر أنا دلاتي خلاص ما عنديش مخ وعندي أمل وما قبل اتمرار من بك راح أجيب نتيجة تفتكر؟ آه إن شاء الله إن شاء الله بصوا على خير ده من أهله ربنا نسطر تعمل إيه؟ هتموتني؟ ما يهمنيش المهم إن خطي طرى بوي شفتك وإنت جلبك محرج على بوك زي محركة جلبي فضل عاد المأمور ما حدش يجربلي لو حد يجربلي أنا هموت نفسي خضور فـ لو روحت لآخر بلاد المسلمين احنا هنفضل هنا لحد امتى لحد ما دا دي يقول بس انا مش عايز اعود هنا ثانية واحدة انا همشي بكرة الصبح معلش هو بابا ده عمره غصبك على اي حاجة في الدنيا ممكن تسمعي كلامه المرة دي انا مش مستريحة هنا هعود هنا ازاي هتعامل مع الناس دي ازاي اصلا ان شاء الله شوية كده وتقدر تستحملي استحمل لما الوضع دي يكون مفهوم لكن انا اسيب حياتي وشغلي وصحابي وكل حاجة هناك واجي هنا انت متخيلة اسيب لندن واجي عايش هنا وبعدين انا عايز افهم بقى انا دماغي مش قادرة تستوعب خالص انك قدرتي وقبلتي اصلا تسيبي حياتك وشغلك صدقيني يا حبيبتي كل حاجة هتتحل واللي انت عاوزها هيكون بس ازاي ما انا قلتلك المسألة اياك اشوف عينك دمع انت اول اخوك البقى والحزن للحريم لك انتو لا كمان عادش ينفع خلاص وإيه اللي معتش ينفع اني كريمة وبناتها يفضل قاعدين هنا في البيت اقدرش هتحمل اشوفهم قدامي للنهار ان راكت باريش لهم حطت في البلد الخراب حل على البيت بس هو رحمة الغالي لكت عرش لهم البلد والبيت والبيت ايه ما عاش بكش كلامي ولا امه انا ما عايش اسمع الحديد ده تاني خالص طب تعال 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 لما ابوك مات الله يرحمه يا حسن قلت ان انت واخوك هتبقوا سندي ودراعي اللي يجيب لي حجي يا خطاري بس يخسار سمعت انتو كمان كلام كريمة وسبتوها جالت علي اللي ما يتجال واتهمتني وأنا بريئة عشان تدخل البيت وتجعد فيه وانت جوازت ريتال واخوك جواز زينب وفي الآخر نادية جتلت أبوك اما انت فني من يعاني من جوه وأنا عملة مفرد فيك أبدا وحتفضل في عينينا ونشيل مداسك فورصنا بكرة تعرفوا ان كلامي صح وان الكريمة هي اللي وزت نادية اكتلبوك ولو ما جطعناش رأسها رحت بخ السمع في كل اللي في البيت اللي عدم تكتلنا نفره سمان جابريا بقبطو واحنا في قدينا السلسلة ونجر انا هعرف اتصرف مها واسك فيدي وماروان وماروان ومش لازم يفلت من تحت قدين زينب عارفة ليه؟ عشان جابريا هتبخ السم في ودانه هتقول له يا ولدي نادية دي من العيلة بتاعت كريمة وزمان كريمة هي اللي وزيتها تكتل عبد الحكيم جوزي لا ما تيلقش من زينب انا هتصرف معاه وسبيلي كابريا انا هتصرف معاه مين؟ افتح يا حبيبت امك اهه؟ افتح يا مفيدة خبره يا باب هاي يا خبيبتي تفتحيش ليه صباحك فل صباح الخير ليه صعي صباحك يا حلوة يا أخي سيمالة 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 بسم الله ما شاء الله يا أختي كمالو شابه يا أختي الخلد النات سيمالة 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 اه اه يا مفيدة انت خايفة على الواد مني ولا اه؟ خايفة عليه من سيته؟ صعى ليكي تعبيتها يا بيت بقولك اه يا مفيدة؟ انا بكرهك او الله بكرهك بس بقولك ايه؟ انا حبش اداري اللي في قلبي اه بعدين خليكي مكاني يعني ولد انا الجمر دي حاسن حتجوزك انت يا عفشة وابقى فرحانة واخدك في حبني كمان ليه؟ عضيت انا سيمالة سيمالة طلع شبهة فوق شبهك بس بقولك ايه؟ بقولك انت يا بيت لو بقيت طوعي وقلت يا حضر ونعم يالا زي بعض حوافق وابلعي عشان خطر الحلوي ديه قلت ايه؟ انا من يدك دي ليدك دي يا ستي حلو حلو انك لسه فكر ان انا ستي بالك ويالا انت لان الحاجب يستي جابريا هههههههههه ولو عليت يا بيت ده نقسرها ونزلها والله اقولك على حاجة في البيت دي انا الامر الناهي انا سيت البيت اي حد تاني هنا من غير ما تجولي يا ستة كل واما ليه وانا تحت امرك وتحت رشلك حلوة 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 ياخد الزمالة الوات شكله جعان النهاردة في سبع محافظات حملة مئة مليون صحة مكملة وبنجل قاطة مهمة جدا لازم كله يعملها كتير قول يتكشفوا ان هم عندهم حاجة فيبقى في الاول بيبقى اسرع من ما يحصل في الحاجة في الان علشان تفيد الناس وتستفيد بنتيجة زكاتك وصدقتك بجد جمعية الارمان بتوفر مشروعات صغيرة للي مش لقين شغل هي دي الزكاة والصدقة اللي حقيقي هتفيد وانت اكيد كمان منها هتستفيد هتستفيد من ثوابك اللي هيزيد مع كل جنيه بيكسبوا رب اسرك ساهمت في توفير شغل لي بزكاتك وصدقتك هتفيد القسر البسيطة وتستفيد بيها البلد واشعة الشمس هتخلي وشك درجتين مختلفتين فير اند لولي مالتي فيتامين هيحمي بشرتك من الشمس وهيوحد لونها وكمان هيخليها النورة ونظرة غير ضحكة رزق هدى اللي بالمحش الله رب انا خليك هلية مرقة كنور فعن فود صري ضحكة كل زد ضي في مقعب كنور مفاجآت خربشي الاستيكر المنزوق جوه العبوه ادعاتي الكود فرسالة على 2624 هيوصل الكبور على موبايل واجبا مجالية من كي افسي خط لفة توريك لبك مكرا حبيبي يطول ويشك ويفقال يكبر التمعين وصحة زي البلد اهتمامنا بيهم يحميهم ويخلي العادات الصحية سهلة عليهم صحتهم مستقبلهم صباح الخير اهلا اهلا ده ريحتو برفير ده ريحة وبس عالفاضي ما ما ينظفش خالص انتي الزامة بونيكس عشان يبديك نظافة وريحة وتوفير عشان اللي 4 كيلو منه بسعر 3 من ابو ريحة عالفاضي بونيكس نظافة ريحة توفير مع ضافة جديد ما تخليش التلف يوقفك بحب شعري كيرلي عشان بحب تكون مختلفة انا بعملي ليس عشان مجموعة تسلاح التلف من ضاف ملايين الستات في مصر بيستخدموا اريحة انا ام للتلتمية وخمسة طرف في الدور صعب جدا ان وتيجي هدوث الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ايه ياك انا عبدوا ايه ايه ياك انا عبدوا ايه رب العالمون علم الكثير حسن كنت مع أبوي الله يرحب تحضر لك توفتور لا بس نعايزك تقول لك كل نعايزهم دلوك دلوك حاضر ما ضايق أنك تطلع تريح وتنام باعتش في وقت للراحة وللنوم يا حسن تمني متشتول الليل وشكلك تعبان جوي خايف عليك آه طبعا خايف عليك مش عايزك تسأل السؤال ده تاني يا مرغان حسن هو أمور يا خور البيت دي مش هيجوم لجومة غير بي أنا وإنت وبس أنا عارف الكلام اللي أقوله مش وقته بس لازم أصفي كل حاجة معك عشان نخط النقط على الحروف وأنا موافقة على كل اللي حتقوله لا لازم تعرف كل حاجة عشان توبقى على نور عشان لو حصل حاجة بعدك ده أفكرك إن أنا قلت لك وأنا سمحك المركب اللي هي يا رئيسي تغرق يا حسن وأنا مش هسألك عن حاجة غامر وانا لا لازم تسأل وتعرف كل حاجة تي حاجات كتير أنت ما تعرفهاش أنا هقول لك عليها وازم تسأل وتعرف أو قعده أي واحدة في البيت دي تسمع الكلام حتى لا كنت انت يا أمه حدي نفسك يا مروان يا حبيبي أنا عايز أتطمن عليك مش عايز حدي يتطمن عليها ولا يفكر في حالين وكل واحدة فيكم تكفي البابها عليها ومسمعش حسها البيت دي مش هيطلع منه غير حس واحد هو حسنا وكل اللي هجوله يمشي سمعين اسمع بقى يا مروان اللي أنا هقوله لك الكلام بقى ينفعنيكي إنسي نادية كأنها ما تولداتش زينب مرتي ولي هقوله هتعمله من غير أي كلام البيت دي في يدي مش البيت بس البلد كلها ولي مش هيسمع الكلام ياخد بعض ويمشي بس لو طلع مش هيرجع مرة تانية مرتبوي مش عايز أسمع حدي فيكم لا أنت والأم يطارك مع التاني ولا حدي فيكم دازل التاني على طرف مفهوم؟ إيه الطريقة اللي أنت بتكلمني بيها دي؟ ما لك فرد دلوعك علينا قوي كده مفهوم ولا لا؟ مفهوم لا؟ يهه؟ مش سمعين؟ مفهوم ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ مفهوم لا مفهوم؟ بحديش هيسأل فيك يا نادي وعمتك ما هتقدرش تخطي برجليها عشان تشوفك ولا تتطمن عليك وبنات عمتك خلاص مفيش واحدة فيهم هتفكر فيك زينة بتجاوزت مرون جوزك ما عملتش هيساب ليك ولا للي حصل لابوك انجوزت ابن اللي جات لابوك يا نادي ومروان ما هيرتاحش لما يشوفك متعلج على حبل المشنج يا مرك يا نادي يا مرك يا نادي يا مرك يا نادي يا مرك يا نادي بعده عنه. قدش يجرب له ولا يعمل له حاجة. جوم يا كامل. جوم. جوم. أبي الله. أبي الله. أبي الله. أبي الله. هذا المسلسل برعاية. المرحلة الثالثة من حملة 100 مليون صحة ابتدت واحد مارس ومكملها لحد 30 أبريل في الدعالية الشرقية الغربية الجيزة المينيا إنا والوادي الجديد. يلا نزلك شفه تطمن على نفسك حملة 100 مليون صحة من وزارة الصحة مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروسي والكشف عن الأمراض غير السارية. أما جبت أماني بعد من ولد بسنة قالت لي عندها سكم خرم كده في القلب. الدكتور قال لي دينت لو هتعملها على حسابك هتخشيها في 30 ألف جنيه. الله ما فيش فلوس هنعمل إيه يعني؟ حددونا معادل العملية. ما كلفونيش أي قرش والله من جيل. الناس المبراعي الدول هتعملوا خير كبير مش فيه الواحدة في ناس كتير تعبان. بفضل ربنا ثم تبرعاتكم جمعية الأرمان عملت أكتر من 37 ألف عملية قلب في 26 مستشفى في الوجه البحري والصعيد. شفتوا تبرعاتكم عملت إيه؟ شفتوا فلوسكم راحت فين؟ كل ده في مشروع أكف القرية فقيرة في السعيد. اتصل بي 19-4-55 يصلك من دبنا. الشمس معك في كل حتة بتروحيها. حتى لو أنت في الضلة، تأثيرها هيفضل معك. وأشعة الشمس هتخلي وشك درجتين مختلفتين. Fair and Lovely Multivitamin هيحمي بشريتك من الشمس وهيوحد لونها. وكمان هيخليها منورة وناظرة. ودعي بشرة مش موحدة ورحبي بشرة منورة. مجموعة عطور دوني الجديدة. كمصممت أزياء لازم أبقى دايماً جهزة. عشان كده عندي سر ما باستغماش عنه أبداً. مجموعة عطور دوني الجديدة. هتخليك تحسينك بتستخدمي أفخم العطور كل يوم. عشان تبقي جهزة في أي وقت. مجموعة عطور دوني الجديدة. نوم زيت يون دو زيت رانجي. سودان تورنيزون نامون. ترنى بان بليني باي. سي مان ريون صلي. كمي. باطورها الفرنسية الجديدة. كل لحظة معاك ما تتنسيش. طيب نظافة ومفاجآت. خربشي الاستيكر المنزوق جوه العبوة. ابعتيك كود فرسالة على 2624. هيوصل الكبور على موبايلك. واجبة مجانية من KFC. اهتمامنا بيهم يحميهم ويخلي العادات الصحية سهلة عليهم. صحتهم مستقبلهم. ملايين الستات في مصر بيستخدموا آريا الجال. انا بحس ان الوان بتفرح الواحد. في الاول بيجيلي ناس لا 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 طبعا لا. انا في السنة يلبس الوان دي. واحدة واحدة بيمشي من عندي ايلين. انت غيرتي حيث الالوان والنظافة. والشيكة هي اللي بتعمل المنطق. انا بحب القهوة قوي. وقيت نفسي من غير ما ياخد بالي باشرب قهوة. القهوة بقعت على هدوم يتعمل. في الاول بيتم بحط اي حاجة في الغسالة. او بحط اي منتج معه وخلاص. وكذا حاجة بازت. اكتشفت ايريال. الهدوم تريت نضيفة ونظافة غير عادية. والالوان تفضل زي هي هي. وانا واسق من نفسي. وساعتي بعرف لقنا اللي قدامي بأي حاجة. لو لازم ينظف. لازم ايريال. مع ضاف الجديد ما تخليش التلف يوقفك. بحب شعري كيرلي عشان بحب كون مختلفة. انا بعملوا ليس عشان بحبوا كده. خليكي على طبيعتك. ضاف الجديد مع تكنولوجيا اصلاح الكيراتين بيغزي بعمق. وبيمنع تسعين في المية من تلف الشعر. مجموعة اصلاح التلف من ضاف. للاعلان على شبكة تلفزيون النهار. الوكيل الاعلاني ميديا لاين. الاتصال على الأرقام التالية. اشتركوا في القناة قرائم لن ينساها المصريون. قرائم لن ينساها المصريون. ايه؟ محدش بيرد عليك برضو؟ للأسف. انا مفكر ان انا سافر له. لا لا لا. تسافر ايه؟ انا ما اطمنش انك تسافر لوحدك. على فكرة مفيش حاجة هتحصل اكتر من اللي حصل. دي مجرد قرصة ودن مش اكتر. اه. بس قرصة ودن طولت شوية. ما تنساش ان انت اللي غلطان. مش المهمة من اللي غلطان. المهم ان احنا نفكر هنعمل ايه؟ طب انت نوي على الوقت. حابل مروان. واكلم معاه. اشوف ايه اللي في دماغه. مروان عارف انت عاوز منه ايه؟ مروان عارف كل حاجة. انه كان دراح ابو اليمين. عارف كل كبيرة وصغيرة. ممكن يقولك ونا ميل؟ لا. ما يقدرش. لان انا هو مسلحتنا واحدة. احنا الاتنين في مركب واحدة. وارد قوي يقولك ان الشهرة ده خاصة بابويا. مش خاصة بيا. انا مليش يدعوه. مروان معظم الاتفيات الكابين وابن عبد الحكيم ابوه. هو اللي كان بينفزها. طب يلا نفكر. لا لا. ما ليش نفسي. ما ليش نفسي. مالك. مركب علي وش الخشب ليه على الصف. أقول لك إيه؟ أنا مطاجعش نفسي ليه؟ هو إيه ليه؟ هو إيه؟ البعيد مش أخد باله من حاجة؟ مولد إيه اللي إحنا هنعمنه في البلد الفجر دي؟ هي الناس لاجي تأكل؟ ولا أنا أقول طورة يقول يحلبوه؟ يا بيت ما تنشفيش دماغك مش في لجمة عشب نجلبها ما تسواش والتعب اللي هيجي من وراها كمان ما يسواش ولا أنت الناس عنده كبير البلد كان عايز يحبج الفرش بتاعنا وكان عايز يموتنا بعد اللي حصل وهو مات وراح في ستين داهي مات؟ آه يا سينة أنا عايزك تفهم اللي في دماغي على دماغي عالي يا جوي حافها بيت أنا نفسي ما يبقاش في بلد ما ندخلهاش نفسي يبقى لينا في كل حتة رجلي وهو اللي هناخده من هنا على اللي هنجلبه من هناك هتيمشي والدنيا هتتعدك هام ناس هنا يا صوفة فاكرة ان الجنيه اللي بيدفعوه جمل إحنا بقى هناخد منهم الجمل وهناخد الجنيه ومش هياخده مننا بعون اللاغن اللي إحنا عايزين ندهوله ماشي اللي تشوفه أنا بس ليه عندك طلب وحيات صوفة وحيات صوفة وحيات صوفة وحيات صوفة هدي الأمور معم شوية أمك تعرف أمك دي لو تقول كده كتاكلني لحم وترويني عظمش هتقول لها فيها سيناء هلحكوا لها قفش 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 في الحنية والرقة بتاعت سيناء يا بيت دا انت بترفي البلد دي كلها وتحطيها في عبك مش هتقداري على الولادة الأرشانة دي اضحك علي يا أخويا بكميتيلي حلوين بتوعك دور يا خيط بس بقولك ايه ايه انت وعاتي انك انت جيب لي حلق وسلسلة ده حلق وسلسلة دهب بس ده انا كنت عبيد ده انا هجيب ليك الساقة كلها بس ادعي معايا بس ان المولد دا يعدي لا مليش داعي يعدي ما يعديش انت بعد تلك يا عناية يا بيت عارفة يا سيناء عارفة اللي نفسي في ايه في ايه يا روحي الروح نفسي بعيد صوفا أمه خير يا أمه خير لا مش خير بدور عليك سايب المجاطيع وجاه دينا بتعمل ايه مش المفروض يا ابني تشوف الفرش بتاعنا وإلي لينا ولا دماغك مش فيه اهو سايب اهولت كله كامل مكمل اشبع بيه وانت خليها تنفعك هانفع هانفع يا روح امك وفي حد هينفع غيري بقولك ايه يا وليه انت لمبي نفسك وإلا عزة وجلالة الله امشي وارحل من هنا يا ريت وانت شايفانها يختم اسكن في ذلك ولا ايه ايه دي يا امه ايه دي يا امه ما تمشي ايه ما تسمعك استرجل يخرباتك ها قدر يا امه استرجل يلت لازم نكون جاهزين الليلة الكبيرة بكرة ولازم انت تشنجاهد وتف شغلك ها بطنتي اسمعي شغل لوع الحريم ده أنا ما بحبوش انت فاهمه ولا لا وإلا وأيماني ما أخلي أيامك نتعدي على خير السلام عليكم الله وبركاته السلام عليكم الله موسيقى زاك عم الشيخ مين؟ حسن عبد الحكيم؟ أيو حسن لسا فاكرني؟ إلا فاكرك يا بني بس انت رجعك مجاتش هنا ديلك كتير شد حيلك يا بني شد حيلك هبوكسب رجالة شد على الله عم الشيخ ملا صوتك مش عجبني متدايج والله شوية متدايج؟ متدايج من إيه؟ من نفسي زين زين الواحد لما يبقى متدايج من نفسه يبقى بيحاسب نفسه ما فيش أحسن من إن الواحد يحاسب نفسه حاسس إن جلبي مكفول وتايع عشان متابوك آه الواحد لما بيمتابوك بيشوف الدنيا دايجة ويشوف فاقرة مسدودة قدامه لكن أنا يا حسن معلوماتي إن بسم الله ما شاء الله عندك عيل ومراتك التانية حبلة اتدفف إيدك يا حسن اتدفف إيدك يا حسن أنت مش ملك نفسك أنت ملك أولادك واللي هتعمله هو اللي هيبقى له فاهمني يا حسن إن شاء الله هعمل كل اللي أقدر عليه مشان ما حدش فيهم يحتاج حاجة من حد دا مش جصدي يا حسن أنا جصدي العمل الصالح اللي هتعمله إيدك اللي هتتمد للكبير والصوية يعني التجارة مع الله يا حسن هي اللي هتبقى له هذا المسلسل برعاية موسيقى أزيرة متر في متر أهم حاجة أستطر نورة عملوا خير كبير مش فيئة الوحدي في ناس كتير تعبان بفضل ربنا ثم تبرعاتكم جمعية الأرمان عملت أكتر من 37 ألف عملية قلب في 26 مستشفى في الوجه البحري والصعيد شفتوا تبرعاتكم 55 يصلك من دبنا أحد أهم واجباتك تجاه نفسك هو بحثك عن الأثقال اللي امتقل أكتافك في رحلة الحياة ثم تتخلص منها لو قدرت وغالبا ما بتكون الأثقال دي سعب بتبقى أفكار ومفاهيم مؤذية شايلها الإنسان على أكتافه وللأسف هي اللي بتوجهه وبتفسر له أحداث الحياة بطريقة مؤذية جدا وتخلص من خجلك وعارك من خطأ كان في الماضي انت اعتذرت عن الخطأ ده خلاص تقول الله أو للشخص اللي انت غلطت في حقه وربك يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيل من الأثقال اللي المفروض إنسان يتخلص منها اللي بتتقل كتافه تخلصك من عبء تأثرك بانتقاص الآخرين لك في حواليك ناس بتنتقصك منهم واحد بيحب الكاتشانا حب الكاتشانا يعني إيه هو بيلاقي نفسه في التعليق والتخطيء والنصيحة على الملأ للناس اللي قدامه دايماً بيحب يشعر بمشهد اليد العليا بيحس بلذة كده فدائماً هيتغذى على توجيهك قدام الناس إنك مقصر أو وحش مش فاهم اسمع مني بس هذا الإنسان عبء عليك وهو مش مصدرك أبداً في التوجيه ده ما يروحكش متضايق أبداً أنت تسمع منه بابتسامة وتقوله شكراً على النصيحة وفي حد تاني في حياتك جوا صفة مش كويسة مش بيستريح ويتطمن إلا لما يتهم بيها الناس بيسموه في علم النفس الإسقاط أحد وسائل الدفاع عن النفس إن الحاجة الوحشة اللي فيها أرميها على الناس بحيث أقول إنتو اللي كده ده مش أنا أو أقول الناس كلها كده فعادي ساعتها الاتنين دول ما يأثروش فيك ما يبقوش عبء عليك الشخص اللي تستجيب له هو المنطقي الصادق وده يبقى باين قوي وهتستشعر به وده تشكره على نصيحته وتعرف إن ده حافظ من الله عليك ورحمة من الله العبء عنده مشاكل مأجر أنه يحلها زي مثلا لما تكون مختلف مع حد بتحبه قوي لأنه قاسي عليك أرجوك وجهه بالموضوع ده وجهه وصرحه وتعالوا واحدة واحدة ساعدوا بعض علاقتكم ببعض تبقى أحلى كتر تأجيل المواجهة ما خلي المشكلة دي تقيل على اكتفك بالذات لو كان حد قريب منك في ورقة في مصالحك الحكومية متأخرة محتاجة تخلص موقفة لك مصالح كتير أرجوك خلص الموضوع ده في شهادة محتاجة تمتحن فيها عشان دي مأخرالك شهادة مهمة هتفرق معاك في شغلانتك بعد كده هذا الهروب عجز غير مبرر وبتفضل المشكلة اللي انت مأخر حدد أزمة في الماضي تعباك كده وبتوجعك في قلبك كله وتفتكرها وقول بصوت عالي قدر الله وما شاء فعله وارضى بما قسم الله لك في الماضي مدام اعتذرت ربنا سبحانه وتعالى اوعد نفسك ما تروحش مخنوق من انتقاص حد بيتغذى على توجيهك وانتقاصك واسمع كلام الناصح الأمين المنطقي اللي عنده خبرة في الحياة بص على مشكلة متأخرة منغص عليك قلبك وامتقلك تافك وابدأ بسم الله خد خطوة صغيرة في حل المشكلة دي وكأن المشاكل عاملة زي المصامير اللي في الأرض اللي انت وانت ماشي عليها متقلم طب تشيلها وخلاص عشان الانسان يبقى مستريح في حياته دول كانوا تلت حاجات متقلين كتافك فكر ايه اللي منهم بتوجهوا فعلا في حياتك وسمي الله ان لنفسك عليك حقا شيل من على كتافك الأثقال وهون رحلة الحياة على نفسك فاللهم يا رب يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير واحمل عنا أثقالنا في الدنيا والآخرة يا علي يا رحيم يا قدير اشتركوا في القناة 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 ومساء الفل حلقة جديدة من اخر النهار على شبكة تلفزيون النهار حلقة يوم التلاتة الموافق 26 فبراير 2019 من البلاد وحشتوني وحشني لقائي بحضراتكم وبعتذر مرة تانية عدم ظهور مبارح كنت فيه سفر خارجي لظروف عمل وبشكر زملتي المراسلة داليا ابو عميرة اللي قامت بتقديم الحلقة مبارح والحقيقة كانت موفقة جدا وبشكر زملائي كمان في الاعداد والاخراج اللي ساعدوها على الظهور بالشكل الجيد النهاردة حلقة دسمة ومختلفة وربنا الحمد لله بيرزق يعني كده برزق الصالحين خليني أبدأ معاكم بالأخبار الكويسة عندنا النهاردة بجموع من الأخبار الكويسة ونبدأ نتكلم فيها بشكل إيجابي وبشكل أعتقد أنه بيقول إن فيه بلد إن فيه كيان إن فيه دولة إن فيه قانون إن فيه حد بيفكر إن فيه حد واعي وحد مدرك للخطر قبل وقوعه ومن غير الغاز كتير خلينا نخش في صلب الموضوع الخبر الذي أثلج صدور الكثيرين عدى قليل أثلج صدور الكثيرين وأفرح الكثيرين عدى قليل هو قرار الاتحاد المصري لكرة القدم النهاردة بتأجيل مباريات بطولة كأس مصر كلها إلى أجل غير مسمى وطبعا أنا مش محتاجة أحكي لكم الخلفيات والكواليس حضراتكم متابعينها أكتر مني والحقيقة اللي ليه في الكورة واللي ملوش في الكورة كان متابع هذه الأزمة وهذه القضية على مدار الأسابيع الماضية بشكل كان ينذر بوقوع إنه الصواب ويرضي ربي وضميري اتحاد كرة القدم طاب وصل إلى اتحاد كرة القدم المصري من الجهات الأمنية تقول فيها أنها لن تؤمن مباريات الكأس التي ينوي لاتحاد إقامتها هذا الأسبوع وتطالب اتحاد الكرة بتأجيلها إلى ظروف أخرى والمبرر لدواعي أمنية وقصاد الدواعي الأمنية دي لا يستطيع اتحاد الكرة إنه يحرك ساكنا يعني اتحاد الكرة هو سيد قراره وهو المالك لدورياته وهو المسيطر على لجنة مصابقاته وهو المهيمن على أنديته وهو كل اللي انتوا عايزين أقوله لحد ما تيجي عند كلمة الدواعي الأمنية لجنة المصابقات والحج عامر حسين ومجلس الإدارة لا يقدر يقول المطش ده يتلاعب في اليوم الفلاني في الاستاد أو الملعب الفلاني إلا بعد موافقة الجهة الأمنية الجهة الأمنية قالت لأ يبقى ما فيش مسائل فل والهانة عليك مسائل فل لا كامل بيئزة حضرها ما كمل أول يا حج عامر الله يكمل الأول دي حاجة موضوع أمن يعني لو جالنا الجواب الأمن من الأول موضوع ده ما حضرتك قل طيب خلينا تلعب ما تلعبش الملعب ده ما ينفعش يعني ما فيش كرة بالعالم كله من غير أمن طيب أما وقد كان مكان خلينا بقى بهدوء كده علشان كل الجماهير تفهم وأنا سمعت تصريحات لعدك الصبح الحقيقة احترمت هذه التصريحات جدا قلت مباشرة أنه بعد هذا القرار في طرف حيعتبر أنه هو منتصر وفي طرف حيعتبر أنه هو منكسر لكن الحقيقة أنه الأزمة وتداعياتها أجبرت أنه في طرف انتصر على طرف والله دي أمور كلها بتبقى داخلية لكل واحد يحسبها زي ما هو حسبها آه كل جماهير بتحسبها كل شخص بيمكن من نادي ممكن بيأخذها على أنه هو الانتصر والثاني يأخذها على أنه هو الهزم يعني الأمور كلها الحقيقة ما بتشغيرش باري كتير أنا شخصيا أنا بتكلم على نفسي أنت كلاجنة مسبقات حاج عامر بره التوازنات دي وبره الضغوطات دي آه لأنه كل يهم أنه يعني أعدي موسم دوت أنه موسم غير طبيعي آه ما حصلش في العالم كله آه نكمل الارتباطات مع بوطلتين الاتحاد الأفريكي أعلن أنه ده موسم استثنائي وبالتالي إحنا تابع الاتحاد الأفريكي فالتالي إحنا يبقى موسم استثنائي زينا ده الاتحاد الأفريكي صحيح بطلتين بيتعاملوا سنة واحدة آه عبدال دوري كونفدرالية بطولة عربية ما لهاش أجندة آه لأن في دول بتلعب فيه أندير تلعب من آآ أشيا وفي أندير تلعب من أفريكي صح فبالتالي مواعيد دي غير المواعيد دي صح كان فيه طولة أمم أشيا في هنايا في أندية أشيا مش قادرة تلعب فيه طولة أمم أفريكي آآ في نفس السنة في آآ بتتلعب في السيف لأول مرة في التاريخ التي تعمل في السيف مزبوط مزبوط يعني قبول كلها صعبة جدا وأنا وأشهد أنت في بداية الموسم خالص حذرت وقلت أنه علينا أن إحنا نقعد ونتكلم بدري لأنه حياة الأزمة وحصلت الأزمة والله يا تنزيل أول مرة أقعد مع الأندية قبل الموصل ما يبدأ شهر سبعة ويحصلوا من الأجندة كاملة تمام يحصلوا من ناجر أهلي عشان مكمل من البطولة اللي فاتت ممكن يوصل لخمسة ستين لسبعين مباراة الموسم دوت اللي الدوري ممكن يوعد في مصر شهر 13 شهر حقيت افتراحات ثانية دوري من المزموعتين أو دوري من المزموعة واحدة بس ننعب دور واحد بعد كده ناخد الثمانية الأندية اللي فوق يلعبوا على البطولة والمربع العشرة اللي ساحة يلعبوا على الهبوط الأندية صممت على النظام اللي إحنا فيه وإحنا هنستحمل كلنا الموسم دوت بس نلعب بنفس النظام بس تدونا خمس لعيبة الزيادة في يناير يبقى عندنا تلاتين لاب وإضغطوني إذا ما تضغطوني نلعب على ثلاث تيام لكلام الأندية صح لا لا وانا شاهد شاهد على الكلام ده حقا مع تمنتاشا النادي والله تمربيه قدامهم ورأسها أندية لنمش جايب مدير كورة صحيح صحيح لديناس مسؤولة كلها صحيح أخذوا الخمس لعيبة الزيادة في يناير يطلع حتى الأندية اللي مش مشاركز المقص يقول لك أنا مضغوط عشان حي لعب مرة واحدة على ثلاث يوم يطلع مدير فاني يقول لك أنا مضغوط وضغط ضغط إيه ما للأنديية اللي بتلعب في المشاركات الأفريقية والعربية ثامية إيه صحيح اللي لعبتها كلها في المنتخبات زي مالك والقال عندها عكبر عدد لعيبة من المنتخبات صح يعني الأمور كلها أنا ما اضغطها في البيت الموسم والأنديية اللي اختارها الـ 18 نادي اللي اختاره صح لا أنا الحقيقة أنا الحقيقة ما قدرش ألومك ولا لوم لجنة المسابقات على التحذير المبكر وأن انت عملت سيناريوهات بديلة الأندية اللي رفضتها والأنديية هي اللي قالت إحنا اللي حنتحمل كل الضغوطات وكل المعاناة بس الأمور تمشي زي السنوات الماضية أنا شاهد بدأ بس الحقيقة في نقطة تانية صح كل الوقت بتحاول تبقى على مسافة واحدة من كل الأندية النقطة هي أنه لما حصل شكوى من نادي بيرامدس أنه مش ما ينفعش يلعب مطشه التاني مع النادي الأهلي في الدمنطق والحق وبناء عليه لجنة المسابقات قررت تأجيل مباراة الأهلي والبيرامدس في الدوري إلى معرفش ممارس ولا إبريل وكانت هم إيه اللي خلانا نحط مطش الكاس اللي هو كان الفتيل اللي كان حيولع القنبلة لا لما الأندية اجتمعت في مدرس الإدارة قال إن إحنا نستغل لبقى الوقت جواب لنين ووقت خالص إن إحنا ننهل بطولة الكاس من نادي الأهلي والبيرامدس عندهم مباراة بيرامدس بس حضرتك عارف والاتحاد عارف إنه القرار ده هو اللي حيولع الدنيا كان القرار الوسطي حنبدل المطشو حتلعبه مع بعض وكأنه كأنه انتصار لرأي بيرامدس على النادي الأهلي هو اللي عمل الأزمة أنا بحكي لك بمنتهى الصراحة لحاجة عامل برضو حد بكلم حضرتك برضو في منتهى الصراحة للموضوع دوت أنا مليش علاقة بأن كل واحد بيدي إيحاء على إنه هو بي نفاصل هو اللي بي ماشي كلامه بيدي إيحاء؟ بمنتهى الصراحة طبعاً أنا بقول له حدثك أنا بقولها بصراحة أي إن الفكرة ديت كده بنلعب في نفس التوقيت اللي هو يوم ترانية وعشرين مع نفس الفريق اللي هو بيرمز بس إنه نستغل للوقت الدوات ونلعب كاف أي يعني ده كان اقتراحك كان اقتراحك أنت الشخصي مش طلب من ترامدس ودام أعلم بيان إنه حلعب نفس الفرع في نفس التوقيت طب هو نفس التوقيت ونفس الفريق اللي حيلعبه هو هو نستفيد من الموقف الدوات لما الكابت الهاني قالوا في مبدل الإدارة تاني هم أي الحقيقة هنين وكان ده لما اتكلمت زيجال عشر فيه ستراحك يتسلم أي إنما أنا بقول له حدثك ما ده لما اتكلم بكلاحة تمام السلام ده كان فكرة تتحاده كورا فده كان فكرةك وحوار بينك وبين المونس كابت الهاني وبيني وبين الكابت الهاني مالكش بقى علاقة بإن في بعض الناس أوحوا للجماهير إنه هما سبب في الموضوع إنهما سبب في الموضوع النمارس الصراح لعشان كمان البيان بتاع النادي الاهل الاهل حلاقب نفس الفريق. تمام. حلاقب نفس الفرق في نفس الايام في التواتي دي. ما لغيريش توقف اهل. طب بصراحة كده كابتن عامر كنت يعني كنت فعلا مصممين ولو الخميس جيه والاهلي ما راحش كنت هتعتبره منسحب من الكاس وكان السناريو ماشي. ولا كنتم مستنين الخطاب الامني ده بس كنتم بت يعني بتساوف الموضوع عشان يبقى جات من الام. نا والله ابدا. كلام دوت وغطي من درح بالليل. اه. انا جالي تلفون الساعة واحدة من اللي هو صراح بولم. اه. وقال لنا اتبت مع الامني. وفشلو انا مش عم اتغير اي حاجة. انا ما اجيلي جواب رسمي. تمام. وبناء على كده الجواب جاي النهاردة الساعة تتعة. او صباحا. تمام. واول ما جاء. طلعنا القرار. لما حدثك عارس الامن بيونين حموينين. صح. احنا من الفين واتناشر. الامور اللي انا بتزيلي. تعليمات الامن. اجل هنا اجل هنا. ده يتلعب هنا. لا لا الاعتبارات الامنية للدولة ملهاش ملهاش. محبول احد قدر نقش فيها. صح. ان هو اللي بتحمل المصرية هو عنده معلومات مش موجودة عنده انا كده. صحيح. صحيح. هو انا قدر بمصلحة البلد ايه. صحيح. ما كانش فيه النية خالص. ولو برضو حضرتك ساكر موضوع مقصة والزمالك. اي. الزمالك عليه. طيب بعد ما انتهت الازمة بهذا الخطاب الامن يا سيد عامر. رسالتك ايه الجمهور الاهلي اللي كان معتبر انه فيه عناد وصدام ونوع من الاتهاد من اتحاد الكرة للنادي الاهلي. خلال ايه ولا في اتهاد. على ان احنا نعد الموسم لمصلحة الاندينا. تماما. حضرتك تستيكر يا تامر دينا. اما الدكرة واقفت. ايه. الرياضات كلها تأثرت في الالعاب التانية كلها. والناس كلها بدأت تدور على شغل. وفيه للسفر في دولة العربية تانية. صحيح. او تلع ترقية حتة تانية. صحيح. والانديية لما وقفت الثلوثة اللاعيبة. الاتحادة الدولي بعد الجواب. اللاعيبة تاخد ثلوثة وعقدها بالكامل. يعني هيبقى خراب على الانديية كلها. طب المصلحة الانديية كلها. ان هي تعدي الامور. ان الامور تنشي. والدوري بقى قوي جدا. الانديية بقى كلها متقاربة في زل الاحتغاف. في زل الجوش كتير اللي بدلوقتي بتتضخف الاعلانات والسلوكات الرعية. صحيح. مش مصلحة حد. ولا حد في مصر يقدر يطاهد. سواء زمالك اهلية او سواء البرمن سواء المقاولين. الاتحاد المصري الاسماعيلي. صحيح. الاستحالة لان الكورة في كورة لعبة شعبية. طيح. اي حاجة بتعملها اه مخالفة للوايع. ما فيه حاجة متقدارة. اخيرا استاذ عامر. اخيرا ايه كده مستقبل بطولة كاس مصر. هل فكرة التأجيل لاجل غير مسمى ده اقرب الى فكرة الغاءها. ولا لا فيه اصرار على لعبها. وحضرتك بقى طبعا متدبس في وضع التوقيتات لها. هي التجديسة موجودة وموجودة طبعا. انا هعاني عشان رأي موائز تانية. اه. امور هي كده تم تأجيلها لما بعد كاس الامم? لا انا لسه دعا بقى هزبط الجدول تاني وهشوف موقف الانديل مشاركة في الفكرة. هتزبط ايه يا كابتل عارف اللي ايه فكرة تعمل البنطلون الجاكيتة تضرب. اللي اقول الاسماعيلي. لا اقصد فيه نصة مهمة انا زيه. اه. موقف الانديل مشاركة في الفكرة بشيك كثير او في الجدول. طبعا. طبعا. ما هيكمل مش هيكمل. صح. ما هيلع ببرة مصر ما هيلع المباراة الاولى في مصر. يعني الامور تبقى مرتبطة كثيرة. انما الدواب الامني كان واضح ان مواعيش تتحدد بالتنسيق بين الامن ولجنة المتابعة وبتحادف فرش. صحيح. صحيح. لو الامن ما كتبش كده يبقى احنا نقدر نقول اه انا الكاس اه يتلغي. لا ما كيش حاجة اسمها اذا الكاس. اني لسه كيه الاهل هيلاعب ديرمج في الدوري. حزا مالك حيلاعب الاهل المباراتين لسه. صحيح. يعني اهزا مالك حيلاعب ديرمج. يعني لو هناجل كاس او نبغي كاس عشان فاطر المباراة ما تتلعبش بالنديين يبقى ده دي كله حيك لها. صح. انا في الاربع ثلاث سيلة ده حيلاعب بعض لسه. صح. صح. لأ مفيش حاجة من ليس الالغام مش موجودة خالصة. كابتن عامر انا بشكرك شكرا جزيلا وقلبي معاك في الضغوطات والمشاكل اللي عندك لك انا انا عارف ان انت قدها وقدود. والحقيقة الحاجة عامر حسين من الناس الخلوقة المحترمة. اللي شيلة اه كل هذا الهم. وانا بقول لكم الحاجة عامر حسين بيعمل متطوعا كمان في لجنة المسابقات. وبيبدو الجهد كبير جدا في التنسيق سواء مع الاندية او مع الجهات الامنية ومع اتحاد الكرة علشان تمشي الامور. ودي شهادة حق الحقيقة لان في الناس كتير بيظلموا عامر حسين. وبيحملوه فوق طاقته. وبيشيلوه التهمات مش بتاعته. ان هو مش عارف بيعمل ايه ضد صالح الاهلي وايه ضد صالح الزمالك. والحقيقة هذا عاري عن الصحة. عشان اقفل معاكم الموضوع ده. عامر حسين بقى طلعه عامر حسين بره ومسابقات. انا هنا باتكلم عن المنظومة بتاعة الاتحاد المصري لكرة القدم. وكلهم اصدقاء. من اول هنب وريدة. لحمد شبير. لسيف زاهد. لمجد عبدالغاني. لحزم امام لعصام عبدالفتاح. لحمد بجاهد. كلهم الحقيقة. مع حفظ الالقاء لهم جميعا. كلهم اصدقاء واخواتي وحبيبي. لكن الحب والاخوة والعشرة حاجة. والصحة حاجة. انا في رأيي المتواضع ان اتحاد كرة القدم المصري. كان حيتسبب في وقوع كرثة في مصر. وانا كنت مخضود. مخضود بالبلدي كده. من هدوء الاتحاد. في انه شايف كرة التلج عمالها تكبر. وهو سايبها تكبر. لو لا تدخل الامن. والامن يعني الدولة. ما هو الامن ده مؤسسة. اللي هي وزرط الدخل. اللي هي مؤسسة مؤسسة الدولة. فتدخل الامن النهاردة بهذا الخطاب الواعي الوطني المسؤول. بانه لدواعي امنية يتم تأجيل المباريات ومش هنعرف نأمنها في هذا التوقيت. لو لا هذا التدخل الحكيم الواعي العبقري في توقيته. كانت كرة التلج دي تحولت الى قنبيلة انفقرت في وشنا كلنا. والحاجة عامر بزكاء رماها من شوية في التليفون كده معايا لما قال. افتكروا لما حصلت مأساة برسعيد والنشاط الكروي والرياضي توقف في مصر حصل ايه. الاندية عانت. والرياضيين اللي سافر يدور على شغل مش عارف ايه. وحصل الشركات افلاست وحصل وحصل انهيار في الاقتصاد الرياضي. ومصر طبعا ما يمتعش تبقى دولة مستقرة ومؤثرة ومشية بشكل كويس وبعندها نشاط رياضي موقوف عشان عندها دماء بتسيل في الاستاذات والملاعب. فده كان خضتي الحقيقة. فانا رسلتي لاتحاد كرة القدم. اوعوا تلعبوا تاني على الوتيرة دي. اوعوا تراهدوا صلد. عارفين كده في الامار بعيد عنكو والعيد بالله. في حاجة اسمها صلد. صلد يعني ايه لما بتبقى فيش عام في ايه كده. وفاضلك ارشين صغرين معاك تقوم ايه صلد. كل اللي معايا براهن بكل اللي معايا. تحاد كرة القدم كده بس ده مجرهان بقى. دي مش مراهنة دي مقمرة. تحاد كرة القدم كان بيعمل مقمرة مميتة. مقمرة في منتهى الخطورة نتيجتها كانت كارثة مش بس على الوسط الرياضي على مصر كلها كدولة. انتوا عارفين عظمية الجماهير. وعارفين عشق المصريين لكرة القدم. وعارفين انتماء وعشق الاهلوية للاهلي والزملكوية للاهلي. الزملكوية للزمالك. وطبعا لسه ما فيش بيرامد زاوية للبيرامدس. بس يعني عشق انديتهم ليهم جنوني. فسيبوا المنافسة العادية. الملح العادي. اللي مabilities الشريف والتحفيل والهزار والكوميكس ده تمام. لكن اوعوا تخلقوا فتنة رياضية. اوعوا تخلقوا فتنة رياضية. ولو اتخلقت الفتنة الرياضية انا باعتبار اتحاد اللعبة المسئول والجهة الشرعية المسئولة. انا اول واحدا اوقد الفتنة. انا اول واحدا انزع الفتيل. انا اول واحد اشد الكوبس مش ابقى انا اللي بساهم في الفتنة. وانا اللي بالعند بتاعي او معامل حالة من حالات الصدام الحدي. يعني ايه الصدام الحدي. الصدام الحدي اللي هو يا تنتن يا تنتن. مفيش وسط. يا تنتن يا تنتن. يا كرسى يا كرسى. اعقلوا يا اتحاد الكورة. واحمدوا ربنا ان فيه كبير في البلد دي بيفكر. وانا هناك كبير دي مش بقى صدر رئيس الجمهورية بالمناسبة. أنا بقصد الدولة نفسها في دولة كبيرة بتفكر ودولة كبيرة بتتدخل عند اللزوم وفي دولة وعية للخطر وفي دولة عندها حد قادر على اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم وإلا كان زمننا يوم الخميس اللي جاي بالليل بنقول يا ريت اللي جرى مكان الحمد لله إن في حكمة لدى مؤسسات هذه الدولة هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نشوف أخبار القيادة السياسية من اهتيازات برنامج عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية وفي ضوء التصدي الحاسم ومكافحة صور الغش التجاري ومافيا السلع الفاسدة ومجولة المصدر التي تؤثر على الصحة العامة فقد تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمدريات أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن مستلزمات طبية بالساحل لإداراته مخزن دون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من المستلزمات الطبية استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخادرات في حملة أمنية مكبرة تجار وحائل معلش قبل الفاصل حبيت بس أرجع أعلق على حاجة غيرها وأنا عارف طبعا أنا عارف طبعا أنه من الصبح من ساعة ما طلع القرار بتاع تأجيل مباراة الدوري وأن مطش الأهلي وبيرامدز بعد مكرة وبالخبيص مش حيتلعب وجمهور الأهلي معتبر نفسه منتصر تمام كل واحد يعتبره الحاجة عامل حسين من شوية قال أنا مريش علاقة مين يعتبر نفسه منتصر ومين يعتبر نفسه منهزم إحنا بنعمل الصح وطالما الأمن قال كذا إحنا بنقول أمين لكن أنا بقول لكم طبعا جمهور الأهلي قولا وحيدا معتبر نفسه منتصر وطبعا بيرامدز معتبر نفسه خسر الرهان شوية خصوصا النادي بيرامدز راجع دلوقتي من اسكندرية راح عمل المعسكر عشان مستعد المنصر الخميش وراجع دلوقتي من غير ما يلعب والأهلي كده كده سيد عافيز قال إحنا مدين أجازة يومين للعيبة يعني رحلة يا ستة كل المهم فجمهور الأهلي معتبر أنه منتصر برضو دي مش خصتي وإنتوا عارفين قبل ما أتكلم إن أنا أهلاوي جدا 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 سهل هي عشان بس ما نقولش إنه إيه أنا بحاول أبقى لا أنا أهلاوي كل الناس عارف أن أنا أهلاوي والدم اللي جوة لو ما كانش أحمر كنت أنا لو أنتوا أحمر لكن الحمد لله لذي خلقانا أهلاويين كويس أنا حور وبحترم الزبا الكوية وبحترم الإسماعي الله وبحترم كل الأهلي بس أنا أهلاوي جدا بس برضو مع أهلاويتي الشديدة ما كانش ينفع اللي بعض من جماهير الأهلي كانوا نويين يعملوه إيه هو بقى اللي هو ده مبارح بالليل طلعت هذه الصورة وبعض من جماهير النادي الأهلي كلام ده قبل ما يعرفه إن مطش كاس مصر منه من الأهلي وبريمت حيتأجل والدخلية حتتدخل وكده قاموا عاملين الشعار بتاع كاس الأمم الأفريقية اللي مصرح حتنظموا في صيف هذا العام في يونيو إن شاء الله وقالوا جمهور الأهلي يقاطع بطولة أمم أفريقيا والأهلي فوق الجميع وأنا بقول لكم إن ده خطأ 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 وربما يرتقي إلى درجة الخطيئة مش بس الخطأ أنا أهلاوي وأزعم إن أنا أهلاوي شديد ما بقولش متعصد لأن العصبية غلط في كل الأحوال لكن أهلاوي جديد أهلاوي قبن عن جد وأهلاوي حتى النخاع لكن عمر ما أهلاويتي تلغي عقلي ولا تلغي وطنيتي والأهلاوي اللي بجد عارفين إن الأهلي هو نادي الوطنية وهو النادي الوطني اللي طول الوقت واقف وراء مؤسساته ودولته وبلده في أصعب الظروف قبل أحلى الظروف مهما حصل أزمة مع بيرابيدز مهما حصل أزمة مع الزمالك مهما حصل أزمة مع اتحاد الكرة ما ينفعش الأهلي ييجي على البلد أو جمهور الأهلي أو بعض من جمهور الأهلي يضر البلد لما تقول إن إحنا هنقاطع كاس الأمم لا كاس الأمم حدث وطني وطني يعني حدث يخص البلد ويخص الكرة في البلد بس يخص البلد كلها بالدليل إن أعلى رأس في البلد وهو الرئيس عبد فتاح السيسي اجتمع بالرئيس الاتحاد الأفريقي ويطمن معاه على سر الاستعدادات وبيكتمع مع رئيس الوزراء ورئيس الوزراء بيكتمع مع رئيس الاتحاد الكرة ووزير الشباب والرياضة ومحمد فضل مدير البطولة عشان يطمن على استعدادات الدولة المصرية لمطورة كاس الأمم الأفريقية استعدادات الدولة المصرية مش استعدادات اتحاد الكرة فلما أنا أتخلي مع اتحاد الكرة عوالين مطش ولا مباراة ولا معاد ولا جدول ولا كاس ولا دوري ما ينفعش لما أجأ أضر أضر بلدي لا وللمرة المليون أنا بقوله أهو للأهلوية لجزء من الأهلوية اللي مش فاهمين الشعار بتاع الأهلي فوق الجميع اللي انتم كنتوا حطينه ومعليش ندقوا عنها يا ال estosون اللي هو الشعار اللي هو تحت اللي على الحمر أهو الأهلي فوق الجميع في بعض في قلة صغيرة من جمهور الأهلي مش عارف معنى الشعار في ناس فهمة إن الأهلي فوق الجميع يعني الأهلي أهلي فوق جميع أبنائه وفوق المصالح الشخصية والكيان قبل الجميع لكن قبل الكيان وقبل الجميع في الوطن ورّي حبك لغيرك وتبرع عشان نقدر نداوي قلوب أكتر مؤسسة مكدي عقوب للقلب من القلب للقلب ملايين الستات في مصر بيستخدمون أريال جال أنا بحس أن ألوان بتفرح الواحد في الأول بيجيلي ناس لا 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 طبعا لا أنا في السن يقلب سلماندي واحدة واحدة بيمشي من عندي أيلين انت غيرتي حيث الألوان والنظافة والشيكة هي اللي بتعمل المنطق أنا بحب القهوة قوي وقيت نفسي من غير ما ياخد بيلي بشرب قهوة القهوة وقعت على دمي تعمل في الأول بنت بحط أي حاجة في الغسالة أو بحط أي منتج معنا وخلاص وكذا حاجة بازت اكتشفت أريال الهدوم تريت نظيفة ونظافة غير عادية والألوان تفضل زيها هي وأنا واسق من نفسي وساعتها بأعرف أقنع اللي قدامي بأي حاجة لو لازم ينضف لازم أريال الحمد لله بفضل ربنا ثم تبرعاتكم خلصنا وشغلنا المرحلة الأولى والتانية من مستشفى السعيد السرطان مستشفى شفا الأرمان وبنعالج المرضى وكمان بدأنا في بناء وتأسيس المرحلة الثالثة وعشان نقدر نكمل محتاجين دعمكم وتبرعاتكم علشان سعيد بلأ سرطان شارك بسهم الشفا في زكاة سهم العلاج الكيماوي 500 يني شارك بسهم واحد أو أكتر أو باللي تقدر عليه مستشفى شفا الأرمان سعيد بلا سرطان إن شاء الله اتبرع وتصل دلوقتي على تسعة عام عيشي هربل أسنسز باي رينيو الغني بزيت الأرجان والياسمين عشان ترجع الحياة لشعرك من الجزور للأطراف عيشي الطبيعة اتبرع علشان المرض ما بيستناش اتبرع لمؤسسة مصر الخير على حساب مية مية أو اتصل بستاشر مية واربعين اهتمامنا بيهم يحميهم ويخلي العادات الصحية سهل عليهم صحتهم مستقبلهم في الأيام دي عايش بخوف الآن لا حد يشوف أشتري رحتي إزاي أصامك أحلى مجموعة عطور داوني الجديدة كمساعدة الممثل الشاب الأمريكي من أصول مصرية واللي حصل على جازة الأسكار لأفضل ممثل عن دور الفيلم الملحمة البوهمية حلم الفرحة والبهجة على السوشيال ميديا دفعتني مباشرة للتوجه لمحافظة المينيا مساء بعد إعلان فوزه بالجايزة وتحديدا عزبة فالتاقوس قابلني هناك عصان فوزي ابن عم رامي مالك واللي استحبني مباشرة لبيت العيلة هناك وكلمني عن رامي مالك عن أرب رامي مالك تولد في أمريكا في سنة الثمانين وولده ومامته هاجره في تسعة وسبعين وجس من أخته دكتورة طبيب الطوارئ اتولدت هنا في مصر وسفروا بيها فجئنا برامي أنه هو يعني غير مصار حياته بدل ما يخش حقوق حسب بابا ما كان عايز دخل في مجال التمثيل ودخل في مدرسة الإخراج في كلية هناك تجمع أسري في وقت متأخر من الليل والانتظار بلهفة للإعلان عن الفائز بالأسكار انتظرنا لحد الساعة ثلاثة الفجر والحمد لله ده انبسطت منه كلنا وده مبروك لينا ومبروك لمصر أولا في بيوت في القرية كنا نفتح لفس الحدث ده وبتسمع فجئنا بالزغريت والسكف والطبل بالنسبة للشباب الصغير مرة واحدة زار فيها رامي مالك مصر عام 2003 واللي طبعا كان لها تأثير على حياته الشخصية بحسب كلام ابن العم رامي نزل في سنة 2003 وتعامله كان بسيط جدا وكان طيب خالص وكان خلوق جدا وكان يحب يسلم على الناس وبيحب يديهم كده الكلام اللي هم يحبوه الفقاهة اللي هي يحبها فصلنا له جاناليب بلدي وركبنا الحصان وديناها الزرع والغيط وقاعد في مصر شوية راح الأهرامات وراح المتحف الإبطي وزار حاجات السياحية اللي موجودة هناك وراح شرم الشيخ بعد أن أنهيت حديثي معه في بيت العيلة أو البيت الكبير استحبني مباشرة إلى الشقة اللي بيمتلكها رامي مالك وأسرته هنا في فلت أوس وكلمني عن ذكريات ظلت محفورة في ذاكرته حتى الآن طبعا هنا دي القوضة دي بتاعة رامي لما كان بينزل بينزل يعود فيها رامي لما كان بيطلع الشقة بتاعته أحيانا كان بيفتح اللابتوب بتاعه ويعود من عصد قول بتاعة أمريكا حي زي كده وكان مع الكاميرا بتاعته كاميرا ديجيتال كان دايما نصورنا تاحت ناكل يصورنا بنشرب يروح مصورنا مش عارف إيه وحد كده يروح مصوره بس للأسف إن احنا ما نعرفش إن رامي هيطلع نجم كبير زي كده وكنا خدنا صور معك وسافر صور عديدة ومقطع فيديو لتكريم الممثل الشاب سيظل محفورا في ذاكرة هذه العائلة وذاكرة كل المصريين عبد الرحمن يسين قناة النهار زيارة فوقتها لابن سمالوت البر ابن سمالوت اكتسح هوليود الفرق مش كبير على فكرة هو فرق مناخ على فرق سيستم على فرق فرصة على فرق يعني مش بقيت حاجات بسيطة فوق بعضها كده تفرق ما بين سمالوت وهوليود بس في النهاية فوز نجمنا المصري اللي حاصل على الجنسية الأمريكية لأنه أنا مش حابب التعليق اللي بيقول إن هو الأمريكي اللي من أصل مصري لا هو المصري اللي حاصل على الجنسية الأمريكية لأن ابوه أمه مصريين وبلده هنا بلده هنا وأصله هنا ومسقط رأسه هنا وبيته هنا وقودة نومه اللي انتوا شفتوها هنا وكل حاجة تكويناتها هنا آه هو تولد وعاش في أمريكا بس في النهاية على الأصل دور على الأصل دور ورامي مالك اسما ومسمى وفعلا مصري حتى النخيع وأنا أسعدني جدا تصريحات مالك كمان إن هو بيتكلم على إنه مش بقى نسي مصريته ونسي عربته ونسيه كابل عكس بيقول طول الوقت إن أنا أصلي مصري وفرحان وبقهدي هذه الجائزة لبلدي مصر ويه لعائلتي وا 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 فرحة ما تخيلتهاش أنا فرحة ما تخيلتهاش إن أنا في سنوات عمري في سنوات عمري ما كنتش أتوقع ولا أتخيل حتى في الأحلام إن فيه ممثل مصري سيفوز في عمري بجائزة الأوسكر الأوسكر اللي هي كل سنة بنوعهم تتفرج على حفلها السنوي وإحنا عاديين في البيت تحت البطنية في الغطا وبنقز أسترمس ونقول الله والله مش عارف مين وكان بالنسبة لنا كأنهم في كوكب الفضاء إنه فيه كائن مصري يطلع معهم كوكب الفضاء ويقف على مصرح هوليوود ويقتنص الجائزة الأهم يقتنص الجائزة الأهم أفضل ممثل في دور رئيسي مش دور ثانوي ولا دور تاني ولا دور مساعد أفضل ممثل في دور رئيسي عن دوره في فيلم بوهيميان رابسودي أو ملحمة رابسودي اللي قام بيها رامي مالك شرف كبير جدا 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 مليون مبروك لمالك ومليون مبروك لأسرة مالك أولاد وأهل سملوت الكرام ومحافظة المينيا وكل صعيدة مصر والحقيقة ده دليل تاني على إن صعيد مصر هو أصل مصر حتى لو زعلوا مني بتوع بحري أصل مصر صعيد مصر وعزة وشرف وإباء وكل حاجة وكنوز ومواهب وفن وإبداع مصر أصل صعيد مصر ولو فتشنا في الصعيد هنطلع مش أثار زي ما بيعملوا دولة تحت بيوتهم هنطلع كنوز بس كنوز من المواهب كنوز من القدرات كنوز من البشر كنوز من الطاقات اللي لو خرد فرصتها محدش يقدريه قدامها زي مالك وزي زويل وزي مجدي عقوب وزي عشرات 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 مكتسحين في مجالاتهم في كل دول العالم بس ياخدوا فرصة الفرق بين رامي مالك لو كان عاش هنا في مصر ورامي مالك اللي عاش في أمريكا فحصل وهو في سن التسعة وعشرين على الأوسكار ايه؟ تفتكروا انتم ايه؟ طب حسأل السؤال الصعب لو قسرة مالك ما خانتش هاجرة أمريكا ومالك كان فضل هنا ودخل التمثيل وراح لأحمد السبكي ومحمد السبكي وعمل معاهم فيلم كان ايه؟ كان حياخد جزية الايه؟ بصوا الفرصة الفرصة ما بتجيش إلا لما يكون فيه مناخ يسبح بتواجد الفرصة لمن يستحق وانا في رأيي المتواضع ان مصر اليومين دول ابقى كدب لو قلتلكوا ان كانت فيها فرص لا ما كانش فيها فرص مصر كانت لسنوات عديدة جدا قاتلة للمواهب مصر كانت لسنوات وعقود طويلة جدا مقبرة للمواهب كان اللي عنده موهبة كان بيتعدم مش بتعدم اعدام حقيقي قصدي يعني كان بتتواجد المواهب ان بدري كان بيتطفي على دماغه على طول كان ممنوع الحلم ممنوع الطموح ممنوع ان انت ترفع راسك لفوق وتقول انا نفسي ابقى كذا لان معنى كده ان انت عايز تاخد الكرسي من اللي قاعد عليه وده كان طموح مش مشروع في مصر في عقود طويلة انا دلوقتي بنبني مصر الجديدة بنبني مصر المختلفة اللي عايزين نمسح فيها كل اخطاء وجرائم الماضي ايا نكمن اللي عملها دلوقتي مش قضيتي ووالله مش بلقها على حد ولا بسقت كلام على حد انا بتكلم على بلدي اللي نفسي تبقى حلوة لولادي احنا خلاص عشنا على قد ما عشنا ومش عايب عندنا طموح ان احنا يبقى حاجة اللي بقى حاجة بقى حاجة ولما بقاش مبقاش لكن ده مش معناه انه البلد قفلت احنا هنروح والشعب هو اللي هيعيش ولادنا هم اللي هيعيشوا احفادنا هم اللي هيكملوا فأنا نفسي لولادي وأحفادي يبقى عندهم مناخ يسمح بالفرصة يبقى في مصر الطبور في العلم وأنا أعتقد أن الدولة بكل مؤسستها وسلطتها ورجالتها هذه الأيام عندهم هذا الفكر وعندهم هذا الوعي ومش غريب لما يحصل لك بعد الإنجازات في مجال الطاقة تعمل شغل صحي مش عارف إيه فتلاقي حقل ظهر بيتفتح لك مش عارف إيه وحقل كذف مش عارف إيه وعلى المستوى الاقتصادي بيطلع لك بعض الإشارات الكويسة وكل مؤسسات دول اللي علم تقولك الدنيا هتمشي كويس وإنت هتبقى واحد من الاقتصاديات الواعدة كمان خمس سنين بس تتكمل إصلاحك الاقتصادي وتمشي على هذا النهج تصلح التعليم علشان يبقى مناخ يطلع فيه الناس بتفكر مش بتصم وبتحفظ وعلى المستوى السياسي كل علاقتك السياسية تستعد روسيا تفتح علاقات مع آخر الدنيا في اليابان والصين وكمان في جنوب أفريقيا وفي البرازيل والأرجنتين كل ده معناه ان انت ماشي صح واللي ماشي صح لازم يماشي صح في كل حاجة لأن الصح ما بيتجزقش الصح ما بيتجزقش اخلقوا الفرصة لولادنا واعلموهم صح وارموهم البحر والله هيزرعوا البحر وحيطرح عندنا الأمثلة كتير بس نبدأ صح وبمناسبة البداية الصح على مدار اليومين اللي فاتوا كان فيه كارنفال كان فيه احتفالية ومهرجان سياسي واقتصادي وتعاون انا في رأيي كان بمثابة المونديال كاس العالم كاس العالم في العلاقات السياسية والديبلوماسية ومصر اللي كانت مستضيفة في درة المدن الساحلية والسياحية واجملها على مستوى العالم مدينة شرم الشيخ القمة العربية الاوروبية اللي استضافتها مصر على مدار يومين يوم الحد والاتنين وللأسف الشديد انا مكنش معاكم اليومين دول عشان اكلمكم عنها وطبعا قناة النهار هنا استفادت في تغطية هذه القمة وفعالياتها وكانت معاكم لحظة بلحظة واعتقد انه الشباب زملائي في قناة النهار لم يتركوا شاردة او واردة في هذه القمة وكوالسها الا وغطوها وقدموها لحضراتكم بتغطية تلفزيونية اعلامية مبدعة بشكر كل الزملاء لشاركوا في هذه التغطية بس كمان بشكر مصر على هذا الحدث بشكر الدولة المصرية ممثلة في رئيس الجمهورية السدعف التحسيسي وكل مؤسستها وكل رجالتها وكل من عمل على تحضير وتنظيم هذه القمة بهذا الشكل اللي يرفع الراس وانا كنت مسافر بره مصر وكنت بتابع على الايباد بتاعي معظم فعاليات القمة وردود الافعال وتغطية الصحف المحلية والاجنبية والله كنت فخور فخور ان مصر هي اللي بستضيفة هذا الحدث وفخور بالتغطية العالمية وبشوف الصحافة الايطالية والصحافة الدرماركية والصحافة الانجليزية والصحافة الالمانية والصحافة العربية وهي هو بتبه هذا الحدث و بتقول مصر على الطريق الصحيح مصر تستوعب الكبار مصر تفتح ذراعيها لأول حوار وتعاون حقيقي بين الشمال والجنوب بين أوروبا والعرب و خلينا أقول لكم مش هكوش بقى في تفاصيل يعني أنا متأكد أن كل الزملاء سواء في القناة هنا أو باقي القنوات الفضائية المصرية أسهبوا وقتلوا الموضوع بحثا بس أنا حقول لكم دايما طريقتي أنا وهي فكرة الرسالة فكرة العنوان الذي يجب أن نخلص منه لما يكون عندنا حدث بهذه القيمة القيمة العربية الأوروبية دي دليل على طريقة تفكير مصر و ديبلوماتيتها بمعنى أسف الشديد قائم على الصراعات و قائم على الاحتقان و قائم على المصاح اللي للأسف بتدي إلى يا إما احتلال يا إما إفساد يا إما تخريب يا إما إرهاب يا إما عبث في شؤون الدول الأخرى الداخلية مش دي الحقيقة إلا من راح تحتلق أو تستعمل أو تضرب أو تستخدم الحروب والأسلحة الدولة المصرية قررت أنها تعطي خارطة طريق للعالم جدا الرئيس قال كده قال بني أدم في الجواز حق البني أدم في العمل حق البني أدم في التعليم حق البني أدم في العلاج لو عي ومرضة محل نقاش كبير قوي من جانب يعني أصدقائنا الأوروبيين ومن جانب الصحافة الأوروبية وحتى من جانب كل المهتمين ففي دول كثيرة موجودة جنب مننا فالأمر مختلف فلابد أن احنا نتفاهم فيما بيننا ونعلم أن الأولويات اللي موجودة هو الطريق الوحيد لتحقيق المصلحة بين كل الأطراف بدلا من الصراع حريك متفق معي متفق معيك بس ده مش رسالة مطني متحمس إنما يعني وده شيء بطلوك جدا في هذه المرحلة إنما إدارة المصلحة مصلحتنا ومصلحة الضغة العربية هي التي دفعت مصري وده يقودنا إلى خلاصة هامة وهي أننا لابد نبدأ بداية جديدة ما يحكمها صحيح الاستقرار مصلحة مشتركة اللي هي فكرة ساعة سفير الوين وين سيتيويشن بالضبط كده نحن مجتمع المدني وقلابه وعليكم أن تحترموا نحن وصلنا إلى نقطة بداية جديدة سوف تعتمد على منطقة هذا لا كان بقى دولة أوروبية ولا دولة عربية وأنا بشوف أنه دي في حد ذاتها رسالة مهمة جدا لأنه حتى تبدأ يعني في عقد القمة هذا أمر لا يمكنه أحد إنما النجاح العقيقي هو كيف نستثمر هذه البداية بكي نعمل دعمين إن شاء الله في بروكسل في بلجيكا عاصمة بلجيكا وعاصمة الاتحاد الأوروبي اسمحولي حروح لفاصل الأخير بعد الفاصل مش هأخركم كتير هنوعد هتستفيد من ثوابك اللي هيزيد مع كل جنيه بيكسبوا رب أسرك ساهمت في توفير شغل لي بزكاتك وصدقتك هتفيد الأسر البسيطة وتستفيد بيها اتبرع لمؤسسة مصر الخير على حساب 100 أو اتصل ب1640 وقروا الترجمة كويس قوي وفهموا معناه وحنرجع نختم مع حضراتكم بس أرجوكم ركزوا قوي في الفيلم اشتركوا في القناة نزيد على المنزل حق جميع جميع أدعی معناه 50% منinalos قول wealthy وعند منه وحق علي كلها إشتركواح ن brand that's a status هذا أيضا بتحديد مرد بتحديد درا minorities سحكم بحق هل التحديد سيدي في ذلك المحل. ماذا يدعوني؟ سيجعل أنه يكون لكاية الرجال والانبقاء الرجال والانبقاء الرجال. مهلاً باقالي. مهلاً رجالي. أخبرني أخبرني أنه سيكون بأم أغلبها. مهلاً تقولوني أنه لا أعطيك. موسيقى موسيقى هل تخبرتنا نمتعد؟ موسيقى 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 ترجمة نافي حال حال جنيا حالة لم أكن تتوقيت ذلك كلها بووووه لا لا المرحلة مرحلة لتركيا أمي أمي بلدرم أمي 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 امي بلدرم الأبن بلدرم بالبطور هل هذه الأمور ؟ الإسلامي سألت لا تتحرك إلى الأنmania سألت بالادوة الأن كما أفرغل أن أفرأس أنني موجود صحيح أما على القبل من كبه أننا نشكل جديد في المبارد من السنين في المملك مفرد من المبارد لهذا Birية تأثق seriously في هذا الملطف أفعله تأتي وظهر شخص لمثابا لم أكن لم أكن أجنب سأجنبون بشخص في حالة ساعة ساعة اللي احنا كنا بنقوله على القمة العربية الأوروبية الفيلم ده هو اللي بيجسده فكرة ان احنا كلنا واحد وان كلنا مع بعض وان الارض دي كلها لنا في كل شبر فيها جدر مفيش حاجة اسمها عرق نقي مفيش حاجة اسمها pure human race كلنا نتاج خليط العالم والجنسيات والأعراق مع بعض فانتاجت تامر وابراهيم ومايكل وجوناثن ومش عارف مين ومين ومين وكل جنسية وكل حضارة لها نسبة ولها شير ولها اسهام فحضارة الناس التانية وفي شعوب الدول التانية الفيلم ده مع بداية الحوار اللي احنا عملناه في شرم الشيخ ما بين العرب والأوروبيين والشرق والغرب لو فهمنا كويس الرسالة مش حيبقى فيه حاجة اسمها شمال وجنوب مش حيبقى فيه حاجة اسمها شرق وغرب ولا عرب ولا أجانب ولا مش عارف مين ولا مين حيبقى فيه حاجة اسمها human being يعني إنسان يعني الخلاصة بتقول الكون مش ينا ينت الكون والحياة هي أنا وانت تصبحنا خير هذا البرنامج برعاية من مصارف الزكاة والصدقة إنك تساهم في عملية قلب لطفل كنبين الحياة والموت بفضل ربنا ثم تبرعاتكم جمعية الأرمان عملت أكتر من 37 ألف عملية قلب في 26 مستشفى في الوجه البحري والصعيد شفتوا تبرعاتكم عملت إيه؟ شفتوا فلوسكم راحت فين؟ انقذ حياة إنسان وتبرع لجمعية الأرمان لإجراء عمليات القلب للأطفال والكبار مساعدتك أتنقذ حياة أطفال كتير كل ده في مشروع أكفل قرية فقيرة في السايد اتصل بي 19-4-55 يصلك من دبنا ملايين الستات في مصر بيستخدموا إريال أنا أم لـ 305 طف في الدور صعب جداً إن وتيجي هدوم مستعملة ونرميها تدينا نستعمل إريال عشان بيشيل البقع وهم كانت صعب كمان الهدوم بتطلع نظيفة كأنها جديدة وبعد كده بنحطها في المخزن بطريقة المحل فرحة الولاد باللبس الجديد حاجة ملهاش وصف اتبرع علشان المرض ما بيستناش اتبرع لمؤسسة مصر الخير على حساب 100-100 أو اتصل بـ 16-140 قولي كفاية وعيشي الطبيعة مع Herbal Essences Byron You قولي كفاية ملونات Paraben, Paraphene, Gluten وSilicon عيشي Herbal Essences Byron You لغني بزيت الأرجان واليسمين عشان ترجع الحياة لشعرك من الجزور للأطراف عيشي الطبيعة عيشي Herbal Essences Byron You ملايين السدات في مصر بيستخدموا أريال جان أنا بحس إن ألوان بتفرح الواحد في الأول بيجيلي ناس لا 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 طبعا لا أنا في سني ألبس الألوان دي واحدة واحدة بيمشي من عندي قيلين أنت غيرتي حيث الألوان والنظافة والشياكة هي اللي بتعمل المنظر أنا بحب القهوة قوي وليت نفسي من غير ما ياخد بيلي بشرب قهوة القهوة بقعت على هدومة عامة في الأول قلت بحط أي حاجة في الغسالة أو حط أي منتج معه وخلاص وكذا حاجة بازت اكتشفت أريال الهدوم طلعت نظيفة ونظافة غير عادية والألوان تبدو الزهية هي وأنا واسك من نفسي وساعتي بعرف أقنع اللي قدامي بأي حاجة لو لازم ينظف لازم أريال اهتمامنا بيهم يحميهم ويخلي العادات الصحية سهلة عليهم صحتهم مستقبلهم كل ما بيزيد تلف الشعر كل ما بيبقى عايزة أقوى من بلسم أقوى بكتير جديد بانتين ثري مينت ميركل بلسم بقوة الماسك وبروفيتامينو بيساعد على إصلاح حتى تلت أشهر من التلف في تلت دقائم بعد كل شامبو أو يشعرك مع بانتين ثري مينت ميركل الجديد لأن القوة جمال للإعلان على شبكة تلفزيون النهار الوكيل الإعلاني ميديا لين الاتصال على الأرقام التالية موسيقى موسيقى ممكن نكون عايشينها خلال يومنا وفي حياتنا سواء بقى كانت التغيرات الجب مفيش حد فينا بيشرب ميا بالكميات اللي نقدر نقومت كتير جدا ممكن تكون ملغبطة خلال يومنا ونرجع نقول وإحنا بشرتنا ملعة مش منورة ليه وإحنا ليه شكلنا بهتان قوي كده ومفيش نظارة والديرما بان النهاردة هتشرفنا الدكتورة مونة شرف أخصائي الجلدية والتجميل في عيادات ومان دكتورة مونة منوراني أهلا بيكي أول ديرما رول وبعد كده نلقناه أنه كل جهاز العيانة مقدرش تستخدم جهاز في الجلسة أنه ديرما رول بيبقى نص هل يقدر الديرما رول يجيبها في البيت؟ يعني ده جهاز بيت بقى؟ اه جهاز بيت بقى وممكن تاخده عندنا من العيادة وتستخدمه في البيت بنعلمها ازاي تستخدمه اتجاهات معينة بطريقة معينة ونقولها تستخدمه ازاي وبنعلمها عليه وتستخدمه بقى في البيت كل أسبوع مرة عشان تحافظ عن الجلسة اللي هي عملية عندنا في العيادة يعني ده بس للمحافظة داخل البيت بعد الجلسة الأساسية بعد الجلسة الأساسية مصبوط لأن الديرما بين اللي عندنا هنستخدم كذا عمق للسن بتاعنا ونوصل لكذا حاجة في البشرة لكن الديرما رول إحنا هنزيها عمق واحد بس بس ده شتستخدم أكتر من كده فهو ده الفرق بينهم هما الاتنين لكن هما الاتنين زي بعض تماما قوليلي بيتم استخدامهم بقى مع كريمات مع حاجات معينة ولا هي بيبقى فيها مادة ولا هي بتحفز حاجة معينة في البشرة بصي بقى طريقتها ايه احنا بنشتغل عليها على حاجتين أول حاجة ان احنا السنون الصغيرة دي بتعمل زي سقوب في البشرة أو جروح نظيفة ان احنا لما الجلد بيلاقي عنده الجروح الخفيفة دي أول نظيفة يبدأ يعني يعرفة ينبه نفسه لأ ده أنا عندي جروح تعالي بقى ايه أصلح من نفسي أشوف العيوب اللي عندي أحفز الكولوجين اللي تحت الجلد اللي موجود أصلا في بشرتك لأ أنا أحفزك ان انت تشوف المشكلة اللي عندك ايه وتصلحها عندك أثار حب الشباب مثلا عندك الندبات اللي بتطلع بعد حبوب الشباب حفرة كده عميقة شكلها ليه الخفرة اللي بتحصل ندف الحباية خالص بتسيب سكار بتسيب ندبة علاجها بيبقى أصعب من انت تعالج الحباية نفسها منضطر بقى نستخدم ايه الدرما رول والدرما بين فبقولك نبدأ بقى نستخدم زي مثلا حبوب الشباب أصعب حبوب الشباب التصبغات برضو اللي عندك الدرما بين بتحفز الكولوجين اللي تحت الجلد فاحنا بنشتغل عليها بطريقتين ان احنا نحفز الكولوجين اللي موجودة عندنا لنبه الجلد لا صح صح نفسك كده واشتغل تاني وشوف العيوب اللي عندك ايه وصلحها ونشتغل بطريقة تانية ان احنا بنستخدم ملع مع البلازما يعني الاتنين يقدروا يطلعوا نتيجة اقوى واضطر البلازما بنحقنها ازاي طرقتين يا اما دايركت انجيكشن بسرنجات انسولين خفيفة يا اما نحفز الكولوجين اللي تحت الجلد ان هو يشتغل تاني فبنشغله بقى بالدرما بين والبلازما ورده عشان الدرما بين بتوصل البلازما في طبقات عميقة من الجلد الدرما بين هي دلوقتي بقيتوا تستخدموها بديلة للدرما رول ولا بتستخدموه الاتنين مع بعض الاتنين ممكن نستخدم لو هي حسب المشكلة اللي عندها لو هي مشكلة ممكن تجيلك العين عندها كذا مشكلة عندها ندبات عندها هلات سودة تحت العين عندها عدم ندارة عندها تصبغات كذا مشكلة عندها يبانى الدرما بين هاخد كذا عمق اوصل لكذا عمق في الجلد بالدرما بين لكن هي عندها مشكلة واحدة بس عاوزة ندارة للبشرة خلينا ناخد الكذا مشكلة اللي كلمنا فيها دلوقتي وقولي لي إيه سبب عدم نظارة بشرتنا أسباب كتير قوي في الظلية من الصيف للشتاء واحدة مفروض ولا في الصيف ممكن يبقى أزياد شوية ممكن يبقى أزياد شوية بس يعني ثلاثة لتر مثلا هو الأساسي بنزود شوية في الصيف مثلا عدم الأكل الصحي خلاص بقى على طول في الجامعة في الشغل مش قادرين نروح لبيت ناكل أكل متوازن في خضار فكهة واجبة ومتوازنة مش مبقيتش موجودة خلاص بقى أننا بنستسهل الجانك فود الأكلات اللي في الشواء استخدام الموبايلات واللاب توب والحاجات دي بتطلع إشعاع بتبوز برضو بشتك أي إشعاع وأي حرارة بيباليها تأسير سي أي إشعاع وأي حرارة بتأثر على نظارة البشرة عدم استخدام الكريمات النظارة تب يحطنا ميكب طول اليوم تيجي آخر اليوم ميكسلة مش قادر شير الميكب من على وشي ونام بالميكب بنسد المسامات دي دي بقى خطورة النوم بالميكب وأننا نام بشرتنا مش نظيفة أو تنظيف البشرة يتم إزاي قبل النوم بغض النظر حتى عن فكرة أن الناس اللي زينا اللي هي بتتعرض للميكب لفترات طويلة الناس العادية حتى لما بتخطش ميكب أو بتخط حاجات خفيفة قوي خلال اليوم وما بتهتمش بتنظيف البشرة قبل النوم البليوشر التلوس اللي حوالينا في كل مكان رجعنا البيت مش قادرين نشيل الميكب تعبني مش قادرين هننبي هيحصل إيه هيحصل إيه هنقفل المسام بتاعتنا مسام بتاعتنا هتتملي هتتملي بالغبار والتراب والبول بوليوشن والبول بوليوشن اللي حواليك كله هتتعود إن هي تبقى مفتوحة فهيجي لك مشكلة فهيجي لك مشكلة بقى صعبة قوي اللي هي البورز المسامات المفتوحة ودي مشكلتها يعني علاجها بيبقى صعب أي حاجة بتدخل طبعا أي حاجة بيبقى سهل اتعودت خلاص البورز اللي عندك موجودة في جلدك اتعودت تبقى مفتوحة دي ما بتبانش بالبنيئة ما يقدرش يعرف ده لازم يتم من خلال دكتور هو اللي يقول له انت المسان بتاعت وشك هو بيجي خلاص الحرق ده خط طبقات من الجلد فاحنا تفرق في المدة اللي يظهر فيها ما نعاوز ادخل كمان مواد مغزية للجلد فكل حالة بتبقى اول جلسة نبدأ نحس اللي فيه اختلاف في شيء لا طبعا لازم نواظب على الجلسات اهم حاجة مش مرة ونوقف لا طبعا فقدوا الدهون اللي موجودة في البشرة نفسها فقدت شوية فاحنا برضو دوت بياخدوا فترة اطول شوية ان هو لحفز لهم الكولوجين ونبديها الالة بتاعتها هي بتبقى جهاز معاقم وبقول لها تعقميها ازاي وهي حاجة تتحط بعد الدرما رول او الدرما بين دي مشكلة كبيرة قوي ان بيحطوا اي حاجة اي حاجة زي يعني الجرح بتاعها بيبقى يعني مش ان هي تبقى احسن ان الهيلين بتاعها يبقى احسن ان المشكلة تتعالج اسرع البرودكت اللي هحطه بعد الدرما بين او الدرما رول ماهونا لازم حد بنوع البشرة بشرة دهنية غير الجافة ان هي تستخدم بوتوكس وفيلرز في سن صغيرة عاوزك اجل الفترة دي وخليها تستخدم الدرما رول في بيت يعني درما ممكن الدرما رول بالتحديد اه الجلد يعني احيانا تلاقي البشرة شكلها حلو بس فيها مشاكل ان تحت الجلد كده فيه شوفكم بألف خير بتصبحوا على ألف خير هذا البرنامج برعاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مثال خير حلقة النهار ده حلقة توعية للأطفال وعلشان كده احنا هنعملها بأسلوب أفلام الكارتون النهار ده هننزل الغابة هو احنا عندنا غابات طبعا عندنا كل ما كان في الدنيا له غاباته وكل غابة مليانة بكل حاجة حلوة وحشة وزي اي حاجة في الكون الغابة كمان ممكن يكون لها وش جميل بس في عمقها أحرشها الخطرة حشرات تطير تبيض حتى لو بالصدفة واحنا عندنا ده في مصر طبعا احنا مش أقل من العالم وهسبت لكم عملي هناخدكم في شارع جوة مدينة جوة محافظة في مصر اكتشفنا فيه غابة مليانة من نوع الوحوش الخطرة اللي بتلتهم البشر نوع وحوش لو طفل كبير قرب تطلع تنهاشو يموت تسيبوا جزة هامدة يا ماما انشافوا لأننا هننزل عملي للغابة ونوريكم الوحش بجد طبعا دي المنزلة جوة محافظة التأهلية بصوا يمين جدا الدنيا هادية تبدو عادية طب شمال ولا حاجة نفس الشارع برضو ما فيش حاجة لغابات ولا حوش اصبروا تعالوا بقى ندخل شوية جوة الفقاع حي الفقاع اهو هنستعين بطفل شبه بطلنا النهاردة هتقولنا كده طفل نجرب فيه وما تخافش يا ابني مش هنخليك مكان الولد لقدر الله ومش هنخلي الوحش يقرب منك هنفضل ماشين 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 لحد انا ايوه اهو هو ده الوحش المفترس بس متكتف لا مش متكتف احنا بس سدين بققه بس فيهو حش تانية تقيلة بققها لسه بلاعة مفتوحة انت بكبرها الموضوع ليه كده دي مش بلاعات عادية دي بلاعات من كتر وكبر شراها بتتنكر تخيلوا واحدة منهم عملت نفسها سرير وتحط عليها مرتبة اه والله الطفل كان معدي ودي محطوطة المغرب بالضبط وما فيش هنا نور ولا اي حاجة الكشفات دي كلها مركبينها بعد الحدث تمام فهو معدي بظروفها فعد عليها كنه معدي على قماش عادي فراح صائد في قلبي البلاع مع ابن خلط الصغير ندع على صاحب المطعم قال له قال له ابن خلط وعا ايجا يبص شافوا طلع منين بقى طلع من بلاعة تانية هوررها لحضرتك الوحش اللي هنسميه للأطفال باكابورتو عشان ياخدوا بالهم منه مش بلاعة تقليدية زي باقي البلاعات لا باكابورتو يا أطفال ده بطنه أكبر من بطن الحوت أوسع من ملعب كورة لو شفتك هتفضل تلف 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 في أمعاقه وحلني على محد يطلعك ينجيك منه في ضن ندور في قلبي البلاعات لحد يمكن بعد العيشة كده بشوية طلعنا من بلاعة تانية في مكان تاني الغوط متاحة يعني ما خسرنيش فيه العائل الصغير ده أقول لي يا عمو يا عمو إن خلتي واعة هنا تحت تحت على كل كلمة هيقولوها أنت مسؤول هتتحاسب الناس حملت الأستاذة سكينة أحمد جلال رئيسة مجلس مدينة المنزلة مسؤولية الطفل مش اللي راح بس والأطفال اللي جاية كمان دورنا لقينا الأستاذة سكينة صورت فيديو أثناء الأزمة اسمعوا بالضبط قالت إيه لما جالها سؤال هنحلها إزاي والأطفال بسرعة هايوة عندكو ناس بتقدر غبتصية تولوا معندكش غبتصية مريد أن يجبني لسه قد بعدها كنت معاه لأ الأستاذة سكينة بترد على الناس بلهجة باين على أصدها الأهالي اللي هتحل وكملت مفيش حدة هيعمل لنا حاجة شركة الميا مش عاملة لحد حاجة ده كلامها هي بس أنا بقى مش معاكي أبدا شركة الميا أول ما هتشوف حلقتنا النهاردة هتعمل كل حاجة الست زعلانة آه متأثرة صح إن محدش رد عليها من الشركة يمكن بس دي مشكلة كنتي إن أنت ما خلتيش الشركة ترد بتشتكي من قلة حلتها وبتقول أي بلاغ بيجي لنا بنوصله لشركة الميا وجري بنعمل إجراء اللي بتبلغنا به بنطلع عليه بسرعة وشركة الميا برضو بتتعاون بسرعة جدا وبتحاول إنها تحط غطاء أو إحنا لو إحنا لحقنا قابلهم بتعملوا أنت؟ بيجيب باللدر كبير حجر كبير جدا أقفل البتاع دي عما الغطاء يتعامل لأن ما فيش غطاء بتعمل في دقيقة يعني هو بسرعة ما هتعملتش غطاء على طول تعليم هو هو المكان دي فانتم فين بالزبط العنوان إيه؟ اللي هو فيه البايارة دي رفعي اسمه الفقاع آه كان متبلغ متبلغ إنه الغطاء بتاع البايارة دي بتشال ولا مش متبلغ؟ لا يا بشا ما حدش بلغ بلغين بقى إنا شهر ونص يا بلغ دي مفتوحة بلغ شهر ونص وقتا والواجل تان بلغ معانا آه ده أنا عامل آآ عامل تلغ راف عشان آآ عشان المتابعة في المنطقة بتاع أرضى بيونس طبعاً نفيش حد اللاجئة ولا حد سأل ومعايا الوصولات بتاعتهم اللي هم وصلهم كان متبلغ متبلغ إنه الغطاء إن البلعات دي مفتوحة وهي بتقول إن البلعات دي متغطية قبل منها بيومان أنا اشتكت مرتين لإن أنا بقولك ابن واع أنا اشتكت مرتين وروح طلع وشيتمتني وهزيتني وقالت لأني مالهم ما لصرف الصحي أنت بتسرقهم اللي غطيان بتعمل نظافة جنب المدرسة في نفس المنطقة أنا كان معاً لأوراق ديت فعايز أوريهم له وقعدت في قلب العربية رفعت الأزيز عشان ما تسمع ليش دي أولاً قدر مش هو اللي سرق الغطاء أنا عارف يا باشا أيوة والقضاء والقدر والقضاء والقدر مش هو اللي ما بلغش عن سرقة الغطاء اللي ما بلغش عن سرقة أي فندم ما احنا هنقوم أيضاً قدر الكلمة اللي أنا بوجهها دايماً أو الدعاية أو التوعية اللي أنا بوجهها لكل المواطنين في أي مكان بندل يا ناس إحنا مش لوحدنا نقدر نعمل كل حاجة حي وربنا يعدم الي في الخير إن شاء الله شكورت السيد سكينة أحمد جلال رئيس مدينة المنزل إلى كل طفل في مصر والوحدة تكون غلطة أكبر من الغلطة الأولانية التاريخ عمره ما هينسهالك وكل ما كبرت كل ما كبرت أخطائك والتاريخ ما بيرحمش هيتقال عنك ما كنتش صادق ما صدقتش في وعودك هيتقال عليك كذاب إياك وتقعوا في الغلطة دي أما رئيسة المدينة الأستاذة سكينة اللي أنا متأكدة إنها زعلت فعلا على الطفل كأنه ابنها بالضبط فبتقول حاجتين أهم من بعض بتقول أولا ده قدق وقدر طبعا طب التانية الأهل مهملين فاصل هذا البرمانك برعاية خيف تقوم تقفل وتروح سقشرة قربت وقف متسوح درج بيها السنة طبط مني هفتل كده عطلا ومتنح قعدتي من غير نت خلت عقلي سحوي شد اللي بيحصل اللي أنا شايفه نفس الباقة تقش وتسد عقلي شد القعدة من غير نت تخلي العقلي شد أورنج كبرت لك باقات جو وخلت الميجا بايت سوبر وكمان الفورجي اللي تستخدمه النهاردة هيرجع لك بكرة أربع أضعاف لما تكلم شباك أربع شباك أورنج أسرع شبكة في مصر الأكل جنن والدهون كمان تعالي وريكي هتعملي إيف كارسة الدهون دي عندي بريل كل اللي تحتاجيه في إزازة واحدة بريل خمسة في واحد هو الأقوال إزالة الدهون والبقايا اللي ثقة ولي أفضل لمعاني واو دي بريل ما بقولك خمسة في واحد بريل لمرأة واحد في مصر اتعودنا من زمين عشان نخلص ورق نلف 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 ومع كتر اللف حصل عندنا عقدة بس كل عقدة وليها حلال وده اللي حصل مع البريد المصري من غير لف ولا دوران هدس البريد المصري التطوير لحياة أسر ملايين الستات في مصر بيستخدموا أريال جال أنا بحس أن ألوان بتفرح الواحد في الأول بيجيلي ناس لا 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 طبعا لا أنا في سنة يلبس الألوان دي واحدة واحدة بيمشي من عندي أيلين أنت غيرتي حيث الألوان والنظافة والشيكة هي اللي بتعمل المنطق أنا بحب القهوة قوي وقيت نفسي من غير ما ياخد بيلي بأشرب قهوة القهوة بقعت على هدوم يتعمل في الأول كنت بحط أي حاجة في الغسل من نفسي وساعتي بعرف بقنا اللي قدامي بأي حية لو لازم ينضف لازم إيريال قولي كفاية وعيشي الطبيعة مع هربل أسنسز بايرينيو قولي كفاية ملونات بارابان برافين بلوتن وسيليكون عيشي هربل أسنسز بايرينيو الغني بزيت الأرغان واليسمين عشان ترجع الحياة لشعرك من الجزور للأطراف عيشي الطبيعة عيشي هربل أسنسز بايرينيو في الأيام دي عايشة بخوف قال أنا لحد يشوف أشتري رحتي إزاي أصلي القماشة مشكلة في دروسي مش مركزة أشتري رحتي إزاي مع قلوي الجام بوفري وفي بيتك رح تكشتري بجنه واحد في اليوم تشتري رح تكتولي اليوم أول في نه من ماما كان خلصة يا طرح فيه تاني يا طرح والتاني كان مفاجأة سوى بيره بجنه واحد في اليوم رح تبتي وفرقتي توجي اليوم خلي أيامك أحلى طيب نظافة ومفاجآت خربشي الاستيكر المنزوق جوه العبوة ابعتيك كود في رسالة على 2624 هيوصل الكبور على موبايل وجبة جانية من KFC الجمهور في الاستاد مش اللعيب رقم 12 جمهور طول عمره نمبر ون الكورة بالنسبة للمصريين فرحتهم الكبير قوي اللي دايما نمبر ون نمبر ون في الدوري فرق كتير جدا بس كل موسم لازم يبقى فيه فريق نمبر ون ونجومنا هنا في الاستوديو نمبر ون نمبر ون مع ابراهيم فاير من السبت الى الاربعاء الحادية عشر مساء على النهار هذا البرنامج برعاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيه ناس من الحكومة بيقولوا انتم اللي مهملين ولازم تكونوا عمليين عن كده يا ناس ايجابيين هتشوف المصيبة وتفضلوا سكتين ايه بيقولوا البكبرتات بقالها سنة مكشوفة انتم مغططهاش ليه يا جماعة سنة مفتوحة يعني ايه بلعات سنة مفتوحة 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 على الوضع اللي انت شايفه ده وكل لما غطى وكل لما غطى يروح أو غطى يسرق اي حد يعمل غطى على حسابه ويحطه لما الغطى دي راح اخر مرة ام الطفل دي قتيل اللي جايب الكنبة من عندي وحطاها على البتاع عشان مايش حد يتأذى منها عشان تحافظ على عائلة الحارة ابنها اللي تأذى منها براما الواقع عدت اي خيال ام تخاف من وحش اسمه بكابوردو تقوم تلاقي كنبة قديمة مرمية تشيلها تحطها على بقه قبل ما يلتهم طفل مسكين يقوم مين اللي يقع فيه ابنه فبابوس تلقيت اه بير صرف صحي مفتوح مش هي تلقات كنبة مرمية في الشارع امت بقول له يا ماما تيجي نغطي بها البيارة دي هي بيارة عمقات ناشر متر عائلة طفل صغر يمشي سبعة اتمنى بلعان طلعا الناس اخذ وطره قالك دواف ايه طلعا نجرب الشارع ببص القت المكان اللي انا مغطيه بايدي هي اللي الناس ملمومة حوالي زنبه ايه طفل بريق ما عملش حاجة في دنيوته اكتر من انه هو ماشي زي ايه طفل وقع ملقتهش شاف ايه شاف ايه ابني جيران جوم خبطهم في ايه قالوا دهاشم واقع في البيار طبعا عملين يتصلوا بكل المسئولين والاسعاف وكل ده وفرق الانقاذ محدش جاه انا حطت كنابة بايدي لحد ابني ما وقع يومها من شهر تسعة بايدي محطوطة بحطة ايدي دابت من الشمس اكيد اكيد دابت هو زنبه ايه قصص البلعات دايما قصص اسطورية خرافية كانت تحكي يعني هاشم بطل قصة النهاردة اللي بلعوا بكابورتو اكيد ده ما بلعوش من اول وهلة ده اكيد حاور ويناور في الشوارع بكابورتات كتير ويعيني تغلب عليه بكابورتو وكانت نهايته فيه بس الجميل بقى انه ام هاشم تعيشها حاجة كده فيلم الضفلوا اعمل ساعة كام وطلعتوه ساعة كام من اتنشر وتالت اتنشر ونص في الوقت دا تلاتة ماتوا واتنين طلعوا ايه الابدع ده في نفس التقرير اللي اتعامل سنة 2015 الناس كان بتشتكي من السلامة المهنية والصناعية في عمليات صيانة البلعات والصرف الساحي عموما بعد ثلاث سنين واكتر بالتحديد في ابريل 2018 سمعنا هنا في استوديوهاتنا قصة حزينة جدا عن تلات عمال من شركة الصرف نفسهم شفطتهم بلاعة من البلعات دي في الشرقية اسمعوا معايا كلام عن ما يسمى بالسلامة المهنية او الصناعية النهاردة حضرت عادثة الاثنين من الشابان اه شغالين في الشركة في الصرف الصحي في صن الحجر الشرقية ايه اه الاثنين كانوا راحين يسلكوا بلاعة أمومية على طريق عامل اه طبعا كان مهندسة موجودة وكان ناس مشروفين ولكن ما كانش فيه عناصل سلامة امنية او حزمة او اي حاجة ينزلوا بيها اه معايا فانديم ايو انا سامعك تفضل التأسسة الشركة دي في سن سالة خمسة وتسعين تسعين 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 الحجر ولكن فجهت ان مفيش عصم عصر ايمان ولا حزمة ولا اي عمصر ايمان ولا بدل الغص ولا اي حاجة اه وعمق البلعة دي تزيد عن تسعة متر فوز اتناشر متر يعني اه تصل من تسعين على اتناشر متر اه نزل محمود عشان يسلك البلعة بحبل شغل تقليدي كده لا يراعي حياة الانسان المصري شغل بدائي يعني اه بدائي كده حبل وخلاص ونزل راح راح مجاش مجاش شاب متعداش عمره الـ 28 سنة لا سلامة مهنية ولا احزمة ينزلوا بيها ولا حتى بيد الغص ولا اي حماية نزل محمود في بلعة يشتغل شغل بدائي شاب عنده 28 سنة الحبل اتقطع فزميله نزل ينقذه غرقه سوا الثالث نزل يلحق زميله فالحمد لله قرية صان الحجر كلها اتجمعت عشان تنقذ الثالث صان الحجر دي فيها بعثة للتنقيب عن الاثار من فرنسا جابوه بخطفات حديد فلو ما كانش غرق كانت لها مشوه اصلا عمال متعينين بعقود بسيطة كل امنيتهم لقمة عيش شريفة حتى لو من المجاري الثالث اللي انقذوه طلع دراعه مكسور الحمد لله انه طلع اما شركة المياه والصرف فبترد تقول احنا بننتظر تحقيقات النيابة الوقاعة اللي زي كده القانونيين بيقولوا انها غالبا جنحة وانها غالبا بتنتهي بغرامات ده لو انتهت هنفضل منتظرين تحقيقات النيابة فاصل اشتركوا في القناة قاعدتي لانا دير النت خلت عقلي سحوي شد اللي بيحصل اللي انا شايفه ونفس الباقة تقش وتسد عقلي شد القاعدة من غير نت تخلي العقلي شد اورنج كبرتلك باقات في جو وخلت الميجا بايت سوبر وكمان الفورجي اللي هتستخدمه النهاردة هيرجعلك بكرة أربع أضعاف لما تتلم شباك أربع شباك اورنج أسرع شبكة في مصر في ألف طريقة سعدوكي بيها في العزايا منهم الطريقة الشقية إلا النظافة لها طريقة واحدة بس برسيل جل 360 درجة نظافة بالتكنولوجيا الألمانية أحسن من أي مسحوق لنظافة أكتر بياض أكتر وطبعا ريحة أحلى يبقى الغسيل يعني برسيل جل اتعودنا من زمين عشان نخلص ورق نلف 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 ومع كتر اللف حصل عندنا عقدة بس كل عقدة وليها حلال وده اللي حصل مع البريد المصري من غير لف ولا دوران هتستخرج كل أوراقك البطاقة الشخصية شهادة الميلاد شهادة الزواج القيد العقالي من مكاتب البريد معه الفروع تجددت والخدمات تطورت البريد المصري التطوير لحياة أسر الأكل جنن والدهون كمان تعالي وريكي هتعملي إيه كرسة الدهون دي عندي بريل كل اللي تحتاجيه في إزازة واحد بريل خمسة في واحد بوه الأقوال إزالة الدهون والبقايا اللي ثقة ولي أفضل لمعاني واو دي بتلمة بقولك خمسة في واحد بريل نمرة واحد في مصر أروبة بيقولولي بشطارة بغير في هدومي وخلصها بشيهاكة بالميكرو بص بروح واجي وبوفر بمزاجي وخلصها بشيهاكة بس في أطعب أيامي وما جمش نفعاني مع أولويس مع أومة ما تتصدقش إحساس بنظافة ما يتعوضش ويخلصها بشيهاكة قويس دلوقتي بطبنية جنيوي بس لأيامك أحلى صباح الخير أهلاً أهلاً ده ريحتو برفير يلونجي لاستنج ده ريحة وبس عالفادي ما ما ينظفش خالص إنتي إلزامك بونيكس عشان يبديكي نظافة وريحة وتوفير عشان اللي أربعة كيلو منه بسعر تلاتة من أبو ريحة عالفادي بونيكس نظف ريحة توفير في الأيام دي عايشة بخوف الآن لحد يشوف أشتري رحتي إزاي؟ أصل القماشة مشكلة في دروسي مش مركزة أشتري رحتي إزاي؟ مع قلويس جام بوفري وفي بيتك رح تكشتري بجنه واحد في اليوم تشتري رح تكطول اليوم أول في نهم الماما كان خلصة يا طرح فيه تاني يا طرح والتاني كان مفاجأة صغيرة بجنه واحد في اليوم رح تفتي وفرجتي طول اليوم خلي أيامك أحلى ناس كتير بيشتكوا من حجم إزازة فيري الجديدة العيدة بتاعتي بتكبر احتياجاتي للصابون أكتر دي كبيرة دي ممكن تاخد معي عيوبة ببصة العيفش اتشفتت الدينالو معينة صغيرة من فيري ألتر عشان يشاركوا في تحدي الكمية الأوليلة إيه دا؟ مش هتقول معي خالص هتديها للأحبادة يخسلوا بيها اللي عبت عيدهم طب ما تجرى بيها ما تخيلتش بطراحة خالص إن دي هتخسل الدهون بشيئتنا مختلفة بس مسحوقنا واحد هتدي الأطفال بيحبوا الأحساس بالهوا عشان بيساعدهم يقضوا ليلى جافة مع بامبرز بامبرز جديد بقنوات هوائية مميزة بتسمح بمرور الهوا عشان البشرة تتنفذ طول الليل وتفضل جافة لحت الصبح بامبرز حاسب يا جينا مجيش علينا بقع ولغوص من بعيد ما تحس بينا لبسنا قضيات مش أي قضيات ضبايت في الشمس وبردو هيا حمينا هي كلمات تنور غزيلك الإضافات بس اللي تشيلك تايد بس اللي يشيلك تايد الجديد بكوة الإضافات هو اللي بيديكي أنصى نظافة من غير أي إضافات تنوريني الشط يا جماعة مع تايد في الغزيل مفيش مستحيل المرض لازم تقوم مع كل شمس نهار تقيد اجري وابدأ من جديد ابدأ من جديد مع الدكتور أحمد صبري الجمعة الرابعة مساء على النهار موسيقى 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 ؟ مش دا كان أحد اهم اهداف سورة 35 يناير مش الشباب كانوا المحرك الاساسي في سورة 25 يناير و30 يونيو فئات كتير في مصر عانت من التهميش خلال العقود اللي فاتك كن المادة دي نصل برضو على إن التمثيل دا يكون في أول مجلس منتخب بعد إقرار الدستور فقط طب ليه مش في كل المجالس اللي بعد كده؟ هو دا بقى جوهر التعديل المقترح للمادة 244 من الدستور ضمن التعديلات اللي بيناقشها البرلمان دلوقتي بيلزم الدولة تمثيلهم بشكل دائم يعني التعديل ده بيحقق مبادئ المواطنة والتمييز الإيجابي وتوسيع من الشركة السياسية قبل الفاصل شفت المنظر ده والحقيقة طول الفاصل وأنا ما بفكرش غير مين الناس الجمال دول اللي لقوا حلول بره البلاعة للمشاكلهم إحنا هنستنى شعب السوشيال ميديا يأكد لنا لو لقناهم فعلا جرانا هنا على نفس الأرض من الكوكب ادوني عنوانهم أرجوكم أنا لازم أروح لهم أستعين بخبراتهم اللي بيقولوا إن المية المغلية في أساليب التسليك ومعلمين تاسي يقول لك إرمي صودة كوية وكوية مين ما حدش لها قوة نقول لها عايزين فرق إنقاذ قلتها تعمل مئة سلسل يوم الحادثة يوم ما ابن وقع وقع المغرب طلع بعد العاشر واحد واحد برضو كيبنه برضو كواقع في البلاعة قبل كده برضو من ثلاث شهور ولا من شهرات وعمل بلاعة لنهبك شهور طمية لنهب نزل لجيبهو في ساعتك وأنا لحظبني الماء كانت علي إيه نزل لأي ما تقول لجيبهو في بصة على المنزلة كله ما فيش فيها غطيان يعني هموا بيتسرقوا ولا إيه اللي بيحصل لهم هم بقولوا هموا بيتسرق لابا هموا بيتسرقوا ما فيش حد بباشر يعني ما فيش حد بباشر على الغطيان دي يعني هموا روحوا كده بضعوا كده في لحظة الغطيانة للحديد بتتسرق تم يحلوا المشكلة ويعملوها خرصان لسما أنت هيتسرق بكبرتات مفتوحة دي مش حاجة سهلة بلاعة متسابة تلتهم اللي رايح واللي جاي دي مصيبة لما أعطى فكر وأبحث لقيت طبعا غطيان البلاعة بتسرق حديد ظهر غالي أو أي مكان قيمته يلا نسرقه لما فكرت إن الحل إن إحنا نحط كاميرات دورت لقيت فعلا النص حطت كاميرات وفعلا صورت اللي بيسرق أهو ترجمة نانسي قنقر شوف الحرامية في المحلة والشطارة انت تنزل تلمع في التوكتوك كده هو ووشك قدامك كده لما عيالك لما عفزك في التوكتوك وبص هنا هو وانا هطلع الاجنة ونخلي التوكتوك مداري مداري علينا كده هو وإحنا بنشيل وش البلاعة ونحطها ونمشي هم بصين كده ومحرصين قوي عشان ما حدش يشوفهم وامنك وشمالك لان شكلك وحش قوي وانت عامل ناصح كده وفي عايز ناصحتك بتتصور وانت بتعمل بتسرق خيبة خيبة قوية حتى السرقة ما فيهاش كرياتك وانت عامل نيابة ويعمل محضر لأ أقصى طموحه نزل هالة على الفيس افدحهم طب أعمل ايه أنا في نفسي دلوقت أعمل في نفسي ايه هلاقيه من اللي سرقوا ولا من اللي بيصوروا اللي سرقوا بصوا بقى روقان اللصوص اللي في لقصر حاجة كده دمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا حد قالوا منتو فين ولا بتعملوا ايه وأعتقد ان حتى لو حد جرق وكلمهم كان يهبوا فيه وقالوا ايه ما تخليك في حالك طيب أهو أخدوها وسابوا البلاعة تتحول لوحش مفترس يلقت أكله في بطنه جعانة دائماً وإحنا نموت من الحصرة وراء أولادنا اللي بيموتوا في البلاعات دي فيه واقعة سرقة من دول من كتر ما بتحصل وسط الناس عادي كده وفي عيز الظهر رئيس مدينة الفاشن يطارد لص أغطية بلاعات الصرف الصحي الخبر ده مش نكتب الخبر هو في مايو اللي فات في 2018 المحاسب عام لأن الراجل ما سابوش بس الحمد لله عرفنا نمسك التروسيكل متلبس بغطى البلاعة مش دي بس ده كمان ثلاثة غيرها لأي حد مستغرب قوي إن أغطية البلاعات بتتسرق أحب أقولكم تستغرب ليه فيه ناس بتسرق أبواب المقابر نفسها ولو مش مصدقني أهو القصة احنا في مانيا العمح طبعاً عندنا المقابر جزئين في النص في طريق عمومي هو منور الطريق العمومي ولكن داخل المقابر في الشوارع مفيش أنوار كل يوم التاني بتتسرق بوابات بنلاقي سرنجات بنلاقي حقن ماكس وحاجات زي كده في قلب المقابر المشكلة كلها إن احنا يعني خايفين إن بعد كده تتسرق جسس نفسها من جوه نزلنا كذا مرة نشد المسؤولين عن طريق النت وكلام من ده ما عافيش حد يفكر إن هو يفكر إن احنا ننور المقابر وكلام زي فأحنا بنطالب يعني بأمر اللي كده جاين لك عشان أنتو تنشد يعني تساعدونا إن المسؤولين لباب السماء فاصل ودعو لنا هذا البرنامج برعايت قعدتي من غرهد خلت عقلي سحوي شد اللي بيأسل إلا ما شايفه نفسي باقة تقش وتسد عقلي شد أورنج كبرت لك باقة سعدوكي بيها في العزايا منهم الطريقة الشائية إلا النظافة لها طريقة واحدة بس برسيل جال 360 طويل لحياة أسر ملايين الستات في مصر بيستخدموا إيريال جال أنا بحس إن ألوان بتفرح الواحد في الأول بيجيلي ناس لا 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 طبعا لا معهم خلاص وكذا حاجة بازت اكتشفت إيريال الهدوم ترايت نضيفه نظافة غير عادية والألوان تبدو الزهية هي وأنا واسق من نفسي وساعت بعرف لقنا اللي ودامي بأي حاجة لو لازم ينظف لازم إيريال كل ما بيزيد تلف الشعر كل ما بيبقى عايزة أقوى من بلسم أقوى بكتير بلسم بقوة الماسك والبروفيتامين بيساعد على إصلاح حتى ثلاثة أشهر من التلف في ثلاث دقائم بعد كل شامبو أو يشعرك مع تانتين في منت ميركل الجديد لأن القوة جمال الأكل جنن والدهون كمان تعالي يا وريكي هتعملي إيف كارسة الدهون دي عندي بريل كل اللي تحتاجيه في إزازة واحد بريل خمسة في واحد هو الأقوى لإزالة الدهون والبقايا اللي ثقة ولي أفضل اللي معاني واو دي بتلمة بقولك خمسة في واحد بريل نمرأة واحد في مصر في الأيام دي عايشة بخوف الآن لحد يشوف أشتري رحتي إزاي أصل القماشة مشكلة في دروسي مش مركزة أشتري رحتي إزاي مع قلويس جنبو وفري وفي بيتك رح تكشتري بجني واحد في اليوم تشتري رح تكدول اليوم أول في نهم الماما كان خمسة يا طرح فيه تاني يا طرح والتاني كان مفاجأة صغيرة بجني واحد في اليوم رح تبتي وفرجتي توجي اليوم خلي أيامك أحلى في ألف طريقة تستمتع فيها بالأكل في الطريقة المليانة حب وفي طريقة الدايت بس طريقة وحدة للنظافة المثالية برسيل الجديد 360 درجة نظافة بالتكنولوجيا الألمانية لنظافة أكتر بياض أكتر ريحة أكتر طريقتنا مختلفة بس مسحوقنا واحد خليسي أكيد تمعت أن طريق الألف ميل بيبدأ بخطوة ولو ضعت منك ألف خطوة اوعى تسيب طريقة كميل أكيد نفسك حلمك يتحول لها إياه لكن ما سألتش نفسك إزاي؟ إزاي تشوف حلمك الصغير بيكبر قدام عليك؟ أكيد محدش قالك إن الحياة لعبة لعبة ليها أصول ومبادئ وإن طريق الألف ميل مش بيبدأ بخطوة لكن بيبدأ بخطوة صح الحياة مغمرة مش بيفوز فيها غير اللي عارف أحكمها وفاهم كويس الوصول أصول اللعبة مع محمود عبد الشافي الخميس السادسة مساءً على النهار هذا البرمامج برعاية موسيقى عشان نعمل ضبط الموضوع الكهرباء في مصر إحنا صرفنا أكتر من 400 مليار جنيه ده استثمارات دي أموال بتدفع عشان الكهرباء نشوف لزي ما إحنا عادين كده والمصانع دي تشتغل ما بقاش في عندها مشكلة موسيقى إحنا بنعمل تطوير كبير في الشبكة إحنا بنعمل تقريباً شبكة موازية إحنا متعاقدين على حوالي ألفين كيلومتر الشبكات الحالة ديت إن شاء الله لما تخلص هتجعل مصر مؤهلة لنقل الطاقة الكهربية ما بين أفريقيا وأسيا وأيضاً وشمال أفريقيا موسيقى إحنا في خلال سنة ونصر وعندنا بنية كهرباء تكفي لأي مستثمر إنه ييجي يعمل في مصر ويعمل استثمارات بمنتهى اليسر ابتداء من يونياء ألفين وخمستاشر لم يحدث الحمد لله تخفيف أعمال ولا واحدة غيروا الواقع متاحهم موسيقى 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 ليه؟ لأن قصة البلعات أو الوحوش اللي سميناها بكابرته قصة قديمة اتقال فيها كل اللي المفهود يتقال ومفيش فايدة حمالة تتقرر هو هو الوجع من سنين عملين ندق جرعات موسيقى موسيقى مش مصدقة لحد اللي أنا اللي مات مش مصدقة موسيقى موسيقى خلف مكانه وفي سرير ومش لقيقة أخر حاجة رسمها بأدوم والهانة أخر حاجة كاتبها بإيده ورسمها أخر حاجة رسمها أقول له دي شخبة أشمي أقول لنا هطلع على السطن يا أمام أصحيمي. أصحيمي نروح للمدرسة الصدر. محشتني أشيك. محشت أمك أشيك. براك صعب عليه. براك صعب. براك صعب على ما جيهاش. سبت فرق كبير في حياتي. ملا يمسح لدموع يا عاش. مي. بصبي الله وأنامل وكي. وهودك تحجي يا ماما. أنا هودك تحجي. كان فرح عمه في شهر ثلاثة. يقول لي يا ماما هتلي بدلة. أخوته بيدوروا. أنا مش لقيينه. مش لقيينه. أنا ما بنامش. بنام مكانه. نفسي أشوفه في المنام ما بيجي ليش. بقالهم عندي ربنا في الجنة. في الجنة هو شهيد وأنا احتسابته عندي ربنا شهيد. هو حقه في الدنيا أنا هاخده من كل لآخر نفس في عمري أنا هجيب حقه. لو على موت فرقه صعبه موته صعبه. اللي بدخل تحت مية خمس دقايقه بتخنق. أمال دوت اللي تلات ساعات في مية صرف صحة وما جات. في مية صرف صحة. شفت يا يا ابني ولا جرى لك يا ولا حست بقى. حست بقى يا عاش. ما عايزة حقه بس. وأنا وثقة فيك وفي أستاذة مني. أقسم بالله ما بينيمنيش بالليل ساعات غير الجملة اللي انتي قلتيها دي. أنا وثقة فيك يا أستاذة مونة. هتعمل إيه مونة؟ هتعمل إيه مع هذا الكم الهائل من ضحايا البلعات في مصر؟ دقايق بتفصل بين كل ضحايا والتانية من ضحايا الغرق فين؟ مش في المحيط. مش في البحر. ولا حتى في البسين. أمال فين؟ في البلعات. اللي ملقناش عنها ولا رقم محدد. الأرقام اللي لقناها هي أرقام السرقة. وسرقة إيه؟ سرقة غطيان البلعات اللي معدلتها بتورينا مأساها. إتناشر ألف غطة بلاعة اتسرق في ثلاث شهور بس السنة اللي فاتت. وده بحسب الشركة القبضة لمياه الشرب وصرف الزحي. الأرقام بتقول ألف وسبعمية سبعة وتمانين غطة اتسرق من قاهرة. و 1216 غطة بالسرقة مسكندرية. ده غير ألف ومية غطة من المينيا. وأعداد تتراوح ما بين المية والتلتمية غطة مسرقين بقى من محافظات تانية زي لقصر، سهاج، مرسى مطروح، كفر الشيخ وغيرهم. الغطة اللي بيتسرق بياخد وقت طويل عشان نحط مكانه. لأن تكلفة الغطة الحديدي الواحد بتتراوح ما بين 1500 لي 3000 جنيه مصري. والقاهرة الوحدة فيها 350 ألف غطة. فأكيد لا يمكن تغطية تكلفة اللي بيتسرق. عشان كده لازم تساكل على موبايلك الرقمين دول. 125 أو 175 دول أرقام الخط الساخن للبلاغ عن سرقة أغطية البلعات. الأرقام دي لازم تفتكرها كويس. ولازم تفتكر إنك لو تجهلت بالسلبية المعتادة ده ممكن يكلفك حياة ابنك نفسه. أرقام تخد. موضوع مهمة النهاردة كل إعلاميين مصري تقريباً اتكلموا فيه. كلهم جابوا قصة الشبه دي. لكن كل واحد اتكلم منهم في حادثة واحدة بس. حادثة آنية حالية بيتكلم فيها. هي اللي بتخليه يفتح الموضوع. عشان كده حلقتنا النهاردة إحنا قررنا نعملين. الحقيقة كاملة بحجمها. لما بحثنا هالبلعات مصر هي بس اللي متوحشة كده وبتاخد أولادنا إحنا بس. الحقيقة لا. السعودية بنت عندها تسع سنين راحت ضحية وحش من وحش البلعات القاتلة دي. في وقت لم تحل فيه مشكلة حفر الصرف الصحي المكشوفة في مدينة جدة السعودية. لقيت طفلة في التاسعة من العمر مصرعها. تعد ضحية الخامسة التي تبتلعها واحدة من هذه الحفر المتناثرة على طرقات المدينة. تالين إبراهيم عبدو طفلة غارقت بعد وقوعها في حفرة صرف صحي تابع لإحدى البنايات السكنية القريبة من منزل عائلتها. ورغم اكتظاض مواقع التواصل الاجتماعي بالمطالبات لمحاسبة المسؤولين وإيجاد حل للمشكلة. تأتي هذه الحادثة وسط عدم وجود خطوات فعلية على الأرض لذلك. كما يسود تبادل الاتهامات بين الجهات المعنية حول من يتحمل المسؤولية. ينتهي الأمر قبل أشهر بإلزام أمانة جد المكاتب الهندسية بعدم منح شهادة إتمام البناء وإيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمباني. إلا بعد مطابقة أقطية خزانات المياه والصرف الصحي للمواصفات المطلوبة. كما حملت الأمانة المكاتب الهندسية المسؤولية القانونية لأي مخالفة. وشددت على ضرورة إبلاغ الأمانة والدفاع المدني بالمواقع التي تشرف المكاتب عليها. ما لم يلتزم المالك بتنفيذ المواصفات المطلوبة دون أن تعلن مسؤوليتها عن أي من الحوادث السابقة بأي صيغة كانت. السعودية في 2015 كانت خامس ضحية تلين إبراهيم عبدو طفلة عندها تسع سنين ماتت بسبب بلعت صرف تابعة لعمارة. مش في قلب الشارع اللي هي بتاعة الحكومة دي. ساعتها الدنيا تقلبت على السوش الميديا عايزين محاسبة وحل. على طول الحكومة قالت مفيش مبنى هنستلمه أو هنسلمه لأي شخص من غير مبلعاته تتراجع هندسياً وسحياً. ونتأكد إنها مطبقة للمواصفات. فين؟ في جدة. أمانة جدة ألزمت المكاتب الهندسية بعد منح شهادة إتمام البناء وتوصيل خدمات المية والصرف السحي إلا بعد مطبقة أغطية خزانات المية والصرف السحي للمواصفات المطلوبة. جات السعودية في 2017 حكمت محكمة الاستقناف في الرياض بحكم غرامة على بلدية الرياض بتلاتين ألف ريال. ليه؟ عشان طفل وقع في بلعة الصرف اللي في الحديقة. وابوه نزل وراه ينقذه. جات الحماية المدنية بسرعة فعرفت تلحقهم وتطلعهم هما الاتنين الحمد لله سلام. بس كات النتيجة خمستاشر ألف ريال غرامة للطفل اللي عنده أربع سنين وخمستاشر ألف ريال لوالده اللي نزل وراه. نفس المشكلة هي. وجهها ناس تانية أنقذوهم وعرفوا يعالجوها من المنبع. تغليز العقوبة واحدة من الحلول في واحدة من آلاف المرات اللي إعلمنا بمنصاته. على مصر على تفرين في بلاعة وإنك المصر شافت المواقف المحزن ده كله. أكثر من حادثة حاصلت عندنا في مصر كلها كان عندنا وفي محافظة البحيرة وكفر الشيخ. أه أعمال للنارة عندنا كل ملاكب عمود للنارة. بتم سنة مهماته. رجعت نص قانون لقيته نص لا يكفي. نص غير رادة على الاطلاق. كمسرع أو كنائب أو أولا حدثة كأب كمواطم مصف لاخل ستشرط الخطر في عندنا حاجة غلط. في حاجة لازم تصلح تاني. في لازم بعقوبة عقوبة رديعة عشاء اللي بيفرق أو اللي بيتاجر أو التاجر أو اللي حدثة. من ثلاث شهور طفلين وقعوا في بلا في السويس وده خلى النائب طارق متولي يقول إن فيه ربعمية عمود إنارة كل واحد متكلف أكتر من ستة وتلاتين ألف جنيه معمود هو عمود نور ينقل عمود مش ربعمية عمود بمنتهى البساطة الحل هو الناس حطت كاميرات الدخلية أخدت صور للي سرقوا اتقبض عليهم مش بس عليهم ده كمان عارفوا طريق المغزن اللي لقوا فيه غطيان بلعات كتير بلعات هي دلوقتي على أتم استعداد لالتهام مزيد من الضحايا وهاشم مش هيبقى آخر طفل بس هاشم لسه عنده مشكلة كبيرة أمه ما طلعتش شهادة وفاته يا غاية اللحظة اللي احنا منتكلم فيها دلوقتي بيقولولي الورق مش موجود عايزين استعلم شهادة وفاة وحاجات من مركز شرطة المنزلة رحت قالولي مش موجود رحت لمركز شرطة المطرية مش موجود الجمالية مش موجود أنا رحت مركز شرطة المنزلة وطلع الأوراق بتاعت الوفاة وما طلبوها مني قالولي مش موجودة الا بعد عشرة أيام رحي مركز شرطة المطارية أو الجمالية رحت قالوا مش موجود وشهادت الوفاة مش هتطلع لبعد ثلاث شهور لأنه سأتقيد وفاة بناشت كل المسؤولين واستزاموا أنا عارفة أنه هتجيب لحق هي بتقف مع الغلاب من الحد دلوقتي ما تلعوا لشهادة وفاة بقالوا عشرين يوم هيئت ما جالوا شهادة وفاة ليه؟ مش عارفها رحت مركز شرطة المنزلة قالوا مش موجود الأوراق ومكتب الصحة مش رادي يطلع شهادة الوفاة ليه؟ قالوا لازم تبلغوا من تاني يوم إن هو ايه؟ اتوفق الزعي ودكتور الصحة جاي يكشف عليه هنا والتصريح بتاع الدفن طلع مصحة كل الناس بتحبوا عمل ابني زنبه قال غطوا كل البلعات دلوقتي بعد ابني مراح كل البلعات اتغطت وكل الشوارع اتنوارت العمويد نوارت بعد ابني ابني اللي ضحية كل حاجة ضحية الإهمال وضحية كل حاجة ابني مش عارفة أنا حق ابني فرقة مين بتسأل هتاخد حقها من مين هو واحد زائد واحد يسوي كامل الإجابة على ده زي الإجابة على ده بالزبط ده لو فكرنا بالمنطق بس لو فكرنا باللي حصل دلوقتي يبقى لأ استنوا ونتب نفسينا ليه؟ البحث في الإجابة لو دورنا هنلاقي الإعلام عنده كل الإجابات الإعلامي رامي ردوان حكى قصة قصيرة سريعة مفيدة القرى التي يقتنها أحد السادة المسؤولين الكبار في بلعاء يظهر صرف الصحي درق خمس دقائق ست سبع عربيات شفت الموجودين عشر دقائق الموضوع تحل ها واحد زائد واحد يسوي كامل دلوقتي لسه شايفين الإجابة اتنين؟ قانونا هو خطأ شركة الصرف الصحي وده من أنواع الجنح النتيجة قتل صحيح بس الجريمة مش جنايات والجنحة عقوبتها من 24 ساعة لتلات سنوات والقضي وحده صاحب الخيار بين الحد الأدنى والحد الأقصى مش بس كده هو مخير كمان بين العقوبة والغرامة يعني في النهاية هاشم دمه هو وكل الأطفال اللي بلعتهم البكابورتات المتوحشة ممكن تكون غرامة تعالوا نشوف آخر فيديو النهاردة وهو لحظة سقوط طفل في بلاعة مكشوفة لحظة موته تخيل ابنك لقدر الله يموت كده تخيل بنتك تموت غير أنا في المجاري وتفضل تدور على جثتها بالساعات ومحدش يلحقك لأن ببساطة مش مهم بالرغم من الإمكانيات العالية الموجودة في شركات الصرف الصحي يعني عندهم كاميرات تقدر تنزل وتكشف الأعطال وأسبابها وأماكن السدد وأساليب تصليح وتسليك بدون حفرة حتى بس كل الإمكانيات دي ما وقفتش موت الأطفال في غابة البلعات المفترسة أعزائي الأطفال الدنيا زي الغابة والغابة مليانة وحوش تمشي مفتح عينيك إياك تمشي بضهرك أو تمشي في الظلمة لتلاقي نفسك فريسة إنتوا صغيرين وأنا بحفظكم الله الوطن كلكم مسؤول وإحنا قدينا المهمة هذا البنامج برعاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بمبون جين جين من نمبر وانا شوية حاجات وكلها مهمة وشوية تفاصيل ولما تتحطي جنب بعض تكون صورة جل صحيحنا الصبح ندور نسأل بأي طريقة لحد ما الحج سيد الفاضل النائب دكتور ساروت سويلا مدير التنفيذ للاتحاد المصري كرة التارات اللي قول فيها زي ما انت معايز امواج عاتية بينكنا القوات مشغولة فالموضوع بسيط وسهل خده على عواهله كده او خده زي ما هو اللي بيحصل او بمعنى اصح عنده حاجز معلوماتي ما بين اللي بيحصل وما بين اللي هو في باله او في دماغه او النظرية اللي دايره في حواليه في دايرته في ناس صحابه راجل مثلا ازع مني اعلامي بفهم في الكورة بس ولما حد حيجي يسألني او حد يقولي تعال اكلمني النهاردة في البرنامج في السياسة انا ما بتكلمش في السياسة بالنسبالي من ساعة ما اشتغلت الشغلانة ديت الموضوع واضح وصريح الراجل بتاع الكورة هيفتح البرنامج دا عشان هو اكيد بيتفرج في الوقت دا عشان يتفرج على حد بيتكلم في الكورة فانا ما بعرفش ولا بتكلم في السياسة ولا ليه في السياسة ازا كنت بتكلم فبتكلم في الكورة ولو حد عايز يشوف اي حاجة سياسة فاكيد مش هيفتح عشان يتفرج على نمبر وان اللي بيقدمه برايين فاي عشان يتكلم في السياسة اكيد مش هيعمل كده وبالتالي الملف اللي انا بتكلم فيه ما هواش ملف مسيس بالضرورة وانما ملف فيه حس وطن عظيم تعالوا بقى اليك ما سواء تعالوا نرجع كلنا للملعب تاني تعالوا نرجع كلنا للمنافسات تاني تعالوا احنا نغلب صوت العقل ونغلب واول احنا نتكلم لغة السوشيال ميديا ولغة الجدول زمني محدد ولا لا طيب هل احنا كأندية وانا نحنا لو اول السطر للكورة المصرية وبعتقد انه الموضوع بالكامل يمكن تحتل فكرة وزمان الاخصاب مع الجمعية واموره بتقدر تعرف باطم الامور انشغلنا بالاحداث في اشارة واضحة على عدم التراجع عن موقفه الراف وعلى فكرة انا مش ضد فكرة ان مصر فيها 100 مليون مدرب اه جهزة القيمة بتاعتنا بتاعت منتخبنا الوطني بمشيئة اللي فيها اسم زي دونجا موجود حقه لعيب كويس ظهر بشكل كويس جدا الحقيقة في الدولة الامم الافريقائي ان شاء الله ازبت نفس في وقع معهم وقعنا نفسي روح عادي والله انت جميل فكرة وعلى اي من اشرف لانه برضه من ضمن التساؤلات اي من اشرف مش موجود ليه اوباما مش موجود ليه قد مساء الفل والف مبروك كابتن مصر حبيب كابتن ابراهيم عامل يا كابتن مبروك مبروك يا حبيبي الف مبروك حبيب يا كابتن ربنا اخا اي فصعب الوحدي والوحصة الحمد لله بقى ربنا يا كرام الوحدي الحمد لله الوحدي الفترة اللي فاتت دي والله اجتهدت جدا اشتغلت جامعة كابت إبراهيم فالحمد لله بقى عبد الرحمن انت كم سنة؟ ما حدش في مصر دلوقتي يا كابتن يكرم بكابتن محمد صلاح طبعا ما حدش في مصر صعب حد يكرم بكابتن محمد صلاح دلوقتي المنتخب ما بلغهمش قابليها عجباني الفكرة ان هم هتو شفتوا القيمة بتاعة تكسل عالم في البرازيل كانت عاملة زي وبعدين يبقى عجباني فكرة السرية بأمانة شديدة عجباني فكرة انه محدش عرف ما تصربش لحد ما وصلش اللي عبد الرحمن قبليها ما وصلش اللي الفتوح قبليها ما تعشمش وما لقاش نفسه موجود ما حسش ان هم بيتكلموا عنه فكسل وما بقاش في دماغه عجباني برافو الجهاز الفني المنتخب مصر عشرة على عشرة في الحتة دي عجباني انه لأ يعني اه اتحركوا فيها بكتمان شديد جدا جدا واتعاملوا مع الامر باحترافية اه شديدة طيب كمان محمد ابو جبل يا ابو جبل وحشني جدا اخبارك ايه بشوفك في الملعب كائن وافتيكر الحلقة اللي انت عملتها معايا كائن تاني خالص الله العزيم تلاتة انا مش قلت لك قبل كده انا جوه حاجة وبره حاجة تانية اه حاجة هنا وحاجة تانية خالص اه الحمد لله الحمد لله رب العالمين الواحد اه مبسوط جدا انه هو موجود الفترة دي في المنتخب ويا رب دايما كده يا رب ان شاء الله كنت متوقع دي ده معناها ثقة كبيرة فيك ابو جبل وانه الناس شايفاتك بشكل محترم اكيد طبعا عارفين انت بتتعامل ازاي اه فكورات كتيرة جدا اكيد طبعا انا كنت ابراهيم يمكن اه سموحة يمكن الفترة دي احنا مش ماشيين بمستوى ثابت عندنا بعض الكبوات لكن الحمد لله يمكن انا بالنسبة لي يعني الناس كلها دايما بتطلع تتكلم ان انا الحمد لله مستوى ثابت مع الفرق ان انا دايما لو الفرق سبب فيك عادل بكون انا سبب فيه لو الفرق مثلا قد ظلها مغلوبة بكون انا شاير ثلاث اربع اهداف غير الحاجات اللي حصلت لكن الحمد لله يعمل ده كل دي اسباب بتخلين ان انا دايما اكون مجتهد دايما اكون اكون موجود في المواقف الصعبة عشان خطط فرقتي لكن يمكن هي فترة هتعد علينا ويمكن ده سبب من الاسباب ان انا كنت واسك ان انا هكون موجود في المنتخب الفترة اللي فاتت لان طبعا مثل اجيرو كابتن اه وكابتن احمد ناجي ما بيقسوش الموضوع مش المعيار مش مش ماتش اه كويس وماتش وحش لا هو بمستوى على طول يعني بي دايما في الاختيارات او في اللي انا لاحظته او في طريقة الكلام يكون موجود الحمد لله طيب شايف المنافسة ازاي؟ دلوقتي ما بقاش فيه عصام الحضر انا عارف عصام الحضر يكن بيبقى موجود فانتوا حاسين انه فيه حتة محموزة دلوقتي يبقاش عصام الحضر فيه جنش وفيه عمر عمر وفيه احمد الشناء وفيه ابو جبل شايف المنافسة ازاي ما بينكم؟ أنا شايف إن المنافسة هتكون قوية منافسة كلها هتكون في مصلحة المنتخب وفي مصلحة نحن كأشخاص لأن زي ما أنت قلت للمنافسة كلنا حراء صغيرين كلنا أوراية دمع من بعض في السن فأنا شايف إن المنافسة إن شاء الله هتكون كويسة وكل ده في مصلحة نحن كأجوان وفي مصلحة المنتخب يعني أنا مش أعلان في جمش ومع شناوي ومع شناوي الأهل وعواد ويعني كلهم حراس كبار فأتمنى إن شاء الله إن المنافسة تكون شريفة وأتمنى إن شاء الله يكون مع أسكر قوي بالنسبة لأنه مصلحة أقوية مش حاجة سهلة فإن شاء الله ربنا يكرمنا فيهم بإذن الله إن شاء الله بإذن الله أخبار ندرتك الصفر إيه أبو جبل لا غيرتها دلوقت غيرتها أبوس إيدك ده أنا حسيت إنها ندرت غطس لا والله يلا ربنا يكرمنا أطول وأتمنى إن شاء الله إن كنتوا تدعمونا دايما بإذن الله دايما دايما وقفين في ظهركم ودايما وراكم إن شاء الله بإذن الله ما عندناش أغلب منتخب مصر حقيقة ماشي بشكل كويس حقيقة استحق علي جبر برضو طبعا وعمر جابر وكريم حافظ وبهر المحمدي أحمد أيمن منصور إسلام جابر أحمد أبو الفتوح علي غزال عمر السلية طريق حامد محمد النني بقى بارك لك أنا دايما على طول كويس إحنا علاقتنا دايما في الخير يعني آه طبعا المرة اللي فاتت أهداف والمرات اللي انضمام للمنتخب وبأسألك هل أنت كنت متوقع ولا لا يعني ما شاء الله سنك صغير وخطواتك الله أكبر الله أكبر سريعة في كرة القدم انضمام لمنتخب مصر بتشوفوا إزاي عمار طبعا أكدت فرحان جدا أنا صبعا ما كنتش أتوقع لنا روح المنتخب الأول طبعا أنا كنت عارف في الغد وقت أنه راح المنتخب لأولمبي لأنه كنت بقى بتحققات اليوم ومعاروه الصبح لقيت الناس بتصير بها بباركلي فأنا كنت عارف لنا روحت للمنتخب أول لأولمبي آه فلقيتهم بالألف وقبلوكم منتخب الأول فما الصراحة ما أصدقتش ما أصدقتش فلقيت الناس اللي ارجعت من شجير بيعلنها آه فطبعا فرحتي جدا يعني فرحتي جدا تا تستاهل كل خير تستاهل كل خير أبنا خليك كنت مرهيب مين أول حد كلمك عشان يبركلك مارفيش حد كلمني كني أنا ممكن يكلمون على ربك مين اللي كلمك من الآلي مين اللي كلمك من الآلي باركلك قل لي فيه كتب باسم علي كلمني وفيه أكرم توفيق كلمني فكرة وزوار بس لسه محدش كلمني من بقيت اللي عيدة يعني إن شاء الله بإذن الله تحقق كل اللي تتمنى وتكسر الدنيا مع منتخب مصر واشكرك شكرا جزيلا عمار حمدي نجم طبعا يتقلق بشكل كبير في الفترة اللي جاية ده كده ملف منتخب مصر مع الوجوه أو أحدث الوجوه المنضمة لمنتخبنا الوطن عندي موضوع مهم جدا جدا فاكرين في مرة كنت اتكلمت على جزئية انت البطل بتاعة محمد صلاح المشاريع التنموية الخيرية دائما ليها مساحة عندنا في البرنامج الدافع بتاعنا في النهاية وفي الأول وفي الآخر كل ما له صلة وعلاقة بكرة القدم والرياضة والمؤسسات الرياضية احنا هندعمه هنا في البرنامج وبالتالي لما أنا بشوف النهاردة خبر مهم جدا بينزل من نادي بيرامدز لمشروع تنموي ومشروع تنموي أصيل يعني ايه أصيل؟ يعني مرضوده هيبقى موجود على أرض الواقع بالنسبة لولاد بلدي وماش مشروع بس رياضي يعني هو مشروع رياضي ومنه صحي ومنه تعليمي وبرقم فلكي يصل إلى 100 مليون جنيه الرقم اللي أنا بقول له حضراتكم ده هو رقم رسمي كل ما له بما سيفيد كل ما له علاقة بما سيفيد البلد احنا معاه واحنا إيدينا في إيديه واحنا دايما داعمين لأي مشروع تنموي حقا خطوة عظيمة جدا 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 في توقيت مهم احنا محتاجين ومش بس بيرامدز الحقيقة احنا محتاجين من كل المؤسسات يبقى ليها دور مجتمع فالنهار دا مثلا قالك ايه انطلاقا من المسئولية الاجتماعية الواقع علينا كمؤسسة مصرية تجاه مجتمعنا يعلن نادي بيرامدز انه بصدد الحصول على الموافقات والتصريح اللازمة من الجهات المسئولة تمهيدا لانطلاق برنامج اجتماعي خدمي يهدف إلى خدمة مجتمعنا في مجالات عديدة مختصة برعاية الاسر المحتاجة والايتام كما تضمن البرنامج من جانبه او في جانبه انشاء ملاعب في القرى والنجوع لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة من اجل توسيع قاعدة المشاركة الرياضية لخدمة الرياضة المصرية ويأكد النادي انه تم رصد ميزانية قدرها مئة مليون جنيه مصري لتنفيذ هذا البرنامج خلال العام الجاري مفيش احلى من كده خبر ممكن الواحد يقرأ ويدعو نادي البرنامج كل ما لداه اي اقتراحات قد تفيد البرنامج او اراد المشاركة في العمل الاجتماع الخير ان يتواصل مع ادارة النادي ارجوك افصل هنا بقى انتماءاتك يعني ما تفكرش بالموضوع بشكل فيه انتماء لا للاهلي ولا للزمالك ولا 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 احنا منتكلم على مشروع تنموي لو خرج من النادي الاهلي هنقف قداءة هنقف معاه هنقف وراه هنبقى دعمين ليه بشكل كبير جدا لو خرج من النادي الزمالك هنبقى دعمين ليه بشكل كبير جدا هنا لازم يبقى عندك حالة الفصل والتماهي مع كل ما له الحقيقة بس لانه الاجتماعات الادنى هيبقى عنده اي مشروع تنموي رياضي له علاقة حزو حزو في تسعين ثانية ايه اللي حصل في مصر ويه اللي حصل في الوطن العربي ويه اللي حصل برا مصر تعالوا نتابع مع حضراتكم وبعدين نرجع نكمل كلامنا حلقتنا ده سيما وفيها تفاصيل كتيرة جدا جدا تعالوا نشو سمعها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب ده اللي حصل بقى في كل حتة في العالم من خلال العناولنا اللي تبعناها مع حضراتكم طيب عندنا ايه النهاردة بقى النهاردة بقى يا سيدي شوفوا بقى لا تصريين كانوا جمدين جدا جدا ولاهم باع النهاردة هيبقى معانا كابتن سامير عثمان النهاردة هيبقى معانا كابتن محمد فاروق النهاردة هيبقى معانا كابتن ايمان دي جيش تخيلوا أنه عندنا تقم تحكيمي كامل النهاردة حيبقى موجود في ملعب نمبر واحد الموضوع باختصار شديد جدا هنتكلم على موضوع الحكم الخامس هنتكلم على تفاصيل ليها علاقة بالأخطاء التحكمية أخبار النادي الأهلي ترتيبة الكباتن بتاعت المنتخب تبقى عاملة مش موجود دلوقتي المحمدي ولا صلاح ولا حجازي الثلاثي ده مش موجود هو من الأدم وإحمد فاتح سلية شارت الكابتن في المعسكر الجديد وفي حالة عدم مشاركته أساسيا حيبقى محمد أبو جبل هو كابتن المنتخب بعدين حيبقى بعديه النني بعدين حيبقى بعديه عمر جابر بعدين أحمد الشناوي بعدين طارق حامد بعدين ترزيجي بعدين علي جابر ده أو ده الترتيب المتعلق بمنتخبنا الوطني خلال الفترة اللي جاية بمشيئة الله أتكلم في تفاصيل كتير جدا تخص النادي الأهلي بس بعد الفاصل السريع اللي جاي يلا بي موسيقى زي ما كنت بقول لكم أؤكد تاني الخبر أنه حصل اتصالات من الجهاز الفني لمنتخب مصر بمحمد الشناوي وأيمن أشرف اللي اتنين لتوضيح استبعادهم من المنتخب وأنه الأسباب اللي ليه علاقة بالموضوع ده كلها أسباب خوفا عليهم وخش عليهم من الإجهاد ليس إلا ياسر إبراهيم بيقود دفاع الأهلي أمام بترجيت ده بشكل واضح لأنه مرتين لسارتي المدير الفنية للنادي الأهلي مركز معاه خلال الفترة ديت الأهلي بيبتدي الاستعداد لبيترجيت غدا بعد تأجيل مباريات الكاس نقولنا لحضراتكم كنت مبارح معلومة أنه الأهلي الأول مرة بياخد راحتين وارا بعد اللي هي كانت الثلاث والأربع فالأهلي فعلا كانوا ياخد الأسف الاثنين والثلاث وحيبقى يوم الأربع يتمرن صباحا الأهلي يبتدي استعداداته بقى خلاص بكرة علشان مباراة بترجيت وحيسافر كمان للكونغو 6 مارس قبل مواجهة فيتا كلاب في دوري الأبطال اللي طبعا زي ما حضركم عارفين بيحتل صدارة المجموعة الرابعة في دوري الأبطال برصيد 7 نقاط بعد ما فاز في مبارتين وتعادل في مباراة وهزم في واحدة في وفد من النادي الأهلي حيروح الإمارات عشان يختار ملابس الموسم الجديد كابتن سيد عبدالحفيز حيبقى مع أمير توفيق مدير التعقدات هتلاعوا على الإمارات عشان يخلصوا بعض الترتيبات الخاصة بالزي الجديد للنادي الأهلي منظم جدا الأهلي في موضوع زي الجديد كل موسم والسفرية اللي بيسفرها النادي الأهلي دايما حط مال عشان تجهزه في الفترة اللي جاية ومحمود وحيد هو كمان بينضم إلى المران الجماعي في النادي الأهلي غدا بارح كان عندنا مدخلة مهمة جدا مع مؤمن زكريا مؤمن اتكلم فيها عن تفاصيل عودته مرة أخرى للنادي الأهلي بعد فسخ التعقده مؤمن خلاص الأهلي يكلمه وقال له خلاص عايزينك تبقى موجود وتنتظم معنا في التدريبات آآ آآ نعم هو لا يحق له المشاركة بأي حال من الأحوال مع النادي الأهلي ولكن بطبيعة الحال حيبقى متواجد مع النادي الأهلي يتمرى خلال الفترة دي ومع بداية الموسم إن شاء الله بإذن الله يتم قيده مرة أخرى آآ هتشوف مع حضراتكم تقرير بما نتكلم عن موضوع الأصابات وما إلى ذلك تقرير أصابات الملاعب ولقاءات مع الدكتور مصطفى المنايري ودكتور طارق سليمان موضوع الأصابات وقصته وتفاصيله كتيرا ما فيش فترة راحة سلبية بين المواسم وبعضها هو السبب الرئيسي في الموضوع مفروض أنا في الآخر آخر الموسم لازم أدي راحة فترة طويلة تتروح ما بين عشر تيام واسبوعين أصابات الزمالك أقل شوية أقل من الأهلي لأن الراحة دي زمالك خاد الراحة دي لما اشتركش الفترة اللي فاتت في بطولات أفريقيا القياسات اللي مفروض تتعامل للعبين دي دي حاجة بتهمل الحقيقة من بعض لأنديها وممكن لأنديها كبيرة ومن هنا بتظهر تلاقي مثلا إيه أسامي لعيبة كتير بدأت تطرح الإصابة ده مصاب هل ده كان مصاب قبل كده هل ده كان مصاب ليه لأنه ما تعمل لهش تقييم وبنيجي الجزء المهم بقى اللي هو العضلات بتاعته والكفاءة الدورية التنفسية وتقاس اللي عبدا ممكن يتحمل قد إيه العضلة بتاعته هل في عضلة تعبانة عضلة مصابة قبل كده أعطاك الحاجات دي ما ده تقاس دي العيبة يبقى التوازن بتاعه أكتر عن ناحية اليمين والتوازن التاني وده بيطلع في الرسم اللي إحنا بنعمله لما بتيجي انت تقيم أو بقي تشتغل بتشتغل على دي لا ده عنده مثلا التوازن بتاعه عن اليمين أكتر تشتغل على العضلات يبقى إذن العضلات الناحى الشمال دي ضعيفة وفيها تقسير نسبة الدهون اللي بتتقاس في اللاعب دي في الممتازل أهمية اللاعب زي الإنسان العادي يعني ممكن 2 كيلو أو 3 كيلو يأثروا في اللاعب ممكن عرضه للإصابة عندنا هنا موضة برضو تغيير الأجهزة يعني مثلا إيه تلاقي جهاز عدله مثلا شهرين ومش ودلوقتي كل مدرب أو كل مدير فني بيصاحب مع مدرب الأحمال بتاعته مدرب الأحمال اللي جاي جديد بيجي يلا جماعة اشتغل ويشتغل على حاجة هو في دماغه ما عندوش الفيدباك من المفروض بقى الجهاز اللي ماشي يقدم له بقى الحاجات دي ولازم تسلم يعني اللاعب ليه فايل الفايل ده في كل حاجة تفضل يبدأ هو كمان لازم بقى دارس مدرب الأحمال بيجي يشتغل على حاجة دروس يلاقي وقعوا اثنين وبالما يبدأ يشتغل ويعرف اللعيبة اثنين ثلاثة لعيبة هو يقع منه هو طبعا الإصابات كنسبتها حدوسها في مصر بالتأكيد نسبة عالية بالمقارنة بالدوريات العالمية مش هقول الأوروبية ممكن كمان بالدوريات الأمريكا اللاتينية والأسيوية أثار الموضوع لكترة الإصابات في النادي الأهلي دوري المصري واللاعب المصري معرض للإصابات أكثر بالمقارنة باللعبين في الخارج الميديكال استراتيجي المنظومة الطبية للأسف ما فيش استراتيجية واضحة في المصر من ناحية الطبية لللاعبين وبالتالي عدم موجود منظومة بيؤدي في النهاية لحدوث ما نراه من زيادة بالإصابات المنظومة دي بتبدأ من الاتحاد اللعبة النادي المدرب الطبيب اللعب بدون موجود ميديكال استراتيجي أو منظومة طبية للرياضيين أعتقد أن رزبة الإصابات مش هتقل لازم تكون الأحمال على لا أولايلة ولا زايدة لأن الأولايلة بتؤدي الإصابة والأحمال الزايدة أيضا بتؤدي الإصابة الفريق الطبي لازم يكون على خبرة عليها وعلى قدر عليها التعامل مع الإصابات الرياضية ومنع الإصابات اللعب يجب أن يكون ملتزم مهتم بالتغذية السليمة وفترات النوم وعدم الإهمال في علاجه أو أنه يتعالج في أكثر من مكان نعتقد دي من أسباب اللي قدت إلى إصابات العيبة كثيرة في مصر بالتأكيد مظلوم مدرب اليقى البدنية كمان مظلوم أنه لا يمكن أن نواجه الاتهال لشخص على إصابة لأنه بنقول دي منظومة وزي ما شرحت المنظومة دي بتبدأ من الاتحاد اللعبة أنه لازم يضع جدوى المباريات منتظم تكون المباريات بينها على الأقل لتلتة أيام نسبة الراحات ما تكونش كبيرة ينفعش راحة 17 يوم أو 18 يوم بعد أن تلعب كل تلتة أيام النقطة التانية المدير الفني وأنه يكون بتدوير اللعيبة ده مهم جداً ما يعتمدش على 11 لعيب ويباقي اللعيبة ما يحصل لهمش عملية التدوير وبالتالي اللعيبة اللي بتلعب وتصاب بإجهاد ولعيبة اللي ما بتلعبش بيفقدوا حساسية اللعب وبالتالي أرضها أكثر للإصابة طبيب الفريق والجهاز الطبي لازم يعملوا برامج وقاية للعيبة وعلاجهم وعودتهم ملعب بصورة جيدة دور المدرب الأحمال أصبح أكثر صعوبة لازم يتبع المنهج العلم في تدريبه مستعيم ومدربين أحمال من الخارج طيب التأرير ده هي محاولة مننا لفهم أسباب الإصابة محاولة من دكاترة كبار وليهم باع محترم كابتن طارق أو دكتور طارق سليمان طبيب منتخب مصر ودكتور مصطفى المنياري طبيب نادي الزمالك وكان منتخبنا كمان الأوليمبي محاولة للفهم قدر المستطاع وإن كان دايماً في ظروف كمان كتيرة جداً جداً بقت محيطة باللعبين من ضمنها برضو الملاعب ومن ضمنها الصهر ومن ضمنها حاجات كتير جداً جداً سمعناها مع دكاترتنا هنعرف أخبار نز مالك وهنعرف كواليس في نز مالك مهمة جداً ولكن بعد الفصل السريع هو رجلية اللي اتنين فتشوفوا لكم حل بقى شامد فعلاً ماشي لك يوم لعبة نادي زمالك راحة من التدريبات بعد تأجيل مباريات الكاس الراجل اللي حيستانف تدريباته بكرة برضو زيه زي النادي اللي هو عنده استعداد مهم جداً لبترو أتلتكو كابتن اسماعيل يوسف حيبقى رئيس لبعثة الزمالك في أنجولا وحيبقى كمان مرافق للبعث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي مصطفى فاتحي عنده التهاب في الرجبة مصطفى سافر النهاردة الصبح ألمانيا علشان يخضع لفحص طبي الإصابة اللي بيعاني منها عبارة عن التهاب في الرجبة وما فيش شكوى من أي إصابة أخرى وإن شاء الله بإذن الله يرجع بألف سلامة ونبقى عندنا تخيل كبير جداً أو عندنا تخيل كبير لحالة الإصابة اللي كانت تلحق بمصطفى وصفى العيب جامد والعيب مهم جداً جداً نتمنى له إن شاء الله الشفاء والسلامة وخارم فعل حياة نادزة مالك إنه هو صفاره ألمانيا عشان نطمن عليه ونعرف أخباره إيه ويبقى يعني مش فيه أي احتمالات يعني التشخيص يبقى سليم وبنسبة 100% تعالوا نعرف أندية القناة الإسماعيلي المصري بترجد حالة من حالات الانتفاضة في الفترة الأخيرة وفي النتائج بالنسبة للثلاث أندية النهاردة زي كنا بنتكلم حتى كمان على النتائج إسماعيلي تعادل أي نعم نهاردة مع طلاق الجيش بس المصري فاز على أمبي 3-1 في مباراة دراماتيكية للغاية أمبي اضطرت منهم حارس المرمى وإمبي عنده مشكلة جداً مشكلة كبيرة جداً جداً في حراسة المرمى أخطاء النهاردة كانت بالجملة عمر اضطرت وصعبان عليها جداً عمر صبري ورامي صبري هو اللي وقف جون فأي شطع جون جون أنا بنلعبش خمان ما أكيد حيصبها ولكن كان الله فعون فرقة أمبي وكابتن علي ماهر تغلب النهاردة من المصري 1-3 ودجلة فاز على النوم 2-1 تعالوا نشوف تقرير عن انتفاضة أندية القناة الإسماعيلي والمصري وبترجدت وبعدين هروح لفاصل بقى وبعد الفاصل حلقتنا مستمرة معاكم وقضية مهمة جداً هي قضية التحكيم هفتح القيمة الدولية بالكامل ومين اللي يستحق يبقى موجود ومين اللي ما يستحقش يبقى موجود وكل التفاصيل اللي ليه علاقة بالموضوع التحكيمي هيتفتح في الحلقة دي هيتفتح عشان بس إيه نبقى متفقين فالعايز يتابع والعايز يعرف كل حاجة ليه علاقة بالموضوع ده والموضوع الحكم الخامس والحكم الإضافي ودور الحكام خلال هذا الموصل حيلاقيه عندنا في الفقرة اللي جاية اللي نجومها اللي مشرفيني ومنوريني كابتن محمد فاروق كابتن ساميرا عثمان نجوم كبار جداً جداً الحقيقة في التحكيم والدولي الجامد جداً كابتن أيمن دي جيش واحد من أفضل حكام المساعدين اللي جوم مصر طبعاً معه كابتن اللي أنا ذكرت اسمهم في الفقرة اللي جاية بعد التقارير والفاصل تعيش فرق القناة الثلاث فترة انتفاضة كبيرة بعد البداية المذبذبة التي دخلت بها فرق الإسماعيلي والمصري وبتروجيت بطولة الدوري هذا الموسم تسببت في تأخر مراكز الفرق الثلاث قبل أن يتولى ثلاثة مدربين جدد مهمة الفرق الثلاثة وتبدأ ملامح الاستقرار تظهر على ثلاث القناة بحصد الانتسارات والتدرك في مراكز جدول الدوري الممتاز وعش الإسماعيلي موسماً صعباً للغاية مع خير الدين مضوي ومن بعده جورفان فييرا حتى استقر مع البلجيك تسيدومير يانوفيسكي الذي تولى مهمة الفريق في ديسمبر الماضي وخاض مع الدرويش منذ توليه المهمة ست مباريات في الدور الممتاز حقق الفوز في أربعة منها وتعادل في مبارتين كما خاض مع الفريق ثلاث مباريات أفريقية تعادل في واحدة وهزم في اثنين منها واحدة أمام مازنبي على أرضه ليستعيد الإسماعيلي توازنه محلياً ويصعد للمركز الثامن برصيد 27 نقطة بعد أن كان في المراكز الأخيرة في بداية الموسم أما المصري فهو الآخر عاش فترة من التخبط بعد البداية مع حسام حسن ثم تولي ميمي عبد الرازق المهمة ومن بعده مصطفى يونس قبل أن يتولى إيهاب جلال مهمة المدير الفني للفريق الأخضر في ديسمبر الماضي ليخوض الفريق تحت قيادة جلال ثماني مباريات في بطولة الدور الممتاز فاز في أربعة منها وتعادل في اثنين وهزم في اثنين ليصعد المصري إلى المركز السادس برصيد 32 نقطة وبفارق ثلاثة نقاط فقط عن المركز الرابع الذي يحتله مصري للمقصة برصيد 35 نقطة ليعود المصري من جديد مع جلال في حالة من الهدوء الكبير التي أعادت الفريق لطريق الانتصارات من جديد بعد فترة من التخبط في بداية الموسم أما بيترو جيت فكانت حالته أصعب نسبيا بعد أن قبع الفريق في المركز الأخير في الدوري لفترة طويلة إلا أن عوداء الذي تولى مهمة الفريق رسميا في نهاية يناير الماضي وبات ثالث مدرب يتولى مهمة بيترو جيت هذا الموسم بعد كل من طارق يحيى ومؤمن سليمان ليقود عود الفريق في أربع مباريات منذ توليه المسئولية لم يخسر أي مباراة حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة ليرتفع الفريق من قاع الدوري للمركز الثاني عشر برصيد خمسة وعشرين نقطة واستعادت الكرة المصرية ثلاثة من الفرق القوية التي ستزيد من قوة المنافسة في بطولة الدوري الممتاز على أمل أن يبدأ ثلاثي الموسم المقبل بصورة أكثر استقراراً مع المدربين الحاليين هذا البرنامج برعاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة من أعرق أو أدي واشكر أيمن ونيشو هم اللي قولي في الأول بالفكرة كنت فاكرة واد أقول لهم يعني مين هيخش على أو هيشتغل ازاي أو دايما بشوف فنان مطرب لكن اللي عيب كورة جديدة شواج يعني كان هم مؤمنين بالفكرة ومباشر شكر كل يعني أيمن أنا عايزه يبقى يجي برضو بجد عشان أحييك على أنت عملته أنت ونيشو أنتو من الأسباب المهمة أن أنا كن موجودة النهاردة فنحيي أيمن معنا لا دايما بيعني بجد دولة أيمن وميش ما أخد شابة موجودة النهاردة لولة فيكتور لينك أخد شابة موجودة النهاردة أورنج بتعمل حاجة كبيرة جدا لأول مرة اللي عيب كورة في مصر يكون لي خدمة باسمه عن حياته عن شكله عن شخصيته عن تحليلاته إن شاء الله نكون عند حصة الظن إن شاء الله تكون حاجة جديدة بازنا نعملها بشكل كويس أنا ما فكرتش كتير مع أورنج زي ما قلت واحدة من أقدم الشركات في مصر عدد مشتركين رائع وكبير جدا خدمات مميزة جدا فانك تبقى في شراكة أو موجود في البلاتفورم ده أكيد حاجة شرف لها جدا وحاجة هتزودني أكيد بشكل كبير إن شاء الله نعمل حاجة كويسة زي ما قلت إنجي كورة عمر ما كنت بحب كورة للتعصب أو للي بيحصل فترة دي لايما الكورة هي حاجة نستمتع بيها وده اللي هنتكلم عليه دايما في الخدمة إن احنا نحلل بشكل محترم اللي ليه حاجة نقولها واللي عليه حاجة هنقولها بشكل محترم وبشكل في نقض كويس تحليل كورة بإذن الله بلس بقى حياتي الاجتماعية اللي بعمليه وتبقيت اليوم إن شاء الله أكون بإذن الله حاجة كويسة جدا شكرا لك حياتهم طبعا شكرا لك حياتهم طبعا شكرا لك كل المجموعة بتاعت أورنج النهار ده اتشرفت بيهم كلهم حاتم وهالة وياسمين ومش عارفات سلمة سلمة ومها والناس كلها وفيكترولين كلهم طبعا هيسم يعني مش عايزة أنسى حد بقى مش هننسى الناس كلها يعني فهتجد ستوف رائع يعني كله على بعض ومن أورنج الفكترولينك الـ F2M فإن شاء الله بإذن الله نعمل حاجة كويسة مبسوط جدا كنت متوقع بصراحة حفلة بالشكل ده بشكر كل الناس اللي جاتوا تعبت نفسها لك وموجودة معنا النهار ده إن شاء الله بإذن الله يعني متطلعوش من هنا غير ونتم مشتركين في نيجم أربعة شكرا شببه شكرا لك شكرا لك كابتن حازم شكرا لكلماتكم الكلام اللي تقبل دلوقتي بيبين حاجة مهمة قوي إن احنا في حدث كبير حدث أول مرة يحصل إن احنا مع لعيب كورة بننخش في حياته الشخصية اليومية ككورة كموتسكليات طبعا كسفر تحليلات رياضية كل حاجة هنعيشها مع حازم إمام النهاردة في سبع محافظات حملة مئة مليون صحة مكملة وبنجاح كبير المرحلة التالتة مكملة لحد آخر إبريل أنا سمحتها عناها في التلفزيون الجزء اللي شجعني النهاردة أجي أعملها بيسلك الضغط والطول والوزن أعمل تحليل السكر وتحليل اللي هو بيروسي خمس دقايق يعني طول تشيره خطوة مهمة جدا لازم كله أعملها كتير قوي بيكتشفوا إن هم عندهم حاجة فيبقى في الأول بيبقى أسرع من ما يحصل في الحاجة في الآخر الحمد لله ما فيش حاجة وأنهم أبسوط عجل كده الحملة لفت كل المحافظات علشان توصل لكل الناس ونشوف مصر بمئة مليون صحة مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروسي والكشف عن الأمراض غير السارية وعشان أنت أجمل هدية في جهنية وطبا إلهية على شارك كلنا جايين بقى أحلى هدايا من رانين أجمل الهدايا لكل الحبايب من فراش هتلاقوها فرانين بابا وبيت واخويا وأختي عارفت إن إنتك عشان ناد أختي وانت عبتي وسهرتي سنين ويما جبت المام الرانين رانين عشرة سنين جيسوا براحاتكم منينيو كلكس جدي حضر ياهو تجرب عليه ده حضر ياهو هاي؟ هاكل منك حاجة أجلة 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 نسيب الحاجة بجا ماشر أخطهم؟ إحنا من ماتب نشتري إحنا بنجيز باس عيلين يتمرمغوا في خيرك أبرك من قرطة عيال ما تعرفش تصرف عليهم السند مش في العدد اتنين كفاية أعدتي من غير المدر خلت عقلي زيح ويشد اللي بيحصل إلا أنا شايفه نفسي باقة تقش وتصد عقلي شد أورنج كبرتلك باقات جو وخلت الميجا بايت سوبر وكمان الفورجي اللي تستخدمه النهاردة هيرجعلك بكرة أربع أضعاف لما تكلم شباك أربعة شباك أورنج أسرع شبكة في مصر موسيقى 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 تعيش الكرة مصرية حالة مزمنة من الجدل التحكيمي مهما حاول الجميع التكاتف وتدليل العقبات أمام الحكام المصريين ليصبح التحكيم المصري مرضاً مزمناً لم يتمكن أحد من علاجه رغم كل الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية مع استخدام الحكم الخامس لم تمر الكرة المصرية بموسم هادئ حيث شهد الموسم العديد من الأزمات التحكيمية الجدلية وهو ما زاد بصورة كبيرة خلال الأشهر القليل الماضية شهد أكثر من حالة جدلية أثارت الكثير من الغضب بين الجماهير والمتابعين منها ركلة الجزاء التي احتصبت للأهلي ضد وادي ديجلا وإلغاء هدف حرس الحدود مع الحكم الخامس حسن السندبيسي ومن قبلها أزمة إلغاء هدف أم بي في مباراة الأهلي وحتى الآن يرى الكثيرون أن الحل السحري لأزمات التحكيم المصري هو إدخال تقنية الفيديو والاعتماد عليها بصورة كاملة في الموسم المقبل لحل الأزمات المزمنة التي يعاني منها التحكيم التي دفعت نادي بيرامدز لطلب حكام أجانب لكل مبارايته المحلية سواء في الدوري أو الكأس إلا أن لجنة الحكام حتى الآن ترى أن تنفيذ تقنية الفيديو شبه مستحيل نظراً لاحتياجها لأكثر من مرحلة لا يمكن تنفيذها حالياً بجانب التكاليف المالية العالية وما زالت أزمات التحكيم في مصر عرض مستمر أزمة مستعصية لا يجد لها أي فرد في المنظومة حلاً جذرياً فمتى ينتهي الجدل التحكيمي؟ أمتى يصبح التحكيم في مصر نقطة قوة لا نقطة ضعف؟ أنا حس إن فيه صفافير حولي أو فيه إنزارات وكرت حمره وشغل عالي أوي أوي اللي نرحب بنجومنا اللي مشرفتنا ومنوارتنا بنجوم التحكيم المصري الحقيقة اللي كان لهم دور بارس جداً فيه فترات طويلة وفترات صعبة أبتدي بالكابتن سامير عثمان اللي مشرفنا ومنوارنا كابتن سامير مساء الفل مساء النورة كابتن إبراهيم الحبار معليك إيه؟ الحمد لله والشرف ليه أكون مع حضرتك وفي قرات النهارة كابتن منوار الدنيا شكراً وكمان الكابتن محمد فاروق اللي مشرفنا ومنوارنا واحد من الحكام اللي كانوا حياة ليهم باع كبير جداً وتميز كبير زالك كابتن فاروق حبيب يا كابتن إبراهيم السعيد اللي موجود معاك في البرنامج الجميل بتاعك وفريق العمل المختبر ربنا خليك يا رب حبيب قلبي كابتن إبراهيم معاً حبيب يا كابتن إبراهيم أنا بشارك أجدع حكم مساعد في مصر ربنا خليك كابتن إبراهيم منوار الدنيا أنا سعيد لما أنا موجود معاك وسعيد أكتر أنت دايماً في نجاح وفي طقالك يعني خليك يا رب وده أنا بحسه في الشارع يعني طيب أنا خليك طيب أنا وفاك دايماً نعرف الجو سعى عندنا بس أنا عارف إنك عامل حسابك عامل بلاش هاي شو نهولها لابس بلوفر تحت لابس بلوفر تحت لابس عشان سعالي طيب انت عارفت إزاي كابتن قريب وفي ورق جرايب تحالي طيب بتعمل إيه في المكشاب أولا كلب يعمل أه قول لي بقى جزي أولا كلب أه قول لي بس ثلاثة أه اسأله أه قول لي بس ثلاث شربوات أنا حسد أيضاً فكر سمبه ثلاث شربوات ثلاث شربوات ثلاث شربوات ثلاث شربوات ثلاث شربوات أفريهم معك في حاجة في رجليك بيفريهم يعني أنا الساعات مثلا أحس إن جاز مرس حشوها فألبس شرب من تاني يعني خلاص تشربين خلاص ده ما بدأتنا كده بسم درح منا رعاية بلع مرة معا ماتش الأهلي والمصري مشكلة وإتيشارتة بتحكيم أنت ممكن تلبس تي شيرة تحت عشان إيه والعرق ماز也是 آعمل بلبس بلوفر كده تي شيرت أه كنا جايين من تنزانيا هو عنده مشكلة في الطيارة. فالطيارة قاعدت مطبطها هوية جامدة جدا. ايه. فهو ممسك فيها. ايه. واقعدت. يعمل اصولة غريبة جدا. فالتروية ده ايه ما ما فيش مشكلة. فوسط العماية تعمل مطبط. اجدا نسمع صوت جامد جدا. اه. فراح على الموضيفة. صوت ده. اه. هيطلوا ده جنح الطيارة فيه مشكلة ايه. اللي جنح ايه? وفيه طيارة اصلا دلوقتي. لا كان معنا زي منا اه كان معنا زي منا اعمد الجرح وفيه طارقة مليالة. كلنا رجعين. المجرب دايما. اه انت روحت اكيد المجرب دايما. أه فيه مكان. اه فيه مكان كده. حيطا معنا دايما فيه مطبط. سفرات المجرب دايما. فيهم طبط جامد. انا يعني التغيران ما كنتش يعني بحبه قوي. فراكبيين فانا اعجت جنب الشباك. تغير كلها مليانة. احنا عاعدين في اخر خالص جنب الشباك. انا عادي. اه. اول حاجة اه انا اعاد جنب الشباك فالمهم اللي هي زميل احمد الجرحي فخلاص انا بقى ايه الموضوع طول يعني بقى انا ربع ساعة تساعة ايه كانت تطلع فوق وتنزل تحت واني تقرس الموضوع من الفولتر احمد معلش ايه انا اسيبني ايه اطلع برا شوي فبص الكلام بقى يعني زميق المفروض فابقول لي احمد اسيبني قال لي اسيبك ليه اللي هنا هيموت واللي هنا هيموت ما فيه المشكلة هي الموت هتبقى واحد عارف ديها بتاع كله رايع كله رايع صحيح طب احنا عندنا كلام مهم جدا جدا حقيقة بارضة اشحاءاتكم تبقوا عارفين احنا ارتقنا لما احنا اتكلم فيه التحكيم نتكلم مع نجوم تحكيم نتكلم يعني ايه بقى كلمة نجوم تحكيم نجوم تحكيم يعني حكام مصريين كانوا طول الوقت وفقين من نفسهم لهم فيهم حالة التشدد في القرارات ولا عندهم حتى كمان حتة الانا او العنجهية او 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 كل واحد منهم ثابت وكل واحد منهم ما شاء الله التلاتة اللي انا بشوف انهم في الستوديو هنا تلاتة ليهم شخصيات كلها كلها مقدرة من قبل اللاعبين ومن قبل الاجهزة الفنية فطالما هنتكلم عن التحكيم وحنتكلم بجد فلازم عندنا نمازج فعلا تكون مشرفة اللي هم نجومنا اللي مشرفين فخلينا ابتدي معك كابتن سامير تقيمك ايه السنادي ليه التحكيم التحكيم السنادي بتبع الاخطاء زي كل موسم بس السنادي الاخطاء زيادة يا كابتن ابراهيم وكانت ظاهرة غريبة السنادي الاخطاء بدري واخطاء معظم ما ما كانتش فنية معظم من الاخطاء السنادي اللي احنا شوفناها اخطاء بسيط إلت التركيز إلت التركيز ده بيرجع لهم حاجتين يالحكم بينزل في بعض الاحيان متعالي عن المباراة وديش احنا شوفناها في مبارات كتيرة احس ان هو اهم من مباراة اعلى من المباراة لان انت حتى انت لو بتحكم اما كنت بتحكم مباراة 14 سنة لازم تبتمي بي قوي عشان هو اللي بتديلك المباراة اللي بعده بتبقى خايف على اسمك مباراة الدورة الممتاز اللي احنا شوفناها طبعا تبقى فيه اخطاء في بيئة الأقزام وده شيء وارد بس قلة التركيز احنا السنة دي مثلا شوفنا مثلا واحد بيشيل واحد بيضربه مصبوط واحد بيشلوته واحد بيضربه واحد ببوكس كرة بتخش وبتخرج وفي حكم اضافي وما شافاش كل ده تركيز ده مش كل ده لجنة جيت لعا الجرح اهه يعني كل ده يا كابتن ابراهيم مش خطأ لجنة او خطأ معلومات فنية بيدوها للحكم لانها ما هتجيب اي واحد لو تجيب حكم في العالم يمسك اللجنة هتقوله ايه انه يعالج تركيز تركيز ده بينبعه من الحكم لازم الحكم يبقى مركز جدا لازم من بيتهم مركز عارف انه النهاردة جاي بيشتغل جاي بقى حكم لان الكرة بقت في مصر دلوقتي خلاص بقت في القوس انت الفرق لو كذبت الراجل بتاع قطته لبس ده بيستفيد الراجل بتاع الملعب بيستفيد اللعيبة بيستفيده المدربين صحيح فانا موجة نظري هنا السنة دي اللي التركيز اللي التركيز انت دخلتني في نقطة مهمة جدا انقلة التركيز والحكم الاضافي مباشرة كده كابتن فروق شايف بص يا كابتن الحكم الخامس يما بدأ يلعب الحكم اللي داخل الملعب بدأ يحس ان هو اصلا الجايح لكن انا بتكلم عن الغالبية بتاع الحسين اصبح الحكم الكورة اول ما توصل مضيطة الجزاء خلاص هو دوله انتهى يدينه بقى الحكم الخامس ومواقف ليه يقولك يديني بيالن ولا مش بيالن بيبصله وطبعا ده كلام مش مزبوط بس كابت فاروق برضو انت حاج متكلم في كده ده انا بحس انه يعني الحكم الساحة الحكم الاضافي بيورطه يعني لما حكم الساحة بيبقى شايف كورة او زاوية الرؤية عنده مقفولة فانت انا انت جاي من البيت ليه عشان تصفر على الكورة او عشان تشاور على الكورة دي عدت عدت الخط ولا معدتش خط فاول ولا مش فاول جوه المنطقة فا دارب الجزاء ولا مش دارب الجزاء صح ولا انا متكلم طب ازا كان الحكم نفسه الحكم الحكم الاضافي بيقعد فترة مش عارف ااخد قرار يعني في المطش زي ما التقارير ما كان معروض من شوية في مطش آآ دجلة آآ الكورة باخد جوه الجود والحكم الاضافي شايفها وواقف غلط هو المفروض يوقف على الخط او لا يوقف برا يوقف على الخط وقف برا دينا بقى تفسيرك للموضوع ما نقول لحضرتك يما الحكم الخامس بدأ يطبق بدأ يطبق والحكم الخامس الحكم الخامس المفروض ليه مهم بيتدخل فيها لأ الحكم الخامس دلوقتي آآ كابتن ابراهيم جزئين يا جزء هو واقف ما بيديش حاجة خالص آآ او خايف ادي قرار آآ يا جزء تاني بتدخل بصورة غير طبيعية آآ يعني انت بتدخل في اللعبة قدام الحكم شايف الكورة ما فيهاش راك للجزاء بس في النهاية القرار بيبقى الحكم طبعا الحكم في الملعب شايف ادي مش شايف حتى لو خمسين حكم خمس قال لك مدام انت متأكد خلاص القصة انتهت صحيح كابتن ايمن شايف ازاي الحكم الخامس من وجهة نظرك كتجربة في الدورة بمصر بص يا كتجربة زي انا قلت يا كابتن ابراهيم ان تجربة الحكم الخامس انت لما بتيجي تعمل اي تجربة جديدة لازم احنا خلا نتكلم بأمانة يعني الموسيوم ده هتكمل هتكمل بالحكم الاضافي انه هو ابتدى بالحكم الاضافي فهيكمل لازم النهاردة كابتن عصام واللجنة تقعد تشوف ايه الحكم الاضافي زود للتحكيم ايه هجيب السلبيات والاضافي لو الحاجة دي ما زودتنيش ورفعت مساعدة حكيم هي ما تبقاش موجودة فيه متشاطة لعبة كان فيها بعض حاجات ايجابيات وكان فيها حاجات سلبيات انا من وجهة نظري انا شفت ان الموضوع ما زالتش كتير بالعكس انا بقى اكلمك كحكم مساعد انا شاف ان هي اضارة الحكم مساعد اولا الحكم الاضافي ده ملوش اي ضر انا كده عندي ايه اتنين باهم بيشتكوا من الحكم الاضافي حكم الساحة والحكم المساعد الحكم المساعد هقولك ليه يا كابتان ابراهيم الحكم المساعد دوره ما بقاش معروف يعني انا كلمت مثلا مع بعض حكام مساعدين انا ما كنت موجود السنة فاته وكان موجود حكم اضافيين انا باعتبر الحكم الاضافي ليه دور او بداكل بس انا كنت بتعامل زي ما انا كنت بتعامل كأنه ما فيش حكم اضافي كأنه مش موجود النهاردة بقيت الخطأ اللي انا كنت بشوف حاجات كنت ممكن انت تديها او حكم مساعد يديها النهاردة يقول لك لا الحكم الإضافي موجود ركل الجزاء مثلا أنت بتشوفه فالنهاردة ممكن تلاقي الحكم الإضافي ما يديش والمساعد ما يديش طبعا مش عايزين نقول إن دي بتحصل كتير فيه حاجة بتإجابية يعني في ماتش حرص الحدود لو أنت شفته بدرجته كان فيه حكم إضافي والحكم ما حسبش ركل الجزاء كانت لمست يد وكان فيه حكم مساعد حمد صلاح أو فتاح وده ده الصح فالنهاردة هو الحكم الإضافي ما لوش أي دور مع الحكم المساعد ممكن يكون خاد منه خاد منه مش في مصلحته دي نقطة برضو لازم يدرسوها كويسة كابت سامي المنوجة نظرك إضافة للدولة ولا مش إضافة لا والله التجربة فيها إيجابيات يعني فيه برضو خدوا بعض القرارات سليمة أفدت الحكم بس فيه قرارات كانت قصادهم ورطوا الحكم بزيادة ورطوا الحكم بالرغم من الحكم الإضافي المفروض رؤيته كويسة وجايل حكتين حكتين يا راكلة جزاء اللي الكرة عدت شفت إزاي؟ شفت التلطلة بسهولة إزاي؟ هتلبس لبسك الشيك ده الشيك ده ومعك السماعة والسماعة والشورت الحل وتلبس شرابين شرابين والبلوفر تحت التشيرت معنا؟ معك وتروح بس عشان خاطر دروس حكتين الكرة يعدت أو ما عدتش وبقى كده راكلة الجزاء للأسف السنة دي هم تدخلوا في بعض راكلة الجزاء كانت سليمة وسعدوا الحكم وفي بعض راكلة الجزاء برضو الحكم كان حسابها غلط وهم عدونه من قراره بس فيه قرار برضو اتخذت غلط بس كانت بكتيرة وخاصة الكرة أما بتعدي بين القوامين وتحت العرضة والكرة جوه هجيب لك اللقطة بتاعت نطش دجلة كده عشان نشح حاليا برضو كانت صعبة قوي كانت صعبة فجأة يعني طبعا نزام كابتل محمد فرقيل حضرتك هو المفروض هو وقف على الخط تمام بس في كرة زي دي هو برضو بيشغل دماغه شوية لو الكرة قربت منه لازم هو يبقيت أو ياخد خطوة جوه في الملعب عشان يقدر يشوفها بس خطوة برضو ميخش في الملعب عشان ما يعكس مساعدة الحكم ولا اللعيب فطبعا لها إيجابيات وليها سليبيات بس أنا من هو بالنظر السليبيات ممكن تكون أكتر شوية عربة برجحها لها كابتن أبو المفروض قبل ما تعمل أي تجربة كان لازم يبقى فيه تدريب والتدريب بإن أنت مش بتاخدهم في الملعب وتمرنهم لأ التدريب كان لازم يلعبهم مبارات ودية كتيرة أتحدى لو فيه مبارات ودية تلعب بحكم إضافي والمفروض أنت عشان تتعلم إيه تلعب كتير صح مش ياخدك في الملعب ومرنه زي الطيار بالزبط عدد ساعات طيار عدد ساعات طياران اللي بيتأهلوا للعب بمستوى أعلى ده من وجهة نظرين طيب بص بقى عشان ده كان سؤال مهم جدا اللي كانت من رضا عبد العائل والله طب كويس أدي الملعب أنا برسم أبو العلم عافش هتجبها بقى بالكرين ولا هتجبها إزاي شايف الرسمة؟ تمام حلو شايف الدائرة؟ هيلة ما لهاش أعلاقة بالدائرة خلص بستمشي صح كده ده هنا الحاكم المساعد كم من بيت الملعب في دائرة في ربع دائرة الأرك أهي أهي لا الأرك بقى المهم عشان عاوز أقولك حاجة عليه والريات بس عشان تبقى أهي 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 والأرك بتاع التمنتاشر أهي أهي عارف مين اللي عملوه؟ أه مين اللي عمل حكم دولي مصري حكم دولي مصري أهي اسمه مهندس أحمد نواري والله قدر السربية يا ضيا هو العمل هو العمل الأرك ده ووظفته إيه بقى؟ وظفته بين نقطة البنالتي والدائرة دي عشرة يرضى مش كانون بيقولك لازم أثناء تنفيذ راكلة الحر مباشرة أو غير مباشرة لازم يبقى تسعة متر وخمساتش سنة لا يعشرة يرضى عشان من دي يتحدد راكلة الجزاء لازم يلعب يقفوا بره الدايرة لعبها بتوع الخصوم اللي عملها وحد مصر الله يرحمه اسمه أحمد نواري ده كان مدرس تربية يا ضيا ده شيء عظيم جداً جداً معلومة حلوة بأمانة يعني معلومة حلوة مدرس ملعب بصي شكله بس كويس بس الحلوة بس بطيحة أه بص الرسمة حلوة الرسمة صح بص بقى كابت مفروض ان هنا الحكم الاضافي بيبقى واقف تمام صح تمام كابت الرضا عبد العالم مم ما عاقف حالها قال لي طبعا أنا عايز أفهم هو اللي يوقفوا هنا طالما في حكم مساعد واقف هنا اللي هي نفس النظرية اللي حالي تقولها ماروح يوقف هنا كويس فيبقى كشف لنا الحتة دية تمام وبالتالي الحكم المساعد كشف دي حكم الساحة عنده رؤية كبيرة زوية رؤية مم ودلوقتي يبقى موجود هنا متواجدك حكم الاضافي يردوا بقى كابت تمام ترد انت فاروق لو ردنا اتفضل اتفضل لك يا فاروق اتفضل لان الحكم كابتن أولا بيجري يشرح على الرسم اه اه ممكن عادي بس فاروق قبل ما تشرحها كنت أعاوزه ان الاتحاد الدولي اه تعدده في بداية التجربة من حوالي عشر سنين كان الحكم الاضافي وقف الناحى التانية اه بعد كده بقى فاروق هيكمل لك اللي حصل طب اتفضل لك يا فاروق ما يشرح الحكم دايما بيجري قطري اه فصعب جدا انه هو يكون موجود في المكان ده اه ودايما هو بيحصل الكورمة بينه وبين المساعد اه فهو لو لو جري قطري احنا ايه الرسمة بتاعتنا ديت ايه الرسمة الجبارة دي كده اه اشرح عليها بقى فهو يا كابتن الحكم بيجري قطري بيجري قطري فطبيعيا هيوصل اه هيوصل لغيت هنا اه مش محتاج الحكم الخامس هنا تاني حاجة انه هو لازم يكون مواجه اه للمساعد هنا فهو مش هيجي في المنطقة دي خالص فمش هيبقى مفيش جدوى لوجود الحكم الاضافي الخامس هنا يعني هو الحكم لازم يجري قطري بشكل ده كده بقدر انكام اه يعني هيا دي مش قاعدة لكن هو ممكن يجي هنا برضه طب حيجرى حاجة لو ما جراش قطري اه بيجري دياجنول اهم حاجة عشان تعرف الحكم بيجري صحة ولا هو غلط اه لازم الكرة تبقى ليمينه انا خد بالك ان انتو بتقولولي دلوقتي معلومات مهمة جدا واعتقد انه ده انا مسؤول عالم انه الجاري طريقته الجاري ليه ليه طريقة مفروضة طبعا اه مش هان في عجل خلاص ماشي كم لازم اجري اه فهو ده الطريقة المسلع لتحرك الحكم حيجري كده حيجري كده طبعا طبعا وبالتالي محصل عشبه موجود هنا لا مش هيبقى موجود ان هو الحكم هيوصل للمنطقة دي فهيشوف اه لكن هنا هو مش هيجي للمنطقة دي ما بيجيش للمنطقة دي لا وفي حاجة نسمعتها بس مش متأكد منها قال لك اثبته ان الاخطاء دائما بتبقى في المنطقة دي اه دي بيسموها دايما المنطقة العامية بتبقى دايما للحكم في المنطقة دي عشان كده هنا حطوا حكم الاضافي في الحتة دي في الحتة دي ايه زي الاسم الحلوة بقى ولينا رأيك ايه لا هو اللي انت بتقوله انا يعني اقول لك ابراهيم هو طبعا الحكم اه المساعد بيبقى لازم يبقى ظهر ليه يعني ما تتنفعش ان انت تضم عليه اه يعني في العموم في التحكيم القبل الحكم الاضافي وبتاع انت جاريك دايما يعني مش شرط كتر زي ما انت تقول الحكم ممكن يجري في اي مكان في الملعب ماشي فعالات معينة ممكن يوصل للحكم المساعد ممكن يوصل للحكم لكن في العادة ان هو فعلا بيجري بيجري في النهاية دي لكن انا انا يعني هما طبعا لما اجربوا وقال ليهم وجهة نظر انا انا شايف اللي انت بتقوله عليه من وجهة نظر انا كمساعد اه اه شايف احسن ان هما الاتنين هما هما لما دخلوا لما دخلوا مع الحكم المساعد في الحتة دي اه خلوا الحكم المساعد في قراراته يكيش شوية اه هيبقى فيه حرية أكتر الحكم المساعد تباسأل السؤال المهم تجربة مفيش حاجة على فكرة ده قرار من الاتحاد الدولي ولا ده أنا ينفع أتحرك فيه عادي أنا كالتحاد مصر خطر ده يبقى أنا كده ما أقدرش أتحرك فيه ما أقدرش أتحرك فيه طبعا لأنهما جربوا زي ما قالت كابتسامير في الأول كانوا بيلعبوا ناحية ناحية تانية قولوا ده الأصلح يعني لكن هي النقطة هي ما خدمتش الحكم المساعد في أي حكم يعني النقطة لأنا ما خدمتش طب أيمن هل خدمت الحكم هي هل خدمت الحكم بقى في المتشاط اللي احنا بنشوفها في الدوري ما ده السؤال بقى ده السؤال نسبة خدمت الحكم بنسبة تلاتين في المية تلاتين في المية آه ده كده مانفعش بخضر بص يا كابتن زي ما احنا اتفقنا الحكم المفروض الحكم المفروض الحكم المفروض بيجري بطريقة دياجور كده فمмент؟ بيجري بطريقة كده عشان الكرة بتبقى على مينو طالما الكرة عم على مينو زي ما قال فاروق لازم تبقى منحصرة بين الحكم ومساعدة الحكم إنما لو جبناه هنا يبقى كده خلاص لا يمكن الكرة تبقى منحصرة حتى دي كلها بقت فاضي طب احنا هنجيب بقى راجل هنا يقف هنا والحكم هنا يقدر يغطي دي الواحد يقدر يغطي دي الواحده هنا أنا بزود على كلمة أيمن قللت كفاءة ممكن مساعدة الحكم بس برضو أيمن عاوز يقول لك خلت الحكم المساعدة يركز أكثر في التسلل والمفروض الحكم ده حكم ده مش مساعدة حكم كابتن إبراهيم لان ده حكم سفارة فعنده كل اللقطات الفنية اللي ممكن ياخد قرارات لا ياخدوش قرارات بتجيب لنا أبو العيل اللقطات اللي أنا أقل لك عليها ركينا اللقطات الصور كابتن إبراهيم أقول حاجة في القصة دي على اللي أنا قلته على اللي أنا قلته أن هي شهرت أنت قلت حي وقع الوقع الشهيرة مباردة ودي دجلة والأهلي ساعة كده أهي مباردة ده ودي دجلة والمقص والمقص الكرة دخلت جوه الجون بص منصف بص منصف جايب الكرة بإيده جوه الجون أهي عند الدايرة البيضة دي بص حكم مساعد وقف في إيه الحكم الإضافي وقف هنا كابتنه وقف بر الملعة نموزاجي أقول لك حاجة؟ وف بر الملعة أقول لك حاجة بالنبدي كمان؟ هو كده الشايف متأك عشان القايم ها ها يعني هو كمان المفروض إن حاجة بتقول كده واقف مع إن أنا أكثر من حد قال لي إن هو وقفته كده أكتر من حكم وحكم دولي كمان لا لا كده كويس ما ينفعش وقف على الخط الخطوط من الملعة مساعد الحكم بيجري فين مساعد الحكم بيجري بر الخط ما ينفعش يدوس على الخط لو ده أصار الخط بغلط مساعد الحكم يعني هو كده وقفت نموزاجي نموزاجي يفضحتي لأن عارف ليه كمان ما شفهاش عارف ليه كمان ما هو وقف على الخط والمساعد خلاص بر المساعد بر القصة في اللعب دي في العادي كده المساعد اللعبته دي بقى لعبته دي المساعد بقى في الوقت فدية في الوقت فدية حتى يعني حتى أنا يعني مش عارف هم وآياتي مش إزاي مش هيبتي لا استنى خليك خليه خليه زمان ت ابو العيلة عشان هقولك هتلي اللقطة اللي بعديها انت بتقول لي المفروض الحكم المساعد دي تبقى لقطيته كان كابتن قبل كده اه ده دور الحكم المساعد هتلي ابو العيلة صوراً اللي بعديها على طول بس دلوقتي جميع في المية الوقتي بدأ يخرج على التركيز لا أتي حاجة عايز يقول لك عليها كده دلوقتي اه كإدارة التحكيم الدور الأكبر في اللعبة دي هي الحكم الإضافي مش للمساعد طبعا مش حتى مش مديها تركيز دي مش يعني مش بتاعتي يعني انا احد الحكام بس المساعدين بقول له طبعا ده وعف ما كان قلتوله انت اللعبة دي ايه اللي حصل فيها فقال لي انا ما كانش عندي قرار مية في المية قال لي الاول الاضافي هو في اول كلامه قال لي الحكم الاضافي بص انا عندي فيديو اكتر كنت قلتها لك عارف اللقطة دي الحكم المساعد هنا بيعمل الحكم الاضافي هنا بيعمل ايه بيبص الحكم المساعد بيبص له بيبوصله طبعا انت مش عشان هي بيديم. بس سوافي اللقطة دي في الفيديو بيبوصله. اللي هو طب ايه يعني. هوا ممكن بيبوصله عشبيت تسللو ايه. اعمل ايه? انا بس قال حاكم. يعني مش في اللعبة دي في اللعبة معينة زي ديت يعني. فبس قال حاكم بقوله قال لي الاضافي اآ في اللعبة دي ات. هو قلتل لا لا ما تقوليش الاضافي. انت. قال لي لا انا ما كانش عندي قرار 100% ما كنتش متدقل. أقول لأ ما تجي خبها لك طول ما أنت حكم أنا أقول طول ما أنت حكم مساعد إذا كان الإضافة المجاهز مداش أنت يبقى ليك كرار هقول الحاجة بس كنت سبير إحنا جبنا لعبة بتاعة ودي ديجلة ودي ديجلة شفنا قلنا لعبة كانت لعبة صرخة بتاعة وليد أزارو صح؟ الإضافة المجاهزة برضو المساعد ما يديش لعبة ده زي دي لو لاحظنا أن اتنين ما يديش في لعبة زي دي مهمة ولا إضافة ديجلة ولا الإنتاج لعبة أهلي بتاعة وليد أزارو هنا في اللقطة دي الحاكم مهم بقى صح قال غلط الحاكم الإضافة غلط طبعا داخل جوى الملعة طبعا غلط طبعا غلط تغبط في رجلو طبعا لا دي طبعا غلط من رغم ده سعيد حمزة وعلى فكرة من الحكام ده سعيد حمزة ده قلب الأسد ده حبيب ده سعيد ده من الحكام الجامنة لو تتعاتين في المية هو من ضمن تتعاتين في المية هو من نجاح حطهم الخمس هو من ضمن التأتيف يعني فيه هو طريق مجدي طريق سامي عادت عليك مجموعة معينة محمد حسن فيه مجموعة معينة طريق مجدي طريق مجدي حكم صفار حكم صفار كان ماشي قاس قوي طريق مجدي عبي أنا أحب الحكام الجامسين طريق سامي حضرتك وزي كتب فروغ ما أحبش حكم الفيلن الحكم الفيلن ده اللي هو بيزيوش خط في اللعيب ويهو بتاع طريق مجدي بيدي بيهدوك بيأخذ القرى بيهدوك وبيضحك كده الدنيا لطيفة جدا على فكرة مش جاية تعليمنا الأدب صح هذا بكلم غلط اللي بيني بين القانون التعامل يعني برضو يعني زي ما انت قلت فيه بعض فيه البعض التعامل ده مهم جدا ان انت يعني المجموعة كابت سامير ولا كابتن فاروق صراحة الانتنين كانوا نمازج نمازج التعامل حتا بتاعت الاحتراف جد أمانا احنا عسنا بالكلام دي التعامل مع الناس ده كويس يبقى احنا فيه شبه اجماع على انه الموضوع واخد اكتر من سلطات الحكم ومش ضايف للدول بالضبط صح كده؟ وحساتنا حضرك قلت في اللقطة اللي فاتت اما قلت ان حضرتك عندك فيديو ان الحكم الاضافي بيبص بيبصله ده ده غلط لانه ممكن في اللحظة دي هكابتن رميمو هو بيبص للمساعد كارثة تحصل اصاده وهتلعب كرة بايده وهتضرب واحد لما ينفعش انت مهمتك في دي انت الكرة بتجيلك كل مثلا كل دقتين او دقتين ونصف منطقة انت فيه انت تتركيزك مبص لش مساعد المساعد لو رفع مش بنزل الرأي طيب خلينا نشوف احصائيات الحكام الموسم ده بالكامل وهي احصائيات من الاتحاد المصري لكرة القدم ومن موقع كورا ستاتس اللي بنشكرهم شكرا جزيلا عدد الانذارات خلال هذا الموسم حتى اللحظة اللي انا بكلم حضرتكم فيها دي 800 انذار وعدد البطاقات الحمراء 13 وعدد ركلات الجزاء المحتسبة 80 ركلة جزاء عدد الحكام الاضافيين اللي حكموا السنة دي 22 والاحصائيتين اللي جايين دول من الاتحاد نسبة اخطاء الحكام الاضافيين 40% ونسبة اخطاء الحكام 20% كابتن فاروق ليك تعقيب على ايه بالزبط على الاحصائيات دي هل شايف انه نسبة الانذارات دي كبيرة ولا لا شايف هل فعلا نسبة الاخطاء بتاعت الحكام الاضافيين هي فعلا 40% ولا اكتر من كده من خلال تقييمك الموضوعي لا تقييم الانذارات والطرد الاحاجات دي كلها مضبوطة يعني او الحد ما بس شايف ان هي مش الحكام الاضافي مش 40% اكتر من كده كابتن ايمان أنا برضو أطفل مع كابتن فاروق يعني أكتر يعني توصل 50-60 يعني بيجي 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 حاجة إيجابية كابتن إبراهيم بتقوم منزلها حاجة سلبية بيجي حاجة إيجابية تنزل حاجة سلبية تيجي في الآخر يا كابتن إبراهيم تقيس التجربة هنا في الآخر التجربة تعملت ليه عشان تفيد للتحكيم نبرافو عليك بنسبة إيه زي لو ما تعدناش 70% 75% يبقى اعتقد التجربة ما نكهيتش يعني صحيح تعالوا نشوف تقرير مهم وكلام مهم للكابتن العصام عبد الفتاح والكابتن رضا البلتاجي وبعدين الحوار ممتع جدا الحقيقة مع كابتننا واحنا بنتكلم في قضية مهمة جدا هي قضية التحكيم والدنيا هتبقى ماشية إزاي الفترة اللي جاية أنا هتكلم أكيد عن القائمة الدولية هتكلم أكيد كمان على بدلات الحكام وهل هي مناسبة ولا لأ إذا كنا بنتكلم الحكم يدينا إزاي فهنا نتكلم برضو الحكم ياخد إيه عشان يبقى شكله عامل إزاي ده كله بعد التقرير اللي جاية مشاهدتي مجروحة طبعا ولكن عشان تقنل التحكيم المصري بأي تحكيم آخر عندنا مثال واضح وحصل على الأرض الواقع وهو الحكام الأجانب اللي جم إذا كانوا عرب أو أجانب من دول الأوروبية شوف الأخطاء اللي حصلت بدونهم وشوف الأخطاء في التحكيم المصري هتلاقي المقارنة هتكون صالح التحكيم المصري لكن العقلية ومفهوم وثقافة اتجاه التحكيم الأمس القريب كان مباراة النجوم المصري الحكم الخامس احتسب رق الجزاء للنجوم الحكم ما شفهاش فإذا فيه إيجابيات وفيه سلبيات لكن فترة جاية هيتم تقييم التجربة بشكل جيد تقنيت في غير عمل كبير وإحنا بدأنا في هذه الكصة يمكن إحنا والمغرب الدولتين الواحدين في أفريكا اللي طلبوا من الفيفا والآيفاب المجلس دهو تشعيع تنظيم التقنية تطبيق التقنية عدد كبير منهم أفضل منهم قراءة صحيح يعني قراءة صحيح يعني عايزة أجانب الحكم أي ضغوط عليه وما يشتغلوا يتوقع الحكام برضو فئة ضعيفة ومستلعافة في جل الأبنين لكن بتغلط لكن انت بترسد له خطأ سابق بشعر كلام دهاش موجود موجود في استوتوى يعني سابق بربات جزمة ولا سابق بشعر كلام ده مش هم عندوش رفاهية دي خلينا نتكلم في أمانة الحكم وشجاعة هم دون معيارة للأسف احنا بنقيم الحكم وفقا لنتيجة المباراة يعني الكبار راضين خلاص ولا حك إن شاء الله حتى يكونوا عم بصائب والكبار مش بس الأهل وزمالك لا المصري على ملعبه كبير الإسماعيل لي على ملعبه كبير التحديث كان لديه على ملعبه كبير آه يعني كبير راضي خلاص لكن تعالى يعني فيه أخطاء كارثية عدت لو مست الأهل أو الزمالك كان زمانا تحدى اللعبة يعني روح طيب وإحنا برضو بنتكلم على الموضوع ده ومش حيفوتني مثلا إن أنا أسأل على التوقامة اللي حصلنا بيننا وما بين الاتحاد التونسي واللي بيها بيبقى عن تحكيم الأجنب اللي بيجي بيجي تلاتة وطاقم التحكيم العرب اللي بيجي بيجي تلاتة رأيك إيه؟ لا طبعا أنا رأيي طالما إن المسابقة شغالة بخمس حكام لازم تبتدي وتنتيب خمس حكام لما بدأت تكفق الفرص سواء الحاجات دي بتبقى إيجابية أو حاجات سلبية أنا مفعش الأسبوع مثلا بيبقى فيه 8 مطشاط 7 مطشاط يبقى فيهم حكم إضافي ومطش ما بيقاش فيه لنقدر لو مشكلة حصلت في المطشاط دي يقولك ليه؟ تبقى بيجيبتش الحكم إضافي ليه؟ ده من وجهة نظر أنا أما بالنسبة للتوأمة أنا مع توأمة أي فرقة يجي لي أي حكم من بره بس بشرط لازم يبقى أفضل من الحكم اللي عندي عشان أنا نستفيد منه إحنا السنة دي غير الحكام العرب اللي جم إحنا شفنا مستوى متدني من بعض حكام أوروبا اللي لعبوا بعض مبارات بيراميدز وكانت لهم أخطاء سازجة سازجة ما تحصلش مع حكم درجة تانية أو درجة تالتة ده ما يفيدش الحكم المصري يعني أنت بتجيب الحكم الأجنبية عشان يعلم الحكم المصري وينجح من المباراة أعتقد الحضار كيف تفتكر بالذكرة آخرها الأسبوع اللي فات أنا أقول ما نشوف حكم بيبط في العيب المصري اللي فات شرب لابني أو حتى كافتين شنوي قال كلما عجبتني قالك أحسن عشان يستاهل صحا يعني أخطاء برضو يمكن تكون غريبة شواء طب أنا بقى أسأل طيب على الجزئات دا كابتين فروة أنا عارف أنه برضو أنت كان عندك حظ أنك تشارك في مطشاط أهلي وزمالك هو إمتى هيبقى عندنا بجد ثقة في حكم مصري يحكم مطشو أهلي وزمالك كابتين احنا كنا ماشيين كويس قوي يعني المسلم اللي فات واللي قابله بدليل حكمنا مطشاط أهلي وزمالك وكانت القصة ماشي كويس جدا كنت أتمنى نتحدك رئيسان دا زي الفكرة وكان هيبقى قرار قوي جدا ويقول أن ما فيش مطشاط بحكام أجانب غير حتى لو هنستاسنا مطش أهلي وزمالك كنت بتتعاشي إزاي مع فكرة أن أنت بكرة رايح تحكم مطش أهلي وزمالك أقول لك كنت بتعاشي إزاي نتيجة ثقة لجنة الحكام والتحاض الكورة في التحكيم فده كان بينعكس علي كنت حاس لجنة الحكام فيها ثقة فينا كحكم مصري يتحكم اتحاض الكورة عنده ثقة أنه هو رفض استخدام حكام أجانب بتتولد عندي ثقة داخلية أنا بعد ربع ساعة في مباراة أهلي وزمالك أقسم بالله أنا كنت اعترضات اعترضات وخناقة حوالي منطقة الثمانتاشر وخناقة جوة من منطقة تتكلم برغم أن أنا بأعتبر محمد رحانفي أقدام مباراة كويسة جدا رغم الكلام ونفس القصة وأكتر من كده وتلاقي ما فيش حد بيعلق محدش بيتكلم فده برضو بيتعرف بيهدم الحكام المصري طيب سيبه الحكام المصري حكم صحيح ويدو له الفرصة لو حكم موتش أهلي وزمالك وعنده حتى أخطاء عشرين في المائة تلاتين في المائة هيجي بعد كده عشر خمستاشر ونبدأ نقل قصدي خمستاشر عشر خمسة وتبدأ القصة تمشي لكن بلاش التحكيم المصري هو اللي دايما ده أنا بشوف برامج جرياضية بيقعد الكلام على الحكم المصري على مثلا رامي التماس ربع ساعة يقعدوا يجيبوها ويتكلموا عليها إيه ده ما بيحصلش في الدنيا كلها الكلام ده كله أتمنى أن ترجع ساقط الحكام لأن أنا بقول أن من أسباب اهتزاز التحكيم يفقدان الحك والحكام لساقطوا في نفسهم هو ده اللي عمل مشاهلة كبيرة جدا طب إذا كان إحنا كابتن أيمن حكامنا بيحكموش المطشاط اللي هي مش القمة مش الأهلي والزمالك طب إزاي عبقى فيه ساقة وإمتى يرجعوا تاني يعني أنت برده أنا أسألك برده على الفترات اللي أنت حكمت فيها أهلي وزمالك بقيت كابتن بريم إحنا رجعنا يعني أنا كارليها الحظ طبعا أن أنا بعد 18 سنة قبل التحكيم المصري رجعت مع المبارات الأهلي والزمالك بعد 18 سنة بعد 18 سنة فأحنا أنا بقول لك إحنا ما استغللناش نجاح التحكيم المصري في المبارات الأهلي والزمالك وعشان كده أنا شايف أن فيها صعوبة جدا لأننا تحكيم المصري نجح فأول مباراة كان البنة كان الكابتن أبراهيم نور الدين كان البنة الرابع وكان الكابتن شريف صلاح وأنا كنت موجود معهم يرجع تاني التحكيم الأجنبي أنت بتتكلم النهاردة على المشاطة الأهلي والزمالك أبراهيم أنت أنا بكلمك النهاردة احنا في موسم من أكتر المواسم في تاريخ التحكيم المصري يتواجد فيها التحكيم الأجنبي من أكتر يحصل إيه أنت بتختار المشاطة الصعبة اللي عندك اللي في الدوري واللي بيتحكم في القصة دي الاتحاد هو المسؤول القصة المسؤول فأنت بتجيب المشاطة القوية عندك هم عملوا كده في تونس جابوا برضو المشاطة اللي ايه؟ قوية انت عندك هنا انت عندك اه مناولة انت عندك انت أنا فتحت خلاص ما هو فتحت مناولة انت عندك هنا عملت ايه؟ ما انت فتحت انت النهاردة بعدت جواب لجميع الاندية اللي عايز مفيش مشكلة بالزبط اللي بعدت لجميع فكل فرقة من حقها ان هي تجيب بقول لك رحبا القسم التاني في الأسبوع الأخيرة هتطلب حكام هتشوف القسم التاني مجموعة القاهرة هتطلب حكام أجانب في مطشاط لي طب المخرج من الموضوع ده ايه يا كابتا سامير برضو انت قدرت مطشاط أهلي وزمالك بص المخرج اللي بيحاكم مباراة حكام سودانيين عشان الاتحاد بيحافظ على حكامه اتحاد قوي انت عندك لو الاتحاد لازم يبقى جامد في ظاهر حكامه بعد النجاح بتعمدش الأهلي وزمالك زي ما ايمن قال ليه كنت لازم تكمل تكمل خلاص بعض المباراة الحساسة لما السنة دي انت عندك كل المباراة بيراميدز معظمة حكام أجانب وزي ما محمد فاروق انا بضم صوت ليه في مطشاط الهبوط او الصعود بتاع القسم الثاني قد برضو يبقى في حكام أجانب يطلبوا او حكام عرب ده مش في صالح الكورة مش في صالح التحكيم ايه برضو مش في صالح الكورة الحكام عنصر من عنصر التحكيم انا شايف لازم يبقى اتحاد الكورة يدي ثقة برضو للحكام والحكام برضو عليهم دور الحكام لازم يركزوا في المباراة ما انا مش معقولة برضو انا هفضل اوقف مع الحكم مع الحكم والحكم ما يركز لازم الحكم يركز عشان يقدر اتحاد الكورة يقف معنا طب هو ازاي برضو نساعد الحكم أكتر يعني شايف انه تطبيق الفار ده هيساعدنا ولا بص عادرتك تطبيق الـ VR اللي هم الاتحاد الدول اللي عملوا هيبقى صعب دلوقتي تطبيقه في مصر او مستحيل لنطبقه في الموسم ده تمام ما هو مستحيل ان هو تطبق طبعا انا مش هتكلم امكانات مادية الامكانات المادية كابتن ابراهيم موجودة في الاتحاد المصر وموجودة اي سبونسور اللي موجودين في الاتحاد الكورة انما انا انا هتكلم مين اللي هتضرب عليه مين اللي هتستخدمه انت لازم عندك طقم بقى في حكم VR موجود في الستوديو ومع تلاتة مساعدين ليه في الستوديو تمام ومع الاتصال اللي موجود في بيات الحكام كله دون لازم يفرق معنا كويس ايجابي ولا لا لا يفرق ايجابي طبعا بالفتق مع كابتن سمير طبعا يفرق ايجابي طبعا يعني على قل بس لازم بيبقى في تنصيق بينه وبين كابتن محمد فاروق طبعا لازم برضو يعني انت هو لا وفي حاجة تانية برضو لازم برضو نرجع على كابتن جمال برضو هنقض معاه وكابتن رودر بالتاجي وكابتن عصام لان برضو هي طبعا احنا حاجة واحدة لا بس انا اقول لك كابتن هي مش ما فيش شرط في حكم لا انت ممكن تلاتة عرب حكام دخلوا خلاص انت معك تمانية تمن تربطات ده مش ماتش كورة بص يا كابتن بكلمك بكل صراحة احنا ما فيش حاجة باكين عليها ليه لان احنا مفيش مصالح شخصية بالنسبة لنا مش داخلين عشان نزبط حاجات او نعمل حاجة يا سيدي الكلامك ده حلو بز الملعب في الا ما فيه هنا بقول لك هقول لك خلينا ما نجحتش ايه المشكلة له هتقلل من اسمنا ولا تاريخنا ما داخلت نجوم قبل كده وما نجحتش ايه المشكلة هتكون صرفت بقى دعاية مش مشكلة كبتن وهنقف والغيرت اخر اللحظة وهنعمل اللي علينا قالوا مش هيمسيكوا الجان لو نجحوا حد منهم لو كان موجود مش هيمسيكوا الجان طبعا متمسيكش لجل لا 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 يمكن معضو مجلس دارة يبقى مشكلة هو قالوا لي كده انا ما سألتهم السؤال ده المفروض طبعا طبعا تجيب حال ليه بقى تجيب لجنة محتلة حتدير انا جاي معهم ليه انا جاي معهم ليه اه عشان انا اللي تمسك اللجن يا فرهيمة ايو صح عشان تعرف ابو هادي ده طبعا لازمي موجود في الاماكن كلها ما ينفعش انا بقى رئيس اللجنة حكام ومين اللي هيحاسبني لعنى انا عوض مجلس دارة وفي رئيس اللجنة حكام وانا عوض مجلس دارة ورئيس اللجنة حكام رئيس اللجنة حكام لم يوفق او خطأ مين اللي هيشيله انا برضو مين اللي هيحاسبني زميلي مش منطقية انا وجهة نظر هنا قد يقول للتعدي المصري شايف حاجة تانية انا مش شايفها ولا يعرف استوعب لغاية دلوقتي لما المفروض اقضوا مجلس الادارة يشرف ممكن اه انا ما بيشرر رئيس اللجنة حكام انت عندك رئيس اللجنة حكام غلط هتشيله مين هيشيله انا هشيل نفسي بيسئل اسئلة صعب بس هو بتكلم كلام منطقه ومزبوط هو بتكلم صح يا وجه نزر كبسنير او اشوفكو يا رب كده في لجنة الحكام او اشوفكو اعظاما انا غير كلام مشكلة دي الحاجات لا بس واضح ان هي اصلا موضوع بين قصر على المجموعة معينة شكلها كده هي موجودة مثلا من طول العمر فمش عارف يعني يعني قصة غريبة جدا مش مش شرط يكون موجود محمد ولسامير ولا يحد بس احنا محتاجين يعني الدين لازم يكون فيها تغيير مش معقول مسلا يعني مسلا التحكيم المصري هي المجموعة دي ولا الدين هتفضل بالناس ده حاجة صراحة والله بصة زي ما محمد قال يعني الحمد لله الواحد لعبه اسمه والحمد لله كويس هالتمان سنين اللي تشالت ده يعني مدى الحياة يعني نخرج على القبر فوريفا مش معقول يعني مش حاجة يا متشال ايه مفتوح بقى خلاص اه انت خطر جنسية وكشة تخرج وده جميل ده لي شجعني اكتر اول واحد الا العجباء شايف الناس دول بقى ما شاء الله عبكرة كلهم عشان كده ان شاء الله يعني انا انا امكان انا بتكلم من مكاني لسعيد مصر الناس المحترم ولندية اللي انا عندي يعني عندي امل كبير انها تختار الاصلح اقسم بالله اللي بتكلم على محمد وانا يا سامير وانا يا حسد اتمنى لهم يبقوا موجودين بس يزي ما الكاب سامير لازم يبقى فيه اتفاق لازم الامور شوية كله يقعد مع بعضه هو كاب سامير يقصد يعني وده الصح من التجربة ان عضو مجلس الادارة المفروض للأسرة كلها تقعد اللي موجود اللي نجح ربنا يوفقه المشرف ده جوه المجلس بتحقق طلباته الحكام جوه المجلس كابتن عصام عمل حق يعني الحتة دي فاتت بتحكين كتير جدا على فكرة الامانة برضو عشان نبديله حقه جوه المجلس زمان عشان تكلم الفترات اللي فاتح اننا عاشتنا فترات ما كانش فيه حد من حكام كانت بتكتب طلب الحكام اي طلب الحكام بيخش جوه باخر حاجة يسيبوه في الاخر وبعد كده والكابتن سامير يهلم طبعا كانت كابتن محمود موجود في قصة راح تضع عليه فكانت طلبات الحكام حاليا في حاجات اتحققات ما وصلناش اهو كابتن عصام حقق نجحات وحقق حاجات لكن ما وصلناش للمرجو للتحكين يعني ما وصلناش دي حاجات حلوة هلما انتعارف دلوقتي اما مبارات الجونر كابتن عصام توصل ان طلب الحكام يسافر بالطيارة حلوة ماتشاط اسوان يسافر بالطيارة دي جميلة اهو انت لما اماتش في اسوان كنت بتسافره ايه على حسابك يعني اه عايما معفلو سيروح بالطيارة انا ماشي في له سيروح بالقطر اتكلم جدا ده لقاتي سلفات ايضا ده مش هزاري بس هو وصل دلوقتي عصام ما فتا عمل ايه عمل ديل كويس مع خطوط الطيران ماتشاط الجونر قولهم لها دي جديدة بعد ما كابتن شويرد اخر برد فلوس كامل ما ترفعت بردو ترفعت فاعدة كتناصاء يعني بردو الفلوس يعني فيه اجابات كتيرة كتناصاء فتا عملها بس انا كان نفسي اجابات دي كان ممكن يعمل بها اكتر واحسن بس لو ايه ما يدرش ما يدرش صحيح لسه عمده كلام كتير جدا مسخلان اروح لفاصل المرحلة الثالثة من حملة 100 مليون صحة ابتدت واحد مارس ومكملة لحد 30 ابريل في الدقالية الشرقية الغربية الجيزة المينيا انا والوادي اليديد يلا نزلك شفو اطمن على نفسك حملة 100 مليون صحة من وزارة الصحة مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروسي والكشف عن الامراض غير السارية وعشان انت اجمل هدية في جي حمية وطبا الهية على شارك كلنا جايين بقى احلى هدايا من راني اجمل الهدايا لكل الحباب من مولينكس هتلاقوها في رانين بابا وجدت واخويا واختي عارفت انك عشان نادختي وتعبتي وسهرتي سنين ويا ما جبت الما من رانين رانين عشرة سنين نفسك بقتك تبقى وفية تسحب فيها من غير حنية واعود وهوها 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 وهوه بس البقى فضية مهوية قاعدتي من غير نت خلت عقلي سحوي شد اللي بيحصل اللي ما شايفه نفس الباقة تقش وتسد عقلي شد القاعدة من غير نت تخلي العقلي شد اورنج كبرتلك بقات جو وخلت الميجا بايت سوفر وكمان الفورجي اللي هتستخدمه النهاردة هيرجعلك بكرة أربع أضعاف لما تكلم شباك أربعة شباك اورنج أسرع شبكة فاصل في البيت تدافت لا إستارة من بروش مفرش عروسة من بروش على أجمال موضة البيت مفروش في القلب طيب خليني بقى أتكلم معاكم عن القايمة الدولية ماشي كده للموسم ده بجميع الفئات حكام الساحة جاءت جريشة وابراهيم نور الدين ومحمود البنة ومحمد معروف وامين عمر واحمد الغندور ومحمد عادل والحكام المساعدين تحسين أبو السادات محمود أدي الأسماء بتاع حكم الساحر جهد جريشة وبر حيوم الدين والبنة ومعروف وعمين عمر وأحمد الغندر ومحمد عدي والحكم المساعدين بالله المفتقدين اسمكward شو وقد تحسين أبو السادات محمود أبو الرجال سمير جمال امت حسن خليل حكم الكرة القدم الشاطئية هنع رائي أحمد نوفل محمد سيد بخاطر مساعد حكم أطرا ده بيمسك سفارة. ده سفارة يعني. بس هي نقطة عد اتنق احكتين والله العظيمة. دول انا بحبهم جدا وربنا يكرمهم. بلعبوا كس عالم من دمونهم احمد حسن واغد اه من افضل سباح و كم عمو السؤال العالم. هلا احنا سؤال انا معرفوش بس جاوبولي عليه. احنا عندنا دولة كرة شطائية. ما مرة اللي يرحمه احمد حسن. Neighbor Israel 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 como you choose. كرة يج! найم نبقى صمالك! اه! رحمة الله عليك! هو انت بوكس jedes. الفوبرط! الفوبرط! رحمة الله عليك كابتن محمد حسان. آآ فجاله احد الحكام. جاله احد الحكام نسواج. فقال له كابتن انا 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 عايز اخش لكرة الشطائية. قال هابن انت عندك بحر! الامسواج لا انا لقد قليل. الان يقب عليك 않아요 لاindeكيب ب том سيديم. إذا كان لندخل التخابات ويدوسك. ستفر مع فرقول يومين دور قبالك ده داخل انتخابات ودوسك عندنا نير عندك نير طيب عايز اتكلم بقى على مين من الحكام استحقق مثلا مين من الحكام اللي انت كنت شايفه كابتن سمير استحقق حكام الساحة بقى محمد الحنفي ومحمد الصباحي كان لازم يكون موجودين في القائمة دي كان لازم ليه؟ انا بيختار الحق انت حضرك بتختار منتخب مصر ازاي كابتن مش افضل واحد لعب المسيب كله صح؟ مصبور افضل واحد لعب المسيب كله بتغضب انت اقمر انا عرفت انت تضحك على ايه؟ على نوم وورا واحدة وهي هو الاخر الحلة يا والله كيف حصني يا جات هو بصمم على حتة انا عرف هو مش عارف وقالك على الاخر الحلة يا كنت استمع لهم لا بس هو كان صريح هو كان صريح ولد جميل والله ولد جميل جدا وقالك على نوم وورا واحدة يعني جميل في صراحته او بتكلم او بتكلم على فتوح اشان بسأله بقول له انا والله مش عارف انا لعبت مبارا واحدة واختروني يعني ربنا وفقه سنك او بتكلم بقى على اله محمد داولي حضرتك بتختار افضل ناس لعب المسلم كله انت عندك اله استغفر الله عراضي عندك محمد العربي لعب مصر الاهلي والزمالك لعب مصر الاهلي والزمالك خليها شوف التقارير خليها شوف التقارير خليها شوف التقارير موسيقى 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 تجربة الحكم الإضافي الحقيقة لها شقيين الشق السلبي والشق إيجابي في حكام كتير جدا قاموا بشغلهم وأبوا مجيبهم واحتسبوا ركلات جزاء وألغوا أهداف وتعاملوا مع الحالات التحكمية بشكل مميز جدا وفي بعض الحكام عندهم بعض القصور في تطبيق يعني تقنية الحكم المساعد تقنية الفارف الدول المصري تقنية مكلفة جدا أعتقد بشهرة عشر ممكن يكون عندنا نقدر نعمل تقنية الفيديو وهتبقى على الأقل هتقلل الأخطاء بنسبة 80-85% ولكن مفيش حاجة أو مفيش تقنية هتتعمل في كل دوريات العالم القادمة والمستقبلية هتلغي الأخطاء التحكمية كاملة بندرس الموضوع كلجنة الحكام وكابتن عصام بدوره كعضو مجلس أو عضو مجلس إدارة ويكون مسؤول في نادي إن شاء الله اتحاد الكورة الفترة اللي جاية هيزود المستحقات المالية الخاصة بالحكام في الدور الممتاز وممتاز به وكسم الثالث حتى الشركات وحتى الهيئات بكل التخصصات تحاد الكورة هيزود المستحقات المالية دور الحكام الإضافي إن هو بيساعد الحكام في اتخاذ الكورة إحنا وضحنا للحكام إنت تتدخل بالقرار لما يكون حكام بعيد وما عنده يزود رؤية واضحة أعتقد إن الحكام طبقت بشكل كويس قوي قوي في المطشين اللي فاتوا أعتقد ماتش الداخلية والجونة وماتش حرص حضو بترجيت بشيت طبعاً من الحكام محمد مايو محمد صلح الفتاح سيدة عبدالله أحمد توفيق طلب كل الحكام دي في الحقيقة طبعاً قدموا للمزج متميز في التعاومة بين الحكام والحكام من مساعد الأضافة دي رجع لاتحاد القرار وطبعاً دي تبقى يعني عاوز أقول إن دي مهمة جداً أنت بتاخد موافقة ما فيش كلام من اتحاد الدولي لقد القدم بتاخد من الإيفاب المجلس الدول التشريع بتاخد الموافقة أولاً وبتبتدي تشوف في الشركات اللي هي هتطبق التقنية لأن الموضوع مش موضوع سهل إن كنت محتاج يعني إمكانات كبيرة وبالإضافة طبعاً إن كنت هتضرب كمان الناس اللي هي هتشتغل على هذه التقنية الموضوع هياخد طبعاً فترة ودي خاصة بتحاد القرار إن شاء الله نتمنى إن هو ياخد فيها قرار تجربة الحكم الخامس في مصر عملت مشاكل كتير في الدوري يعني نسبة نجاحها ما تكملش 20% طبقاً العدد القرارات المهمة والمؤسرة في المباريات الدوري والله أشاهد في النهاية مش هتتنفس في الدوري المصري لأن احنا بنطلع بحديث كوم وفلاش يعني على طول وتهديع للرأي العام لما إحنا نجيب إحنا نجيب سماعات تليق بالدوري المصري من السماعات التليفون بيديروا بيها لحكام الدوري حالياً ما نجيب سماعات على أعلى مستوى لبقى نفكر نجيب التقنية الأعلى إذا كان إحنا مش عارفين نجيب سماعات كويسة هنجيب تقنية الفار اللي بتتكلف ملايين الجنيهات المفروض إن إحنا بنعلى ولكن للأسف إحنا بنصغر تجربة الحكام الأجانب دي نتكة عن سوق إدارة للتحكيم عدم ثقة في التحكيم المصري الظلم اللي وقع على على الحكام بعض الحكام المصدومين نتج عنه إن الحكام في الملعب ما بتشوفش قرارات سهلة جداً ما يختلفش عليها تنين فكان طبيعي إن يتم استدعاء حكام أجانب التحكيم المصري كان وما زال وسيبقى التحكيم الأفضل في الوطن العربي وأفريقيا زي تعد حكامك فنياً وزهنياً ومعنوياً لإدارة المباريات وده اللي فشلت فيه لجنة الحكام وفشل فيه اتحاد القرى من بداية الموسم عندنا حكام تقدر تلعب تحت الضغط جماهيري عندنا حكام تقدر إنها تدير الدوري على أعلى مستوى لكن جهز لهم الجو الأول اللي يقدروا عليه يديره الفار هو مش هيجي هو هيكون الملاز لأ هيكون في أخطاء برضو في وجود الفار وكان موجود أخطاء في كس العالم في وجود الفار لكن إحنا بنحاول دايماً وأبداً نهد الرأي العام ومعتقدش إن تجربة الفار في مصر هتنجح والله السندبيس يتحول للتحقيق وقبل ما يتحول السندبيس للتحقيق كان فيه ناس كتير مفروضة اللي يتحقق معاها وإذا كان فيه قرار بمنع الحكام من العمل في الأندية في إنه هما ما يحكموش ما أعتقدش إنه هيلاقوا حكام في مصر طبعاً قرار ما ينفعش طول عمره اللي بيشتغل في نادي ما بيلعبش للنادي أو ما بيلعبش للمجموعة اللي في النادي موسيقى 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 المرحلة الثالثة من حملة 100 مليون صحة ابتدت 1 مارس ومكملة لحد 30 أبريل في الدعالية، الشرقية، الغربية، الجيزة، المينيا، إنا والوادي الجديد يلا نزلك شف واتطمن على نفسك حملة 100 مليون صحة من وزارة الصحة مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروسي والكشف عن الأمراض غير السارية قعدتي من غرهتك، خلت عقلي سحوي شد اللي بيحصل كل ما شايفه نفس الباقة تقش وتسد أورنج كبرتلك باقات جو وخلت الميجا بايت سوبر وكمان الفورجي اللي تستخدمه النهاردة هيرجعلك بكرة أربع أضعاف لما تكلم شباك أربعة شباك أورنج أسرع شبكة في مصر وعشان أنت أكبر هدية في جي حنية وطبة إلهية على شارك كلنا جايين بقى أحلى هدايا من رانين أجمل الهدايا لكل الحباب من في لبس الضبان أي تو هتلاقوها في رانين ووجدت واخويا وأختي عارفت إنك عشان لدختي وتعبتي وسهرتي سنين يا ما جبت لنا من رانين رانين عشرة سنين للإعلان على شبكة تلفزيون النهار الوكيل الإعلاني ميديا لين الاتصال على الأرقام التالية ترجمة نانسي قنقر أنا عايز أقول لكم إن الحوار اللي في الفاصل يعني حوار حوار مهم جدا تلي بقى أنت أول واحد طباقة الفار أول واحد طباقة الفار وكان معي محمد الحنفي موجود معايا على فكرة أنا قلتها قبل كده وكان الكابت رصام زعل طبعاً وكانت رصام فتاح ملوش نعمل الموضوع هو اكتهد إنه يعمل حاجة زي كده بس طبعاً التقنية والتلفزيون والناس اللي موجودة آآ كانت حاجة جديدة آآ ففي آخر دقيقتين كابتن محمد تلفزيون انتو أول حاجة من تلفزيون موليتور ده ناشر بوصة موليتور ده جبتوه منين ده أنا والله فوجيت إنه موجود في الملعب يعني أنا كنت متوقع على شاشة كبيرة بس ما كانش فيه إمكانيات فكان موجود التلفزيون ده آآ في آخر المباراة موصلينه بإيريال؟ إيريال وسلوك وبتاعة وحكاً حاجات جداً فيش والسوق كتير جداً أنا أول الفاصل بتانية بريد لا ما تلاقش المهم جاليس تدعم كابتن محمد حانف يكلمني وقال لي تعالى نشوف اللعبة دي هل تستوي بفزر واللقفة آآ فجيت بسرعة طبعاً فبص مع الحمد عشان شوف اللعبة فلاقيتنا إحنا يتنقل في التلفزيون طبعاً ففزلت عشان يجيب اللعبة وشوف عشان يجيب اللعبة عشان يشوف اللعبة نفسك طبعاً في التلفزيون اه طبعاً لقيت ما جات اللعبة بقى ونجحتي تاني جات في الاعادة جات في الاعادة بس طبعاً ده كان برضو خلينا برضو زي ما بقول نقل برضو في إيجاب كان برضو موجود من كابتن عصام اني كان عاوز يعني يوصل يوصل رسالة اللي احنا بنجتهد عشان نعمل الضوارة او بصورة مقربة نجتهد ايه من الفيفا اول لما عارفت الموضوع رح وقفل لنا الموضوع كيف بقفل لنا كان موجود فن نادي او هم كانوا مبلغين يجيبوا تلفزيون اكيد طبعاً يعني مش محورنا نتلك نطبقى البارة على الراديو اه ہے اه رح كان برفغض نرجع لموضوعي أعايز تقول حاجة في الموضوع ده قبل ما نرجع لقيمة الدولية كفية فارضا كفية بقى كفية موضوع الفارضا قيمة الدولية يا شاف انا ع merging غ viver imagined بعantic بقى لنا اروح الكببة القيمة الدولية شاف مين كان استحاق ام ما يذكرنا السبعه اسماء شايف منك أنا ستحق أنضم لها؟ طبعا محمد الحنفي أنا شايف أن محمد الحنفي من أفضل حكام الموجودة في مصر فنياً وخلوقياً محمد الصباحي برضو الصباحي والحنفي طيب أنت متفق مع كابت سمير طبعا أنا كابتل وكل حكام مصر عارف أن محمد الحنفي رقام وعد كان لازم يكون موجود في القائمة الدولية محمد الصباحي برضو أدى ده كويس جداً كابتل الأيم يعني أنا شايف برضو نفس القصة مش أختلف في الفترة ديت كان محمد الحنفي ومحمد الصباحي ويضاف عليهم برضو ويمكن هو حصل له أصابة أو لحاجة طريق مجد يعني من دون الحكام اللي هما السندي بيقضوا شكل قويس جداً لكن هي قصة كابتل أبراهيم يعني طبعا أنا يعني إحنا ممكن إحنا قريبين أهو بتاع بس أنت مش في المطبخ في يعني أنا وقايع في حاجات بتحصل أنا يمكن كابت سمير كابتل محمد في حاجات اللي هاي دلوقتي بتحصل أنت ما بتفهمهاش ما بتفهمهاش يعني مثلا أنا أتكلم على قائمة المساعدين يمكن أنا حصل في السنين طبعا كنت مع سام أخ عزيز والعبنا مع بعض بره والعبنا مع بعض جوه حصل حسيت وأنا في آخر مش أفتح في الموضوع بس حسيت أن أنا في آخر ثلاث سنين أنا بعدما السن فتح في 2015 فأنا خدت سنتين يمكن أنا الوحيد في مصر اللي خدت سنتين بعد السن فحسيت أن أنا في الفترة فأنا في الفترة الأخيرة دي حسيت أن هما أنت في فترة كنت ماشي كويس جدا يعني كنت أنا طبعا نزام حتى أتك عارب محدش فيهم لعب مثلا بطولة لجاءت النهاردة مفيش حد مساعد من اللي موجودين راح بطولة فيفا لجاءت دلوقتي أنا لعبت ممكن كولومبيا 2011 لجاءت دلوقتي مفيش مساعد راحوا أفريقيا محدش راح فيفا ففجأت مثلا أنا لما أن أنت في رغبة كان في رغبة أن أنت تخرج في السنتين الأولين ومع ذلك كنت أكمل كان في رغبة لما يجي حد يخش المفروض أنا لما أجي أدخل ما احترامنا اللي بيخش أدخل حد مثلا مواصفات حد صغير يعني لما يكونوا اتنين في مستوى واحد أو ثلاثة في مستوى واحد هتعمل إيه؟ هتأخذ الزغاير أي من طلع ففجأت أن أنت مثلا ما تقولي بالأسماء بقى من أنت عملت رقصني بقى لك شواء يعني أنا مثلا إما خرقت مثلا كان في مساعد آه هنقف فتح أكن مساعد كان فيه ثلاثة أربعة حكم مساعدين يعني كهير عمر فتحي عشان ما نزاش حد فيه ثلاثة أربعة كان مساعد في نفس المستوى كويس المفروض المدخل بقى اختر ما كانش فيه فوارد ها هدخل الزغاير بقى صحيح في الفترة دي اه فكتعلامة يستفهم أنه ما كانش عندي يعني مش موجود التفاصيلها في حاجات في حاجات بتحصل في الجرة في المغلقة حاجات بتحصل في القائمة الدولية في الجرة في المغلقة احنا ما عندناش علم بيها قائمة الدولية معاييرها ايه؟ معاييرها لازم أنا موجود نظري فنية رقم واحد فنية فنية رقم واحد الاختبارات اللي اسمها اختبارات الورنر اللي أقل بدنية هي مهمة لازم نكتزها تمام بس الفين هي رقم واحد عندنا سبع من القائمة الدولية دول فيهم ممكن ستة يروح كاسعالم يعني انت عندك طبعا جهاد راح الحمد لله محمود البنة حكم مهوب ممكن جدا يروح بطولات كبيرة محمد معروف عنده فرصة كبيرة جدا ونازم نقف معاه خاصة انه نصنه صغير أمين عمر ماشي بترية كويسة جدا وأتوقع وأتوقع أنه ممكن يلعب فوق موافراكة اللي جاية أحمد الغندور عمل موبارات رائعة برضو الفترة اللي جاية وفين سامير غاني محمد عادل محمد عادل بيأدي محمد عادل طبعا ربنا يوفا بس هولا انت قلت كلمة حضرتك كويسة التليزيون ده بطل أصل مش بيطل هو مين اللي وفاره أجل عنه يا لابا كانت تستحق اللي انت راح هو مش فكرة أصلا ايوة لأ ما تستحق أنا سأتكلمتك فاروق صح استناني بس استناني في حتى هنا اللعبة دي كانت تستحق أم الله عنا دهلك ليه لا احنا كنا عايزين نعمل برضو نوصل صورة للناس إن في لا والله والله باتكلم بكل أعمال اللي لابد كانتك بجد والله هنتكلم القانون بقى ايه على كارت بينا على كارت انزار أو طرد او طرد او طرد نزار طب القانون بيقولي بقى في الفار يطرد مباشي يطرد خطأ ايه هدف سليم ايه هدف او راق الجزاء او لا راق الجزاء شبه البار احنا كنا بنتكلم اللي احنا عايزين ندي إحاء للناس إن في حاجة احنا بناس عليها بعد كده يعني البار مسلا الموسم القادم العالم الموسم القادم والله والله باتكلم بجد الناس كلام ممكن نعبوا في بطلات قرية عندهم كانت كويسة جدا كنت أتمنى في القامة دي يبقى فيها طبعا الحنفي وفيها وفيها احنا قلنا مين تاني صباح 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 طيب هسألك بقى على القائمة اللي المفروض هتروح أو التاقم اللي هيروح بطولة الأمم من الإفريقية جهات جريشا اللي متوقع على مين يا مين بص يا كابتن جهات جريشا ومساعد تاني مش عايزة أقول أسماء يعني دول بنسبة مية في المية لا قول أحمد حسام طهب تغالي لا بس هو دايما المعتاد إن الاتنين تنهيجوها طبعا هيبقى فيه منافسة صعبة جدا أي أمين اللي بيحكم هنا المنافسة دي مين اللي بيحكمها أو مين اللي بيختار اختيارات بس كده عندهم فرصة كبيرة جدا يلعب بطولات أمين عمر نفس الكلام محمود البن بعتبره الحاكم الموهوب وحاكم كويس جدا فهتبقى فيه فرصة صعبة فيه فرصة للتنافس بطولة شباب الشعب بطولات أفريقيا ماشي وممكن تحسينيبها زيادة معهم انا بتكلم دولئتي أمين عمر آخر حكم دولئتي لعب بطولة الشباب مصبوط والغلط شو بتاعب؟ البن لعب البن لعب لعب بطولة لعب بطولة وهو معروف لعب بطولة السن بتاحها إيه الشباب هي هي الشباب هو نش هي واحدة السب Señير لا 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 أمين عمر لسه رجع من بطولة يا جماعة الشباب بطولة الشباب وكلمين معاه السب Señير جمiscilla بس دول لعبوا إيه قبل النهائي ده السن اللي قابل الفيرس تيم اللي هو بتاع الدرقلون يعني طيب يبقى احمد انتم متفقين على جهاده محمود ابو الرجال وامين عمر وسامير جمال وتحسين ابو السادات ولو البنة خد فرصة طبعا يبقى مشارك معهم طبعا وحمد حسام احمد حسام مادة صراح برضو احمد حسام مادة ومتشاطر طبعا طيب انا عايز اقول حاجة برضو يعني برضو عشان ما ندي كابتن عصام حقه وجود الكابتن عصام في لنجلة حقام افريقيا دي خدم التحكيم المصري كابتن محمد وكابتن سامير الحتة دي من خدم التواجد في عاجات كتير يعني هتديك وقاع عنا قبل كده الامور كتقل من كده بكتير يعني دلوقتي انا شايف ان الدعم للحكام وفرصهم اكبر من الوقت بتاعنا يعني انا في 2011 كابتن مراهيم غينيا والجابون كنت موجود في النخبة غينيا والجابون وكل موجود انا وشريف صراح مساعدين وكان جهات جريش وكان الكابتن محمد المهم شريف صراح اسجات لقصابة وانا نجحت باركولي قال له انت رايح كاسل اممه كنت انا وجده كتن مصر مش موجودة في البطولة ايو كتن مصر ودي الحالة يعني ما حصلتش قبل كده لو كابتن عصام كان موجود ساعتها او موجود حد من مصر المهم جهات راح لوحده ما راحش حد مساعد خالص في البطولة ديت برغم ان كان فيه 24 مساعد استبعدوا 4 مساعدين منهم امور لما بيبقى ليك دعم ليك دعم جوى اللجنة وانت كويس يقدر ان انت تمشي فهو الالت كتن عصام موجود فهو دعمه لحكام المصريين حكمت متشاط في افريق خلاص احنا وقتين انتهى بس انا عايزة اعرف منك حكمت متشاط في افريق اخبار السحر الشعوزة ايه في الملعب هنا اه كان مرة كان عندي انبال نيجيري وكوتوكو بطل غانا تمام فاحنا دخلين في القوض فقالت بتاع كوتوكو هو اللي جاي بيعترض ان فيه مية في القوضة وبتاع ورشين حاجاته وبتاع فانا طبعا يعني هنا انا صدرت لها المرائب بس في القوضة عندنا برضو كان فيه مية فقالونا ياريت احنا بنروح بالترينج وبتاع فقال لا ما تعلقهوش بقى يعني خلوه جوى الشرط بس ما اعتقدش انا بصراحة مش يعني باقومن بيها قوي في الحتة دي في افريقيا يعني انت خلاص بتقرأ القرآن وبتقرأ وبتتوقع على الله ما فيش مواقف فاكيرها مواقف طريفة انا فاكيرك اقول ما عايش عاوزه ولا مواقف لكاب سمير كاب سمير انا خلاص هو ايه اللي بقى اولا ولا ايهيمة ولا انت عايز زعالي كده لا اقول الله ما عايز ازعالي مرة كابتن سمير عصمان كنا في مباراة مع كابتن احمد عودة برا ام وكان سبب يعني سبب علمى فايز ذكبتن noah mad عودة في المباراة اه فكابتن هو احمد عودة طبعا ات عرف قبل ما اروحي لمباراة كابتن فاروق بنعمل اجتماع فني يعني اه فكابتن احمد عود الكابتن احمد عودة طبعا قالنا لينا يا جماعة المغ شن delta نيشي الساعة اربعة يا كابتن ابراهيم اه قبل مطروح الماتش انت تريح العاكم اللي معك نفسياً يعني موروح. فطبعاً جينا 9 ساعة 2 ونص فطبعاً انا. انا وايما خرجنا. قلت اللي. بص سؤالك ليه. ماتش. تصفيات ام ابو فوق الشباب تحت 17 سنة. اصلاً البلد اللي احنا فيها مش عارفين ان احنا جيين عندنا ماتش. عشان كان جزائر عندنا ماتش وكود ديفور في العاصمة الجزائر. احنا كنا بنلعب في استاد 8 اغسطس. تمام? فكابتن حوض طبعاً حبيبنا وكل حاجة مراكزة اوف ماتش. حدش عارف ان احنا جيين اصلاً. ولا في جمهور ولا في اي حاجة. فكابتن حوض طبعاً انا وايما خرجنا براً. وجناله بقى وروحنا مع بزعلان جداً. انتو مجيتوش بتاع. فنخلص يا كابتن احمد ايه ده وحاك علينا بتاع. لأ. طب تعال يا كابتن نطلع ننزخنا معك. لأ. يا كابتن نطلع ننزخنا معك. لأ. يا كابتن نطلع ننزخنا. قال لا. بسبب سبير يا كابتن قبل. برضو مش عوازة برضو كابتن موقف الطريفة. مرة كنت معكبت انها سامع فتاح في الهيبطولة افريقيا. مم. ودائما قبل المبرة انت بتروح اه تراجع الجوازات السفر. اه. الفرقة الموضيفة كانت غريبة من اه مزين بحاجة زي كده يعني. مم. فاضينا ندور عليه مش خط اللبس. مم. وجيتني اليوم وعديك في حتة كده خالص بعيدة. اه والله العظيم. وخايفين هم خايفين من السحل كل حد اعمل لهم ساحل. اه. واعدين في مكان لا يليق اصلا بحد دي قعد في يعني. خايفين يعود. خايفين يخشوا قط اللبس. اه. بعد ما عادنا ندور عنهم تاربية ساعة. سوريا. اه. موقف سوريا. اه. موقف سوريا. اه. في البطولة العربية. اه. يعني طبعا انا في ما كفت عن نجل السحل والترجة. مش اقدر عيده. عشان النهاية دي ابن اه ايمن بيزعر. موقف سوريا. موقف سوريا. طب موقف سوريا كان عندنا في البطولة العربية كان القادسية اعتقد وال. وحمد جرح. ومرائب بعد كثيرا. وحمد جرح فجلنا مرائب. تمام? شدنا. يعني احنا لسه رايحين. فقال لنا بكرة وصبح عندكم اختبار كوبر. من اختبار كوبر احنا مش جيين في بطولة. احنا جيين في مطش بكرة ورجعين. قال لا تجروا ورحكم بتوات سوريا. قلت له مش هنجر. يالن رأي. بقول لي زمايلك بقى. انا بكتب التقريب بتاعي. اما اروح الفندق. بجيب معي احمد الجرح. ايه. المام الراجل ده داخل الحمام. اه. الباب اتقفل. الجرح الاول ايه. الجرح دخل اول. قال ما حدش يا جماعة يخشوا ايه. اخرجنا ايه. اه. خرجنا الجرح. فقال لنا. اخرجنا من دشكلة يعني قبل. احنا زلنا نستفى خلاص. اه. ما حدش في التحكيم كلمنا في الاندخامات. كلا حاجة. كلمنا في كل حاجة واتمنى ان شاء الله بازن الله لا امور تتحسن. ان شاء الله فقط لجائن. طبعا انا كابتن من التوفير لتحكم المصري لنجاح التحكم. للنجاح المسابقة. وفي الاول وفي الاخر يعود على القرى المصرية. ما يتمنى النجاح لنتحكم المصري بيصد بطولة موفقة. تنظميا وفينيا لمصリ. ان شاء الله ابتlledية civر اتاجة. ان شاء الله وتنجح ازيي ما تعودن دايما النجاح لمصر في كل إن شاء الله بإذن الله كابسامير بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونوارتنا شرف لي يا كرتين كابسامير بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونوارتنا كابتن آمن بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونوارتنا ودايما بتشرف أنا معك حديث بنا خليك يا رب بشكرك شكرا جزيلا وبشكر حضرتكم طبعا شكرا جزيلا وبشكر كل فريق العمل ده الكامل حلقتنا خلصت النهاردة من نمبر ون لما إن شاء الله بإذن الله بكرة لقاء متجدد نفسي معت ان شاء الله لو في العمر بقية الساعة 11 تصبحها على الف خير سلام عليكم هذا البغمانج برعاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الكهرباء نشوف لزي ما احنا عادين كده والمصانع دي تشتغل ما بقاش في عندها مشكلة احنا بنعمل تطوير كبير في الشبكة انه يجي يعمل في مصر ويعمل من قسس مراته بمنتهى اليسر اقتداء من يوميا 2015 لن يحدث الحمد لله تخفيف اعمال ولا واحد ميجا من ذلك اليوم حتى الان المصريين ارادوا الجد انه هما يغيروا الواقع بتاحهم كلنا طبعا مهتمين بموضوع التعديلات الدستورية اللي بينقشها مجلس النواب الفترة دي بس قبل ما نتكلم عن ايه هي التعديلات خلينا اشرح لك ليه هنعدل الدستور فاكرين وقت وضع دستور 2014 والظروف اللي حصلت ساعتها من مظاهرات واعمال ارهابية ومطالف فقوية وشد وجزء من اطراف كتير دستور 2014 زيه زي كل دستير العالم نص على طريق التعديل وده لان الدستير صناعة بشرية بزي مقالة المحكمة الدستورية العليا ان الدستور وثيقة تقدمية نابدة للحياة ليتقف عن اوجه تطور والتقدم يعني زي ما الشعب وافق عليه قبل كده من حقه يقول كلمته ويعدله وكمان يعدل اي مادة فيه علشان تتواكب مع العصر وعلشان كده كل دول العالم بتعدل دستورها كل كم سنة دولة زي فرنسا مثلا عدلت دستورها 24 مرة مش بس كده اول تعديل تم بعدها أقل من سنتين من وضع الدستور في عام 1958 وقولك كمان دي عدلت الدستور 3 مرات في سنة واحدة طب عارف امريكا عدلت دستورها كم مرة؟ 27 مرة طب وقلمانيا عدلتو 62 مرة عاوز اقولك ان الدستور وثيقة مش الهية وعلشان كده بتتعدل علشان نحقق ضمانات اكتر والشعب بس هو اللي حقه يرفض او يوافق عاد تعديلات يعني الشعب صاحب الكلمة الاخيرة في حلقتنا اللي جاية هنشرح لك مضموم كل تعديل لان دا واجبنا زي ما واجب عليك تقراها وتفهمها كويس علشان ما تديش فرصة لحد يضحك عليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وإحنا في زمن مدي وكله على يدي دا حنا في زمن مدي وكله على يدي مدام الجيب قضص مليان كده خلصت الحسابات يا ما قال لي بتأوجاع يا ما غيرت أوضاع يا ما رخصت غليل يا ما بينت أنواع يا ما فتحت أبواب يا ما قفلت أبواب يا ما خربت في بيوت يا ما طمعت بياع ما داي ماشي ما داي ماشي يا اللي انت فاكر إنها دايما ما داي ماشي ما داي ماشي ما داي ماشي يا اللي في طريق غلط على طول كده ماشي يا ما ناس كتيرة تبهدرت وفلصها على الأرض ترامت واتقلبت واتكعملت وربنا داها افتلت ويناس بتحملت وطاها ما بتشتكيش من فقرها تقول لها وتعد لها مش فرا أبدا عندها ما داي ماشي ما داي ماشي يا اللي في طريق غلط على طول كده ماشي ما داي ماشي يا اللي الفلوس عم يعنكو بتبصوا دايما تحتيكوا ما اتبعوش اللي شريكوا وتبقوا منظرها رفاضي من كتر ما تحط علينا بربنا حصنا بيدنا قدينا بالهم رضيما والهم دايما مش راضي زماني الحتان وارانة فرهي وخدع وكيانة رسمينا على بعض الضيما والحب مجوانة أمن لضيع عمره مغلوب يا نص على عمره تعبى بعيني من صدره مش حاسسينه معاني مداي ماشي مداي ماشي يال انت فاكر انها دايما مداي ماشي مداي ماشي مداي ماشي ياللي فتاري غلط على تلك نماشي هذا المسلسل برعاية يا رب يا ساتر مجيدك على رأسي الله يا محرم بي فضل يعملوا عشب نحن لسه هنهود مش هنهود ولا حاجة هنبشي خلاص فضل ام حرم بي شكرا فضل يا بي حسن اخوي ازنك تعرفه محرم بي انا طبعا عرفه لكن هو ما يفتكرنيش محرم بي صاحب ابوك الله يرحمه الروح بالروح تعرف الصراية اللي في اخر البلد مكفولة ايوة الصراية داي طبقه بتاعك محرم بي نورت البلد انا كان بنو بنبوك شوال كتير افهمك انا كل حاجة ما ستستعز للعشة لا 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 عشة ايه بقى اصلا احنا جاي من المطار علينا على طول احنا هيدوبك ما روح نسترية لا تروح فين دبتي هنه وعدين هتلاقي الصراية فيها اقتراب كتير وعايز تتنظف بكرة الصبح ان شاء الله هبعد لك حد ينظفها عشان توجد فيها على رواجة انا بعدت الناس نظفهم اني وين ثلاثة بقولك ايه انا عزمك بكرة على الغداء بقيت حسن معك تحت امرك يا محرم بيه طيب احسا زياني انبقى فضل يا محرم بيه فضل 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 بيه يا ربي يا ساد فضل بحرم بيه البقاء اللي اللي ونعمة بالله منجلكوش في حاجة عيفشة شكرا سلام عليكم سلام عليكم بقاء فضل 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 في النادي يا مروان ايه فضل 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 مروان لهم قلتش نادية فين انا مضطر افتش البيت كله ومش همشي لو هي معايا بيه اجد رجل تستند لو الصبح ولا ايه العموم نجيجا واحدة وابع مياك عطل بامور مراوان هتسلمه الندية هايزة نعمل يا زينب انا مش عايزةك تعمل حاجة انا بس عايزة اعرف انت بتفكر في اي دلوقتي فيجي الرحالة بالتنين لما يدفنها بيدي او اسلمها لهم زينب نعم تزعلانهم اتضايقة علشانها مش اكده طب هي اللي عملته دائية انا زعلانهم اتضايقة علشانها جدا وعارف ان انا مش هينفى اقولك سمح بس يا مراوان لازم تبقى عارف ان الجرح اللي في قلبك علشان خاطر ابوك هو نفسه الجرح اللي في قلبك علشان خاطر ابوه المفروض ان احنا الكبار كانوا علمونا ازاي نحب بعض ازاي نعيش مع بعض المرتحين وكتفنا في كتف بعض بس الاسف دا ما حصلش واحنا دلوقتي بندفع زنب من زنبنا اعمل اللي انت شايفه صح يا مراوان مش انا اللي هقولك اعملي بس انت لازم تبقى فاهم النادية ضحاية مش مجرمة صدقني يا مراوان هذا المسلسل برعاية تألقي بشعر نعم طول اليوم وريحة جميلة تجدد تقطك مرة بعد مرة مهما رحتي اي مكان ومهما عملت في يومك جديد سانتلك بالمكونات الطبيعية نعومة ورائحة جميلة تدوم 24 ساعة ما تخليش حاجة تقف طريقك مع شعر نعم وريحة جميلة على طول طفل السرطان السعيد حرام يسيبه يسافر 14 ساعة رايح و14 ساعة راجع طفل سرطان السعيد حرام يتغرب ويسيب اسرته طفل سرطان السعيد صعب يقف في طوابير المرحلة الثالثة من مستشفى السعيد للسرطان مستشفى شفا الأرمان بتعمل أول قسم في السعيد كله متخصص لعلاج أطفال سرطان السعيد شارك بسهم الشفا في زكاة أو صدقة أو صدقة جرية بمية جنيه بس عشان صعيد بلا سرطان إن شاء الله اتبرع والتصد دلوقتي بتسعتاشر أربعة خمسة وخمسين يصلك من دوبنا لحد باب البيت نو زيت يون دو زيت رانجي سودان تورنيزان نامان كامين بعتورها الفرنسية الجديدة كل اللحظة معاك ما تتنسيش جيسوا براحاتكم منينيوكلك جيس ده حضروا ياه جرب عليه ده حضر ياه هاكل منك حسر أجلى 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 نسيب الحاجة بجا مش هلاخدهم؟ احنا من مقتب نشتري احنا بنجيز بس عيلين يتمرمغوا في خيرك أبرك من قرطة عيال ما تعرفش تصرف عليهم السند مش في العدد اتنين كفاية زي ما بهتم بصحة وقوة جسمي قوة شعري أكيد مهمة لا شيء لأخفين خير الجديد بمغازيات فروة الرأس حكاية بيقدم لك نظام حكاية للعيلة هيخليكم تكلموا بعض ببلاش وهينقلكم على باقة شهرية واحدة وهتقسموا وحدات الباقة ما بينكم كل واحد يستخدمها زي ما هو عاوز اتصل بخمسة اتنين خمسة وحول النظام حكاية للعيلة الجديدة حكاية نهلة تاني الشمس معاك في كل حتة بتروحيها حتى لو انت في الضلة تأثيرها هيفضل معاك وأشعة الشمس هتخلي مشيك دركتين مختلفتين فيرند لوفلي مالتي فيتومين هيحمي بشرتك من الشمس وهيوحد لونها وكمان هيخليها منورة وناظرة ودعي بشرة مش موحدة ورحبي بشرة منورة لاكس بزيت الزهور اكتر من مجرد بشرة نامة عدر قوي دوم طول اليوم تديني الثقة اعبر عن نفسي اكتر انا اكتر من مجرد وش جميل انا اكتر عشان عيز انجح انا اكتر عشان عندي طموح رحبوا بخبيرة الازياء الثانية انا اكتر لاني نسقى ان نقدر نبقى تحت الاضواء لاكس جمالك واكتر ده اخر انجاب من المشايك اللي بتواجه السيدات كتير جدا دلوقتي اللقاء الاول بينك وبين المريض بنشوف مشكلته مش نسمع هو عايز يعمل ايه وليه انا بقحمل الطبيب هو المسئولية كاملة اتجاه خطة العلاق ما معنى الفاتي ليبر او اناش ممكن ده اكتر موضوع شائك بس الضحكة الحلوة اكيد محتاجة سنان حلوة قنوات فلو ازاي بتؤثر على عملية الحقن المكان ما زالت البطن هي زي ما بيقولوا المغناطيس لشد الظهور شاهدين هنتكلم في كل الكلام واكتر كمان ازاي الصحة من السبت الى الخميس الثانية عشرة ظهرا على النهار اخد راجل اصغر مني حيحسسني اني يونج الرجل كما يشار والمرأة كما تبدو كن عامل ازاي رجل احلامك فتح احلامك انا عندي نقطة ضعف تجاه الرجالة الكبار في السلم انت صبية ونعمة يعلم ده في جاذبية لا تقوم اتعرضت للتحرش من قبل بعض الاشخاص وجهت ده كتير من وراء هذه المواقف خسرت وظائف كتير قوي مش كتير بس تعجبين انت كشخصية قلبا وقالبا ما يكلش معاي خالصة رجالة كده اتي بتخوفي الرجالة مني طافر العبدين او عمرتياب بتختارين بين الشخصتين دول سمعي مني فلسة بس اتعوالش ما زال الشنب بالنسبة ليه نقطة ضعف ما فيش راجل يسفحات اطع الرجالة اطع الرجالة اطع الرجالة مع رغضة شلوب الجمع التاسعة والنصف مسافا على النهار هذا البغمانج برعاية اذا كان عندي ملايين من الناس مريضة بالفيروس بحلم وهم بيحلموا معايا لو انا النهاردة قدرت عالج شاب من الفيروس تاقف هذا الشاب واماله ومستعباله كله بالكامل بيتغير كله بقولي الكلام دل كل مسؤول وبقوله النفسي انا مسؤول مسؤول على ان احنا نحيي الامل لكل انسان في مصر مش بالكلام بالعمل والانجاز انا فاكر اول مرة بنت سيادتك قلت لحدك قلت لي ايه اهتماماتك الاولانية فانا قلت لي سيادتك التأمين الصحي حضرتك قلت لي لا فيروس عندي حلم ان مصر اللي فيها اكبر نسبة من المرض ده ينتهي في خلال السنتين وانا بكلمك دلوقتي مفيش قوائم انتظار للفيروس سي لده وزارة الصحي هديها وفهمي ان احنا هنقض هنا على طول ما تقلقش انا عارفة هتصرف معاها ازاي ايه ده بس المهم قولي ناوي على ايه مش عارف بكرا ما قابل مرون حشوف هيعمل ايه طب ممكن تهدي اللعبة مرة احنا مش عايزينهم يسحول اعتماد المالي بتاعنا اعمل ايه اعمل ايه ما حدش مقدر لانا فيه يقدر ايه في حد عاقل في الدنيا يحرق بضعف مخاذن بخمسين مليون ما انا ما كنتش عامل دي كده كان زماني بتعلق الحبل ماش نقل مش عارفة ليه نقل ايه حاسة كده الهدو اللي هو وما فيه دوت زي الهدو اللي بيزبق العاصفة ربنا نسطر على مهم انيبعدت رسالة لجيو بتقول له عايزة قبلك رب دي عليك لا اللي اسف طب هتعمل ايه محر الكوكي سبيني قهد وقعد افكر انا بلغتي خلاص ما عنديش مخ وعندي امل ومقبل اتمرار بكرا حاجب نتيجة تفتكر اه ان شاء الله ان شاء الله اسبوع دي خير دي من اهله ربنا نسطر بتعمل ايه هتموتني مايهمنيش المهم اني خطط ارى بوي شفتك وانت جلبك محرج على بوك زي ما حركت جلبي افضل عاكم امور ما حدش يجربلي لو حد اجربلي انا همور نفسي خضوه افضل لو هيتفتكري ان انت هتف καιتي من يدي ولو روحت الى الخر بلاد المسلمين احنا هنفضل هنا لحد امتا لحد ما دا دي يقول بس انا مش عايز اعود هنا ثانية واحدة انا همشي بكرة الصبح معلش هو بابا ده عمر قد مش عايز اتكلل كمان هاتش ينفع خلاص سلسلة ونجر زي ما احنا عايزين والبت الكلحة واسقى فيك ومروان مش لازم يفلت من تحت قدين زينب عارفة ليه عشان جابريا ما شاء الله يختل كماله شابه يختل الخلد النات دي اليدك دي ستين حلو حلو نتميسة فكرة ان انا ست ويلا انت على ان الحاج حمكملة وابنجاح كبير المرحلة التالة تمكملة لحد اخر ابريل انا سمعتها عناها في التلفزيون الجزء وليش هتجعني النار الزكاة والصدقة اللي حقيقي هتفيد وانت اكيد كمان منها هتستفيد هتستفيد من ثوابك اللي هيزيد مع كل جنيه حياة كريمة يقيد كل اسرة فيها شاب لازم يعمل الاسر اللي عندها بنيت بنيتر الشاطر في حالة ارتباط ابنك بوحدة متشهر بيها في مشكلة اخلاقية شوف اختار على النهار على النهار على النهار انا اقول لك عليها بازم تسأل وتعرف اللي جاي واللي رايع لو نادي عايشة لغاية دلوقتي كنت خنقتها بقديا انا اتبريت من اخلا اللي هقوله يمشي سمعين حصل لابوك انجوزت جوم يا كامل جوم جوم هذا المسلسل برعاية دوسيقى دوسيقى نعم نعم دوسيقى كامي باطورها الفرنسية الجديدة كل لحظة معاك ما تتنسيش اشتركوا في القناة بفضل ربنا ثم تبرعاتكم جمعية الأرمان عملت أكتر من 37 ألف عملية قلب في 26 مستشفى في الوجه البحري والصعيد شفتوا تبرعاتكم عملت إيه؟ شفتوا فلوسكم راحت فين؟ كل ده في مشروع أقف القرية فقيرة في الصعيد اتصل بي 19-4-55 يصلك من دبنا الشمس معاك في كل حتة بتروحيها حتى لو انت في الضلة تأثيرها يفضل معاك وأشعة الشمس هتخلي وشك درجتين مختلفتين Fair and Lovely Multivitamin هيحمي بشرتك من الشمس وهيوحد لونها وكمان هيخليها منورة ونظرة ودعي بشرة مش موحدة ورحبي بشرة منورة خط وفت ورق لفت بكر حبيبي يطول ويشك ويفطل يكبر قطة معين وصحة زي البن اهتمامنا بيهم يحميهم ويخلي العادات الصحية سهل عليهم صحتهم مستقبلهم انا وقايا كنا قريبين قوي من بعض يعني ما يفعش تقول علينا بنات خالة كنا كأننا اخوات هي مليكة ممكن متطلعش مليكة طب والعيلة كلهم خارجوا بالسلام كلنا كوهسين مع دوحتي وبنت خالتي انا محتاجة اعرف انا مين يعني انا ايا مش مليكة مش مهم يا اسمي هي بنتي ومش هفرط فيها دي كل ما بو سلم اشوف ايا فيك انتي عايش الصد كده بغير عليك ما انت اخت اخت الماس في حد بيعرفش هو مين مش مصدق انهم عايزين يعيش بوش واحدة تانية حتى لو كتقرب الناس ليا مليكة من السبت الى الخميس الرابع مساء على النهار هذا المسلسل برعاية اكيد تمعت ان طريق الالف ميل بيبدأ بخطوة و لو ضعت منك الف خطوة اوعى تسيب طريقة كميل اكيد نفسك حلمك يتحول لحقيقة لكن ما سألتش نفسك ازاي ازاي تشوف حلمك الصغير بيكبر قدام عليك اكيد محدش قالك ان الحياة لعبة لعبة ليها اصول ومبادئ وان طريق الالف ميل مش بيبدأ بخطوة لكن بيبدأ بخطوة صح الحياة مغمرة مش بيفوز فيها غير اللي عارف احكمها وفاهم كويس الوصول وصول اللعبة مع محمود عبدالشافي غدا السادسة مساء على النهار هذا البغمانج برعاية الجمهور في الاستاد بيش اللعيب برقم 12 جمهور طول عمره نمبر ون الكورة بالنسبة للمصريين فرحتهم الكبيرة قوي اللي دايما نمبر ون نمبر ون في الدوري فرق كتير جدا جدا بس كل موسم لازم يبقى فيه فريق نمبر ون ونجومني هنا في الاستوديو نمبر ون نمبر ون مع ابراهيم فاير من السبت الى الاربعاء الحاديث عشر مساء على النهار هذا البغمانج برعاية للإعلان على شبكة تلفزيون النهار الوكيل الإعلاني ميديا لين الاتصال على الأرقام التالية التعديلات الدستورية ليه هنرجع مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ من ضمن مجموعة المواد المستحدثة في التعديلات الدستورية الجديدة هي النص على عودة مجلس الشورى أن البرلمان في مصر بيتكون من غرفتين وجيه قرار اقتصاره على غرفة واحدة اللي هي مجلس النواب الحالي لكن بعد إلغاء مجلس الشورى التجربة أثبتت أن وجوده كان مهم جداً لأمور كتير التعديلات الجديدة بتتكلم عن تشكيل مجلس الشيوخ وأن عدد أعضاؤه ما يقولوش عن 250 عضو مدته خمس سنين وبيتم انتخاب التلتين أما التلت الباقي بيختاره رئيس الجمهورية هتقولي أيوة برضو لازمته إيه؟ هقولك مجلس الشيوخ هيكون لي دور مهم جداً في مساعدة مجلس النواب في مهامه لأنه هيضم خبراء ومتخصصين وأغلب دول اللي عالم فيها غرفة تانية للتشريع وده بيعتبر ضمانة أساسية لإنجاز القوانين والتشريعات بطريقة دقيقة وصحيحة كمان هيتخذ رأيه في أمور تانية كتير منها مشروعات القوانين المكملة للدستور ومشروع الخطة العامة للتمال الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصالح والتحالف وجميع المعاهدات اللي بتتعلق بحقوق السيادة وفي مادة مستحدثة بتنص على إنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب علشان نضمن إنه ما يبقاش فيه تضارب مصالح إيه؟ ما حدش بيرد عليك برضو؟ للأسف أنا ما فكر أنا لا سافر له لا 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 تسافر إيه؟ أنا ما طمنش إنك تسافر لوحدك على فكرة ما فيش حاجة هتحصل أكتر من اللي حصل دي مجرد قرصة ودن مش أكتر آه بس قرصة ودن طولت شوية ما تنساش إن انت اللي غلطان مش مهمة من اللي غلطان المهم إن احنا نفكر هنعمل إيه؟ طب إنت نوي على إيه؟ حابل مروان واتكلم معاه أشوف إيه اللي في دماغه؟ مروان عارف إن تعاوز منه إيه؟ مروان عارف كل حاجة إنه كان دراعة واليمين عارف كل كبيرة وصغيرة ممكن يقولك أنا ميل؟ لا ما يقدرش لأنه هو مصلحتنا واحدة إحنا الاتنين في مركب واحدة وارد قوي يقولك إن الشورة ده خاص بأبويا مش خاص بيا أنا ما ليش دعوه مروان معظم الاتفيات الكابينة وبن عبد الحكيم أبوه هو اللي كاب ينفذها طب يلا نفتر يلا لا لا ما ليش نفسي ما ليش نفسي أوه أوه مالك بركب اللي وش الخشب ليه على الصبح يقول لك ايه انا متاجعش نفسي ليه هو ايه اللي ليه هو ايه البعيد مش واخد باله من حاجة مولد اللي احنا هنعمل في البلد الفجر دي هي الناس لاجي تاكل ولا انا قول طورة قولي احنا بوه يا بيت ما تنشفيش دماغك مش في لجمة عشب نجلبها ما تسواش والتعب اللي هيجي من وراها كمان ما يسواش ولا انت الناسي انه كبير البلد كان عايز يحفق الفرش بتاعنا وكان عايز يموتنا بعد اللي حصل وهو مات وراح في ستين داهي مات؟ اه يا سينا انا عايزك تفهم اللي في دماغي على دماغي عالي يا جوي حاسها بيت انا نفسي ما يبقاش في بلد ما ندخلهاش نفسي يبقى لنا في كل حتة رجل واه اللي هناخده من هنا على اللي هنجلبه من هناك هتامشي والدنيا هتتعدل هم ناس هنا يا صوفة فاكرا ان الجنين اللي بيدفعوه جمل احنا بقى هناخد منهم الجمل وهناخد الجينيق ومش هياخده مننا بعون اللاغن اللي احنا عايزين ندهوله ماشي اللي تشوفه أنا بس ليه عندك طلب وحيات صوفة وحيات صوفة وحيات صوفة هدي الأمور معاهم شوية أمك تعارف أمك دي لو تطول كده اكتكلني لحمه ترميني عظمش هتقول لها فيها سينا هلحكوا لها قفش 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 في الحناية والرقة بتاعت سينا يا بيت دا انت بتليف في البلد دي كلها وتحطيها في عبك مش هتقضي على الولادة الأرشانة دي بس حك حاليا يا خويا بالكمية اللي حلوين بتوعك دور ياخد بس باقول لك ايه ايه انت وعدت انك انت جيب لي حلق وسنسلة دهب حلق وسنسلة دهب بس؟ ده انا كنت عبير ده انا هجيب لك السغة كلها بس ادعي معايا بس ان المولد دا يعدي لا ماليش داعي يعدي ما يعديش انت بقى التالي عناية يا بيت عارفة يا سينا عارفة اللي نبسي في ايه في يا روحي الروح نبسي بعيد صوفا امه خير يا امه خير لا مش خير بدور عليك سايب المقاطيع وجاعدينة بتعمل ايه مش المفروض يا ابني تشوف الفرش بتاعنا وقلي لينا ولا دماغك مش فيك اهو سايب اهولد كله كامل مكمل اشبع بيه وانت خليها تنفعك هانفعه هانفعه يا روح امك وفي حد هينفعه غيري بقولك ايه يا ولية انت؟ لمبي نفسك وإلا عزة وجلالة الله امشي وارحل من هنا يا ريت وانت شايفانا يا اختي مسكن في دالك ولا ايه؟ ايه دي ياما ايه دي ياما ايه دي ياما تمشي ايه ما تسمعاتك؟ استرجل يخرباتك قادر ياما استرجل يالت لازم نكون جاهزين الليلة الكبيرة بكرة ولازم انت تنجاهد وتف شغلك بطنتي اسمعي شغل لوع الحريم دي أنا ما بحبوش انت فاهمه ولا لا وقل لو ايماني ما اخلي ايامك دي تعدي على خير السلام عليكم الله وبركاته السلام عليكم الله وبركاته موسيقى 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 زكام الشيخ مين؟ حسن عبد الحكيم؟ أيوه حسن لسه فاكرني؟ إيه اللي فاكرك يا ابني؟ بس إنت رجلك مجاتش هنا دينا بكتير شد حيلك يا ابني شد حيلك أبوك سب رجالة شد على الله أم الشيخ ملا، صوتك مش عجبني متدايق والله شوية متدايق؟ متدايق من إيه؟ من نفسي زين زين الواحد لما يبقى متدايق من نفسه يبقى بيحاسب نفسه ما فيش أحسن من إن الواحد يحاسب نفسه حاسس إن جلبي مكفول وتايع عشان متابوك أنا واحد لما بيمتابوك بيشوف الدنيا ضيجة ويشوف فاقبة مزدودة قدامه لكن أنا يا حسن معلوماتي إن بسم الله ما شاء الله عندك عيل ومراتك التانية حبلة اتدفة في إيدك يا حسن اتدفة في إيدك يا حسن اتدفة في إيدك يا حسن أعمل كل اللي أقدر عليه مشان ما حدش فيهم يحتاج حاجة من حد ده مش جصدي يا حسن أنا جصدي العمل الصالح اللي هتعمله إيدك اللي هتتمد للكبيرة والصغية يعني التجارة مع الله يا حسن هي اللي هتبقى له هذا المسلسل برعاية موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واللي بيدي الناس امان في ظهره بيخلوه اي ايام ما يعلم بها غير بس اللي خانها بقى صعب على الواحد يبلوه مين اللي بيحبوه الكل طمعان والجهش عامل قلوب الناس وجود طيب الغلبان خاص تحت القدم يندس الدم واحد بس سنين عالم ايه في النقية الرحمة تاهك في الطريق ومعدش ليها اساس اخيرة متر في متر اهم حاجة السطر اخيرة متر في متر اهم حاجة السطر من دمنا ولحمنا ويجي منهم خجر اخيرة متر في متر اهم حاجة السطر اخيرة متر في متر اهم حاجة السطر من دمنا ولحمنا ويجي منهم خجر موسيقى اللي مكتوب في البطاiew والنأساب ده مش دليل الخيانة بعを埋صل علامة والأمان بقى مستحيل ، اللي مكتوب في البطاiew والنأساب ده مش دليل الخيانة بعِت OLMAT والأمان بقى مستحيل بقى السبب غير أو طمع بقى ما ابنك صرابو احنا في زمن الجشع فقال اخك رهفو والسبب تيره وطمع فقال ابنك صرابو احنا في زمن الجشع اخير امترف مترف اهم حاجة السطر اخير امترف بترف اهم حاجة السطر من دمنا ولحمنا ويجي منه الغذر أخيرة متر في متر أهم حاجة استطر أخيرة متر في متر أهم حاجة استطر أرحب بكم في بقعة غالية من أرض مصر مدينة السلام شرم الشيخ إن النقاط قمتنا الأولى اليوم ومستوى الحضور الرفيعة هو خير دليل على أن ما يجمع المنطقتين العربية والأوروبية يفوق بما لا يقاص ما يفرقهما تفاقم ظاهرة العجرة وتنامي خطر الإرهاب الذي بات مع الأسف أداة تستخدمها بعض الدول لإثارة الفوضى بعين جيرانها سعيا منها لتبوء مكانة ليست لها على حساب أمن وسلامة المنطقة إلى أن مصر تستضيف ملايين اللاجئين يعيشون بيننا ويتلقون خدمات حكومية في التعليم والصحة كنزرائهم المصريين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مردنا بها في السنوات الأخيرة كما نجحت في مصر في وقف أي محاولات للجوء أو الهجرة غير الشرقية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016 إن ترك النزاعات في ليبيا وسوريا واليمن وسائر المناطق التي تشهد تناحرا مسلحا بدون تسوية سياسية لا يمكن إلا أن يمثل تقصيرا تسألنا عنه الأجيال الحالية والقادمة ألم يحن الوقت للاتفاق على مقاربة شاملة إن خطر الإرهاب البغيد بات يستشري في العالم كله كالوباء اللعين ترجمة نانسي قنقر الذين أعلى وراية الطائفية على راية الوطن فقدموا الانتماء الحزبي أو الديني على الانتماء الوطني ورفعوا السلاح في وجه الدولة التي كانت تكافح لاقتصاد المتردين لم يدر بخلدهم يوماً أن تكون نتيجة ما قدمت أيديهم هو ذلك الخراب الشامل الذي عم المنطقة إلا قليلاً ولسيماً الأحداث الواقعة على الأراضي السورية أرقام صادمة حولت الواقع السوري إلى كابوس لا ينتهي منذ ما يقرب من تسع سنوات ما بين تراجع شديد لمؤشرات الاقتصاد في الدولة المنهكة جراء الحرب الأهلية والحرب على الإرهاب إلى آلاف الغرقة والحرقة إلى ارتفاع معدلات البطالة لأرقام غير مسبوقة وتشريد عشرات الآلاف ما بين لاجئين في خيام إلى لاجئين في دول غريبة يلقون فيها أسوأ معاملة نخلص من الظلم من الزل حاج بقى بكفي بكفي ألم أيام وليالي يقضيها اللاجئون في العراء لا بيت يقيهم ولا جدران تحميهم وهم على ذلك ليس لديهم من رفاهية الاختيار اللهم إلا اختيار طريقة الموت إما حرقاً في آتون الحرب أو غرقاً أو جراء نوبات البرد القارس أو تفشي الأمراض والأوبئة بين سكان المخيمات والتي قدت على آلاف الأطفال وبعد أن كانت سوريا هي كلمة السر للجمال والعراقة أصبحت مرادفاً للتشريد بعد أن تدخلت فيها أياد لا هم لها إلا القتل على الهوية كانت هذه هي السورة التي أنتجها لنا الفكر القائم على العنف والتطرف والذي أراد من خلالها أن يدخل المنطقة في دوامة لا تنتهي من التشارذم والعنف وبنظرة على الأرقام الكشفة للواقع السوري نجد أن معدلات البطالة قبل الحرب في 2011 كانت نحو 14.8% وخلال فترة الحرب بدأ المعدل يرتفع حتى وصل في عام 2015 إلى نحو 48.4% نتيجة تدمير العديد من منشآت الدولة والبنية التحتية وهجرة الكثيرين هرباً من الدمار لا سيما أن معظمهم يقع في سن العمل أما عن معدل النمو الاقتصادي فقد كان بحدود 3% موجب بداية من عام 2011 ثم تراجع بحدة إلى 26% سالب في 2012 وبقى كذلك في 2013 ليرتفع قليلاً في 2014 بحدود 12 نقطة لكنه بالتأكيد بقى سالباً حتى اليوم وبالحديث عن ضحايا أطماع الطيارات المتناحرة نجد أن أعداد الغرقة في المحيط في رحلة الهروب غير الشرعية وصلت لعشرات الآلف من الغرقة قبالات المتوسط وبلغت بحسب إحصائيات الأمم المتحدة إلى خمسة غرقة كل ساعة محاولات مستميتة من الدولة السورية للحفاظ على ما تبقى منها وفيها من سوريين والعديد من المفاوضات برعاية أممية لم تفضي إلى شيء سوى مزيد من الواقع المرتبك ووحدها الأيام المقبلة تحدد مصير الدولة السورية المجني عليها بأياد إقليمية ودولية لا هم لها إلا إلقاء مزيد من الحطب الإنساني في آتون حرب أهلية ليخلوا لهم وجه المنطقة بأسرها موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل حضراتكم حلقتنا النهاردة موجهة لأي ستة قررت تعيش دور الضحية موسيقى 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 انا بطلب منكم تركيز اعلى من اي مرة معايا المضاف المهمة مع منعرائي الليلة التاسعة ونصف مساء على النهار هذا البرنامج برعاية اما النقطة الضعف اللي فيها هي قل يطيبون نفوس الناس حتى يأتي شفائي او قضائي في حاجة كان نفسك في حياتك تعملها ومعرفتش تعملها لا فتش عن عذابات الناس عن مصائب الناس هاي دي نحن لازم نحطها على الشاشات اترك لأهل مصر نفيسا جسمك عشق انا جسمك عشق جايز اجري عايز ارحق الصد ضغطي يعني اخش اليوم ساجدين اترك لأسان الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحق وحياة حين تقص الحياة على الناس ما بيبقاش في مفر غير الونس من القريبين والاربعة وعشرين قرات يا بي زي ما ربنا بيقسم بهم لك بقى بس خلاص هي دي القصة باب الخلق مع محمود سعد في آخر النهار من الجمعة إلى الأحد الثامنة مساء على النهار بقاء مشاهدين معين يوسيقى زب العلام بالحظة قد ت effortعي در مض НАقراح glimpse معها عند طرحارة قرائم لن ينساها المصريون اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية احنا خدنا نورة وهي سعيدة بتضحيتها بعد وفاة زوجها وتربيت ولادها ناخد بقى استاذ احمد عنده نوع اخر من التضحية ازاكي استاذ احمد اهلا سهلا اهلا بيك انا اسمك مسايد ايوا اسكندرية تمام قصة حضرتك ايه قصة حضرتك ايه تفضل سمعاني حضرتك ايوا سمعت كويس انا حضرتك بخصوص التضحية انسان مننا ما كانش عنده ايمان بالله سبحانه وتعالى وعنده تقوى في تعاملاته مع الاخرين وما يتعس بالامور اللي بيتعرض ليها يبقى انسان ربنا يتولى برحمة طيب قصة حضرتك ايه كانت زوجة كانت نية زوجتي رحمة الله عليها الله يرحمه وحسن اليه كانت مريضة بالكنسر وتعرضت لازمات الصحية من المرض الملعون ده للهاتف شديد لمدة خمس سنين ايه كنت راعي ليها والحمد الله وشك لله وكان معايا بنتين واحدة كانت في حضنها لسه طفلة صغيرة بترضى والتانية كانت لسه برضك يعني سنتين او ثلاثة المهمة رحمة الله عليها بعد ما توفف تركت لي مصولية تمام خناعت بان ده هو ده خدري وربنا سبحانه وتعالى مش حيثبني حيثمعي الحمد لله كرمني كرم كبير وعني وساعدني وأفجد والبناتك تتجوزوا يا أستاذ أحمد عندي بنت تتجوزت وبيت التانية في الانتظار ربنا يا كريمة وهي صلاحة لان شاء الله يا رب يا رب حيث بتعيت ليه يا أستاذ أحمد عشان أنا سعيد سعيد بي ان انا كل اللي انا عملت ده وبشوفه قدامي بعيني مش مصدى ان انا اضحت اقوه بالبابوخ ده كلها ربنا يبرك لك ويكرمك حيث ربيت ولادك يعني عشت عشان تربيهم وأخلصت لهم ربنا يكرمك ويبرك لك يا أستاذ أحمد الله يخليك أنا معي الاثنين كلية الحمد لله متغرجين يعني ماشر الله واحدة بكاليوس عن التجارة ده عاصبي بكاليوس خدمة اجتماعية أفع سنين أي والتانية ربنا يبرك لك الحمد لله ربنا يبرك لك فيه ربنا يكرمك شكرا جزيلا أنا عايزة أقول لك يا أستاذ أحمد شكرا جزيلا أن حضرتك الاستثناء النادر مش الاستثناء عادي حاليك الاستثناء النادر للقعدة أنه بيقولنا مراته لما توفت كانت البن صغيرة عندها شهور رضيعة حاليك من الحاجات القليلة قوي اللي بنشوفها في سنين كتير يعني نوع كتير قوي لحد ما نشوف حالة زي دي في الرجال يعني بتكلم على الرجالة على الأبهات مش على الأمهات طيب أخذ نادية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وربنا يكرمكم وأنتو جيتوا في موضوع حسيس جدا والواحد حيحيرة يعني أنا بالوقت في فوق الخمسين وتجوز طبعا ككل واحد تتجوز الزمان صغيرة عشرين سنة واحد أمامتي أثرت أن أخذ واحدة لناس وكلاس ومش عارفة إيه أكبر مني باثناشر سنة طبعا بعد الجواز اكتشفت بقى أنا شخصية يعني هو أنا كنت صغيرة جدا رومانسية لقيت بقى واحد عايزي حقق لي أحلاني ويعمل لي وخلصني بقى إن أنا ما بخرجش وما بعملش وهنعمل كل حاجة طبعا كل دا اتجوزت لواحد كالعادة أنا بقى شخصية رومانسية وتعلمت في مدارة شديدة بقى التضحية ولازم الواحد يعيش والطلاق دا حاجة صعبة جدا يعني الناس بصملك بنت وحيدة ومتطلعة وعندها كل حاجة فإزاي أنا يعني كان صعب علي جدا إن أخد أول موقف إن أنا أتطلق خلفت ولد وبنت وبعد كده بعدها مقدرتش بقى ليه لأنك تشافت فيه طبع فضيعة من نوع لو مثلا يخصمك أي كلمة عايز أشتري حاجة قال لي لأ قلت آه لأ لازم أجيبها خلاص خصام بالشهور مم تادي الأول أسبوعين الشهر بقى سنة بقى ممكن بالسنتين يدخل البيت وفي وشي في وشه ما يقول ليكيش سلام عليكم وصباح الخير ولا أي حاجة اطلق والأهل يويفوا معي ولما عارفوا طبعا الخصام حتى يعني هو نيم أفالية أنا ما شفتش غير رجلي مجديني أفالي مم بالزبط كده قعدت كم سنة متجوزة وبعدين تطلقتي اطلقت بعد خمس سنين مم ما كنت خلاص بقى يعني وصلت إنه هو إيه بسلا نايد يعمل خماقة يصيرني أنا ومام عند الماما بقى كان شايلانا وبابا مم فحس إنه هو إيه يرني بقى وخلاص طيب تجوزتي بعدها يا ناتية تجوزتي بعدها تجوزتي بعدها لأ معقول اللي حصل لأ بقى اللعبة بعد تطلق مندالة أنا بقول موعظة للناس إنه لما تاخدي قرار تجوزي للآخر خدت معقف إن أنت مش هتكملي ما تكملش مم ببتدى إيه طبعا لازم يشوف الولاد أنا عمري ما أحرمهم مم يلعب بقى على نقطة الولاد مم ما كملتش تنع ونص كان لقياه خلاص من الضمار عايزين بابا بابا وكانوا أطفال مم طبعا أنا حياتي كلها أولادي مم قلت خلاص هو طبعا من ضمن الحاجات بخيل جدا يعني مم مش بخيل كمان حريص يعني ما تجيش غلما يكون قدامها حاجة مم فرجعت وقلت خلاص أنا عشان خطرهم هكبرهم وربنا يأثر ويتجوزوا وبعد كده أيه زي كل أحلام كل واحدة إن أنت بعد كده بعدش في حياتك مم طبعا تأخر شوية مش عايزين تجوزوا لأنو شايفين فيه مشاكل واحد مخاصمنا إحنا الأربعة بطول خلاص وعايش حياته مستقلة يعني عامل فاميلي داي مع عائلته ما علينا أنا دلوقتي وصلت لمرحانة وهي بنتي هتخطرت بس إحنا قدام الناس شاكلنا مش ماين إن إحنا مفيش كلام يعني بيعود يتكلموا مايردش علي في القعدة حتى قدام الناس أنا بحس إن أنا دلوقتي متهانة وأنا عندي إمكانيات كلها مش عارفة خايفة إن البنت موضوحها مايكملش أنا السبب ابني لما يجي تجوز قدام أهله أنا مش عايزة عيدة موقف ده تاني طب وده منظر قدام الأهل يعني طب مايرد عليك قدام الناس يعني لا هو قال لي من أهل قال له نفسهم قالوا لي بعد الجواز هو طبعه كده سي بي لما يعرفك جدته ماتت قعد سنتين ما بيكلمهاش عشان مش عارفة قالت له إيه ربت عليه إيه فخلاص تمام انت دلوقتي وقفة محتارة ما بين طيب أعمل إيه أكمل على هذا المنوال والمنظر الصعب ده ولا أمشي وأنفت بجلدي ظروفك المادية تسمح إنك تمشي بس برضو انت بنتك بتتخطب وابنك لسه هيتجوز فهي بين نارين هاخد أم محمد وترضي بقى على مدام نادية وأم محمد تفضلي أم محمد أهلا بيك تفضلي أهلا بيك تفضلي أزاك يا حيوتي عملي الحمد لله تمام بصي بقى حضرتك أنا تجوزت صغيرة أيه أنا تجوزت صغيرة قعدت خدمت سلايفي ثلاثة تخديمي سلايفك وخدمت ثلاث ولاد وجوزي قعدت معه خلستنا ثلاثة جوزي قعد ثمان سنين على عكاز في الأقام الأفرانية وأنا صبرت وعدت حاجات كثيرة وقلت يلا وده الوجه الله ويعني قعدت صبر نفس هو توفى بقى له ثمان سنين أنا لما كنت مريض كنت بتقاضى من دي خمسين من دي مية من دي بعد ما توفى بقيت أستغل وسدد الضيوم دي معي بنت أسيا قوي بنت أسيا متسرعة بتغلط بسرعة أنا الأول كنت بقى فضدها وخنيقها وهزقها بس أنا الوقت عندي ثمانية وستين سنة ما بقيت تتحمل فأنا ضعدت نفسي عنها ومتزعلانة منها أنا متزعلانة ولا متضايقة منها بس أنا ما بقيت تتحمل دي زمان وكل ده بأمر الله ده الوجه الله العديد الكريم شكرا يا محمد شكرا يا محمد طيب رديلي بس على نادية الأول هتعمل ايه في الوضع اللي هي فيها بس نادية كمان ده بس يا نادية أنا في حالة عرفها قويس جدا مش كان بس بيخصيم عودية أفاية هما كانوا بيبقوا منفصلين جوابت واحد هو في قوضة وهي في قوضة بالشهور وسهل جدا أنه كان يستغن عنها مثلا بقاعد في بيت تاني برضو وممكن يبقاعدين بيتكلموا ما يردش عليها هي وبتاع فأه احنا بنعدي مواقف كتير بس هي دلوقتي نادية بتقول أن عندها الفاسيليتز أو التسهيلات يعني اللي تخليها بقى خلاص تنفصل ما تبقاش خايفة أنها تنفصل مشكلتها للأسف في تفكير الناس اللي حواليها اللي جاين يتقدموا لبنتها أو اللي ابنها هيروح يجاوز بنتهم علشان نظرة الناس إلى الآن ما تغيرتش مع أن العالم والكون كله تغير حوالينا للمطلق فأنتي دلوقتي يا نادية قدامك حالة من اتنين إما أنك هتاخذي قرارك وأكيد الناس هتبقى متفاهمة أنت عملت كده ليه يا إما تستحملي السنتين كمان لحد ما اتجوزي البنت والولد وبعد كده تاخذي قرارك وأنتي مش خايفة بعد كده على ولادك لكن إحنا بنقول بقى لللي شبه نادية ولسه ولادها صغيرين المشكلة أن ولادنا بيشربوا مننا يا جماعة يعني ابنك ده لما يشوف أنه هو ضد طبيعي في بيت أهله هو تربع على كده للأسف بيته هو كمان احتمال كبير جدا يبقى كده البنت اللي بتتعود على أن أمها تبقى مهانة بشكل مستمر كرمتها مهضرة أو بتشوف دايما أبوها بيضرب أمها أو بيهين أمها لو حصل ده فيها هتبقى شايفة أنه هو ضد طبيعي كل الأمهات كده كل الستات بيحصل في بيوتها كده أو الابن يقول من أمك بتندرب يعني أنت بيحصل غير ده كمان ممكن يقول لها ده كويس ناري بضربك في البيت مش قدام الناس زي يا مابويا كان بيعمل تمام وفيه أبناء تانية بيحصل لهم العكس تماما إن هي قاعدة مركزة وشاف إن ده مؤذي جدا فبقت مركزة قوي إنها لما تيجي تتجوز أو تتخطب مش هتستنى خطبها أو جزء يقول لها تلتة تلتة كام دي هتوقفوا على أنه حندو حدوده من قبل ما يتكلم معها فلازم نبقى عاملين حسابنا إنه إحنا بنربي ولادنا في البيوت إن اللي بيحصل ده إنه بيطيق لي عليه تطحية هو ممكن ما يبقاش تطحية منك ده أنت ممكن تبقى بتضحي بولادك ومستقبله طيب الرول موديل بتاع الست المضحية اللي هو يعني جالنا تليفوناتا هو مادم نورة وأم محمد عانوا وكده هل هو ده الرول موديل الناس شايفاه ده اللي هو ده الأحسن والأفضلية ليه ولا لو واحدة مثلا اتجوزت أو واحدة ما قدرتش تستحمل ومحتاج راجل في ظهرها يسنبها شايفين إنه ده أقل من التانية عارفة الرول موديل ده بيعجب الناس قوي إمتى يدعى لما يبقى في مصلحتهم لكن لو حد بقى في نفس المكان ومش قادر يقدم التطحية دي يعني مثلا حد كان منتقد جدا إنه لما جوزها يتوفى هي جوزت ما عادتش على عيالها تمام فيه واحدة تقدر تشيل مسئولية ولادها كاملة تمام وتحاجي عليهم فيه واحدة تانية ما تقدرش هو ربنا خلقها بلت إن كده محتاج حد يساعدها ويبقى إيد بإيد مش قادرة ربي ولادها لوحدها مش قادرة تعيش لوحدها فطرتها كأنسة وده مش عيب ولا حرام يعني مش حرام إن الستة تتجوز يا جماعة ومش حرام إنها تتطلق وليس كنت بحكي لك قبل الفاصل حد من أصدقائنا يعني كان بيحكي على أمه إنها تتجوزت بعد التطلق وبيقول دي أحلى هدية عملك هالي أمي إنها جابت لي الراجل طيب ده رباني وانا عرف ناس بعد ما أموهم انفصلت بعد 30 سنة معاناة هم أجبروها إنها تتجوز هم ولادها اللي طلبوا منها تتجوز شخص معين يكرمها باقي عمرها يعملها كويس باقي عمرها زي ما هي استحملت 30 سنة لحد لما تخرجوا ووصلوا بيها بر الأمان صحيح مفيش رول موديل معين للتطحية غير إنك إنتي نفسك تبقي عارفة هل هتقدري عليها ولا لأ بتضحي بيها عشان مين وإمتى وإزاي صحيح هتضحي بنفسيتك هتضحي بصحتك هتضحي بوجودك إنتي يبقى لأ دي اسمها تطحية غبيل والأهم من كل ده دعا إن احنا مش بنبقى مستنين رد التطحية احنا بس مستنين تقدرها صحيح مروة سعيدة بشكرك شكرا جزيلا منوراني على طول يا مروة بحب حلقاتي معاك بحب حلقاتي جدا يا مروة والله المواضيع تلاتة ربع المواضيع من اقتراحات مروة وببقى سعيدة جدا من التحرح من المواضيع دي احنا خلصنا فقرتنا بعد الفاصل فقرة طبية مسجلة وشوفتهم على خير بكرا إن شاء الله سلام عليكم هذا البرنامج برعاية أما جبت أماني بعد من ولد بسنة قالت لي عندها سكمة خرم كده في القل الدكتور قال لي دي انت لو هتعملها على حسابك هتخشيها في 30 ألف جنيه الله ما فيش فلوس هنعمل ايه يعني؟ هددون معاد للعملية ما كلفونش أي قرش والله من جيل الناس المبراعي الدولة عملوا خير كبير مش فيه الواحدة في ناس كتير تعبان بفضل ربنا ثم تبرعاتكم جمعية الأرمان عملت أكتر من 37 ألف عملية قلب في 26 مستشفى في الوجه البحري والصعيد شفتوا تبرعاتكم عملت ايه؟ شفتوا فلوسكم راحت فين؟ كل ده في مشروع أكف القرية فقيرة في الصعيد اتصل بي 19.4.55 ياصلك من دبنا استنونا 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 فين؟ أنا ما قلت لاكس؟ لا تحلى اسم جديد شارع النهار شارع النهار سيمبريكي تبريكي وشكل جديد لكسد بابل السلام عليكم الفنز البنات عمليون ايه؟ أنا كحازن بيت أنطف بكتير أنا قبلوز عيد 25 سنة وامراتي كانت 20 سنة مفروض يسمحوا لكي تعملوا بكتير المطبخ مطبخنا وشارع شارع نهار شارع النهار أنا عمل مقارونا بالجنبري وصوص كريمة ولمون وشبت أنا جعان أنا أكل هنأكلك باية هعمل النهاردة فتت مجدوس ما لازم نعفاز بأكلنا تبتاكل ايه؟ فقرات جديدة ومختلفة وعلى النهاردة شاب تكرر أن يخود تجربة المغامرة لا يلاح ان الله هو مات سكيتش فتنس والأكل الاثنين بيكملوا بعد 50 جرام عضل يزود الحرق بتاعك بحالة السكون 300 سرعة مدرى بس انطهر وفي الأوتوبيس يتوزع ورق حاج تعرفني؟ إلى الصباح كل شي خولوا طريقة بقى الناس مش بتخس بسرعة الرغم إن أنا بخس ونقعد معاك مش لازم أقولك تاكل كذا وما تكونش كذا لأني ده مستخف اللي بتحب الفاشن ومهتمة بشكلها وبشعرق جوارها شارع النهار مع ننسي وسلطان على قناة النهار تقديد يا وكمان معاد جديد من السبت إلى الأربعاء الخامس مساء على النهار هذا البرنامج برعاية وفاق عامر أهلا بك معانا في حلقة تحت السيطرة إحنا كبار يا مدأ تعرص طبول ما بيقعش غير الشاطر في حالة ارتباط ابنك بواحدة متشهر بيها في مشكلة أخلاقية شوف اختاره إيه؟ بالنسبة أكتر قالوا آيتم بتخاف من الحسد وطبيعي تخب قاليش دعوة ما كلمش في السياسة حد كتاب لك شيك بمبلغ كبير ولقتيه بدون رصيد ربنا نصير المظلومين تمام تشوف اللي بعده يلا تحت السيطرة مع أروى غدا التاسعة ونصف مساء على النهار ترجمة نانسي قنقر 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 شرم الشيخ قبلة العالمين اخترت اليونسكو ضمن أفضل خمس مدن سلام على مستوى العالم لتصبح قبلة أنظار العالم وتستضيف أكبر القمم الدولية والمؤتمرات موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 والحاجة الثالثة والمهمة جدا موضوع تفتيح البشرة عشان كده بقى هنا في مصر فيه نوع غسول اسمه ايبة ونوع كريم اسمه ميلا والاتنين دول مرخصين في وزارة الصحة المصري فمقتنع ده ايه ده ده ايبة ايبة زي ده الغسول ايبة وايبة ده غسول لازم هنتظم عليه بشكل يومي لازم هنستخدمه كل يوم اولا هنضف بشريتي من كل الاتريبة والعوامل اللي انا تعرضت لها الخارجية كمان المكياجات اللي بتتحط في بعض منها المنتجات بيبقى بيعمل حساسية للبشرة طيب يبتدى ان انا ابتدى استخدم هذا الغسول الايبة بالتوليفة بتاعته اللي فيه زيت شجرة الشاي وكمان فيه موضوع الكوجيك اسد اللي قنا نتكلم عليه اللي من اليابان اكتشفته كمان بعد كده بعد الغسول هبتدى انها تستخدم الكريم ميلا مقتنع او غير مقتنع الكريمات دي تتعمل عليها ابحاث كثيرة جدا كل الابحاث دي تتعمل عليها ابحاث كثيرة جدا راح لوزارة الصحة المصري واتاخد عليها موافقة برقم ترخيص لوزارة الصحة المصري فلازم نكون متأكدين مليون في المية ان استخدامنا للغسول والكريم هيجيب معنا النتيجة اللي احنا عايزان طيب بيتحط كم مرة في اليوم الغسول طبعا هنغسل مرة الصبح ومرة بالليل والكريم هنحطه نفس الشيء بعد ما بنتدين نغسل بشرتنا بنتدين ان احنا نحط الكريم هل ده للبشرة بس ولا ممكن يبقى للجسم يبقى الجسم الإيدين شوفي هو ممكن يسخدمه على جسم بس هيبقى مكلف بس هي دايما معظم الأماكن اللي بتتأثر ودايما عينينا بتروح عليها هي الوش والإيدين فممكن يسخدمه للإيد والوجه طيب جميل ده التصريح بتاع وزارة الصحة ده كان مهم جدا نحن نعرف برضو للاستاذ المشاهدين تصريح وزارة الصحة المصرية واللي طبعا بتبقى واحدة فايل كبير جدا من الأبحاث العلمية لهذا المنتج ومركباته وقد ايه هو النتيجة بتاعته فعالة وفي نفس الوقت هيقدر يحفظ لي على بشري طيب فيه سؤال انه هل الغسول ده مقشر للبشرة انه فيه ناس بتحب بيبقى عندها رؤوس سودة معرفش ايه الحاجات دي فالغسول ده ممكن سؤالي حلو قوي لان الغسول انا ممكن استخدمه اكتر من استخدام ممكن استخدمه كمقشر بسيبه على الوش بعد ما بحطه على الوش بسيبه فترة من ثلاث دقائق لخمس دقائق وبعد كده بأطراف إيدي بابتدي ان انا بحرقة دائرية مع زي عقارب الساعة كده بدور بترفق دي على الوج وابتدي اشيل كل الخلايا الميتة وكل الخلايا اللي خلاص لازم ازلها عشان اطلع الخلايا الحية مرة تانينها تتنفس عملية الريجين ريشن او التجديد طيب انت موضوع الصور التجعيد معانا يا شباب اه يا ريت نباين برضو صورة للتجعيد ودي على فكرة من اخطر الحاجات تجعيد العين اللي هي لو واحدة مثلا بتضحك واكتر حاجة بتباني وبتقلق البنت او حتى الولد كمان بقى مهتمين بموضوع البشرة التجعيد اللي حوالين العين فقد ايه احنا لما هنستخدم هل فيه كريم لحوالين العين ولا هو نفس الكريم بيستخدم على البشرة والأبوت ايز اللي هو اللي حوالين العين بالزبط هو نفس الكريم ميلة هستخدمه للمنطقة بتاعة الوجه وحوالين العين كمان لو فيه حد مهم جدا خلاص بقى عنده تجعيد طيب هل هيفيد معاه ولا مش هيفيد معاه السؤال ده مهم قوي لان معظم الناس النهاردة عارفة اللي هو التجعيد ما بتظهرش ما بين يوم وليلة بتاخد شهور واثنين بس بيجي عند فترة عمري معينة بيبص في المراية فاجئة يقول ايه ده انا هزهر لي تجعيد خلاص ابدأ على الغسول والكريم التجعيد هتبتدى ان انت تلاقي تأثيرها بيروح بنزمة 70% من استغرام بفترة طويلة برضو الايه؟ اكيد هياخد فترة طويلة برضو الايه تلات شهور استخدام تلات شهور لو تلات شهور ده تبقى حاجة زال فول اه بالزبط فانت هتستمر علي تلات شهور اه طبعا طبعا بس ما بتروحش بنسبة المية في المية يعني عشان برضو نبقى وقاعين مش هتروح بنسبة المية في المية ولكن بنسبة 70% لكن انا لو عايزة بنحة من البداية خالص انه ما تظهرش اصلا اما من السن الصغير هبقى ان انا استخدام من الكريم والغسول بيقول انه بياخد كورتزون وانه موضوع الكورتزون ده حاجة مش بايده يعني هو مش حكاية انه بياكل وعنده شرح في الاكلة هو الكورتزون بينفخه فهل الالياف تمشي مع موضوع الكورتزون ده بذات انه هو هتشبعه بس هو بياخد كورتزون وبيتخانه فبتمشي ولا ما تمشيش طب خلان اتكلم بالصورة عمليا قطط طبعا ربنا يشفيه كورتزون كان فيه حالة قريب من سويسرا سيدة عندها ستين سنة بتاخد كورتزون على مدار سنة كاملة امتبع مع دكتور تغزية في سويسرا وما خستش ووزنها ما كانش بينزل اخدت الالياف الطبعية وابتدى وزنها ينزل كان مع اول خمسشار يوم ووزنها نزل اثنين كيلو ونص وكانت سعيدة جدا ان معقولة مع الالياف الطبعية ووزني بينزل بقالها سنة كاملة بتحاول انها جسمها ينزل ما بينزلش فالنهاردة احنا منطمن الناس حتى لو انت بتاخد كورتزون خد مع الالياف الطبعية ووزنك هينزل وفي نفس الوقت ما فيش اي نوع من انواع التأثير مع الادواء الاخرى يعني انت لو بتاخد اي نوع دوة تاني ما فيش تأثير مع الالياف الطبعية معا فانت كن متطمن جدا من النتيجة انت ان شاء الله هتخص طيب استاذ حمدي عنده قولون وهو تعب من يعني من أدوية القولون ومن الأكل اللي بيتعب القولون والقولون عنده عصبي فهو مرعوب من فكرة انه ياخد حاجة هو مش عارف عواقبها ايه لانه القولون ده بيتهاج من اي حاجة غريبة ممكن تنزل يعني العيش حتى البلد بيتعبه يعني فبيقولك يعني هل ينفع ياخد القولون الالياف خلال وهو عنده القولون ولا لا انا بطمنك الالياف عبارة عن نبات وفكهة فنباتات وفكهة وفي نفس الوقت ما فيهاش اي نوع من نوع كيميائية فاخدها وانت متطمن هتلاقي القولون بتاعك كمان مرتاح عليها موضوع الاخراج لو عندك فيه بيجيلك امساك مزمن او امساك مستمر هتلاقي الدنيا معك بقت احسن وافضل وفي نفس الوقت كمان وزنك بينزل فاخدها وانت متطمن طب جرب لنا كده الالياف اه بتفكها في الكيس وبتحط شوية مياه حاولنا برضو السادة المشاهدين عشان يبقوا متابعين معنا ده كيس الالياف الطبعية وزي ما قلنا المصدر بتاعه عبارة عن نباتات وفكهة معمول بطريقة النانوفايبر فبنلاقيه باودر جوه الكيس الواحد ده فيه نوعين من الالياف مش نوع واحد كيس الواحد فيه نوعين فيه نوع بيدوف في المياه ولله مميزات كتير جدا خلينا نشوف الاول بداية التحضير احنا بنفتح الكيس طريته سهلة جدا ونقدر ناخد الكيس معنا في اي مكان ما فيهوش اي مشكلة كيس خفيف حتى لو عايز تحطه في جيب الشاكل بتاعك لو انت رايح الشغل رايح في اي مناسبة وطريته التحضير سهلة جدا احنا بنجيب كباية فيها نصف كباية مياه هالي دي ربع كباية مياه كبيرة يعني تقريبا تلتة مثلا او نصف كباية مياه يعني بيبقى في المعدل دا مش كتير يعني ما يزودوش المياه عشان الالياف ما تبقاش صايصة حوالي 100 مل بالزبط 100 مل مياه هم بابتدي ان انا اجهزها ومياه عادية جدا ما مش سخنة وابتدي احط عليها البودر بتاع الالياف احنا كده فضينا الكيس ونيجي بقى المرحلة التانية اللي هي مرحلة التقليف هبتدي ان انا اقلب بشكل كده دائري يعني من ديقق ل ديقتين بنبتدي نلاحظ ان الالياف اللي بتدف المياه الجزء اللي هو ايه داب وفي جزء تاني ما دابش عشان كده ابتدى يحصل موضوع شكل زي شكل الجل كده وبنلاحظ كمان المعلقة ابتدت واحنا بنقلب بتتقل زي السريلاك وزي الحاجات بالزبط طيب هو ممكن يأكل يعني هم بيأكلهم كلهم الكمية دي مرة واحدة على بق واحد يعني ولا يأكل معلقة ويستنى طول النهار كده ممكن يأزأس فيهم لا هي بتبقى واجبة يعني هو الفايبرز عبارة عن نوع للغدا ونوع للعشا الكيس الواحد احنا بناخده كواجبة زي ما احنا حضرنا عرف فاكرا يعني دلوقتي انا بقلب وابتدى في صعوبة حتى في التقليب ايه احنا ده هيبقى الشكل تمام لو حاولنا برده نقلب ايه دلوقتي بقيت لازجة كويس كويس تبقى الحب دول بينفشوا في المعدة ولا بيعملوا ايه احنا بقى بعد ما بناخد كده مثلا ايه معلقة الالياف الطبعية اه نبتدي ناكلها طبعا لو حد عنده مشكلة في الاسنان هي يعني سهلة جدا ما فيهاش اي نوع من انواع المدغ يعني ممكن نشبهها كده زي الجيلي انت بتاخده ويدوف بققك على طول بعد ما بتاكل الالياف على طول مباشرة بتشرب عليها لتر مية لتر المية دوت مع الالياف جوه المعدة بيبتدي ياخد شكل المعدة اه ده بتملى المعدة كلها بالزبط فانا لما هاشرب عليها بعد كده لتر المية اعتاري الناس بيقولوا ما بنتعشاش ما بنتعشاش لو اخدوا كمان وقت الغداء مش هتتغدى لان خلاص بقى واخد شكل المعدة فالمعدة عندك اتملت طب وياخدوا قبل الغداء بقدي ايه ياخدوا قبل الغداء بنص ساعة ويشرب مية مهم موضوع المية ده على فترة المية ده مهم جدا المعدة اول ما بتتملي ببقى فيه هرمون اسمه CCK ده موجود في المعدة الهرمون ده بيبتدي لما المعدة بتاعتنا بيتملي بيبتدي ان هو يتفرز علشان ينبه الجسم ان هو خلاص شبع فاحساس ان انت جعين خلاص بينتهي بتحس ان انت شبعين فما عندكش قابلين ان انت تأكل ودي اول خطوة مهمة جدا عشان التخصيص الالياف اللي احنا كلناها دي زيرو كالوريس مقاش طاقة فبالتالي انا مديتش الجسم طاقة مليت معدتي فاناش بعت فالجسم عايز يحقق المعدلة لانه محتاج طاقة غريبة قوي موضوع زيرو كالوريس ده هيجنني كل ما تقولك جنني في حاجة في الدنيا زيرو كالوريس اه طبعا ده مش همش بنزلط احنا دلوقتي في حاجة بتتزلط في حاجات كتير كل مرة تقولي كده بقى هجنني ازاي زيرو كالوريس زيرو كالوريس فاش اي نوع من الانواع الطاقة وما بيديش طاقة لكن فيها حاجة تانية فيها فيتامينات ومعادن يعني ما اديتلكش طاقة بس اديتك فيتامينات ومعادن اللي موجودة في الالياف الطبعية وعشان كده دايما اللي بيخص على الالياف الطبعية تلاقي جلده حلوة جدا تلاقي وشه منور يقول لك اه انت خسيت وجسمك نزل بس انت وشك لسه منور تابع اليمنى تابع اليمنى وانا، تغير؟ تغير معلوف عقوم هو الذي تحديد حجمك فيها في عيوانا انتشار العنسي جلد في حولانيا وانتشار نغير لكو تحديدك ج glucose في العبور وأو آن هذه الدينêu fascinating هذا يبقى تحاول الكلام. بقية ، مذاقرة ، تحتاج لمن المطقة الكثير من الجزء تتحاول الكلام بلديه وتحاول الكلام الكلام بشكل مزيجي تتحاول الكلام بشكل مبشيجي الزوائع لديه لديه موضوع ، درستيش، وكثيرها المنطقة ، يوجد مختلفة ، هذا من يشغل الكلام هذا النظيم بسغل من يجب أن يليس لنحت تجربة من الحالة ست تجربة المرحلة وإنما يجب أن تنفي هذه الفشرة أشياء السفرية في نمط الهروات إستمع بقربة الناس تخريبك أن أ глуб съh rupees تحديد فتح الإسلامية One good reason Over many years if you do not get enough fiber in your diet and constantly strain to go number two it can lead to a condition called diverticulitis This is a painful condition where little pouches form in your colon Doctors believe that a low fiber diet contributes to this problem But there's more to fiber than just preventing diverticulitis Fiber has been shown to help prevent or delay the onset of heart disease يجب أن ممن الجودة وال شويتين من العن做ت بفير المنطقة بالكثير من العنال فالبتح في العنال يوم العنال الناس في العنال يمنع فتحسب 11-15 غير من العنال عليك الكثير من هذا سوف يحتاج الماضي بين العنال في العنال إنه وأتبعه من حولها مرتاني احنا معنا التليفون اسلام اهلان يا اسلام ازايك عليكم السلام ورحمة الله ازايك عامل ايه انا بيقولولي في الاير بيس ان منطق هي اللي واخد الالياف مش انت اه انا واجدتي عامل عملية في ظهراء بقالها فترة وما تتحركش خالص وكان واجمع بقى بيزيد من القعدة فهي بتحبك وتحب بلنامك بتاعك وانترج عليك سكير فانا كنت جسلها الابليكس لالياف صبعية وقربتها من حوالي شهر ونصف كده وخست حوالي خمسة كيلو يعني ده حلوة قوي وهي قعدة ما بتتحركش ما بتتحركش خاصة اه وكمان قال لها الاكل خالص يعني ما بقيتش واجبت الغداء دي ما بقيتش طب الحمد لله واجبت العشاء برضو ما بقيتش السيطة بتحبيني كانت هتكرهني لو ما كانتش خست طب الحمد لله يعني انها خست عليه الحمد لله اه الحمد لله طيب وهي حست انها خفيفة بقى يعني تقدر ولا لسه ما بتتحركش هي بتتحرك كمتباح تمشي في البيت كده بس بالحكاز اه حسنا هي خست حتى اللبس توسع شوية كده طب حلوة قوي كويس هي كان وزنها قد ايه ولا مش عايز كان وزنها حوالي بسعة مية خمسة وعشرين دلوقتي مثلا مية وعشرين احنا لسه ما وزناش تاني مرة احنا وزننا مرة اخر طب كويس هي خست خمسة كيلو في الشهر ده معدل كويس جيدة من نسبة انها قاعدة في السرير ما بتتحركش طب هي عايزة تخس لها قد ايه اسلام هي عايزة تنزل عشان تقدر تتحرك هي عايزة تخس لها حوالي عشرين كيلو كمان ان شاء الله ان شاء الله تقدر تميلهم واهم حاجة ان هي مش متضايقة يعني خلاص شبعانة بتقدر تاكل اللي هي عايزها بس بكميات قليلة اه وبعدين هو كمان عجبك خيس منها حتى لو ما خسدتش هي مش هتزيد بقى خلاص يا حتى عشرينة في الشبع فمش هتاكل فمش هتزيد طيب جميل شكرا لك يا اسلام بشكرك شكرا جزيل لك تعليق اخير يا دكتور اه طبعا يعني دي بنفتح باب النهاردة لكل السيدات اللي ما بقدرش يتحركوا ربنا يشفيهم ويعفيهم خدوا الالاف طبعية واثنقوا هينزل كمان مهم جدا ان انت تبقى عارفة ان انت لما بتاخد الالاف طبعية انا صحيح مش اديتك طاقة بس اديتك فيتامينات ومعادة فده كمان هيديك تأثير احسن لجسمك جميل بشكرك شكرا جزيلا دكتور خليد عبد العزيز بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة نشوفكم على خير في الحلقة الجاية ان شاء الله سلام عليكم هذا البرنامج برعاية اشتركوا في القناة 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 الفتح بتحب أكل البيت ولا أكل الشارع؟ طب نجيب أكل سبيسي ولا عادي؟ أسئلة كتير مربخ نايم قبل بس دلوقتي على النوع وعشان الصورة تكمل هنعم بحشي كوسة هنعم بحشي فلفل أكلت شرقية وغربية كله بحلق عينيك بكلة وتحزلت عليك عايزين نعمل كمان طاجل المتقعة لأول رشا وأخذ أنا اللي دفع حق الفل والصعمية اللي عني وصفات صحية كل بدورها بالفراخ جديدة شو اللي بتعيب وعلى قد الجيل تكلفتها بشغاليات علشان نرضي كل الأزوار طاجل لسان عصفور الأوانس أنا حدفتها أقول لهم البعضات كل الأكلات ماشي 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 كل الوصفات لكل العلم كلوا بقى على النهار اشتركوا في القناة أهلاً وسهلاً بكم عزائي مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد وحلقة جديدة من ألف هنة تعالوا نشوف مع بعض النهاردة عاملين عمايل تجنن عاملين إيه؟ عاملين النهاردة طرب اللي طلبتوه مني وهنعمل كمان صنية الأرانب اللي عندكم دايماً مشاكل فيها تقولوا لي الأرانب مزنخة شويتين النهاردة اشتطلع مزنخة وهنعمل كمان أم علي إيه رأيكم؟ هنروح فاصل صغير جداً ونرجع نعمل أم علي بحركتها وجمالها وطعامها اللي يجنن ونعمل كمان الطرب اللي بطريقته الحلوة السهلة الجميلة وهنعمل كمان الأرانب اللي تفتح النفس صباحكم زي الفل منستنياكم في اتصالاتكم ضروري جداً فاصل ونواصل ابخوا معنا المرض مش مرحلة انهيار ده مجرد اختبار بإيمانك وإرادتك هتعديه خليك واصل دايماً إن بكرة أحلى طول ما فيه أمل هتلاقي بكرة أجمل حب الحياة من قلبك هتحبك اوعى تكسرك الهموم لما تقع لازم تقوم مع كل شمس نهار تقيدك اجري وابدأ من جديد ابدأ من جديد مع الدكتور أحمد صبري الجمعة الرابعة مساء على النهار هذا البغمامك برعاية أخد راجل أصغر مني حيحسسني أني يونج الرجل كما يشار والمرأة كما تبدو كن عامل إزاي رجل أحلامك أو فتح أحلامك أنا عندي نقطة ضعف تجاه الرجالة اللي الكبار في السلم أنت صبية ونعمة يعلم ده في جاذبية لا تقوم اتعرضت للتحرش من قبل بعض الأشخاص وجهت ده كتير من وراء هذه المواقف خسرت وظائف كتير قوي مش كتير بس تعجبين أنت كشخصية قلباً وقالباً ما يكلش معايا خالصاً أتي رجالة كده أتي بتخويفي الرجالة مني؟ طافر العبدين أو عمرتيق بتختارين بين الشخصيتين دول سمعي مني فرصة ما تتعرضش ما زال الشنب بالنسبة لي نقطة ضعف ما كش راجل يا سبحان أطع الرجالة أطع الرجالة أطع الرجالة مع رغض شلوب الجمعة التاسعة ونصف مسافاً على النهار هذا البرنامج برعاية ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مع الأراني بتعالوا نقول بقى نهاردة الحلقة مخصوصة لطلباتكم اللي طلبتوها مننا معانا الأستاذة مونة من القاهرة هي اللي طربت الأرانب اللي بالبطاطس والطربت داني مادام سوزي ابنها جاي من الصفر وزي ما عدناك مبارح إحنا إحنا هنعمله النهاردة بالنسبة لأم علي بالمكسرات الأستاذة أمل من اسكندرية كانت طلباها مننا وإحنا نفذنا الوعد زي ما هي طلبت تعالي نشوف الأرانب برضو هنعيدها هو تاني وحقول لكم إحنا بنعملها إزاي عندك مية بتغلي ضروري جدا علشان تشيل الزناخة بتاعة الأرانب فلاص الأرانب بيبقى ليها فروة فالفروة دي هي اللي بتدي طعم الزنخت شوية دهو عايزين نخلص منه تخسليها كويس قوي الأرانب وتخليها زي الفل بعد لما بتتغسل المية الأولانية دي لازم تتخلصي منها اللي هي إيه؟ مية بتغلي بتحط لها شوية ملح صغيرين جدا وبس كده وما فياش أي حاجة هتعملي إيه؟ هتيجي هنا تقومي جايبة شوية من الكرفس والتوم والبصل وتقومي رميهملي هنا في المية ليه؟ علشان لو في أي زنخة بسيطة أو في أي زفارة في أي حاجة تسحب لي الكلام ده كله حلو الكلام ده كلام جميل جدا بنحط شوية الخل بتعملينا إيه الخل؟ بيشيل كمان الزفارة والزناخة وبيعمل كمان كل قاتي إنه هو بيخلي لون الأرانب بتبقى بيضع وجميلة وزي الفل أهو نقطة خل كده بسيطة في قلب المي هتيجي دلوقتي وتقومي واخدى الأرانب وتعالي نشوف هنعملها إزاي؟ تليفوناتكو مهمة جدا 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 ومستنياها اللي ليه أي استفسار أو أي سؤال أنا تحت أمر حضرتكم قادي الأرانب أهو نزلنا في المية اللي بتغتل بالأرانب وحطينا كرفس وحطينا فصين توم وبصلاية مخرطة هتشوفي بقى المية دلوقتي هتلاقيها أكدناها لون هرماضي كده شوي المية دي بقى الأولانية أنت اللي بتتخلصي منها ما بنستخدمهاش تعالي نشوف هنعملها إزاي؟ ما بغطيش عليه هتعلب كده ده اسمه حمام البلانشي يمنات عشان تتعلمه أما حد يقولك حمام البلانشي هو إيه هو ده؟ إن أنا بجيب مية مغلية وأقوم منزل الحاجة فيها وانطلعها سواء بقى سوتية سواء لحمة سواء فراخ سواء سمك في حاجات أصناف الأسماك لازم برضو تتاخد حمام البلانشي اللي هو حمام المية برافو عليكم هنيجي هنا ونبتدي نجهز لصنية البطاطس اللي احنا هنستخدمها للأرانب تعالي نشوف هنعملها إزاي؟ هنيجي هنا دلوقتي ونقوم جايبين المعلاقة بتاعتنا الجميلة ونزلين بالزبدة والحلة بتاعتك تكون سخنة بالشكل ده هو مع سنة الزيت الجميلة دي وبعد كده تعالي نشوف هنعمل إيه؟ التليفونات مع حضراتكم أهي على الشاشة اللي ليه أي طلب إحنا تحت أمركم طبعا إحنا أساسي يوم الثلاث ده بيبقى لطلبات حضراتكم كل اللي نفسكم فيه ارفعوا علي سماعة التليفون وقولولي يا ريهان إحنا عايزين كذا وأنا حقول لكم من العندي قبل العندي حطيت أنا السامنة بالشكل ده هقوم زلب البصل الجوانح وتعالي بقى شوحي مع النار العالية وخلي البصلاي دي تتبل وتاخد لون كده من كارمل أنا عايزها تتكارمل إيه رأيكم نيجي هنا ونقوم واخدين كده معلقة من السكر البسيطة شايفين قديه؟ أهي واضحة معنا؟ أهي شايفين شوية قديه حاجة كده لا تذكر دي هتخليه لكمان الأرانب مسكرة على السكر بتاعها لأن الأرانب دي احنا عارفين إنها مفيدة جدا جدا وصحية جدا 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 وخالصة الناس اللي بيوب عندهم اليوريك أسد عالي اللي هو النقرس ياكلوا أرانب كتير عشان لحمها لحمة أبيض شايفين بقى دلوقتي كده الأرانب أهيه؟ أخدت حمام البلانشي ويا دوب حتبتدي الميا تغلي أستاذ جوهري حرك بس ممكن تورينا درجة الغليان شكلها إيه؟ أهي يا دي أهي أنا مش عايزها أكتر من كده هناخد الكلام ده كده أهو وتعالي نزلي بيها هنا فين؟ في قلب المصف أهو هذه الأرانب بالشكل ده هاخدها هنا جمبي كده هعمل إيه؟ هاخد بقى البصل ده هجيب بس طبق نظيف لحظة واحدة عشان هوريك وأنا هعمل إيه؟ أهو إيه دي الطبق؟ يا هيومة صباحنا فل وأهل كفر الشيخ الغليين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبتي إزايك؟ تمام الحمد لله أخبارك إيه؟ تمام إن شاء الله دايما يجعله تمام التمام أقمرين يا حبيبتي قلب يا ريد حارتك وطي التليفزيون خالص وسمعني من التليفون إذا سمحت حال طيب إحنا دلوقتي هنحط الأرانب هنا تاني بالشكل ده وحتقومي جاية لو أنت مثلا على الحوض هتقومي جاية وشطفاها بالشكل ده كده يا ريت يا أستاذا هيم ترجع لنا تاني لأن الخط للأسف قطع خلاص كده أكدنا شطفناها من الحوض بشوية المية ما فيهاش أي مشكلة خالص خلاص هاجي بعد كده وأقوم جاية هنا هو على البصلة دي وأقوم نزلة بالقرانب كده أديها الصدمة دي الصدمة دي بقى مع البصل هتدي ليها طعم تحفة هاجي هنا وأقوم جاية عاملة كالقاتي هقلبها تقلبتين تاني محترمين وحاجي أرفع بقى أنا خلاص المية زي أنا مش عايزاها اللي هي اللي في الحالة زي هشلها من هنا عشان ما تفضلش تطلع بخار واتدايقنا شايفين بقى دا دا كده اسمه أحلى شغل دا بالشكل دا كده لون البصلة مع الارانب يجنن بصي بقى هتيجي هنا وتقومي جايبة فصين مستكة علشان يسيحوا هنا في شوية الزبدة دي وهنحط فصين حبهان عندك حبهان بودرة برضو ممكن تحطي معانا مين عالتليفون يا ليسي أهلاً وسهلاً أستاذة جيجي يا صباح الفل والهنى نواتي التليفزيون صباح الخير يهم زيك الحمد لله يا جميلة أخبارك تليفزيون حاضر هواتيك أنا سعيدة بك جداً وأنا بعشائك يا جيجي هواتي بصي بقى انت عملت الارانب وأنا فتحت الحقيقة وفرحت ان انت رجقت بقالي فترة ما شفت كين يا حبيبة قلبي اموريني نواتي التليفزيون بعد اذنك نعم انت جميلة في كل حاجة في شغلك في نظافتك الله يخليك يا جيجي تعيشي ايوه يا جوش بصي ممكن بس تقولي لي انت عملت ايه في الاول في الارانب بصي الارانب والله لجايبالك الحلة وعيدهالك تاني عشان خطر عيونك بصي بقى يا جيجي شايف الحلة دي؟ يا ربي خليك يا ربي الحلة دي كانت هنا على النار فاول الحلقة كان فيها مية سادة بعد كده نزلنا فيها ببصلة قرطة بالشكل اللي انت هتشوفي دلوقتي المخرج هيجيبهالك وحطينا توم وحطينا كرف اول ما غلية رحت واخده الارانب منزلها هنا يا دوب يعني غلوية واح نزلت بس اي زفارة او اي حاجة مع شوية خلي صغيرين خلاص اه بعد كده حطيتها طلعتها لا ما انا هقولك اهو انا طلعتها في المصفى دي طلعتها في المصفى هنا وروحت شطفاها بشوية مية صغيرين جينا هنا في الحلة دي حطيت زبدة على زيت حبهان ومستكة حمرنا البصلة بالشكل ده وروحت نزلة بالارانب بديها صدمة زي اللي حدا بقى ما انت كلمتينا اقمريني بقى وطي التلفزيون عشان انا سامع نفسي داني ايا حبيبتي تفضلي اه لا جميلة جميلة اكلك كله طح الله يخليك يا حبيبة قلبي انت الأحلى اقمريني ليك سؤال تاني يا جي جي نفسك في حاجة نعملها لك في البرنامج طب لا لا انا هخش بقى على اليوتيوب وهجيبك بقى لازم حبيبة قلبي اهلا بيك يا ست الكل تشرفيني واتنوريني يا حبيبة قلبي منورة منورة التلفزيون الله يخليك حبيبتي شكرا ليكي والاتصالك طيب انا حاجي هنا دلوقتي وهقوم نزلة بالبطاطس بالبطاطس عفوا بالاول تعالوا ننزل كده بقيت البطاطس اهو وتعالي بقى قال ليه بي انا عايزة البطاطس تاخد طعم البصلة دي انا مرضتش انزل بالطماطم دلوقت ليه بقى عشان البطاطس تشرب من طعم الارانب مش عايزة اقول لكم ريحة التوم مع البصل والفلفل الاخضر والفلفل الحار عاملة ريحة هنا شكلها ايه ان شاء الله لما هتجربوها هتنقول اعجاب حضراتكم جدا اهو عملنا كده هقوم جاية نزلة بعصير الطماطم بالشكل ده كده وهغطي عليها واسبها تغلي تعالوا نشير الكلام ده كده علشان نوسع للنظام اهو هغطي معانا مين يا ليسي الاستاذة اميرة ماشي اوكي طيب هنغطي بالشكل ده هعلي النار هنا تاني علشان انا عايزاها تغلي كويس طيب بعد ما عملنا الكلام ده تعالوا احنا بقى نشوف هنا هنعمل ايه في الطرب ده الايه عفوا طيب انا عايزا اروق بس هنا كده علشان نبتدي نشوف المقادير بتاعتنا دي هنعملها ازاي الطرب بنجيب المنديل الضاني بتاع الخروف المنديل بتاع الخروف طبعا بيبقى فيه ناس كتير محتفظة بيه في قلب الفريزر من العيد وهنجيب مية بصل علشان نمسح على الطرب من بر طبعا انا مجهزة كم واحدة عابل ما وري لحضراتكم علشان وقتنا في البرنامج عارفين بيعدي زي الريح كده اوه مع بغارات اللحمة ولحمة مفرومة وتفل البصل هتجيبي المنديل وبتقطعيه قطع بالشكل ده خلاص اهو واضح يا جاهري كده ادي المنديل بتاع الخروف الضاني وهنعمل كل قاتل احنا هنا كان جايب لي طيب ما عليك تجيش قالك الصرف هنجيب البولة كده معلش يا جبيرة شوية بس احنا هي كت صغيرة بس لما سبناها في المطبخ كده ها المطبخ الخير بالضبط الحاجة فيه بتزيد حطينا احنا دلوقتي اللحمة المفرومة بالطريقة دي وحننزل بشوية بهارات اللحمة كده وحننزل كمان بتفل البصل ده احنا كده يعني ايه يعني شغالين في ايام العيد يا ربنا يجعل ايامكو كلها اعياد و اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة